بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يصر تجلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهد هد محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بإذن الله أيها الأخوة سوف نبدأ فوية واعتبارا من اليوم في استعراض بعض من جوانب تاريخ سياسي في الدولة الأموية الكبيرة وكما هو معلوم لديكم فإن تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة شأنه في ذلك شأن تواريخ دول الإسلام الأخرى الكبيرة تاريخ حافل كبير لا نستطيع أن نلمى بجوانبه كلها بل ولا ببعض من جوانب ولكن لا بأس بنبدة عن بعض جوانب هذا التاريخ الكبير الذي أسأل الله أن يوفقني ويعينني في تقديمه لكم بصورة تكون بها الفائدة المرجوة لنا جميعا شاء عند أعدادي لهذه المادة من هذه السلسلة سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي رجعت إلى الكثير من المراجع المكتصة تاريخ الإسلامي مثل كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام محمد نجري القبري المتوفى في سنة عشر وثلاثمائة من الهجرة وكتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك للإمام بن الجوزي المتوفى في سنة سبع وتسعين وخمسمائة من الهجرة وكتاب الكامل في التاريخ للعلامة بن الأثير المتوفى في سنة ثلاثين وستمائة من الهجرة ثم كتاب الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى في سنة أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة رجعت إلى كتاب الشحير بداية والنهاية كل هذه الكتب إضافة إلى الكثير من الكتب التاريخية القديمة التي تناولت تاريخ هذه الدولة العظيمة وأيضاً رجعت إلى الكثير من أمهات كتب العدب العربي وكتب الأعلام والشخصيات وكذلك الكثير من الكتب القديمة التي تحصصت في أنساب العرب وأنساب قريش هذا إلى جانب الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت جوانب من تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة دولة الأموية أيها الأخوة دولة إسلامية كبيرة ذات تاريخ حافظ يقول عنها الإمام الحافظ ابن كثير دمشقي في كتابه البداية والنهاية يقول عن هذه الدولة يقول فكانت ثوق الجهاد قائمة في بني أمين ليس لهم شغل إلا دالي قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وقد أذلوا الكفر وأهله وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعباً لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينا هذا ما قاله المؤرخ الإسلامي الكبير الحافظ بالكثير عن الدولة الأموية بل وأقول كان في جيوش الدولة الأموية الكثير من الصحابة رضوان الله عليه وقد شاهدنا ذلك في فتوحات المغرب عندما ساهم الصحابة في هذه الجيوش وكان على رأسهم إذا تذكرون عبد الله بن عمر عبد الله بن زبير رضوان الله عليهما وذلك سنت 45 من الهجرة وهذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصار خالد بن زيد الخزرج رضي الله عنه يتوسى مجاهداً في أرض روم ويدفن بالقرب من أسوار القسطنطينية وكان في الجيش الذي بعثه أمير المؤمنين خليفة الأموية بن أبي سفيار رضي الله عنه وكان على رأس هذا الجيش ابنه يزيد بن معاوية وكان ذلك كما سبق وذكرنا لكم في سنة 49 رحيم في حكم الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثالث هنا طبعاً لما نقول يعني الإمبراطور البيزنطي نحن نتكلم عن الروم الروم هنا يعني نقصد بهم البيزنطيين أو دولة البيزنطية أو الدولة الرومانية الشرقية وهي دولة نصرانية أرثوذكسية دولة الرومانية الشرقية دولة نصرانية أرثوذكسية أما الدولة الرومانية الغربية التي كانت حاصمتها روما فقد سقطت قبل ذلك سنة الميلادية سنة ستة سبعين وأربعمائة وكانت هذه دولة رومانية الغربية كانت دولة نصرانية كاثورية الدولة الأموية يوها الأخوة دولة اسلامية كبيرة وهي أكبر من كل تافح أو حاقد هذه الدولة أكبر من كل تافح أو حاقد حاول النيل منها في الماضي أو يريد النيل منها في أيامنا والدولة الأموية كانت أكبر دولة اسلامية في عهدها وبالتحديد في عهد الخليفة الأموي العاشر كما سوف نشاهد خليفة الأموي العاشر هشام عبد الملك المروان المتوفر سنة 25 ومئة بلغت الدولة الاسلامية أقصى اتساع لها على الإطلاق اتساع لم تبلغه دولة اسلامية بعدها سوف تلاحظون ذلك عند استعراضنا إن شاء الله لجوانب من تاريخها الحافل ومح ذلك فهذه الدولة الدولة الأموية ليست بعظم الدولة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا دولة قلفاء الراشدين فضوان الله عليهم لماذا نقولها؟ هي أكبر منهم وأعظم اتساعا لكن نقول هذا الكلام أقول ذلك حتى لا يكون لديكم أي لبس فما عظمة الدولة الأموية التي سوف نستعرض تاريخها ووقائعها إلا من عظمة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده دولة قلفاء الراشدين فضوان الله عليه إذن فأمجاد الدولة الأموية في مجال فتحات الإسلامية ونشر الإسلام والدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها ما كانت لتحدث لو لا توفيق الله سبحانه وتعالى أولا ثم جهود الصحابة والمسلمين في صد الإسلام الذين مهدوا الأمور المسلمين الذي جاءوا من تحدث لو لا الله سبحانه وتعالى ثم جهود الصحابة لما تمحدت الأمور للمسلمين الذين جاءوا من بعد في التاريخ الإسلامي أيها الأخوة ظهرت العديد من الدول نقول مثلا دولة العثمانية دولة العثمانية دولة تركية إسلامية كانت الكلمة الأولى فيها للجنس التركي وأيضا كان لباقي القوميات الإسلامية شأنهم بها هذا الأمر شاهدناه عند استعراضنا للتاريخ السياسي للدولة العثمانية وجدنا الأفراق هم المسيطرون كانوا هم المسيطرون على شغل الدولة ثم عند استعراضنا لتاريخ الحروض الصليبية لاحظنا أن الدولة الأيوبية كانت دولة كردية إسلامية الكلمة الأولى بها للمسلمين أكبر ثم لباقي القوميات الإسلامية ثم لما استعرضنا التاريخ السياسي للمغرب الأندلس لاحظنا أن الأمر الأول والأخير كان للمسلمين البربر في دولة المرابطين ثم بعد ذلك كان الأمر لهم في البربر في دولة الموحدين التي ورثت دولة المرابطين وكانت لباقي القوميات الإسلامية كلمة بعد إخوانهم البربر في هاتين دولتين الإسلامية يعني كل جنس مسلم يؤسس دولة تكون الكلمة الأولى لهذا الجنس ثم بعد ذلك لمن معهم من الأجناس الإسلامية ولكن وعلى الرغم من قيام الكثير من الدول الإسلامية ذات المنشأ العربي مثل الدولة العباسية ودولة الأمويين في الأندلس التي أسسها عبد الرحمن الداخل وغيرها من دول من شأها عربي إلا أن هذه الدول وإن كان العرب بها الكلمة الأولى إلا أن باقي القوميات لما أيضا كان لها الدور البارز في وقت من الأوقع ولكن وحدها الدولة الأموية هذه الدولة الإسلامية الكبيرة كانت ذات طابع أربي صرف بل نستطيع أن نقول بأنها دولة العرب المهمين وسوف تصادفنا هذه النزعة العربية الواضحة التي اتسم بها تاريخ الدولة الأموية سوف تصادفنا كثيرا في محطات عديدة كما سوف تشاهدون إن شاء الله عند استعراضنا بتاريخ هذه الدولة إذا تذكرون أيها الأخوة من دروس الأنساب التي تكلمنا عنها دروس العرب حسب ونسب العرب حسب ونسب نعم قلنا بأن الهدف من هذه الدروس هو التمهيد للكلام عن لمحات من التاريخ السياسي لدولة الأموية وكذلك الكلام عن بعض الجوانب السياسية في دعوة الإمام المجدد شيخ محمد بن عبلهابي رحمه الله ونتيجة لذلك فسوف أقوم بتضمين هذا العرض التاريخي الذي هو في الأساس لمحات من التاريخ السياسي لدولة الأموية سوف أقوم بتضمينه بنبذة مختصرة أذكر فيها أسماء القبائل العربية حتى نستطيع أن نتابع أسماء هذا العرض التاريخي الدور البارز الذي لعبه الكثير من رجالها في تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة وقبل أن أبدأ في الحديث عن هذه النبذة الموجزة في الأنساب سوف أذكر لكم حديثين عن سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الأول رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون هنا الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها فقام يوم القيامة وعليها سردال من قطران ودرع من جرع أما الحديث الثاني فقد رواه مسلم أيضا في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزات فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار قال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجرين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهل قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار قال دعوها فإنها منتنة فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها والله لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل قال عمر دعني أضرب عنق هذا المناث فقال دعه لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب كسع يعني ضرب بيده مؤخرة الرجل أو ركله برجله على مؤخرته وعبد الله بن أبي هو رأس المنافقين وهو عبد الله بن أبي ابن مالك بن الحارث الخزرجي من بني عوف بن الخزرج ويعرف أيضا بعبد الله بن سلول نسبة إلى أمه سلول وهي من قبيلة خزعة عند غالب علماء الأنساب يعود العرب في أصولهم إلى قحطان وعدنا وأضاف بعض علماء الأنساب وضاع كجد كبير من أجداد العرب هذا يمكن فصلنا فيه في دروس العرب حسب ونسب أما قحطان فاختلفوا ابنه من هو فمنهم من قال إنه من ولد اسماعيل عليه السلام ولكن الكثير منهم لا يقررون بهذا الأمر ومنهم من قال بأن قحطان هو من ولد هود عليه السلام ولكن غيرهم ردوا عليهم بأن هذا القول لا يصح لماذا لا يصح؟ لأن هود من قوم عاد وقوم عاد أبادهم الله سبحانه وتعالى فلم تبقى منهم باقيه وأبن حزم في كتابه جمهرة ساب العرب نقل عن الثورات مع إقراره كما قلنا إقرار ابن حزم يقرر بأن في الثورات كذب كثير حذر منه إمام بن حزم كما سبق وذا تذكرون ذكرنا هذا الأمر في دروس العرب حسب ونسب قال ابن حزم نقلا عن الثورات بأن قحطان هو ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخ شب ابن سام ابن نوح وعند بعض النسابين أن عابر بن شالخ هو نبي الله هود عليه السلام ولكن يكفينا أن نعرف بأن قحطان هو جد العرب العاربة هذه تكفينا أما عدنان فهو من ولد اسماعيل عليه السلام ولا يعرف على وجه الدقة عدد الآباء بينه وبين نبي الله اسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ويروا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى في النسب إلى معد بن عدنان أمسك ثم قال كذب النساب أما قضاعة فمن النسابين من قال بأن قضاعة هو الولد البكر الأكبر لمعد بن عدنان يعني أخ لنزار بن معد وغيرهم قالوا بل هو ابن لعدنان أخ لمعد أما اليمانيون القحطانيون فإنهم قالوا بأن قضاعة هو قضاعة بن مالك بن حمر ولذلك قال الصحابي الجليل أمر بن مرة الجهني رضي الله عنه والجهني نسبة إلى قبيلة جهينة وجهينة هو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة قال عمر بن مرة يرتجز يا أيها الداع دعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنزر لا تنزر يعني لا تنتسب في ولد نزار بن معد يا أيها الداع دعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنزر نحن بن الشيخ الهجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير النسب المعروف غير المنكر في الحجر يمنقوش تحت المنبر أما الزبير بن بكار وهو الزبير بن بكار بن أحمد بن مصعب بن ثابت عبد الله بن الزبير بن عوام القرشي على المتوفى في سنة ست وخمسين ومئتين وهو من نستابة العرب الزبير بن بكار هذا وهو ثقه فإنه قال وغيره أيضا من نستابين قالوا ماذا قالوا قالوا إن امرأة من قبيلة جرهم تزوجت من مالك بن حمير فولدت له قضاعا وبمناسبة الحديث عن هذه المرأة الجرهمية نقول بأن علماء النسب اختلفوا في نسب جرهم مع اتفاقهم بأنهم عربي اختلفوا في نسبه بأنهم يتفقون بأنهم نال عرب كيف اختلفوا في نسبه قالوا بأن جرهم هو ابن يقطن ابن عابر وقلنا عابر عند البعض هو نبي الله ووج عليه السلام وعلى ذلك يكون جرهم هو ابن عم ليعرب من قحطان ابن عابر وقال غيرهم ان قحطان هو تحريف ليقطن وبذلك يكون جرهم هو ابن لقحطان على كلها نقول من قبيلة جرهم كانت الزوجة ثانية لنبي الله اسماعيل عليه السلام التي انجب منها اولاده ومن قبيلة العماليق وجرهم تعلم اسماعيل عليه السلام لغة العربية لأن لغة نبي الله ابراهيم عليه السلام والد نبي الله اسماعيل عليه السلام كانت اللغة السريانية كانت لغة السريانية واللغة السريانية هي اللغة التي كان يتكلم بها نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام وهذه اللغة السريانية هي أقرب اللغات إلى اللغة العربية والسريان كما تعرفون من سكان العراق القدماء وهم موجودين يعني إلى هذه اللحظة هم موجودون في العراق إذن هذه المرأة الجرهمية تدوجت من مالك بن حمير فولدت له قضاعة ثم تزوجها بعد ذلك معد بن عدنان وكان ابنها قضاعة صغير ويقال بل كان جنينا لمالك بن حمير في بطن الجرهمية ثم وعلى عادة العرب تمت نسبة قضاعة إلى زوج أمه معد بن عدنان ومسألة الخلاف في نسب قضاعة مشهورة بين النفتاب ولذلك لما سئل أحد نفتابة العرب وهو محمد بن سلام البصري المتوفى في سنة 22 وثلاثين ومئة لما سئل عن أي العرب أكثر فألوه أي العرب أكثر العدنانية أم القحطانية ماذا قال؟ قال ما شاءت قضاعة إن تيامنت فالقحطانية أكثر وإن تعدننت أو تعدنت فالعدنانية أكثر نعم وأيضا قبل أن نبدأ في الكلام عن أنساب العرب دعوني أن قل لكم ما قاله الكثير من علماء الأنساب من أن العرب ينقسمون إلى عرب عاربة وهم القحطانيين أو اليمانيين وإلى عرب مستعربة مستعربة لأنهم من ولد معين الذي تعلم لغة العربية من قبلتين العماليق وجرهم القحطانيتين وقبلتين وفدتا على هاجر وفد العماليق والجرهميون على هاجر وابنها الرضيح معين في مكة وكانت هناك عرب بعيدة أبادهم الله سبحانه وتعالى فقضى عليهم وشستتهم ومن بقى منهم باب في ذاقي قبائل العرب والعرب البائدة من العرب العاربة ومن قبائل العرب البائدة آد وثمود وقسم وجديس وعبين ووضار وجاسم والعماليق ثم جرهم الذين أبادهم الله بعد ذا سوف أتكلم اختصار شديد عن نسب القبائل القحطانية قحطان جد العرب القحطانية أو العرب العاربة أو العرب اليمنية ولد له الكثير من الأبناء ما يهمنا منهم هو المرعف والمرعف هو يعرب ابن قحطان وولد ليعرب العديد من الأبناء أيضا ما يهمنا منهم هنا هو يشجب ابن يعرب وولد ليشجب ابن يعرب عامر ولد له عامر ابن يشجب ابن يعرب عامر ابن يشجب ابن يعرب عامر هذا هو المعروف بسبأ ومن سبأ هذا تفرعت القبائل القحطانية ويقال بأن سبأ ثمي بهذا الاسم لأنه أول من ثبى النفاء في العرب ولد لسبأ ابن يشجب الكثير من الأبناء ولكن ما يهمنا في كلامنا هذا هو كحلان والعرنجج والعرنجج هو حمير ومن كحلان ابن ثبأ وحمير ابن ثبأ تفرعت القبائل السبئية أما كحلان فهو اسم مشتق من الكهولة وسمي بذلك لأنه بلغ عمرا مديدا أمر طويلة أما حمير أقوله فهو أول أن لبث التاج من العرب وكان تاجا من الذهب المفصص بالياقوث الأحمر إذن نستطيع أن نقول بأن القحطانيين ينقسمون إلى الكهلانيين بني كهلان ابن ثبأ والحميريين بني حمير ابن ثبأ من القبائل الكهلانية قبائل الأزد الكبيرة الذين منهم قبائل الأمصار رضي الله عنهم الأوسط الخزرد ومن قبائل الأزد أيضا الغساسنة الذين منهم آل جفنة منوك العرب في الشام ومن الأزد قبيلتي خزاعة وبارق وقبائل غامد وزهران ومن زهران قبيلة دوس منهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه ومن قبائل الكهلانية قبائل حمدان ومن حمدان قبيلتي حاشد وبكين قبيلتان كبيرتان ومن قبيلة حاشد قبيلتيا ومن قبائل الكهلان أشعريون وطيء بأفرعها وقبائل مذهج الكبيرة الذين منهم قبائل النخع وعنس وزبيد ومراد وجم وصداء ورهاء وبنو شمران هذه كلها قبائل مذهجية ومن القبائل الكهلانية أيضا قبائل خولان والمعافر وعاملة وجذام ولحم وقبيلة كنده قوية كل هذه القبائل التي تكلمنا عنها سوف تصادفنا الآن شخصيات تنتمي إلى هذه القبائل لذلك لا أبد من ذكر هذه التقطير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوف تصادفنا الآن شخصيات تنتمي إلى هذه القبائل لذلك لا أبد من ذكر هذه التقطير سوف تجدون الكثير أو معظم شخصيات دولة الأموية تنتمي إلى هذه القبائل قبائل ليس فقط القحطانية حتى العدنانية سوف تتكلم عنها بعد قليل فلذلك لا أبد من ذكر هذه أن القبائل الحميرية فمنهم التبابعة ملوك اليمن فمنهم قبائل القضاعة الكبيرة ومن قبائل القضاعة قلنا نحن بن الشيخ لحجان الأزهر قضاعة من مالك بن حمير إذن قضاعة من حمير منهم قبائل القضاعة الكبيرة ومن قبائل القضاعة قبائل بن كلب بن وبره وبني عذره وتنوخ وسليح وبهراء وبلي وحيدان وجهينة ونهب ومن قبائل الحميرية أيضا قبيلة حضرموت ويقال بأن حضرموت هو ابن لقحطان وفي قول إنه ابن اليقطن ابن قحطان من قبائل حضرموت الصحابي الجليل العلا بن عبد الله ابن الحضرمي رضي الله عنه أما قبائل أدنانية أو العرب التعربة الذين يعرفون بالعدنانيين فهم ينسبون إلى عدنان وهو من ذرية نبي الله إبراهيم الحليل عليه السلام وفي القصة المعروفة أنه لما وصل ابراهيم الحليل عليه السلام بابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر إلى مكة وكانت في واد غير درع تركهما في رعاية الله سبحانه وتعالى وغادر راجعا من حيث أتى واستقرت هاجر وابنها الرضيع تقرت هاجر وابنها الرضيع في موضع البيت الحرام وبأمر من الله سبحانه وتعالى نبع ماء العمزم وفي تلك الأثناء كان القحط والجفاف قد أصاب اليمن وبسبب ذلك ارتحل عنها الكثير من قبائلها ارتحل من اليمن الكثير من القبائل القحطانية ارتحلوا طلبا للخصب المرأة وكان ممن قادرها العماليق وجره وسبقت العماليق جرهم في الوفود إلى موضع مكة قبيلة العماليق سبقوا جرهم وصلوا إلى مكة حيث أرشدتهم الطيور التي تحوم على ماء ذمزم فوصلوا إليها واستعذنوا من هاجر الشرب من الماء والبقاء معها فأذنت لهم وكان زعيم العماليق هو السميدة ابن هوبر لما كبر اسماعيل عليه السلام تعلم العربية من العماليق وهي نفس لغة قبيلة جرهم وكانت لغته التي تعلمها من أمه هاجر هي لغة بيه إبراهيم عليه السلام وهي اللغة السريانية تزوج اسماعيل عليه السلام من الجداء بن سعد العملاطي ولكنه وبطلب من أبيه إبراهيم الحليل عليه السلام الذي زاره ولم يكن اسماعيل موجودا طلقها طلق الجداء بن سعد العملاطي وكان إبراهيم عليه السلام قد قال الجداء ولم تكن تعرفه قال لها كلام طويل قال لها كلام طويل طلب منها أن تبلغه زوجها اسماعيل عندما يعود فلما عاد وأخبرته بما قاله الرجل الغريب عرف اسماعيل عليه السلام أن الرجل هو ووالده أبراهيم حليل عليه السلام أنه يطلب منه أن يطلق زوجته عند جد وطلقها قبيلة جرهم سمعت بما حصل العماليق من الاستقرار في مكة وفدوا عليهم يقودهم زعيمهم الحارث ابن مباد الحارث ابن مباد ابن عمر ابن سعد ابن رقيب ابن ظالم ابن هيني ابن ظالم ابن هيني ابن نب ابن جرهم وبعد ذلك تزوج اسماعيل عليه السلام من سامة ابن تمهلهل ابن سعد ابن عوف ابن هيني ابن نب ابن جرهم ورزقه الله منها اثنى عشر ولدا ذكرا ولما توفي عليه السلام قام بامر البيت الحرام من بعده ابنه ناب ابنه ناب لما توفي ناب ابن اسماعيل عليه السلام اصبح امر البيت الحرام لجرهم وذلك لانهم كانوا اكثر واقع من ابناء اسماعيل وكان اول من تولى امر البيت منهم زعيمهم الحارث ابن مضاد وكانوا يتقاسمون امر مكة مع العماليق بقيادة زعيمهم من يقول العماليق قلنا السميدة ابن هومر اذا انتقاسموا امر مكة مع العماليق بقيادة زعيمهم السميدة ابن هومر وادى ذلك الى كثرة النزاعات بينهم ودارت بينهم حروب ثم تم الطلح وآل امر البيت الحرام الى الجرهم واصبحوا ولاته ولات البيت وكان اخرهم هو الحارث ابن مضاد اصغر ابن عمر ابن الحارث ابن مضاد الاكبر ولد لعدنان العديد من الابنان ما يهمنا منهم هو معد من الابنان وولد لمعد ابن عدنان العديد من الابنان ايضا ما يهمنا منهم هو نزار ابن معد ابن عدنان الذي ولد له مضر وإياد وربيعة وأنمار ومعظم القبائل العجنانية من ذرية مضر وربيع ومن القبائل المضرية قبائل خندف نسبة إلى أمهم ليلى بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة لقبها زوجها إلياس بن مضر في القصة المعروفة بخندف لقبها خندف زوجها إلياس بن مضر ولقب أولادها منه في القصة المعروفة أيضا عمر وعامر وعمير لقبهم بمدركة وطابخة وقمعة فنسيبوا إليها فقبائل خندف هم قبائل بن مدركة وقبائل بن طابخة وطمعة ومن قبائل بن مدركة بن ولياس بن مضر قبائل بن كذيل بن مدركة وقبائل بن كنانة بن خزيمة بن مدركة وبني أسد بن خزيمة بن مدركة وبني الهون بن خزيمة بن مدركة ومن قبيلة الهون بن خزيمة بن مدركة قبيلتي عضل والقارة أيضا من قبائل كنانة قريش وبنو بكر قبيلة قريش قبيلة كنانية وبنو بكر أيضا قبيلة كنانية من بني بكر قبيلة غفار ومن كنانة أيضا أحابيح وهم عرب كنانيون أحابيح عرب أبحاح وليسوا بأحباش من حبشة وسموا بذلك لتحبشهم والتحبش والتحالف لأن الأحابيح جماعات من قبائل شثة تحالفوا مع بعضهم فهم من بني الحارث بن عبد منات بن كنانة بن حزيمة بن مدركة ومن بني الهون بن حزيمة بن مدركة ومن بني المصطلق وبني المصطلق قبيلة خزاعية من خزاعة تحالفوا ضد بني بكر بن عبد منات بن كنانة ويقال بأن هذا الحلف قوقد عند جبل حبش في القرب من مكة المكرمة فقالوا لنكن يد على غيرنا ما سجى ليل وأوضح نهار وما أرسى حبش مكانة وبسبب تحالفهم عند جبل حبش ثم أحابيح وهذا قول ثاني في تسميتهم بالأحابيح هذا قول أيضا ثاني ثم يعني في تسميتهم بالأحابيح ومن قبيلة الهون ابن خزيم بن مدركة قبيلة كما قلنا عضل والقاوة قريش قريش هو فهر ابن مالك ابن النظر ابن قنانة وكل من جده فهر ابن مالك فهو قرشي ما يكون قرشي إلا إذا كان جده فهر ابن مالك وقريش هم قريش الأباطح وقريش الضواهر قريش الأباطح هم الذين يتكنون داخل مكة في أباطحها والأباطح هي جمع لأبطح والأبطح هو مجرى واديها أو مسيل واديها وهم عشرة بطون هم بنوا عبد مناث ابن قصي بن قلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك وبنوا عبد مناث أربعة بطون وهم بنوا هاشم ابن عبد مناث وبنوا عبد الشمس ابن عبد مناث وبنوا المطلب ابن عبد مناث وبنوا نوفل ابن عبد مناث إذا قريش الأباطح هم بنوا عبد مناث ابن قصي وبنوا عبد الدار ابن قصي بن خلاب وبنوا عبد العزة ابن قصي بن خلاب وبنوا زهرة ابن خلاب ابن مرة وبنوا تيم ابن مرة ابن كعب وبنوا مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب وبن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب وبن جمح بن عمر بن حصيص بن كعب بن لؤي وبن سهم بن عمر بن حصيص بن كعب بن حصيص بن سهم بن عمر بن حصيص بن كعب بن لؤي وبن عامر بن لؤي بن غالب بن نفس إذن هؤلاء كما قلنا إذن هم قريش الأباضح بن عبد المناف وبن عبد الدار وبن عبد العزة وبنو زهرة وبنو تيم ابن مرة وبنو مخزوم ابن يقضة وبنو عدي بن كعب وبنو جمح وبنو سه وبنو عامر ابن أين أولا عشر أما قريش الظواهر فهم الذين يسكنون خارج أباطحها في ظواهرها المحيطة المحيطة بمكة فهم بنو محارب ابن فهر وبنو الحارف ابن فهر وبنو الأدرم ابن فهر وبنو معيص ابن عامر ابن عايب ابن غالد ابن فهر من قبائل حندس المضرية أيضا قبائل طابخة ابن علياس ابن مضر منهم قبائل الرباب وبنو ضبه وبنو مزينة وقبائلة بني تميم قبائلة كبيرة بأفرعها الكثيرة ثم هناك القسم الكبير الآخر من قبائل المضرية وهم القبائل القيسية نسبة إلى قيس ابن عيلان ابن مضر واسمه عيلان هو الناس ابن مضر ولكن عبدا اسمه عيلان قام به حضانته فلقب به ومن القبائل القيسية بنو محارب وبنو سليم وهوازم بتفرعاتهم الكبيرة قبائل هوازم هذه كثيرة ومن القبائل القيسية القبائل الغطفانية منهم بنو ذبيان بفرعيهم قبيلة بني فزارة ابن ذبيان وبني مره ابن عوف ابن سعد ابن ذبيان ومن القبائل الغطفانية قبيلة بني عبس ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان وقبيلة بني عبدالله ابن غطفان ومن القبائل القيسية قبيلة باهلة وغني وعدوان وبن فهم نعم كل هذه من قبائل قيس والقبائل القيسية هذه لها شأن كبير سوف وتاريخ يعني عجيب في الدولة الموية سوف نتكلم عنه بعدها إن شاء الله ثم هناك قبائل القسم الآخر الكبير من قبائل العدنانية وهم قبائل بني ربيعة ابن نزار وهي قبائل قوية شديدة البأس منهم قبائل بني ضبيعة ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان وبني عنزة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار وبني عبدالقيس ابن أفصى سنو عبدالقيس ابن أفصى ابن دعمي ابن جديل ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ومن قبائل ربيع بن ندار أيضا بني النمر بن قاصد بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيع بن ندار وخبيلة بني تغلب بن وائل بن قاصد بن هم ثم قبائل بني بكر بن وائل بن قاصد بن هم بتفرعاتها القوية الكبيرة وهم قبائل بني يشكر قبائل بكر قبائل بني يشكر وبكر وقائل وبن حنيفة ابن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وبن عجل بن لجيم بن صعب ومن قبائل بكر بن وائل أيضا بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل وبني ثيم الله بن ثعلبة بن عكابة وبني ذهل بن ثعلبة بن عكابة وبني قيس بن ثعلبة بن عكابة ولكي نحتم الكلام عن القبائل العدنانية نقول إن هناك أيضا بنو إياد ابن نزار ابن معدد عدنان وهم قليلون وليسوا بكثرة ولا بشهرة ولا بقوة بني عمومتهم من قبائل مضر وربيح لأن هذه مقدمة أيها الأخوة مهمة جدا يعني لابد أن نتكلم بها عند كلامنا عن التاريخ السياسي للدولة الأمم نعم أيها الأخوة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ثاني عشر من ربيع الأول من ثانية الحادية عشر من الحجر وذلك بعد أن وضع أساس الدولة الإسلامية العظيمة وخلفه سيد الصحابة أبو بكر الصديق التيمي القرشي صلى الله عليه أول خلفاء الراشدين تصدى صديق المرتدين بكل قوة ودارت في عهده عجلة فتوحات الإسلامية لنشر كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد والتوحيد أيها الأخوة هو جوهر العقيدة الإسلامية نعم كان جهادهم لنشر التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها وتففي عليه رحمة الله في جماد الآخرة من سنة 13 من الهجرة فخلفه أمير المؤمنين الفاروق أمر بن خطاص العدوي القرشي رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين في عهده تسعت الدولة الإسلامية بما فتح الله على عباده المسلمين وتضعت في عهد الفاروق عمر رضي الله عليه الإمبراطورية الفارسية الكبيرة وفي عهده طرد الروم البيزنطيون من الشام وفي ذي الحجة من سنة 23 تمكن المجوسي الخبيث أبو لعلى فيروز المجوسي من غدر خليفة المسلمين فاروق فطعنه وهو يصلي في المسلمين عليه رحمة الله ثم تولى أمر المسلمين ذنه ري عثمان بن عفان بن عبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد المناف القرشي رضي الله عنه وفي عهده تتحت الري وغزى معاوية رضي الله عنه قبرص في كنة 27 وغزى عبد الله بن فعد بن أبي صرح المغرب الأدنى وتحديدا إفريقيا تونس إفريقيا هي تونس ثم تم استكمال فتح فارس مثل نيسابور وطوس وسرخس ومر وبيهق فكفر الخراج على المسلمين شحات عظيم أيها الأخوة فروا الإمام أحمد بن حنبل إمام أحمد بن حنبل والجماعة في محنده عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما فقال له عمر يا رسول الله ما مضى أما بقى قال ما بقى ولما فأل عمر رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحضر الأمة يسميه عمر بفتة الكهون لما سأله عمر كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد وملتهم واحدة قال إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهم فيختلفون فيه فإذا اختلفوا فيه اقتتنا نعم في ذي الحجة من سنة 35 قوصر الخليفة الشهيد عثمان بن عثان في منزله في المدينة المنورة عصره السوار الخارجين عليه القادمون من الأمطار وكان عددهم كبيرا قرابة الألفين من رجال الأشهداء ومنع عنه المهن ومنع من أداء الصرابة المهن وكان الكثير من الصحابة وبقية المسلمين إما في مكة لأداء الحج أو مرابطون في الثغور في مواجهة أعداء الإجسام وكان منهم أيضا من الصحابة من لزمه بيته واعتزل الفتنة كانت هناك فئة من الصحابة والمسلمين يقدر عددهم بسبعمائة رجل يدافعون عن الخليفة منهم الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما وعبد الله بن عمر وعبد الله بن كبير وأبو هريرة ومروان بن حكم رضي الله عنهم ومنهم كذلك العبيد عبيدهم عبيد أمام العثان فخرج إليهم الخليفة المظلوم الذي شعر بدنو الأجل والذي لم يكن رضي الله عنه يريد أن يريق بماء المسلمين فرج إليهم وقال لهم اقسم على من لي عليه حق أن يكفت يده وأن ينطلق إلى منجله وقال لعبيده من أغمد سيفه فهو حق من أغمد سيفه فهو حق لما سمعوا هذا الكلام فرقوا أماكنه وكان آخر المغادرين هو الحسن والعلي رضي الله عنه ثم بعد ذلك تسور الخارجون على الخليفة داره وقتلوه وهو يقرأ القرآن عليه رحمة لما قتل الخليفة عرف المسلمون مدى شناعة هذا الأمر العظيم وعرف فقهاؤهم أن باب فتنة الذي أخبر بها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قد انفت ولما بلغ سعد بن أبي وقاف راضي الله عنه مقتل عثمان تغفر الله وترحم عليه وقرأ الآية الكريمة قل هل ننبئكم بالأخفرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحفنون طنعا ثم قال سعد اللهم أندمهم ثم خذهم اللهم أندمهم ثم خذهم ودعوة سعد بن أبي وقاف رضي الله عنه كما تعرفون مستجابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا وعن دعاء الرسول عليه السلام لسعد بن أبي وقاف رضي الله عنه فقد روى الترمذي عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لتعدن إذا دعا نحن قتل عثمان بن أحسان بن نورين رضي الله عنه ومن قبله قتل الفاروق عمر بن قطاب رضي الله عنه وهما شهدان كما أخبر المخطفى صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا جبل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم قال اثبت أحد اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا قتل من كما هو معلوم وعلي أبي طالب رضي الله عنه غائب في أرض الله فلما بلغه الخبر قال اللهم إني لم أرضى قال يقول أبي طالب رضي الله عليه قال اللهم إني لم أرضى ولم أمالئ ولما بلغ خبر الناس دخلوا على خليفة الشهيد وها لهم ما أرأوا وقال علي للحسن وللحسين كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ولطم علي الحسن ابنه ضرب صدر حسين أيضا بيده وشتم محمد بن طلحة ابناء الصحابة وعبد الله بن الضغير وخرج غاضبة لطم الحسن ضرب صدر حسين وشتم محمد بن طلحة وعبد الله بن الضغير وخرج علي رضوان الله عليه غاضبا وتوجه إلى منزله وكان علي لما سمع بمقتل عثمان قال تبا لهم آخر وقال والله ما قتل ولا أمر ولكني غلب وثمع علي يوم الجمل يقول اللهم أني أبرأ إليك من دم عثمان يوم الجمل سمع علي بن أبي طالب يقول اللهم أني أبرأ إليك من دم عثمان ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة فقلت والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستحي ممن تستحي منه الملائكة ثم قال علي وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان إني أستحي من الله أن أبايع وعثمان قتل في الأرض لم يدفن بعد جو يبايعون علي أبي طالب والله علي فقال إني لأستحي من الله أن أبايعه وعثمان مقتول كيف تبايعوني وعثمان مقتول هذه كلمات عظيمة يوحد التاترين يعني ناتوا يخضون بالفتن هذا شيء ما ينبغي ولا كل واحد يتكلم والله نحن نبتع وأنا يعني آكد وطفت عليها ما أردت التفصيل ولا شيء أسهدت نطل يعني كيف فصل الأمر إلى الدولة الأممية فيقول إني لأستحي ممن تستحي منه الملائكة ثم قال علي والله إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل في الأرض لم يدفن بعد فانصر لما جاء يعني يريدون بيعته قال لهم ما أبايع وعثمان لم يدفن بعد فلما دفن فراجع الناس يسألونني البيعة يقول علي ابن أبي طالب روان الله عليه فقلت اللهم إني أشفق مما أقدم عليه ثم جاءت عزمة تبايعا هذا كلام مهم جدا لابد أن نعلم في اغتيال عثمان بن عثان أيها الأخوة لما قتلوا عثمان بن عثمان ذنورين رضي الله عنه فتح باب الفتنة الكبرى وفي اليوم التالي لبسياله وقيل بل بعد أيام وفي ظل ظروف صعبة الغاية بايع الصحابة رضو الله عليهم من أهل بدل وغيرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايعوه بالخلافة وعلي بن أبي طالب في يوم بيعته كان سيد الصحابة في تلك الظروف الصعبة وكان ذلك في المدينة منورة نحن أيها الأخوة نريد أن نتوقف هنا إن شاء الله وسوف نكمل بإذن الله تعالى في الحلقة التالية وفي الدرس القادم ما بدأنا من سلسلة التاريخ السياسي للدولة الأموية وجزاكم الله خير على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في لقائنا الثاني في الدرس الثاني من دروس التاريخ السياسي في الدولة الأموية وفي الحلقة الماضية الدرس الأول تكلمنا عن نبذة بسيطة عن أنساب العرب قبائل العربية قلنا بأنهم قبائل قحطانية وعدنانية تكلمنا ذكرنا القبائل قحطانية قبائل قرات من سبأ قبائل السبائية قبائل كهلانية وحميرية وتكلمنا عن القبائل الكهلانية ثم بعد ذلك تكلمنا عن القبائل الحميرية وانتقلنا بعد ذلك إلى الكلام عن القبائل العدنانية بتفرعاتها قبائل المضر وقبائل الربيع ثم تكلمنا عن دولة القلفاء الراشدين رضا الله عليهم ووصل بنى الأمر إلى انفتاح بعد الفتنة الكبرى على مصراعيه عندما قتل الثوار خليفة المسلمين الخليفة الراشد الثالث ذنورين عثمان بن عثار رضا الله عليهم وبايع علي بن أبي طالب خليفة الراشد الرابع في ظروف في غاية الصعوبة وسوف تعرفون ما أعني عندما نتحدث عن أحداث حدثت وتوالت منذ أن تولى علي رضوان الله عليه للخلاف استهل علي بن أبي طالب خلافته بتولية عماله على الأمصار الإسلامية فولى عبد الله بن عباس على اليمن وسامرة بن جندب بن هلال بن حريج الفزاري على البصرة صحابي الجليل رضوان الله عليه ثمر بن جندب رضي الله عنه صحابي جليل توفي في سنة ستين وولى عمارة بن حسان بن شهاب على الكوفة وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه على مصر قيس صحابي جليل رضوان الله عليه توفي في سنة تسع وخمسين وولى علي رضي الله عنه سهل بن حنيف ابن واهب الأوسي الأنصاري على الشام وسهل ابن حنيف صحابي جليل شهد بدر وشهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت يوم أحد لما انهزم الناس توفي بالكوفة في سنة ثمان وثلاثين وكان معاوي بن أبي سفيان رضي الله عنه أميرا على الشام منذ أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما تارى سهل ابن حنيف رضي الله عنه إلى الشام ووصل إلى تبوك تلقته الخيل خيل أهل الشام جند معاوية فقالوا له من أن فقال أمير قالوا على أي شيء قال على الشام فقالوا إن كان عثمان بعثك فحي هلابك وإن كان غيره فارجع طبعا ما يستطيع أن يجابه جند الشام كان ولائهم مطلقا لمعاوية أعطوا معاوية مطلق الولاء ما يستطيع ما يعني كان لهم مكرما ولذلك كان ولائهم يعني لمعاوية عجيبة روان الله عليه وحدث الشيء نفته تقريبا في غالب الأمصار حيث ظهر الخلاف جليا وانتشرت الفتنة وتفاقم الأمر وأرسل علي إلى معاوية كتبا كثيرة ولكن معاوية لم يرد عليه وكان أمير الشام معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف رضي الله عنه قد طالب بدم بن عمه الخليفة الشهيد وقال عن دعوة علي رضي الله عنه له لا أبايعه حتى يسلمني قتلت حثمه فإنه قتل مظلوما ولكن أيها الأخوة اضطراب الأوضاع لم يتح لخليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يلقي القبض على قتلة الخليفة الشهيد الذي كانت شوكتهم قوية قاتلين الخليفة قتلوا خليفة ما يردهم أحد أوضاع مقالبة كيف يقبض على هؤلاء المئات صعب الأمر صعب ولكن أيضا معاوية رضي الله عليه كان طالب بدم بن عمه قتل مظلوما عثمان وخطب عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوما فقال لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء كلام ماضح ما فيه عزم الخليفة علي بن أبي طالب على أن يقاتل المخالفين من على رأس المخالفين معاوية هزوان الله علي فسار علي بن أبي طالب بقواته إلى المدينة المنورة لتكون نقطة انطلاقه أراد أن يتخذ من المدينة عاصمة المسلمين يعني هي نقطة الانطلاق لبداية كفاحه ضد مناوئه وكتب إلى عماله على الأمصار لوافوه بالقوات يأتوه ولكن تطورات التي حدثت بعد ذلك بشكل متسارع خاصة في مكة جعلت المواجهة تكون أولا بالقرب من البصرة أي تدارت معركة الجمل في جمادة الآخرة مثل الثلاثين وهي من معارك ستنة الكبرى انظروا إلى ستنة إلى الجمل فقط حصدت هذه المعركة قرابة العشرة آلاف من الطرفين حصدت قرابة العشرة آلاف من الطرفين المسلمين المتقاتلين يقولون فقد كل من الطرفين قرابة الخمسة آلاف عشرة آلاف خمسة قرابة الخمسة أو خمسة وقبل أن تنشب معركة الجمل قال الصحابي الجليل عثمان بن حنيف بن واهب الأوسي الأمصاري رضي الله عنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون دارت رحل الإسلام ورب الكعبة لا حول ولا قوة نعم فعلا دارت رحل الإسلام هذه الجمل عشرة آلاف خمسين مسلم بعد معركة الجمل استعدى الخليفة لقتال معاوية علي ابن أبي طال رضوان الله عليه ولأمر المسلمين خليفة المسلمين ما في نقاش في ذلك استعدى لقتال معاوية ومن معه من جند الشام وفي أواخر سنة ست وثلاثين من الهجرة دارت حرب صفين الرهيبة إذا قلنا عن الجمل معركة الجمل فصفين هي حرب لماذا هي حرب نعم حرب تخللتها الكثير من المواجهات الدامية والمعارك الطاحنة بلغت تسعين زحفا تسعين زحفا بين عشرات الآلاف ماذا سوف تكون النتيجة النتيجة رهيبة أيها الأخوة راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين قدرهم المؤرخون بقرابة سبعين ألفا من المسلمين قتلها من أهل الشام قالوا قتل ما يقارب الخمسة وأربعين ألف ومن أهل العراق قتل ما يقارب الخمسة وعشرين ألف وروا البيهقي أن أهل الشام كانوا قرابة ستين ألفا ستين ألف مقاتل قتل منهم ما يقارب العشرون ألفا وكان أهل العراق ناهزون الماء وعشرون ألفا قتل منهم قرابة الأربع نهل هذه مصيد وروا مسلم في صحيحه إمام مسلم روا في صحيحه أن أبي ثريرة صحابي الجليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتها وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة نعم هذا صحيح نصداق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قاتل الصحابي الجليل عمار بن ياسر في صف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وروا الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين أم سلم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية وفي صفر من سنة سبع ثلاثين وبعد أن مالت الكفة في صالح جيش الخليفة اليمن أبي طالب رفع جند الشام من المصاحف على أسنة الرماح وقالوا نحكم كتاب الله فيما بيننا وبين طيبنا حتى نحقنا دماء ثم وفي نهاية الأمر وبعد أمور يطور شرفها لا نريد أن نطيل عليكم اتفق الطرفان على التحكيم واتفقوا أن يكون موعد التحكيم في رمضان من السنة ذاتها سنة سبع ثلاثين رمضان سنة سبع ثلاثين جيش الخليفة جيش علي بن أبي طالب عاد إلى الكفة ورجع جند الشام إلى دمشق أو إلى الشام وأحدث قبول الخليفة التحكيم من شقاقا خطيرا في جيشه هنا الخطور وظهر الخوارج واشتد أمرهم وكما يقول أو كما قال ابن كثير بالغوا في النكير على علي وصرحوا بكفره فجاءه زرعة ابن البرج الطائي زرعة ابن البرج الطائي جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجاءه أيضا حرقوص ابن زهير السعدي التميمي فقال لا حكم إلا لله فقال علي لا حكم إلا لله فدار بينهم حوار إلى أن قال زرعة ابن البرج الطائي لعلي أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأوقات لنك أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه فقال علي تبا لك ما أشقك كأني بك قثيلا تسفي عليك ريا ماذا قال هذا قال وددت أن قد كان ذلك خليفة يقول لهذا الكلام هو يقول وددت أن قد كان ذلك فقال له علي إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا ولكن الشيطان قد استهواك وحرقوس بن زهير السعدي كانت له صحبة قاتل في فتوحات العراق في الأهواز قاتل في الأهواز ضد الهرمزان ولكنه بعد ذلك كان من أشد المخالفين على أمير المؤمن علي بن أبي طالب وقتل في معركة النهروان في الطريق إلى الكوفة وقبيل وصولهم إليها انشق عن علي ما يقارب الاثمى عشر ألف من رجالهم معشر ألف انشقوا عن جيش الحليف وخرجوا عليه ونزلوا في قرية حروراء ولذلك فهم يعرفون بالحرورية حرورية لأنهم نزلوا في قرية حروراء هؤلاء هم الخوارج فئة الضالة المالقة أرسل الخليفة بن أنه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليناظرهم ولما ذهب إليهم ناظرهم لله بن عباس مناظر كبير حبروا الأمة ترجمان القرآن ناظرهم فاقتنعوا جميعهم بحجته وعادوا معه إلى الكوفة وبايعوا الخليفة على السمع والضاع ولكن عندما قرب موعد التحكيم وكان في رمضان عزموا على الخلاف والخروج واتفقوا على نقض البيعة وبايعوا لهم أميرا منهم وأخذوا يتبارون في إلقاء الخطب المحرضة على تكفيل مسلمين وقتلهم حتى إن أحد زعمائهم قال في خطبة له فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا إنهم قد اتبعوا الهور ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال وأن جهادهم حق على المؤمنين هذا المعتوح انظروا ماذا يقولون ثم واصل هذا المعتوح هذر إلى أن قال اضربوا جباههم ووجوههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم وحرضهم هذا الخارجي الخبيث على الخروج على الناس وكانوا يرفعون هؤلاء خوارج شعار لا حكم إلا لله قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها بغضا قال الإمام الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية تقول عن الخوارج ثم اتفقوا على الخروج من الكوفة إلى النهروان وخرجوا يتسللون لألا يعلم بهم أحد فيمنعونهم من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا تائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض واستماوات ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والموبقات النهروان هذه أيها الأخوة بلدة موجودة إلى الآن في هذه الأثناء كثير من البلاد هذه موجودة منذ زمان النهروان هذه بلدة موجودة في العراق بالقرب من بغداد الحالية المعلوم طبعا أن مدينة بغداد أن شاءها بعد ذلك خريفة العباس الثانية وجعفر المنصور لكن نقول النهروان موجودة بالقرب من بغداد الحالية في خروجهم لقوا في طريقهم عبد الله بن حباب بن الأرد رضي الله عنه وعن أبيه ومعه أم ولده كانت حامل بجنينها أم ولده كانت حامل بجنينها فقالوا له أنت عبد الله بن حباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن حباب رضي الله عنه كما قال ابن الأثير في كتابه أسد الغابة كانت له رؤية ولأبيه صحبة يعني أنه أدرك النبي ولكنه كان صغيرا وكان عبد الله بن زبير ثم عبد الله بن خباب رضي الله عنهما أول من أولد في الإسلام لما عرف الخوارج عبد الله بن خباب سألوه إن كان سمع عن أبيه حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الفتنة لأنظر الفتنة وقال عنها القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قال لهم عبد الله بن خباب نعم قد سمعت هذا الحديث عن أبي فلما قال لهم ذلك فرحوه على ضفة النهر وضربوا عنقه فسال دمه ويرحمه الله كأنه شراك معل كما قال المؤرخون ثم بقروا ضطن أم ولده أما في ضطنها أي دين هذا وأي لا حكم إلا الله هذا فكر عثن خطيل منحرف منذ تلك اللحظة منذ سنة سبع وثلاثين أيها الحجرة خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجيشه للقاء الخوارج في النهروان ولما تواجه معهم قال لهم أخرجوا إلينا قتلة أخواننا نقتلهم به ماذا قال الخوارج؟ صدوا عليه كلنا قتلتهم التعضيع دم القتلة ثم قال الخوارج لا تخاطبوهم قالوا لبعضهم لا تخاطبوهم يعني لا تخاطبوا من مع علي ما بيطالب رضو الله عليه ولا تكلموهم وتهيئوا للقاء الرب أخذوا يصيحون الرواح الرواح إلى الجنة وقبل أن ينشب القتال أعطاهم الخليفة فرصة اللحظة الأخيرة ودفع براية الأمان إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأبو أيوب هو خالد بن زيد الخزرج الأنصاري الجليء إلا للصحاب الجليء رضي الله عنه فناداهم أبو أيوب قائلا من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن ومن انطرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن إذا من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن ومن أراد منكم أن ينصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن أطاهم خيارات ماذا تعني كلمة لم يستعرض كان الخواجر الخبثاء خبّحهم والله يستعرضون الناس أن يفاجئوهم بقطع الطريق عليهم كما فعلوا مع خباب بالله ابن خباب أم ولده يفاجئ الناس ويقطعون عليهم الطرق ويقتلون كل من يقع في أيديهم هذا هو الاستعراض كل من يقع في أيديهم مسلما كان أم كافر المدائن تقع هذه على بعد سبعة فراسخ من بغداد وهي عدة مدن تقع على جانبي دجلة الشرقي والغربي أدت مدن هذه المدان تقع على شرق وغربي دجلة وكما قلنا تبعد سبعة فراسخ عن بغداد الفرسخ هذا توفى وكرره لكم يمكن ربما تلاحظون تواجهنا كلمة فرسخ لا بدنا نذكركم بها من الأخر الفرسخ ثلاثة ميال والميل هو ألف ستمائة وتسعة أمتار وذا أردتم خمسة وثلاثين سنتيمترا فاستجاب لدعوة الفرصة الأخيرة جماعتهم من الخوارج وأبى بقيتهم إلا المكابرة والعناد ثم ما لبث عن نشب القتال وتحرى القتل في الخوارج وكانت نتيجة هذه المعركة رهيبة استأصلهم جيش الخليفة قضى عليه روى الإمام أحمد إمام أحمد بن حمد روى في مسنده رواي عن أبي كثير مولى الأمصار قال كنت مع سيدي يعني سيده الأمصار مع علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم قتل كثيرين كأن الناس يعني شعروا بضيق قتل كثيرين لم يقتل من جيش الخليفة إلا عدد بسيط جدا بينما يعني مجزرة حدثت للخوارج فيقول فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم لأن النهروان أيها الأخوة كما قلنا معركة فاصلة عظيمة قتل بها من الخوارج مقتلة عظيمة ولم يقتل من جيش الخليفة إلا قلة قليلة فقال علي يا أيها النس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبدا حتى يرجع السهم على فوقه وإن آية ذلك أن فيهم رجلا أسود مخدج اليد إحدى يديه كفدي المرأة لها حلمة كحلمة فدي المرأة حوله سبع حلبات يعني شعرات سبع حلبات يعني سبع شعرات فالتمسوه فإني أراه فيهم فلما ذهبوا يبحثون عن هذا الرجل وجدوه بالقرب من حافة النهر تحت لقتله فأخرجوه فكبر علي فقال الله أكبر صدق الله ورسوله وكان علي متقلد قوسا له عربية كان له قوس عربية متقلدها فأخذها في يده أخذ القوس علي فجعل يطعن بها في مخدجته ويقول صدق الله ورسوله وكبر الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم ولو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لا اتكلوا على العمل لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لا اتكلوا على العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس لها ذراع على رأس عضده حلمة الثدي عليه شعرات بيط وذكر بعض الأدخين بأن هذا الرجل اسمه نافع ذو الثدية نافع ذو الثدية نعم هذه معركة النهروان الكبيرة ذكر بعض المؤرخين بأن هذا الرجل كما قلنا هو نافع ذو الثدية وقالوا أيضا كان من ضمن من قتل من الخوارج في معركة النهروان التي جرت في السنة الثامنة والثلاثين من هجرة شجنة ابن عدي رجل اسمه شجنة ابن عدي وابنه الأخضر ابن حجنة وهما من قبيلة الرباب من تيم الرباب والرباب يعدون من ضمن القبائل التميمية وكان لشجنة ابن عدي ابنة اسمها قطام هذه سوف نحدثكم عنها كان لشجنة ابن عدي ابنة اسمها قطام هذه قطام رائعة الحسن والجمال وهي هذه الخبيثة على محتقد خوارج الخبثة أقسمت بعد النهران أن تنتقم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك البرك بن عبد الله البرك لقبه اسمه الحجاج وعمر ابن بكر التميمي قد اجتمعوا وأخذوا يتحدثون عن الأوضاع التي يعيشها الناس وعن جور الولاد هذه دائما كلمته أوضاع الناس حكام جور الحكام وعن أخوانهم الذين قتلوا في النهران وترحموا عليهم لأنهم كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم ولأنهم لم يكونوا يخافوا في الله لو مكلا وكلام سؤال في قصص هذه تثير الشجون أيها الأخوة خاصة مجتمع مجتمع قبلي هذه الأمور هؤلاء الأشقياء الثرافة اتفقوا بل قرروا أن يغتالوا أئمة الضلالة حسب معتقده هذا المعتقد الفاسد قالوا نقتل أئمة الضلالة من هم أئمة الضلالة علي بن أبي طالب ولي أمر المسلمين خليفة الراشد الرابط صحابي الجليل رضوان الله عليه هذا أولهم والصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان والصحابي الجليل عمر بن العاص رضي الله عنه فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا أكفيكم علي بن أبي طالب وقال البرك ابن عبد الله أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان وقال عمر بن الأثاني هذا قال أنا أكفيكم عمر بن بكر وتعاهدوا بالله أن لا ينقص أي منهم عن هذه الغاية وحددوا ليلة السابع عشر من رمضان موعدا لتنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة وانطلق كل منهم إلى وجهته بعد أن ثمموا سيوفا طبعا أيها الأخوة هناك تخطيلات كثيرة وحتى لا أطيل عليكم أقول ذهب البرك بن عبد الله إلى معاوية رضي الله عنه في دمشق وتربص به عند خروجه للصلاة ثلاث الصبح وضربه بالسيف فوقعت الضربة المسمومة في إليته ولم تصبه بمقتل وأمر معاوية رضي الله عنه بقتله ثم أرسل معاوية من فوره إلى طبيب يعرف بالساعدي فقال لمعاوية إن ضربتك مسمومة فاختر واحدة من اثنتين إما أن أحمي لك حديدة أضعها على موضع الضربة أو أن أسقيك شربة تقطع منك الولد فقال رضي الله عنه أما النار فلا أصبر عليها وأما الولد ففي يزيد أخيه عبد الله ما تقر به عيني وأتناول معاوية الشرب شربها وبرئ بأمر الله سبحانه وتعالى ولم يولد له بعدها كما يقول المؤرخون ومن يومها أخذ معاوية الاحتياطات اللازمة من حرس وغيرهم حتى لا يتكرر ما حده ولم يولد له بعدها كما يقول المؤرخون ومن يومها أخذ معاوية الاحتياطات اللازمة من حرس وغيرهم حتى لا يتكرر ما حده وأما عمر بن ذكر فإنه تربص بعمر بن العاص رضي الله عنه بمصر وشاء الله سبحانه وتعالى أن لا يخرج عمر على الصلاة بتبق وجع في بطنه فأمر صاحب الشرطة وهو خارج ابن حدافة ابن غانم وهو بني أدي ابن كعب القراشيين رهض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره أن يخرج ويصلي في الناس فلما خرج الاصطلاة هجم عليه الخارجي ظانا أنه عمر بن العاص فضربه ضربة قاتلة ولما قضضوا عليه وأخذوه إلى عمر بن العاص قال له عمر بن العاص رضي الله عنه أردت عمرا وأراد الله خارج هذا المثل الشهير قالت هذه مثلا وأمر عمر بن العاص رضي الله عنه بقتله في الكوفة تربص الخارجي الخبيث عبد الرحمن بن ملجم بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولكن من هو عبد الرحمن بن ملجم أيها الأخوة هو يعني تاريخ هذا تنظره تاريخ هذا الرجل تعرفون ما يحدث يعني أمور عجيبة تفسرون كثير من أحداث إله عبد الرحمن بن ملجم هو عبد الرحمن بن ملجم بن عمر بن يزيد المرادي نسبة إلى قبيلة مراد مراد هذا جد قبيلة مراد وكما تذكرون من دروس العرب حسب ونسب مراد هو يحابر بن مالك بن أدد ومالك بن أدد هو مذحج ومذحج من قبائل كهلان الكبر وليست من حمير ابن ملجم هذا رجل منظر أدرك الجاهلية وهو صغير وهو فارس شجاع شديد البأس ما شك في ذلك قدم إلى المدينة منورة في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي بداية أمره قرأ على معاذ بن جبر رضي الله عنه وأصبح بذلك من القراء وكان ابن ملجم فقيها آبدا انظروا يا أخوة على الخارجي فقيها آبدا قاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين ثم بعد ذلك تغير معتقد وخاله معتقد أهل السنة والجماعة وتبنى معتقد الخوارج في كوفة التقى ابن ملجم بجماعة من الخوارج من تيم الرباب كان قد قتل منهم في النهروان عشرة رجال ثم شاهد بعد ذلك قطام خارجية قلنا جميلة قاتلة وهي من تيم الرباب فشغلته عما جاء من أجله وتقدم الخبيث لخطبة الخبيثة فاشترضت عليه أن يكون مهرها ثلاثة آلاف ولا أزري ثلاثة آلاف درهم أم دينار إذن ثلاثة آلاف وعبد وقيمة وأن يقتل علي بن أبي طالب فوافق الخبيث على شرطها وعطاها المهر وتزوجها ثم تربص بعلي بن أبي طالب وضي الله عنه وفي فجر السابع عشر من رمضان من سنة الأربعين خرج علي إلى الجامع في الكوفة يدعو الناس لصلاة الصبح وكان الخبيث ينتظر فهجم عليه وضربه بالسيف المسموم على جبهته فضوى الله عليه ولما ضرب الخليفة صاحب الناس قائلا لا يفوتنكم الرجل وجرح رضي الله عنه جرحا مميتا ليس مسموم على جبهته وألقي القبض على المجرم الشقي وأدخلوه إلى الخليفة المصاب والآن أيها الأخوة أريدكم أن تركزوا على الشوار الذي دار بيت ولي أمر المسلمين فكذوا على هذا الشوار الذي دار بين ولي أمر المسلمين الخليفة الراشد الرابع دار بينه وبين هذا الخارج شوار عجيب قال له علي أي أدو الله ألم أحسن إليك قال بلى فقال له علي ما حملك على هذا قال شحذته أربعين صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه فقال له علي رضي الله لا أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا من شر خلقه انظروا أيها الأخوة إلى هذا الخارجي الحبيث ماذا يقول لأمير المؤمنين فإذا كان هذا رأيه في أمير المؤمنين سيد الصحاب في ذلك الوقت فما هو رأي هذا الخارجي بعامة المسلمين حتى تعرف خطورة وقذارت هذا الفكر ثم قال علي رضي الله عنه النفس بالنفس إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأيه ثم نهى علي رضي الله عنه بنه الحسن رضي الله عنه عن المثلة نهى علي رضي الله عنه بنه الحسن عن المثلة لا يمثل به بالخارجي وقال له إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة ولا تمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم المثلة ولو إنها بالكلب العقور انظروا إلى فقه أبي الحسن بمثل هذا الموقف العصيب الرهيب ولكنها يا أخوان الفتنة التي شرع بابها لما قتل الخليفة الشهيد بن نورين أثمان بن عصان رضي الله في بيته وهو يقرأ القرآن لما توفي علي رضي الله عنه أحضر بن ملجم إلى الحسن فقال له الحسن والله لأضربنك ضربة تؤديك إلى النار فقال له الخارجي لو علمت أن هذا في يديك ما اتخذت إلها غيرك ثم أمر الحسن فقطعوا يديه ورجليه يقولون بأنه لم يتوقف عن ذكر الله هذا الخارجي الخبيث وهم يقطعوا يعني يديه ورجليه ما توقف عن ذكر الله فلما أرادوا أن يقطعوا لسانه جزع جزعا شديدا وقال وددت أن لا يزال فمي بذكر الله رطبا فقتلوه ثم أحرقوه قال ابن أبي مياس المرادي الخارجي أحد شعرائهم ابن أبي مياس المرادي الخارجي نفس قوم ابن ملجم قال فلم أرى مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام بينا غير معجم ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل علي بالحسام المصمم فلا مهر أغلى من علي وإن غلى ولا فتك دون فتك ابن ملجم عمران بن حطان وهو أيضا من زعمائهم هذا عمران بن حطان هلك في سنة 89 من الهجرة ماذا قال أيضا قال يا ضربة من تقي ما أراد بها لا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا أني لأذكره يوما فأحتبه أوفى البرية عند الله ميزان هذا أيها الأخوة فكرة أخبث وأخبث من هؤلاء أيها الأخوة منتهى الجنون منتهى يعني إذا كان شر البرية هو أمير المؤمنين خليفة الراشد الرابع فما بالكم أيها الأخوة باقي المسلم شكّنها مصيبة نعم لقد فصلت بعض الشيء في هذه الأحداث حتى أريكم من هم الخوارج وما هو معتقدهم وكيف يفكرون وأخطر ما في معتقدهم الفاسد أنهم بسبب جهلهم يعتقدون بأن ما يفعلون هو قربة لله سبحانه وتعالي يعتقدون بأنهم يتقربون بأفعالهم التي يكثرون بها المسلمين ويستحلون بها دماءهم وأموالهم يعتقدون بأنها من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالي أخرج الإمام البخاري عن أنت بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن أبي بكره رضي الله عنه قال فأيت الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين شئتين عظيمتين أبو بكره رضي الله عنه الذي روا الحديث هو صحابي جليل اختلفوا في نسبه فقيل هو نفيع وقيل بل مسروح وقيل هو نفيع بن مسروح ومسروح عبد ربشي وقيل بل هو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي وقيل بل هو عبد للحارث أمه أم أبي بكره سمية جارية الحارث بن كلدة وهي أم زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية رضي الله عنه بعد ذلك فأصبح زياد بن أبي سفيان لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة لأنه تدل يوم الطائف ببكرة من الإبل ونزل إلى النبي عليه السلام وأسلم رضي الله عنه مع غلمان من أهل الطائف قال عنه التابعي الكبير الحسن البصري لم ينزل بالبصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حسين وأبي بكرة اعتزل أبو بكر رضي الله عنه شثنة الكبرى نعم اعتزل شثنة الكبرى ولم يشارك في الجمل ولا في صفين وعمران بن حسين هو الصحابة الجليل عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي رضي الله عنه أسلم في السنة التابعة وكان من الذين اعتزلوا الفتنة في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأورده الإمام أحمد بن حنبل قال خرج علينا رسول الله ومعه حسنة وحسين هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا فقال رجل يا رسول الله إنك لا تحبهما فقال من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الصديق قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطفركم تطهيرا وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ويروي أمير بن الحق ذكروا عنه أنه قال أمير بن الحق ما تكلم عندي أحد كان أحب إذا تكلم أن لا يسكت من الحسن بن علي ما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة ما هي كلمة فحش هذه حدث مرة أنه كان بين الحسن وعمر بن عثمان بن عثان خصومة في أرض تخاصموا بسبب أرض فعرض الحسن أمرا لم يرضه عمر فقال الحسن فليس له عندنا فليس له عندنا إلا ما رغم أنفه قال عمير بن أسحاق فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه الله أكبر وكان الحسن يتصدق كثيرا وينفق على المحتاجين وكان ذو كرم بالغ أخرج الحسن من ماله لله مرتين وقاسم الله ماله ثلاث مرات وحجل حسن رضي الله عنه وحجل حسن رضي الله عنه خمسا وعشرين مرة ناشيا وان جائبا تقاد بين يديه منين يحجم يحجم المدينة المنورة إلى مكة المكرمة خمسا وعشرين مرة يمشي معناها أكيد مرات كثيرة كانت في الصيف في القيص في الحر كان يمشي هل من قلة من حاجة له نجاء بتقاد بين يديه يريد أجر بسم الله سبحانه وتعالى وأورد الإمام الحافظ بن كثير الدمشق في كتابه البداية والنهاية وغيرهم المرحين أيضا والعلماء أورد الكثير من فضائل ومناقب الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه قال الحافظ بن كثير عن الحسن وقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه ويتفداه وكذلك عمر بن الخطاب وكان عثمان بن عثان يكرم الحسن والحسين ويحبهما وفي حصار أمير المؤمنين عثمان بن عثان رضي الله عنه في داره بالمدينة أمر علي بنه الحسن بأن يحرس الدار ويدافع عن عثمان فكان الحسن يحرس الدار متقلدا سيفه دفاعا عن الخليفة فخشي عثمان عليه من السوار فأقسم عليه ليرجعن إلى منزلهم تطيبا لخاطر أبيه علي وخوفا عليه وكان علي رضي الله عنه يكرم الحسن إكراما زائدا وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يأخذ الركاب الحسن والحسين إذا ركبا وكان إذا طاف بالبيت يكاد الناس يحطمونهما بسبب الازدحام من حولهما للسلام عليهما وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول والله ما قامت النساء على مثل الحسن بن علي وكان معاوية رضي الله عنه يكرمه إكراما بالغا هذا الصحابة وفعلهم مع آل البيت أيها الأخوة هذا الكلام صحيح هذا توقير سادتنا الصحابة لآل البيت رضوان الله عليه أما خلاف ذلك كلام فاضي هذا الكلام صحيح هذا كلام مؤرخين نتقات حافظ من كثير وغيره ومنذ البداية أراد الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أي يصلح بين المسلمين الذين أفنتهم معارك حرب الفكنة الكبرى وفي الكوفة بايع المسلمون الحتن بن علي رضي الله عنه وكان أول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان تحت إمرته أربعين ألفا من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحت إمرت سعد بن قيس قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عليه عن أبيه كان تحت إمرت أربعين ألف جيش كبير وقال الحسن ابسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين فقاله الحسن على كتاب الله وسنة نبيه فإن ذلك يأتي من وراء كل شر فبايعه قيس بن سعد وسكر فبايعه الناس فقال له ابسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين فمن هم أيها الأخوة هؤلاء المحلين المحلون أيها الأخوة هم من لا عهد لهم ولا حرمة لا عهد لهم ولا حرمة لهم ولأن المسلم يحرم عليه قتل المسلم فإذا استحلت جماعة من المسلمين قتال جماعة أخرى من المسلمين فهم من المحلين وعلى المسلمين قتال المحلين ليدفعوا شرهم وأذاهم عنهم بعد أن بايع الناس بحسب رضي الله عنه بالخلافة وكان ذلك بالكوفة خرج بالناس إلى المدائن وبعث بقيس بن سعد على مقدمة جيشه في اثنى عشر ألفا وأقبل معاوية رضي الله عنه في جند الشام ونزل في مكان اسمه مسكن ومسكن هذه قرية في العراق على نهر دجلة ثم حدث هرج ومرج في معسكر الحسن عندما نادى مناد بأن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قد قتل فانفر قتل قيس بن سعد صاح فيه فوفتناها ولم يكن ذلك صحيح لم يكن القيس بن سعد ولا حتى عربه فلما سمع الناس ذلك نفروا ونهبوا سراجق الحسن حتى نازعوه بصاطا كان تحت لم يكن الحسن رضي الله عنه يثق بأهل الكوفة حسن والله عليه لم يكن يثق بأهل الكوفة فهم قد خذلوا أباه علي بن عين طالب رضي الله عنه ولذلك كان الحسن لهم مبغضا وهم قد طعنوه بعدما بايعوه لأنه اشترط عليهم أثناء البيعة فروطا منها أنه قال لهم إنكم سامعون مطيعون تسالمون من تلمت وتحاربون من حاربت فلما سمعوا منه ذلك ارتابوا في أمره وقالوا ليس هذا بصاحبكم إنه لا يريد القتال فطعنوه بعد ذلك طعنة أشوته طعنة أشوته يعني أصابته لكن لم تقتل ونهبوا متاعه في معسكره بالملائن فخافهم حسن على نفسه وازداد لهم بغضا وازداد منهم رعبا وعرف أنه لا يستطيع الاعتماد عليهم فكتب إلى معاوية رضي الله عنه في أمر الصلح وذكر الإمام البخاري أن الحسن بن علي استقبل معاوية بكتائب مثل الجبال فقال عمر بن العاص رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أني لا أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بضعفتهم من لي بنسائهم وضع الله عليك يا معاوية صحاب جلي لا شك نعم وفي أثناء ذلك وصل كتاب الحسن إلى معاوية في أمر الصلح فبادر معاوية رضي الله عنه من فوره بإرسال رجلين من الصحابة من قومه بني عبد الشمس بن عبد الشمس بن عبد الناس إلى الحسن لنفاوضانه في أمر الصلح وهذا من رجلان هما عبد الرحمن بن ثمرة بن حبيب بن ربيع بن عبد الشمس وعبد الله بن عامر بن كريس بن ربيع بن حبيب بن عبد الشمس رضي الله عنهما عبد الرحمن بن ثمرة أسلم يوم الفتح سماه الرسول عبد الرحمن وكان اسمه عبد الكعبة توفي في البصرة في سنة خمسين أما عبد الله بن عامر رضي الله عنه فقد ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول عليه السلام قد تفل في فمه وعوده فبلع الطفل الصغير ريق المصطفى عليه السلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لمسقاء ولذلك كان هذا الصحابي الجليل لا يعالج أرضا إلا نبع بها الماء بأمر الله ثم ببركة دعاء رسول والله عثمان بن عفان رضي الله عنه البصرة وكان رضي الله عنه من كبار الفاتحين فتح خراسان وسجستان وكرمان وأقراف فارس وزابولستان وهذه زابولستان في أفغانستان الحالية وفي ولايته قتل يزدجرب الثالث آخر الأكاثرة فأحرم ابن عامر من نيسابور بعمره وحجه شكرا لله سبحانه وتعالى توفي يرحمه الله في سنة سبع خمسين وقيل بل في سنة ثمان خمسين وصل الصحابيان رضي الله عنهما إلى الحسن رضي الله عنه في مؤسكره بالمدائن وتداولوا في أمر الصلح وتم الاتفاق بينهم على الصلح وكتب الحسن إلى قيس بن سعد رضي الله عنه وهو على مقدمة الجيش وتحت إمرته 12 ألف مقاتل لأمره بالدخول في طاعة معاوية فخطب قيس بن سعد بالناس فقال أيها الناس اختاروا الدخول في طاعة إمام ضلالة أو القتال مع غير إمام قالوا له لا بل نختار أن ندخل في طاعة إمام ضلالة فبايعوا لمعاوية رضي الله عنه كانت نادل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان في ربيع الأول من سنة 41 من الهجرة وعلى ذلك تكون مدة خلافة الحسن رضي الله عنه ستة أشهر وأياما ولقد بلغ الغيض والغضب مبلغه عند كثير من بجال الحسن رضي الله عنه لما تنازل على الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حتى أن أحدهم سفيه لا شك قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين هذا لا شك في أنه منتهى الجهل والحماقة من هذا الغبي الجاهل ولكن ماذا قال له الحسن رضي الله عليه هل نهره هل أمر بضربه قال له الحسن لا تقل هذا لست بمذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك كرهت أن أقتلهم على الملك دخل معاوية بن أبي سفيان الكوفة وبايعه الناس ثم خطب فيهم وبمشورة من عمر بن العاص رضي الله عنه طلب معاوية من الحسن أن يخطب بالناس فقال الناس في خطبته أما بعد أيها الناس فإن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين فلما قال ذلك غضب معاوية وأمره بالجلوس ثم بعد ذلك غادر الحسن الكوفة إلى المدينة منورة وبقى فيها إلى حين وفاته رضي الله عنه في السنة التاسعة والأربعين وقيل في سنة وفاته غير ذلك مات رضي الله عنه مسموما وحاول معه أخوه الحسين رضي الله عنه ليخبره عمن ثقاه السم فلم يخبره وقال الله أشد نقمة إن كان الذي أظن وإلا فلا يقتل بي والله بريء سؤل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حمد رضي الله عنه عما جرى بين علي ومعاوية فقرأ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولما جاء خبر مقتل علي رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه جعل معاوية يبكي فقالت له امرأته أتبكيه وقد قاتلته قال ويحكي إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم وحتى نختم هذه الحلقة يقول لكم دخل أبو مسلم الخولاني ومعه جماعة على معاوية رضي الله عنه فقالوا له أنت تنازع عليا أم أنت مثله فقال والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل فأحق بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه وأمره إلي فقولوا له فليسلم إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره فأتوا عليا أبو مسلم الخولاني والجماعة الذين معه أتوا عليا فكلموا في ذلك فلم يدفع إليهم أحدا أستطيع في ذلك الوقت قلنا لكم الثوار ووضعهم جلمين جهل بالدين أبو مسلم الخولاني من سادة التابعين اسمه عبد الله بن ثوب أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره وأهد إلى المدينة في خلافة الصديق رضي الله عنه وتوفي أبو مسلم الخولاني أو الخولاني في سنة اثنتين وستين فيها الأخوة نريد أن نتوقف هنا وإزاكم الله خير على حسن استماعكم وإن شاء الله سوف نكمل في الدرس الثالث أو في الحلقة القادمة ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية وهذه الحلقة وهذه الثلاث حلقات بإذن الله كأنها ستكون مقدمة لهذه الدروس سلسلة هذه الدروس دروس تاريخ سياسي للدولة الإنموية وجزاكم الله خير على حسن اجتماعكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في دقائنا الثالث درس الثالث من دروس تاريخ سياسي للدولة الإنموية ولعلكم تذكرون أننا في درس الماضي درس الثاني تكلمنا عن تولي خليفة الراشد الرابع علي بن عبي طالب رضي الله عنه من المؤمنين تولى الخلافة بعد مقتل خليفة الشهيد بن نورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وقلنا بأن الأمور اضطربت على الخليفة علي بن عبي طالب خليفة الراشد الرابع وذلك أن معاوية بن عبي سفيان رضي الله عنه أمير الشام اختلف مع علي رضي الله عنه كان يطالبه بأن يسلم له قتلت رثمان رضي الله عنه ولكن عليا ما كان يستطيع في ذلك الوقت بسبب شراسة الثوار وقوته وهذا أدى إلى نشوب معركة الجمل ثم بعد ذلك حرب صفين رهيبة وانتهى الأمر بالتحكيم كما تعلمون قبول علي بن أبي طالب بالتحكيم جعل جماعة من المسلمين تخرج على ولي الأمر الشرعي خليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب سموهم بالحرورية نسبة إلى بلدة حروراء بالعراق وهم الخوارج يوعدهم وهذا أدى إلى أن يتواجه معهم خليفة ويلحق بهم هزيمة تاحقة في معركة النهروان لسبب قتلاهم في معركة النهروان واخترتهم كبيرة أدى ذلك إلى المؤامرة الشهيرة التي قام بها عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله ثلاثة هؤلاء الأشقياء وتمكن عبد الرحمن بن ملجم من غدر الخليفة ضربه على جبحته بسيف مسموم وهذا إلى أدى هذا إلى وفاته رضي الله عنه تولى ابنه الحسن رضي الله عنه ولكن الحسن أراد أن يصلح بين الفئتين ومتقاتلتين من المسلمين ولذلك تنازل عن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الأحداث المعروفة التي تكلمنا بها في اللقاء المهم روى الإمام أحمد بن حنبل عن العرباد بن ساري السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى السحور في شهر رمضان هلم إلى الغداء المبارك ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحتاب وقه العذاب وروا الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عميرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية وقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به قال ابن كثير في كتابه سؤل عبد الله بن المبارك عن معاوية فقال ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فقال خلفه ربنا ولك الحمد فقيل له أيهما أفضل هو أو عمر بن عبد العزيز فقال لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز ولما سئل المعافى بن عمران عن معاوية رضي الله عنه والمعافى هو ابن عمران بن نفيل بن جابر الأزدي الإمام الكبير ولد في أواخر الدولة الأموية وكان عالما كبيرا شديد السخاء اشتهرب السخاء وهو من سادات الأزد قتل الخوارج قبحهم الله له ولدين فلم يظهر عليه شيء وجمع أصحابه ثم أطعمهم فلما فرغوا قال لهم آجركم الله في فلان وفلان توفي المعافى رحمه الله في سنة الست وثمانين ومئة من الهجرة لما سئل المعافى أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز غضب وقال أتجعل رجلا من احطحابة مثل رجل من التابعين معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله نعم هؤلاء هم استلف أيها الأخوة ما يأتينا رجل الآن ويتفلفف ويصنع من نفسه عالم بالتاريخ ولا عالم في الرجال ولا عالم في الفقه والشريعة هذا هو هدي السلف عند الكلام عن الصحابة رضو الله عليه فأدتنا الصحابة هؤلاء من يأتي الآن في القرن الخامس عشر هجري ويتكلم عن الصحابة رضو الله عليه من أنت بالنسبة لهؤلاء نعم قال الحافظ إبراهيم بن ميسرة طائفي المتوفى في سنة اثنتين وثلاثين ومئة ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أصواطا روى الإمام أحمد بن حنبل عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك وفي الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل وأبي عبيد بن الجراح رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة ثم يكون رحمة وخلافة ثم كائنا ملكا عضوضا ثم كائنا عتوا وجبرية وفسادا في الأرض يستحلون الحرير رأيت رجلا كان أحلق بالملك من معاوية وقال عبد الملك بن مروان عن معاوية رضي الله عنه ما رأيت مثله في حلمه واحتماله نعم انظروا ماذا قال عنه الصحابي الجليل أمر بن العاط رضي الله عنه قال احذروا قرم قريش وابن كريمها من يضحك عند الغضب ولا ينام إلا على الرضا ويتناول ما فوقه من تحته وقال عنه عبد الله بن عبات رضي الله عنه كان حلمه قاهرا لغضبه وجوده غالبا على منعه يصل ولا يقطع ويجمع ولا يفرق قال معاوية رضي الله عنه عن نفسه يتكلم يقول لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت أبدا قيل له وكيف ذلك قال كنت إذا مدوها أرخيتها وإذا أرخوها مددتها نعم هذا معاوي معاوي أيها الأخوة كان طويلا أبيضا جميلا أبيض الرأس واللحية ولذلك كان يخضبهما بالحناء والكتم أسلم مع أبيه يوم فتح مكة وكان رضي الله عنه من المؤلفة قلوبهم وكان يكتب الوحي لما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره من كتاب الوحي رضي الله عنه ومن المعروف أن عدد كتاب الوحي أكثر من أربعين كاتب منهم عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن فابت رضي الله عنه وكان معاوية مع أخيه من أبيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام وكان يزيد أميرا على الشام فلما مات نصب عمر معاوية مكانه على الشام فكتب إليه أبو سفيان أبوه ظروا هذه كلمة مهمة كتب إلى ابنه معاوية في الشام قال له يا بني إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا فرفعهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله وقصر بنا تأخيرنا فصاروا قادة وسادة وصرنا أتباعا وقد ولوك جتيما من أمورهم فلا تخالفهم فإنك تجري إلى أمد فنافذ فإن بلغته أو رفته عقبك نعم كلمة عجيبة أبي سفيان رضي الله وفي سنة سبع وعشرين افتتح المسلمون جزيرة قبرص فتحها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ركب البحر بجيش كبير وكان من ضمن من كان معه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وزوجته الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما وعبادها هو عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي شهد العقبة الأولى والثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها شهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عبادة بن الصامت في سنة أربع وثلاثين أما أم حرام فهي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية الخزرجية قالت الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك قالت ما يضحكك يا رسول الله فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون فبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة فقالت اجعل الله أن يجعلني منهم فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك فقالت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر زمان معاوية فصورعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت هذا هو فتح قبرص الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي توفيت به أم ملحان رضي الله عنها أما الذين عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم في منامه فهم الذين غزوا القسطنطينية في سنة تسف وأربعين في خلافة معاوية وكان أميرهم هو يزيد بن معاوية في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أيضا في طحيحه أن عمير بن الأسود العنسي أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام قال عمير فحدفتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا نعم إذن أيها الإخوة بمبايعة معاوية بن أبي سفيار رضي الله عنه هدأت الفتنة وسمي هذا العام بعام الجماعة وبما أننا نتكلم في هذه الدروس عن التاريخ السياسي للدولة الأموية وبما أننا قد وصلنا في الحديث إلى عام الجماعة نريد أن نتكلم وباختصار شديد وبعيدا عن الآراء المختلفة نريد أن نتكلم عن الإمامة أو الخلافة وعن البيعة يعني بما أننا نتكلم في هذا المجال نريد أن نتكلم عن هذه المفاحي بها طبعا الكثير الأراء لكن نتكلم بما تيسرنا نحن هنا نتكلم أيها الأخوة عن الإمامة إمامة المسلمين عند أهل السنة والجماعة الإمامة كما قال الفقه الشافعي الكبير علي بن محمد بن حبيب الذي يعرف بالماوردي المتوفى في سنة خمسين وأربعمائة من الهجرة قال في كتابه المسمى بالأحكام السلطانية قال عن الإمامة هي خلافة النبوة في حراتة الدين وسياسة الدنيا وعلى ذلك تكون الخلافة كما عرفها جمهور العلماء بأنها الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام الماورد ولا أريد هنا أن أفصل في موضوع الإمامة ولكن أريد ما قاله القاضي أبو يعلى محمد بن حسين الفراء الحنبلي المتوفى في سنة ثمان وخمسين واربعمائة قال في كتابه أيضا المعروف بالأحكام السلطانية قال والإمامة تنعقد من جهتين أحدهما باختيار أهل الحل والعقد والثاني بعهد من قبله فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فإنها لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد بأن يقول كلهم هذا إمام وأما بعهد من قبله بمعنى أن يعهد الخليفة أو السلطان أو الأمير الأمر إلى من يختاره لتولي الأمر من بعده فإن ذلك يجوز إذا وافق أهل الحل والعقد على ذلك وتجوز إمامة المصدون في وجود الأصدر هذا كلام الفر أبو يعلم ويجب في من يتولى الإمامة أو الخلافة أن تتوافر فيه شروط محينا مثل أن يكون حرا وهي ضرورية أن يكون حرا بالغا عاقلا عدلا عالما شجاعا قويا حازما فقيها صحيحا ليس بأعمى ولا بأصم وفي هذه لا نريد أن نقود العصم لا نريد أن نقود في الآراء المختلفة بين العلماء ويجب أيضا أن يكون من الشروط أن يكون من قريش كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منه مهما هذا عن الإمامة باختصار أو الخلاف ولكن ماذا عن البيعة التي تعقد للإمام أو للخليفة البيعة في اللغة مشتقة من البيعة البيعة مشتقة من البيعة والمبايعة هي المعاهدة ومن وجهة نظر الشرع البيعة هي معاهدة المرء ولي الأمر على السمع والطاعة وأن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين وأن لا ينازعه في شيء من ذلك وأن يطيعه في المنشط والمكره فيما يكلفه به من أمور هذا تعريف مهم هذه البيعة السجنة بايعتك بس لا بيع لها شروط ولها أمور ولها يعني متطلبات وعليها تبعات إذا نقضت ويجب على المسلم أن يبايع الإمام وعلى المرء المسلم أن يسمع ويطيع إمامه ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك إذن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وفي الحديث الذي ضواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة نجح لي هذا يا حديث أيها الأخوة شر مو على كيفك هذا شيء نتبعه شر وفي الحديث إذن هذا حديث ابن عباس واضح الذي رواه الإمام البخاري واضح وأيضا من يبايع يجب عليه طاعة الإمام وتحرم عليه معصيته إلا إذا أمر الإمام بمعصية ويحرم عليه نقض البيعة من يبايع يحرم عليه نقض البيعة إلا إذا صدر من الإمام ما يوجب نقض البيعة وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية أنية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلة ومن خرج على أمتي يضرب ضرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولستني وفي الحديث أيضا الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من خلع يدا لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة نعم والسمع والطاعة الإمام لا تكون أيها الأخوة في معطية أبدا سمع والطاعة لا تكون في معصية ففي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا يجوز أيها الأخوة البيعة لأكثر من أمير ولا يجوز لأحد أن ينازع الإمام الذي تمت مبايعته من قبل أهل الحل والعقد ما تجوز منازعة الإمام الذي تمت مبايعته وعلى المسلمين قتال من ينازع الإمام الذي تمت مبايعته وللبيعة صيغة عامة وقد تتغير عباراتها طبقا للظروف ولكن بصفة عامة تكون هكذا بصفة عامة تكون البيعة هكذا نبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيل الله تعالى وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا فيما استطعنا وأن لا ننازع الأمر أهله هذه البيعة واضحة ما فيها أيها الأخوة نعم الآن أيها الأخوة بعد هذه المقدمات أعتبر أنا تقريبا معظم الكلام الذي تكلمناه منذ الدرس الأول إلى هذه اللحظة يعتبر تقديم أو مقدمة لبداية تاريخ دولة الأخوة أريد الآن أن أتكلم عن رجل لعب دورا مهما في أحداث تلك الحقبة من التاريخ الإسلامي هذا الرجل هو زياد بن سمية أو زياد بن أبيه الذي عرف بعد ذلك بزياد بن أبي سفيان ولد زياد في الطائف في عام الهجرة وقيل بل قبل الهجرة بعام وأسلم في خلافة صديق واختلفوا في اسم أبيه فيقولون بأن زياد هو زياد ابن عبيد الثقفي كان أبوه عبيد عبدا ويسمونه أيضا بزياد بن سمية أمه سمية جارية الحارف بن كلد الثقفي الطبيب المشهور واشترى زياد أباه عبيدا وأعتقه بعد ذلك قدم زياد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبشره بأحد الفتوح فطلب منه عمر أن يهطب بالناس فخطب خطبة عصماء فقال عمر بن العص رضي الله عنه لو كان هذا الفتى قرشيا لثاق العرب بعصاه فقال أبو سفيان والله إني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن هو يا أبا سفيان قال أنا فقال علي مهلا فلو سمعها عمر لكان سريعا إليك يعني له شأن معك حاسبك على هذا الكلام وكتب مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى زياد عندما كان زياد في فارس إنما وليتك وأنت عندي أهل لذلك ولن تدرك ما تريد إلا بالصبر واليقين وإنما كانت من أبي سفيان وإنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر هذه الكلمة اللي قالها أبو سفيان وإنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق نتبا ولا ميراثا وإن معاوية يأتي المرأة من بين يديه ومن خلفه فاحذره والسلام هذا يعني مقدمة عن زياد ونحل وكان زياد من جهات الرجال وكان كاتبا متمكنا وكتب لأبي موسى الأشعري وللمغيرة بن شعبة ولعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وزياد أخ لأبي بكره رضي الله عنه من الأمم وكان زياد من أنصار علي بن عبي طالب رضي الله عنه وكان علي بعثه لقتال أكراد خرجوا في فارس فأوقع بهم زياد وأقام في قلعة في الصحر نسبت إليه فهي قلعة زياد لما تم الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما أرسل معاوية قائده بسر بن أبي أرطات بسر بن أبي أرطات هذا بسر بن أبي أرطات من بني معيص بن عامر بن لؤي القرشيين إذن بسر بن أبي أرطات من بني معيص بن عامر بن لؤي وهو قرشي ولست متأكدا من صحبة بسر القرشيين إذن بسر بن أبي أرطات من بني معيص بن عامر بن لؤي وهو قرشي ولست متأكدا من صحبة بسر حاولت بحث فما تأكد هل هو صحابي أم لا الإمام أحمد ويحيى بن معين قلان بأنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم معاويه رضي الله عنه بعث بسر بن أبي أرطات على رأت جيش إلى البصرة أمره بأن يقبض على بني زياد وذلك حتى يستخلص أموالا كانت لبيت مال المسلمين عن زياد الذي كان يقيم بعيدا في الصحر في البصرة قبض بسر بن أبي أرطات وبسر هذا بالمناسبة من الجبابرة القسات قبض على عبد الرحمن بن أبي بكرة وعلى عبيد الله وعباد بن زياد وأراد بسر أن يقتلهم ولكن أبو بكرة تمهل بسر سبوعا لماذا حتى يذهب إلى معاوية في دمشق في الشام فأمهله فأمهله بسر أسبوعا ذاهبا آيبا وإلا فإنه سوف يقتلهم فجد كما يقولون أبو بكرة بالمسير اشتد بالمسير وقالوا بأنه قتل دابتين تحته من شدة السير ما يتوقف يعني اشتد في مسيره ولما وصل إلى معاوية طلب منه أبو بكر أن يعطي زيادا أخاه الأمان وأن يكتب إلى بسر بإطلاق سراح من بيده فكتب معاوية إلى بسر بذلك وقال لأبي بكر أعطي أخاك الأمان على أن يسلم ما عنده من أموال ووصل أبو بكر إلى البصر قبيل غروب اليوم السابع واستطاع بفضل الله أن يستنقذ الأسر نعم في سنة اثنتين واربعين كتب معاوية إلى زياد بالقدوم عليه وكان أبو بكره قد حث أخاه زياد على الدخول في طاعة الخليفة فلما وفد زياد الداهية على معاوية رضي الله عنه سأله عن الأموال التي جمعها من فارس فقال له زياد بأنه أرسل منها إلى علي رضي الله عنه وصرف بعضها في الإنفاق على شؤون الإمارة واحتفظ بالبقية عند بعض أعوانه وسوف يحضرها له فصدقه معاوية أو يعني أراد أن يكسبه ولا يحاسبه على هذه يعني يستفيد من قدرات زياد وأرسله ليقيم في الكوفة وذلك حتى يكون تحت نظر المغيرة بن شعب رضي الله عنه في سنة في سنة اثنتين واربعين غزى المسلمون بلاد اللان وبلاد الروم بلاد اللان هذه بالقرب من أرمينيا إذا ننظروا إلى بركة عام الجماعة أيها الأخوة في سنين الفتنة الكبرى كان المسلمون يتقاتلون فيما بينهم وكان الجهاد متوقفا توقف الجهاد بسبب الفتنة والحروب فيما بين المسلمين ولما اصطلحوا قاموا في نفس العام بمواصلة جهادهم في سبيل الله ولذلك ماذا تتوقعون أن يكون رد فعل ولي الأمر مع من يخرج أو حتى يفكر أو يخطط للخروج بعد هذا الصلح الذي أعقب هذه الفتنة الدامية نعم إذن أيضا من الأمور التي نحب أن نشير إليها أنه في سنة اثنتين واربعين ولد الحجاج بن يوسف الثقافي الذي سوف يكون له شأن في الدولة الأموية نعم إذن قلنا بأن الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقبل أن ينشف القتال في معركة النهران دفع ذات الفرون من درس الماضي قلنا بأنه قبل أن ينشف القتال دفع براية الأمان إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصار يضي الله عنه فتوجه أبو أيوب إلى الخوارج وقال لهم من جاء إلى هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو عامل ومن انصارف منكم إلى الكوفة أو المدائن فهو آمن وإذا تذكرون قلنا بأن جماعة منهم استجابوا لهذه الدعوة وأبى البقية إلا القتال ولما نشب القتال هزم الخوارج هزيمة ساحقة وقتل مغظمهم وجرح منهم قرابة الأربع مئة وقام الخليفة بالعفو عنهم بعد أن شفوا من جراح معالجوهم شفية الجراح عفى عنهم الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج الذين استجابوا لدعوة الأمان وجرح الخوارج في النهروان الذين شفوا من جراحهم وهم كما قلنا قرابة الأربع مئة هؤلاء الجرحة لما اصطلح المسلمون في عام الجماعة وآل الأمر إلى معاوية بن أبي سفيار رضي الله عنه حركتهم نفوسهم المريضة لقيام بالسدنة والخروج على الخليفة فابتدأ رؤوسهم بالنجوة هذه البداية النجوة ثم أخذوا ويجتمعون اجتماعات سرية وأمروا عليهم أميرا لقبوه بأمير المؤمنين وهو المستورد ابن علفة المستورد ابن علفة ابن الفريش التيمي إذن المستورد ابن علفة ابن الفريش التيمي من تيم الرباب وكان ذلك في الكوفة واتفقوا أن يكون خروجهم في شعبان من سنة ثلاثة واربعين كان أمير الكوفة في ذلك الوقت هو المغيرة ابن شعب الثقص رضي الله عنه فلما وصلته أخبارهم خطب في الناس وحذرهم وكان مما قال لهم وأيهم الله لقد خشيت ألا أجد بدا من أن يعصب الحليم التقيب ذنب السفيه الجاهل فكفوا أيها الناس فهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامنا وقد ذكر لي أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا في المصر تيمي وكانوا قرابة ثلاثمائة رجل ونزلوا في المذار والمذار هي مدينة ميسان الواقع على نهر الدجلة سميت بالمذار لفساد تربتها فانتدب فانتدب لهم المغيرة بن شعبة الناس لإختالهم وأمر على الجيش معقل بن قيس الرياحي التميمي وكان الذين معه يقدرون بثلاثة آلاف رجل وانظروا إلى وصية الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى أمير الجيش معقل بن قيس الرياحي ماذا أوصاه قال له يا معقل أني قد بعثت معك فرسان أهل المصر أسر إلى هذه العصابة المارقة الذين فارقوا جماعتنا وشهدوا عليها بالكفر فادعهم إلى التوبة وإلى الدخول في الجماعة فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم وإنهم لم يفعلوا فناجزهم واستعن بالله عليه أشكنها طبعا وصية عظيمة من هذا الصحابي الجليل وفي أثناء مطاردة معقل بن قيس للخوارج مر الخوارج بالمدائن وكان أميرها تماك بن عبيد العبسي فأرتل له المستورد كتابا جاء فيه أنا هنا طبعا أذكر لكم هذه التفاصيل حتى تعرفون من هم الخوارج أيها ماذا جاء في الكتاب يقول له من عبد الله المستورد أمير المؤمنين إلى تماك بن عبيد أما بعد فقد نقمنا على قومنا الجور في الأحكام وتعطيل الحدود والاستئثار بالفي وأنا أدعوك إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وولاية أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما والبراءة من عثمان وعلي لإحداثهما في الدين وتركهما حكم الكتاب فإن تقبل فقد أدركت رشدك وإن لا تقبل فقد بالغنا في الإعذار إليك وقد آذناك بحرب فنبذنا إليك على سواء إن الله لا يحب الخائنين هذا كلام يعني على كل إن اشتبك معقل نقيس مع الخوارج في قتال شرس وكان الخوارج قبحهم الله يقاتلون ببثالة عجيبة وفي تلك الأثناء وصلت الأخبار بقرب وصول جيش من البصرة قوامه ثلاثة آلاف رجل بعثه أمير البصرة عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي القرشي رضي الله عنه وعلى رأة هذا الجيش شريك بن الأعور بن الحارث بن عبد يغوث من بني الحارث بن كعب المدحجيين ولكن هذا الجيش لم يشارك في القتال لأن الخوارج انسحبوا من المذار من دون أن يشعر بهم أحد وكذلك لم يلحقوا بالخوارج وأبوا قتالهم وقالوا إن في جيش الكوفة كفاية هذا شريك قال إن في جيش الكوفة كفاية الخوارج انسحبوا والناس تريد السلام لكن معقنا نقيس الرياح لاحق بالخوارج واشتبك معهم بقتال ضار شريك لم يلحق بهم قال إن في جيش الكوفة كفاية لكن معق الأب إلا أن يقاتلهم ولذلك لحق بهم واشتبك معهم بقتال ضار فقتلوا جميع الخوارج ولكن بعد أن قتلوا الكثير من أعدائهم ولم ينج منهم إلا عبد الله بن عقبة الغنوي وكان صغيرا هرب على فرس ودحل الكوفة وأقذ له الأمان من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولكنه خرج بعد ذلك في فتنة بن الأشعث فستنتكلم عليها بعد ذلك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في فتنته المعروفة وهذا نقول عبد الله بن عقبة الغنوي هرب على فرس لكنه خرج في فتنة بن الأشعث بن أشعث هو عبد الرحمن بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي القتل في دير الجماجم هذه الفتنة دارت بها عدة حروب دارت بها عدة حروب في دير الجماجم قتل هذا عبد الله بن عقبة الغنوي وكان المستورد بن علفه خرج برمح إلى معقل بن قيس الرياحي وطلب رجال كانوا مع معقل رجال معقل طلبوا منه أن لا يخرج الخارجي وسوف قالوا له نحن سوف نتولى أمر هذا الخارجي ولكن معقل أبا ذلك وانتظى سيفه وخرج للقاء أدوه وطعنه المستورد بالرمح على صدره فخرج السنان من ظهره ولكنه قبل أن يسقط حواب السيف على رأس المستورد فمات الاثنين هذا من طعنة الرمح النافذة وذاك من ضربة السيف التي فلقت هامتها في يوم الفطر من سنة الثلاثة وأربعين توفي في مصر الصحابي الجليل أمر بن العاص ابن وائل السحمي القرشي رضي الله عنه فتولى ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه إمارة مصر وفي نفس السنة توفي في المدينة منورة الصحابي الجليل محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه أخرج الإمام أحمد في مسنده عن الصحابي الجليل عقبة بن عامل الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم الناس وآمن عمر بن العاص وفي سنن الترمذي عن الصحابة الجليل طلحت عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عمر بن العاص من صالح قريش وأيضا أيها الأخوة من المعروف أن عمر بن العاص رضي الله عنه من رجال العرب والإسلام ودهاتهم وكان بطلا من أبطال فتحات الإسلامية رضي الله أما محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأوسي الأمطاري الصحاب الجليل فقد شهد بدرا والمشاهدة كلها مع رسول صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة تبوك لماذا لم يشهد غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلفه على المدينة وكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه من الذين اعتزلوا الفتنة الفتنة الكبرى اعتزلها لم يشارك بها واتخذ سيفا من خشب وقال بذلك أمرني رسول الله نعم في سنة 43 من الهجرة غزى عبد الرحمن بن خالد بن وليد بلاد الروم وكان ملك الروم هو الإمبراطور كونستانت ثاني كونستانت الثاني وكذلك غزاها في سنة 45 و46 ثم عاد في سنة 46 إلى حمص فدس له ابن أثال النصراني السم في شربة مسمومة فمات أمروه بأن يدس له السم لا نعرف تحديدا من أمره بهذا النصراني الطبيب بأن يدس له السم وفي مرة هذه رواية يعني بها طرافة وبها في مرة قدم خالد بن عبد الرحمن ابن خالد بن وليد إلى المدينة المنورة فجلس يوما عند عروة بن زبير بن العوام وكان عروة كثيفا فسلم عليه فقال له عروة من أنت فقال له أنا خالد بن عبد الرحمن لخالد بن وليد فقال له عروة ما فعل ابن أثال فقام خالد وسارا فوره إلى حمص وتربط بابن أثال فلما رآه ضربه بالسيف فقتله فأخذوه إلى معاوية رضي الله عنه فحبسه أياما وأغرمه ديته ولم يقده منه ووجع خالد إلى المدينة وأتى عروة بن زبير فسلم عليه فقال له عروة ما فعل ابن أثال فقال له لقد كفيتك ابن أثال ولكن ما فعل ابن جرموز فاستكت عروة المعروف أن ابن جرموز هو الذي قتل صحابي الجليل زبير بن العوام غدره فعني يقول لها أنت تقول لما فعل ابن أثال نحن أخذنا بفائرنا لكن أنت ما صنعت بمن قتل الزبير والدك نعم في سنة أربع وأربعين من الهجرة استلحق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نسب زياد بن سمية تلحقه وأدخله بأبي سفيان لماذا يفعل معاوية رضي الله عليه ذلك هذا الصحابي الجليل فعل ذلك لأن رجلا شهد أن أبا سفيان أقر بأنه أتى سمية أم زياد في الجاهلية فحملت بزياد منه هذا رجل مسلم عدل أتى وشاهده ما تقدر تقول لها أنت الحين لا شهد تكباط وكانت سمية جالية للحارث ابن كلد الثقفي طبيب العرب واستنكر كثيرون هذا الاستلحق وكان منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عامر بن كريد بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس رضي الله عنه وكان أمير البصرة من قبل معاوية وكان ينقم على زياد لأنه بلغه أن زيادا يقول أن ابن عامر ضعيف في إمارته فقال ابن عامر لقد هممت أن آتي بقسامة من قريش يحلفون أن أبا سفيان لم ير سمية معاوية رضي الله عنه لما سمع بذلك غضب فلما دخل عليه ابن عامر يوما قال له معاوية أما والله كلمة مهمة اسمعوا أيها الأخوة معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه هذا الصحابي الجليل يستفاد من ذراسة كثيرته أحد الملوك أحد حكام المسلمين ماذا قال لما دخل عليه ابن عامر قال له معاوية أما والله لقد علمت العرب أني كنت أعزها في الجاهلية وإن الإسلام لم يزدني إلا عزة وإني لم أستكثر بزياد من قلة ولم أتعزز به من ذلة ولكن عرفت حقا له فوضعته موضعة نعم أيها الأخوة بن هاشم وبن أمية هم عز قريش الجهل وكانوا كفر سيرها ولكن لما اصطفى الله سبحانه وتعالى سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطل بن هاشم بن عبد مناف النبي الأمي لما اصطفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من بين خلقه وأنزل عليه رسالة الإتلام سمى بن هاشم ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام عاليا بحيث لا يطالهم أحد لا أحد يعني ببركة الرسول عز ومجد بن هاشم في الجاهلية ازداد عزا بالرسالة ما هي علاقة بني هاشم ببني أمية تعرفوا العلاقة بين بني هاشم بني أمية تكلمنا في دروس العرب حسب ونس هاشم بن عبد مناف جد بني هاشم هو شقيق وليس بأخل شقيق من الأم والأب هو شقيق عبد شمس بن عبد مناف بل ليس ذلك هو توأمه أيضا أمهما عاتكة بنت مرى بن هلال السلمية وبن هاشم وبني أمية بن عبد الشمس من أقرب الناس إلى بعضهما البعض فهذا سيد الخلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد جده عبد مناف صلى الله عليه وسلم وهذا أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف جد جده أيضا هو نفس جد جد النبي صلى الله عليه وسلم فعبد المطلب جد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ابن عم أمية جد أبي سفيان ولما سأل رجل الإمام الشعبي يوما عن بني هاشم وبني أمية والشعبي كما تعرفون هو الإمام الكوفي الكبير عامر من الشراحين الشعبي الهمداني توفي في سنة أربع ومئة في سنة أربع بعد المئة الهجرة فقال لما سئل قال إن شئت أخبرت كما قال علي بن أبي طالب فيه ماذا قال علي قال أما بن هاشم فأطعمها للطعام وأضربها للهام كرم وشجاعة وأما بن أمية فأبعدها حلما ولمأ وأطلبها للأمر الذي لا ينال فينالونه يعني دهاء حلم ودهاء وهناك كرم وشجاعة قالوا لمعاوية يوما أخبرنا عنكم وعن بني هاشم قال بن هاشم أشرف واحدا يعني بذلك عبد المطلب بن هاشم ما حد يوازيه بالشرف عبد المطلب كواحد في بني هاشم ما حد يوازيه فما كان إلا كلا ولا حتى جاءوا بواحدة بذت الأولين والآخرين بذت الأولين والآخرين يعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا طبعا كلام معاوية رضو عن الله عليك نعم وأيضا في نفس هذا المعنى قيل لمعاوية رضي الله عنه أيكم كان أشرف أنتم أم بني هاشم قال كنا أكثر أشرافا في الكثرة نحن أكثر أشرافا وكانوا هم أشرف فيهم مؤحد لم يكن في بني عبد مناف مثل هاشم نحن أكثر أشرافا لكن من يأتينا بمثل هاشم هو واحد لكن هو الأشرف فلما هلك كنا أكثر عددا وأكثر أشرافا وكان فيهم عبد المطالب لم يكن فينا مثله فلما مات فرنا أكثر عددا وأكثر أشرافا ولم يكن فيهم واحد كواحدنا هذا حقيقة فلم يكن إلا كقرار العين حتى قالوا منا نبي فجاء نبي لم يسمع الأولون والآخرون بمثله محمد صلى الله عليه وسلم فمن يدرك هذه الخضيلة وهذا الشرف أشك لمعظيم المعاوية رضي الله عنه نعم كلام المعاوية رضي الله عنه عبد الله بن عامر بن القريز رضي الله عنه صحيح فهل معاوية أيها الأخوة وهو خليفة المسلمين وسيد من سادات قريش قريش سادة العرب هل معاوية بحاجة لأن يستكثر ويعتذ بزيادة من السمية الجارية لا هذا منطق أيها الأخوة أيها الأخوة أيضا في سنة خمس وأربعين عزل معاوية عبد الله بن عامر عن إمارة البصرة وذلك لضعفه في إدارة شؤون الإمارة وولى مكانه الحارث بن عبد الله الأذي لمدة أربعة أشهر ثم عزله عنها وولى زيادة بن عبي سفيان على البصرة وخراسان وسجستان ثم أضاف له بعد ذلك الهند والبحرين وعمان وكان زيادة بن عبي سفيان أيها الأخوة واليا حازما قويا جبارا بليغا فصيحا هابه الناس هيبة عظيمة وضبط الأمور في ولايته وكان يقول لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من أخلى لكن هذا لا شك يورينا حزم قوة هذا الوالي القوي أو الأمير القوي في سنة سبع وأربعين غزى الصحابي الجليل مالك ابن هبيرة ابن خالد ابن مسلم السكوني الكندي غزى بلاد الروم ومن المعلوم أنه بعد أن استتبى الأمر المعاوية في عام الجماعة لم يتوقف الجهاد في سبيل الله في بلاد الروم تحديدا وفي سنة تسع وأربعين قام المسلمون بغزو القسطنطينية وكان أمير الغزو يزيد بن معاوية وكان في هذا الجيش عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاط وعبد الله بن عباس وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وكان ملك الروم في تلك الفترة أيها الأخوة هو الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثالث الذي تولى الحكم بعد الإمبراطور كونستاند الثاني الذي سبق وتكلمنا عنه في سنة تسع وأربعين من الهجر أيضا توفي الصحابي الجليل والقائد البطل والداهية الكبير المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود ثقفي رضي الله عنه توفي بالطاعون ودفن بالكوفة وقيل بل كانت وفاته في سنة خمسين وقيل في سنة إحدى وخمسين ولكن نرجح سنة تسع وأربعين إنها سنة الوفاة التي توفي بها صحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومن المعروف أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أسلم في عام الحندق وشهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان وجاهد في حروب الردة في اليمامة وفي فتوحات الشام وحارب في اليرموك وفي فتوحات العراق وفارس وقاتل في القادسية وكان قد اعتذر الفتنة ولما وصل الأمر للتحكيم التحق بمعاوية رضي الله عنه نريد أيها الأخوة أن نتوقف هنا إن شاء الله وجزاكم الله خير على حسن استماع فإن شاء الله نلتقي في الدرس الرابع في موعد يحدد لاحقاً وجزاكم الله خير بسم الله بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله نرحب بكم أيها الأخوة في درس الرابع في هذا اللقاء الرابع ونريد أن نذكركم بما قلناه في الحلقة الثالثة تكلمنا أيها الأخوة عن مقتل الخليفة الراشد راضي علي بن أبي طالب ثم لما قال الأمر الحسن ابن علي أضوان الله عليه عن أبيه تنازل لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة وتكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف الإمامة والخلافة وتعريف البيعة وشروط البيعة وتكلمنا أيضاً عن بداية تأسيس الدولة الأموية وإرسال معاوية رضي الله عنه لأمرائه على الأمصار وقلنا بأنه استلحق زياد بن سمية فأصبح زياد بن أبي سفيان لما أتاه رجل من المسلمين رجل عدل وشاهد عنده بأنه سمع ابو سفيان يقول بأنه جاء سمية في الجاهلية فعلقت منه بزياد وتكلمنا لما توقفنا عند وفاة الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة ومن هنا نريد يوها الأخوة أن نكمل ما توقفنا عنده في درس الماضي أقول لما توفي المغيرة بن شعبة جمع معاوية أبي سفيان رضي الله عنه جمع لزياد أبي سفيان جمع له إمارة البصرة والكوفة فاستخلف زياد سومرة ابن جندب الفزاري رضي الله عنه على البصرة وسومرة ابن جندب أيها الأخوة غزى مع الرسول عليه السلام وكان رضي الله عنه شديدا على الخوارج وكان إذا أحضروا له واحد من الخوارج منهم إذا أثي بواحد منهم قتله ويقول شر قتلى تحت عديم السماء يكفعون المسلمين ويسفكون الدماء كان يبغضهم رحمة الله عليه توفي رضي الله عنه في سنة تسع وخمسين ولما آل أمر الكوفة إلى بياد ثار إليها وذهب إلى الجامع وصعد المنبر ثم خطبهم خطبة بليغة بياد من الأصحاء بليغة وخطبهم خطبة بليغة وأثنى عليهم بها فلما فرغ من خطبته قام بعضهم بحصبه وهو على المنبر فجلس حتى توقفوا عن حصبه فأمر رجاله بالسيطرة على أبواب المسجد مسجد الكوفة أمر رجاله بالسيطرة على أبواب المسجد ثم قال الأهل الكوفة ليأخذ كل منكم جليسة ولا يقولوا لا أدري من جليسه ثم جلس على كرسي وضع له على باب المسجد وأمرهم بأن يخرجوا أربعة أربعة وطلب منهم أن يحلفوا بالله ما منا من حصبك هذا والله أي ما منا من حصبك فمن حلف خلاه ترك أما الذي لم يحلف من لم يحلف حبسه وعزله هذا يفرزه منه حتى أصبح عدد من لم يحلف ثلاثون وقيل ثمانون فأمر بخطع أيديهم على الفرق انظروا إلى الشدة والجبروت والحزن يحصبون الوالي وهو على المنبر الناس توهم يعني حديث عهد بفتنة على طول أمر بخطع أيديهم الآن لو سأل سائل لماذا هذا الفعل الشنيع والمريع ولماذا هذه الشدة والقسوة نجيب عليه بكل بساطة في مفهوم وفي غروف ذاك الزمان نقول قبل قليل قلنا يعني الناس قريبون عهد بالفتنة وهذه عواقب الفتنة الكبرى التي قتل بها خليفتها وقتل بها أكثر من سبعين ألفا من المسلمين والناس كما قلنا حديث عهد بعام الجماعة فمن يحاول أن يثير الفتن والأحقاد لا بد لهم من التصديل وإلا خرج الأمر عن السيطرة واشتعلت الفتنة مجددا وهذا ما سوف نلاحظه عند استعراضنا للحوادث التاريخية القادمة فتصادفنا العديد أيها الأخوة من الحوادث تاريخ الدولة الأموية حافل بالكثير من الأحداث تاريخ السياسي للدولة الأموية حافل بالكثير من الأحداث والمواقف والفتن والمعارك والحروب والمؤامرات والدسائس هذه الأمور كانت نتائجها وخيمة كانت نتائجها وبالا على المسلمين فلابد من التصدي لهؤلاء المخربين أصحاب الأهواء والبدع والفتن لا يصح أن يتركوا أيها الأخوة لكن في سنة خمسين توفي الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري وموسى الأشعري رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس بن سليم من الأشعريين والأشعريون كما قلنا من قبائل كهلان القحطانية وأبو موسى الأشعري له تاريخ عظيم أيها الأخوة احتتح يرحمه الله صبحانه وتستر ولهواز وكان أحد الحكمين في قضية التحكيم المعروفة وقيل بل كانت وفاته في سنة اثنتين وخمسين على كل حال نحن نرجح لسنة يعني خمسين لكن هذا هو يعني ما ذكره بعض المؤرخين اختلفوا في سنة وهذا كثيرا صادفنا كثير من الأحداث يعني يكون اختلاف بها بسيطا بتحديد السنة التي تم بها الحدث نعم في سنة احدى وخمسين كان مقتل حجر بن عدي ابن جبلة الكندي وحجر بن عدي كما يقول البعض صحابي جلي رضي الله عنه ولكن اكثر المحدثين كما يقول الحافظ بن كثير لا يرون له صحبة وكان حجر بن عدي من العباد عزه هاد وكان من قادة الابطال وكان من شيعة علي رضي الله عنه وكان في عهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أمير الكوفة كثيرا ما ينكر على المغيرة ولكن المغيرة به حلم وأناه مغيرة والله عليه كان به حلم وأناه وكان يحذره من هذه الأفعال التي بها جرأة على السلطان وفي مرة قال له يا حجر ويحك اتقي الله يا حجر ويحك اتقي السلطان اتقي غضبه وسطوته فإن غضبت السلطان أحيانا مما يهلك أمثالك كثيرا وكان المغيرة يحذر حجرا ولكنه يصفح ويعفر طبيعة المغيرة رضي الله عنه في أواخر أيام المغيرة قال الإمام الطبري في تاريخه ترحم المغيرة رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه وقال اللهم ارحم عثمان بن عثان وتجاوز عنه واجزه بأحسن عمله فإنه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجمع كلمتنا وحقن دماءنا وقتل مظلوما اللهم فرحم أمطاره وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه ثم يدعو على قتلته هذا في أواخر أيام المغيرة كما ذكر الإمام الطبري قالوا فقام حجر بن عدي ونعر نعرة أي صرخ من خياشيمه صرخ منكرة سمعها كل من كان في المسجد سمع هذه النعرة وهذه الصرخة كل من كان في اللعنين صرخة استنكار أو حركة أو صوت استنكار سمع هذه الصرخة كل من كان في المسجد بل وخارج المسجد يعني صيحة منكرة عظيمة وقال إنك لا تدري بمن تولع من هرمك مر لنا بأرزاقنا وعطياتنا فإنك قد حبستها عنا وليس ذلك لك وقد أصبحت مولعا بذنم أمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتقريض المجرمين تقريض عن المدح يقصد هنا أنصار معاوية رضي الله عنه قال الطبري فقام معه أكثر من ثلثي الناس يقولون صدق والله حجر وبر صدق والله حجر وبر هذه الفتنة رأيتم كيف تأليب الناس المغيرة نزل عن المنبر ودخل عليه قومه لما ذهب إلى مجلسه دخل عليه قومه يلومونه على تساهله مع حجر وأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى أمرين أحدهما جرأت الناس على السلطة وثانيهما سوف يجعل الخليفة في دمشق يسقط عليه قالوا له قالوا المغيرة فقال لهم المغيرة أني قد قتلته أني قد قتلته كيف قتلته أنه سيأتي أمير بعدي فيحسبه مثلي فيصنع معه مثلما كان يصنع معي فيأخذه عند أول وهله ويقتله شر قتله أنه قد اقترب أجلي وضعف عملي ولا أحب أن أبتدأ أهل هذا المصر بقتل خياره وسفك دمائه فيسعدوا بذلك وأشقى ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة قال هذه الكلمة هذا في آخر أيام رضوان الله عليه فلما تولى بعد ذلك زياد بن أبي سفيان كما قلنا حذر زياد حجر بن عدي مما كان يصنع أيام المغيرة حذره وكان مما قال له زياد تعلم أني أعرفك وقد كنت أنا وأباك على أمر قد علمك يعني من حب علي بن أبي طالب قلنا زياد كان صار علي بن أبي طالب رضي الله فيقول له أنا وأباك كنا على أمر أنت تعلم تعرف وإنه قد جاء غير ذلك وإني أنشدك الله أن تقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله أملك عليك لسانك وليسعك منذلك وهذا سريري فهو مجلسك وحوائجك مقضية حوائجك مقضية لدي فأكفني نفسك فإني أعرف عجلتك فأنشدك الله في نفسك وإياك وهذه السقطة وهؤلاء السفهاء أن يستنزلونك عن رأيك فقال حج قد فهم حذره كلمه كلام هذا به تهديد يعرفون من هو وديات حذره ونصحه وحج قال قد فهمت يعني استوعبت التحذير وكان زياد يقسم ولايته في العراق ستة أشهر يجلس في الكوفة يبقى في الكوفة وستة أشهر أخرى يذهب إلى البصرة فلما ذهب للبصرة أتى الشيعة إلى حجر لما طبعا الشيعة مقرهم الكوفة منذ ذاك الدخل فلما ذهب زياد إلى البصرة قام الشيعة بالكوفة أتوا إلى حجر في منزله والتفوا عليه وأخذوا يجتمعون عنده وكانوا يسبون معاوية رضي الله عنه ويتبرؤون منه وحذره عمر بن الحريف نائب زياد على الكوفة حذر حجر بن عدي من هذه الأعمال وأرسل له رسولا يقول له ما هذه الجماعة التي تجتمع عندك وأنت قد تعهدت الأمير بما حذرك منه فقال حجر بن عدي للرجل الذي أرسله ابن الحريف إنهم ينكرون ما أنتم عليه وأطردهم قال له إليك ورائك أوسع لك أيها الأخوة مثل هذا التحدي وهذا الكلام وهذه الاجتماعات وفي تلك الظروف تورد صاحبها المهارك لا محالة لا شك في ذلك أيها الأخوة فلما عاد الرجل إلى عمر أرسل عمر إلى زياد في البصرة يستعجله في العودة إلى الكوفة لكي يعني يتدارك الأمر الأمر الآن خطير جدا فعاد الثورة لما سمع زياد بهذه الأنباء الخطيرة عاد من فوره إلى الكوفة وقال أما والله لأجهدن على قطع خيط عنو الخائن الأحمق ولما وصل زياد أرسل إلى حجر بن عدي أرسله وجوه أهل الكوفة لأنه أما يفعل من اجتماعات فيها خطر على الدولة وكان من ضمن أرسلهم ثلاثة من الصحابة عدي بن حاتم الطاهي رضي الله عنه وجريف بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وخالد بن عرفطة الليثي الليثي من بني بكر بن عزمنات بن خنانة رضي الله عنه وقيل بل هو خالد بن عرفطة بن صعير العذري حليف بن زهرة رضي الله عنه على كل حال أرسل له بوجوه الصحابة هؤلاء الثلاثة لما أتوا إلى حجر جعلوا يتكلمون معه وهو لا يرد عليه ويقول لغلامه يا غلام أعلفت البكر يعني بكر من الإبل المربوط في الدار قال له عدي بن حاتم رضي الله عنه حديث منزل كثيرا قال له أم جنون أنت نكلمك وتقول يا غلام أعلفت البكر ثم عادوا إلى زياد ولم يخبروه بكل ما حدث حتى لا يغضب عليه وطلبوا من زياد أن يرفق به وحدث بالفعل ما توقعه داهية العرب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إذ أن زيادا أرسل له الشرطة فأحضروه وما أغنى عنه قومه ولا من كان يظن أن ينصره كما يقول ابن كثير ثم قيده زياد وفجنه عشرة أيام وفي أثناء ذلك كان يلاحق أستثقابه ثم بعد ذلك أرسلهم إلى معاوية في الشام وبعث معه جماعة يقدر عددهم بسبعين يشهدون بأنه خلق الطاعة سبعين شاهد هذه مصيب يشهدون بأنه خلق الطاعة وفارق الجماعة ولعنى الخليفة ودعى إلى الحرب والفتنة وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكس البيعة وقال عمير المؤمنين معاوية هذه قاتلة واحدة من هذه التهم تقتل إذا شاهدوا عليه هذه الأحداث أيها الأخوة التي نتكلم الآن عنها بها الكثير من التفاصل ولكن على كل حال هذا هو موجزها المفيد هذا هو الموجز هذا هو موجزها المفيد حجر بن عدي حمل إلى الشام ومعه ثلاثة عشر رجل من أصحابه ونزلوا بهم في مرجع ذراء ومرجع ذراء هذا من قرى دمشق ثم قرأوا على معاوية كتاب عبد الله بن زياد وشهادة الشهود فلما فرغوا قال معاوية رضي الله عنه ماذا ترون في هؤلاء النفر لذين شهد عليهم قومهم بما تستمعوا وكان معاوية قد احتار في عمرهم فكتب إلى زياد وكان من ضمن ما قال له فأحيانا أرى قتلهم أفضل من تركهم وأحيانا أرى العفو عنهم أفضل من قتلهم والسلام زياد لما وصله ما كتب معاوية رضي الله عنه رد على كتاب معاوية وكان مما قال في رده فعجبت لاشتباه الأمر عليك فيه فإن كان لك حاجة في هذا المصر فلا تردن حجرا وأصحابه إليه ثم بعد ذلك قام زعماء القوم هؤلاء من قبائل حجر وثلاث عشر رجل معهم بعض زعماء القوم من أصحاب معاوية في الشام تشفعوا في بني عمومتهم من الأسرى الذين مع حجر فشفعهم معاوية وعفى عنهم وهم ستة ولم يقبل شفاعة مالك ابن خبير السكون الكندي في حجر حجر الكندي وهذا مالك ابن هبير السكون الكندي تشفع أيضا الحجر لكن معاوية روان الله عليه لم يقبل لما أتاه طبعا الشهود ورد ابن زياد عليه لكن ستة من الذين تشفع لهم يعني بني قومهم شفعهم ولكن ما قبل شفاعة مالك ابن هبير السكون الكندي سكون معروفين من قبائل كندة سكون من قبائل كندة فقال له إن ابن عمك رأس القوم وأخاف إن حليت سبيله أن يفسد علي مصري مصري يعني الكوف يقصد بالأمصار له البلدان هذه ثم أصدر معاوية رضي الله عنه الأمر بقتل ثمانية مصري وتخليت ستة الذين تشفعوا بهم وحفرت الحبور وجهزت الأكفان وطلب حجر منهم أن يتوضأ فلما توضأ صلى ركعتين ثم تقدم إليه هدبة ابن فياض بالسيف الآن خلاص حان الوقت وقت يريد أن يضرب عنقه لما تقدم إليه حدبة ابن فياض بالسيف ارتعدت فرائص حجر فقالوا له إنك قلت لست بجازع فقال وما لي لا أجزع وأنا أرى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشفورا كلمة نعم موت وكانت أم المؤمنين سيد عائشة رضي الله عنها لما سمعت بهذه التطورات وإرسال حجر وأصحابه إلى الشام وكانت في المدينة المنورة أرسلت عبد الرحمن بن حارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي عبد الرحمن بن حارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي أرسلته إلى معاوية تطلب من معاوية أن يطلقه ولكنه وصل عبد الرحمن بن حارث بعدما قتلوا الثمانين وأنا على يقين معاوية رضو الله عليه به حلم شديد لو كان قد وصل أو قدر الله عبد الرحمن بن حارث رسول سيد عائشة إلى معاوية لو كان عبد الرحمن بن حارث قد وصل وكلم معاوية كان معاوية قد رضو الله عليه قد عفعت أم المؤمنين عائشة رضو الله عليها غضبت غضباً شديداً لما سمعت مقتل حجر بن عدي الكندي ولما قدم معاوية رضي الله عنه إلى المدينة وأراد الدخول على أم المؤمنين عائشة حجبته ولم تأذن له وهو الخليفة وهو أمير الأمنين وله السمع والطاعة وقالت لا يدخل علي أبداً قال ابن كثير في البداية والنهاية فلم يزل يتلط حليم معاوية حليم أمير الحلم ملك الحلم قال ابن الأثير ابن كثير عفواً في البداية والنهاية قال فلم يزل يتلطف حتى دخل فلامته في قتله عجراً فلم يزل حتى عذرته وفي رواية أنه قال لها رضي الله عنه دعيني حجراً حتى نلتقي عند ربنا عز وجل وأنه أيضاً قال لها أني وجدت قتل رجل في صلاح الناس خير من استحيائه في فتاده وكان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه عن أبيه الفاروق كان في السوق فلما بلغه مقتل حجر وكان محتبياً جالساً أطلق حبوته وقام وغلب عليه النحيب ولما قال عبد الرحمن بن الحارث المخزومي لمعاوية أقتلت حجر بن الأدبر قال معاوية قتله أحب إلي من أن أقتل معه مائة ألف هذا كلام سليم لقتل أيها الأخوة مؤلم وفعل شنيع لكن قتله أحب إلي من أن أقتل معه مائة ألف لأشنع من القتل أيها الأخوة الفتنة إذا ثابت وكان معاوية رضي الله عنه لما حضرته الوفاة يقول يومي منك يا حجر يوم طوي نعم هذه حادثة شهيرة حدثت في عهد معاوية أبنى أبي سفيان رضي الله عنه أول خلفاء الأمويين في سنة 51 من الهجرة توفي عدد من الصحابة نذكر بعض مشاهيرهم يعني لا نستطيع أن نعدد كل من توفى منهم الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمر ابن نفيل رضي الله عنه وهو سيد من سادات الصحابة واحد العشرة المبشرين بالجنة توفي بالمدينة وتوفي كذلك الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه شهد المشاهد كلها إلا بدراً وشهد العقبة وتوفي كذلك الصحابي الجليل أبو بكرة يقول عنه الحافظ ابن كثير صحابي جليل كبير القدر وكذلك توفي الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وكان جرير قد أسلم في رمضان من سنة عشر من الهجرة روى البخاري في صحيحه عن جرير أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تريحني من ذي الخلصة ألا تريحني من ذي الخلصة وذي الخلص بيت لخفعم يعبدونه كان يعبد الجاهلية يسمى كعبة اليمانية قال جرير فخرجنا إليه في خمسين وما أتراكب قال فخربناه أو أحرقناه حتى تركناه كالجمل الأجرب قال ثم بعث جرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك قال فلما جاءه قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أجعتك حتى تركناه كالجمل الأجرب قال فبرك على أحمس وعلى خيلها ورجالها خمس مرات قال قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل فوضع يده على وجهي حتى وجدت بردها فقال اللهم اجعله هادياً مهدياً نعم جاهد هذا الصحابي الجليل في فتحات العراق وقاتل القادسية لما برك يقول برك على أحمس أحمس هذه أحد بطون بجيلة التي ينتمي لها جريه لما برك يقول برك على أحمس أحمس هذه أحد بطون بجيلة التي ينتمي لها جريه وفي سنة تسعة وأربعين توفي الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الخزرج الأنصاري أبو أيوب الأنصاري جهد العقبة وبدر والمشاهدة كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عنده النبي عليه السلام لما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة توفي في بلاد الروم كما سبق وقلنا كان في الجيش الذي أرسله معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بقيادة ابن يزيد بن معاوية ودفن بالقرب من القسطنطينية وكان في هذا الجيش عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وصحابة غيرهم رضي الله عنه نعم أيضا أيها الأخوة في سنة ثلاث وخمسين من الهجرة فتح المسلمون جزيرة رودوس في البحر الأبيض المتوسط وكان أمير المجاهدين هو جنادة ابن أبي أمية الأزدي ومما يعني يجد ذكره في هذا السياق نقول أن الفتوحات الإسلامية والجهاد ضد الروم البيزنطيين وفي بلاد من وراء النهر لم تتوقف في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في رمضان من سنة ثلاث وخمسين توفي زياد بن أبي سفيان وكان زياد قد كتب إلى معاوية قد ضبطت لك العراق بخمالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز فلما بلغ ذلك أهل الحجاز أتى نفر منهم إلى الصحابة الجليل عبد الله بن عمر بن الحطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن أبيه فارغة فأخبروه بالأمر فقال ادعوا الله عليه يكفي كموه فاستقبل القبلة واستقبلوها فدعوا ودعا كما قال ابن كثير فطعن بأمر الله طعن زياد بن أبيه بأمر الله أصابه الله وهلك وكفى الله سبحانه وتعالى شره المسلمين في الحجاز في مكة في سنة اربع وخمسين من هجرة نصب معاوية رضي الله عنه عبيد الله بن زياد واليا على خراسان كان عمره خمسة وعشرون عاما وكان عبيد الله بن زياد شجاعا شديد البأس قاتل الترك في بخارة وفتح رامثين وفتح نص بيكند ثم في اواخر سنة خمس وخمسين نصبه معاوية واليا على البصرة بعد ان عزل عبدالله ابن عمر بن غيلان وقد تلاحظون ايها الأخوة اني قد وصفت عبيد الله بن زياد بالشجاعة وشدة البأس وهذا صحيح هذه صفات نفسية وجسمانية تحلى بها شخص دون اه شخصية تحلى بأمر لا يوجد به شيء لا يوجد بآخر ولا علاقة لهذه الصفات النفسية والجسمانية لا علاقة لها بأي أمر آخر عسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالجبل رضي الله عنه ومع ذلك فعل لسانه بالمشركين ما لم تفعله سيوف الكثير من الله هذه حقائق ما بها بأس ان شاء الله في سنة ست وخمسين دعا معاوية رضي الله عنه إلى بيعته ابن يزيد من بعده ونصبه وليا للعهد وبايع الناس في يزيد ما عدا خمسة الحسين ابن علي وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عباس وعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ماثلة الآلاف من التابعين أفضل من يزيد ولا يقارن حتى بهم يعني يعني لا نستطيع أن نقارنه بهم من عدة أمور ونواح نواح عديدة وأمور عديدة لا يمكن أن يقارن بهم ولكن لا شك أيضا في أن معاوية رضي الله عنه ومن وجهة ناظر سياسية وكذلك شرعية رآه ابنه الأثير لديه يزيد أنه الأصلح لهذه المهمة الرهيبة فيزيد أولا وراءه جند الشام هذه مسألة مهمة من ناحية السياسية وجند الشام هم عماد الدولة الأموية منذ نشأتها الأولى وهم سامعون مطيعون لمعاوية لا يعصنه أبدا ويزيد له خبرة في الحروب كان قائدا لأول جيش غزل قسطنطيني مدينة قيصر وكان في هذا الجيش كما سبق وذكرنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم صحابه معهم سهلين ويزيد كان أمير الحج في السنوات احدى وخمسين ثلاث سفر في سنة احدى وخمسين واثنتين وخمسين وثلاث وخمسين من الهجرة كان أمير الحج أمير حج المسلمين هو يزيد بن معاوية نعم أراد معاوية أن يضمن في حياته اجتماع المسلمين على ولي أمرهم لأنه لو تركهم هكذا فلا شك في أن أحداث الفتنة التي انفتح بابها بقتل الخليفة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه فتشتعل من جديد فأراد رضي الله عنه معاوية أراد معاوية رضي الله عنه أن يحسم هذا نعم ولكن أيها الأخوة نريد أن نعرف من هو يزيد بن معاوية من الناحية الجسمانية أنا أكلمكم عن يزيد بن معاوية كما وصفه المؤرخ وصف يزيد من الناحية الجسمانية بأنه عظيم الجسم كثير اللحم ذهامة كبيرة طويلا جميلا كثير الشعر شجاعا فصيحا بليغا شاعرا أمه سيدة من سيدات العرب ميسون بن تبحدة ابن أنيف الكلبية من قبيلة كلب ابن وضرة وهي من أكبر قبائل قضاعة قال ابن كثير عن ميسون بن تبحدة كانت حازمة عظيمة الشعن جمالا ورياسة وعقلا ودينا وانظروا استمعوا إلى هذه القصة التي ذكرها الكثير من المؤرخين معاوية رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان له ولد من فاخدة بنت قرضة ابن عمر ابن نوفل ابن نوفل له زوجة خلاس ميسون بنت بحدة كان لمعاوية رضي الله عنه ولد من فاخدة بن قرضة ابن عمر ابن نوفل ابن عبد منافل ابن عمه لأن أميه جد الأمويين هو ابن عبد شمس ابن عبد منافل وهذه فاخدة بنت قرضة كانت زوجته الأثيرة كان له منها عبد الرحمن الذي يكنى به معاوية بن أبي سفيان كنيته يكنى بأبي عبد الرحمن وعبد الله عبد الله أحمق خفيف العقل أما ميسون بن سبحدل فقد طلقها معاوية وهي حامل بيزيد ولكنها بقيت في قصر أبي ولدها الأثير لديه يزيد كان معاوية جالسا يوما مع زوجته فاخدة بن قرضة في شرفة القصر وكانت ميسون بن سبحدل تمشط ابنها يزيد وهو فتر صغير فلما فرغت من مشطه نظرت إليه فأعجبها شكله وقبلته بين عينيها الأم وعجبت بابنها فقبلته بين عينيه ثم مشى يزيد وفاخته فانظر إليه تتأمله ثم فحريب ثم قالت لعن الله سواد ساقي أمك فقال لها معاوية ما أضع على ابنها لثير بحده فقال لها معاوية أما والله إنه لخير من ابنك عبد الله فقالت فاخته لا والله ولكنك تؤثر هذا عليها فقال لها معاوية توفى أبين لك ذلك نصنع اختبار له لماذا نؤثر يزيد على عبد الله ثم استدعى معاوية وضي الله عنه ابنها عبد الله قال له يا أبني يا أبني يا أبني إنه قد بدى لي أن أعطيك كل ما تسألني في مجلسي هذا فقال له يعني كل ما سألتني سوف أعطيك في مجلسي هذا شو تريد أمر أطلب قال له أحبد الله يقول لأبيه ولم تسمع فاخته بنت قربة قال له تشتري لي كلبا وحمارا فقال له معاوية يا أبني أنت حمار وتشتري حمارا ثم صرفه معاوية من المجلس واستدعى يزيد ثم قال له إني قد بدى لي أن أعطيك كل ما تسألني في مجلسي هذا فلما قال ليزيد ذلك خر يزيد ساجدا ثم رفع رأسه وقال الحمد لله الذي بلغ أمير المؤمنين هذه المدة وعراه فيي هذا الرأي حاجتي أن تعقد لي العهد من بعدك وتوليني هذا العام صائفة المسلمين صائفة المسلمين يعني الجهاد في الصديق وتأذن لي في الحج إذا رجعت وتوليني الموسم يعني تجعلني أمير الحج وتزيد أهل الشام عشرة دنانير لكل رجل في عطائه العطاء هو الراتب المسلمين مثل المرتبات يصلفها الخلفاء بيتنا المسلمين وحتى ما يزيد أنهى يزيد مطالبه بأن أوصى أباه لأيتام بني جمح وبني سهم وبني عدي القرشي فقال له معاوية سوف أعطيك كل ما سألت ثم قبل معاوية وجه ابنه يزيد والتفت إلى فاختة قال لها كيف رأيت فقالت يا أمير المؤمنين أوصهي بي فأنت أعلم به مني وهذا دليل وهذا دليل على أن معاوية رضي الله عنه كان يحيي ابنه لهذا الأمر منذ منه وحدث في مرة أن قدم زياد بن أبي سفيان أنا لن أقول زياد بن أبي أو زياد بن سمية بعد أن استلحقه معاوية رضي الله عنه نقول زياد بن أبي سفيان لا يجوز أن نقول زياد بن سمية فبعد أن قدم زياد إلى الشام إلى دمشق معه الأموال والتحف والهدايا وكان زياد خطيبا مفوها قوي الشخصية جبارا أتيا فصعد المنبر وأخذ يفتخر بما صنع في ولايته للعراق فانبرى له يزيد قال له يزيد يا زياد إن تفعل ذلك فنحن نقلناك من ولاء ثقيش إلى قريش ومن القلم إلى المنابر كان زياد كاتبا عند الولاة فجعله معاوية والية ومن زياد بن عبيد إلى حرب بن أمية طبعا معاوية رضي الله عنه لما سمع ذلك سر سرورا بالغا بابنه الذي أفحم زياد وقال ليزيد اجلس في ذاك أبي وأمي معاوية رضي الله عنه هو أمير المؤمن الخليفة وأبوه أبو سفيان بن حرب كان زعيم قريش في الجاهلية والأمر آل إليه بعد أهوال الفتنة الكبرى ورأى لعدة أسباب إن في تولية يزيد للعهد سوف يكون خير للأمة ولكن ماذا يقول العلماء أيها الأخوة في يزيد نحن تكلمنا عندنا باالتاريخ لما نتكلم في التاريخ يجب أن نكون منصفي تكلمنا عن صفاته الجسمانية ولكن ماذا يقول العلماء في يزين سوف لن أحصي أقوال العلماء والمؤرخين في يزين فذلك كثير جدا ولكن سوف أنقل بعضا مما قاله بعض مؤرخ الإسلام ممن نثق بهم قال عنه الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية كتاب الشهير ماذا قال عن يزين حافظ بن كثير قال وقد كان يزين فيه خصال محمودة فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في الملك ولكن ماذا وكان فيه إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات وإماتتها في غالب الأوقات وقال الحافظ بن كثير في موضع آخر أكثر ما نقم عليه في عمله شرب الخمر وإتيان بعض الفواحش وشبق بها ترك بعض الصلوات في بعض الأوقات وإماتتها في غالب الأوقات وشرب الخمر وإتيان بعض الفواحش هذه مصيبة عظيمة إن صحة الرواية نقول هذه مصيبة عظيمة إن صحة الرواية لكن هذا عاد الحافظ بن كريم أما الإمام الذهبي في كتابه في أعلام النبلاء فيقول عن يزيد قال له على هناته حسنة وهي غزو القسطنطينية وكان أمير ذلك الجيش وقال عنه الإمام الذهبي ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه وله نضراء من خلفاء الدولتين يعني الأموية والعباسية وكذلك في ملوك النواحي بل فيهم من هو شر منهم وإنما نظروا إلى كلام يعني الإمام الذهبي هؤلاء علمهم نعم يقول وإنما عظم الخطب لكونه ولي ولي وإنما عظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي بتسع واربعين سنة والعهد قريب والصحابة موجودون كابن عمر الذي كان أولى بالأمر منه ومن أبيه وجده هذا طبعا كلام الإمام الذهبي وقال عنه الإمام الذهبي كان قويا شجاعا لا رأي وحزم وفقنة وفصاحة وله شعر جيد لكن ماذا قال عنه أيضا قال وكان ناصبيا كان ناصبيا يعني يكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ناصبيا فضا غليظا جنفا يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس هذا ما يقول أيها الإخوة الإمام الذهبي في يزيه أيها الإخوة عند الكلام عن الأحداث التي وقعت في أهد خليفة ما لا نستطيع بالطبع الكلام عن كل صحابي أو تابعي توفي في تلك الفترة ولكن لا بأس من الكلام ولو بشيء يسير عن سيرة بعض المشاهير فعلى سبيل المثال توفي في سنة خمس وخمسين الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن الصخر الدوسي أو عبد الله بن عامر من بني سليم بن فهم وبن فهم قبيلة الدوس ودوس من زهران وزهران من قبائل بني نصر بن الأزل وقبائل الأزل الكبيرة من قبائل بني نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ أبو هريرة كان اسمه في الجاهلية رضي الله عنه عبد شمس وقيل عبد نهم وقيل عبد غن فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله وقيل عبد الرحمن وأطلق عليه كنيته التي اشتهر بها أبو هريرة قال عنه الحافظ بن كثير كان من حفاظ الصحابة أسلم رضي الله عنه يوم خيبر وجاء بعدما فرغوا من القتال وقد لزم أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يفارقه في حضر ولا في سفر وكان أحرص شيء على سماع الحديث من النبي عليه السلام وقال عنه وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم وقال عنه الإمام الشافعي أبو هريرة أحفظ مرة والحديث في دهره في سنن الترمذي أيضا عن عبد الله بن رافع عبد الله بن رافع وعبد الله بن رافع بن سويد بن حرام بن الهيفم عنصاري الأوسي رضي الله عنه فقال قلت لأبي هريرة لما كنيت أبا هريرة قال أما تفرق مني قلت بلى والله إني لأهابك قال كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة وسوف أقرأ عليكم الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن أبا هريرة قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتعبى علي فدعوتها فأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي أو فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا خريرة وسمعت خضخضت الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا خريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني هذا حديث حظيم أيها الأخوة فاستسأل فلا نقول له وش رايك فابو هريرة وحكم عليه هذا ما يسب أبو هريرة رضوان الله عليه لا بالسر ولا بالعلم رضي الله عنه صحابي جليل والمغيرة بن شعبة صحابي جليل وأبو بكره رضوان الله عليه صحابي جليل ما يأتينا الآن من يفتي ويتكلم ويتجرى على صحابة رسول الله رضوان الله عليه سادتنا الصحابة وفي سنة تسع خمسين من الهجرة توفي الصحابة الجليل قيس بن سعد بن عبادة الخزرج الأنصار رضي الله عنه وعن أبيه وهو من دهات العرب ومن سادات الأنصار شجاعا كريما سخيا يضرب بسخائه المثل قاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين وقاتل معه في النهروان وكان رضي الله عنه عملاقا طويل القامة وفي سنة تسع خمسين وقيل في السنة التي قبلها توفي الصحابة الجليل سومرة بن جندبة بن هلال الفزار رضي الله عنه وبنوا فزار كما تعرفون من دروس العرب حسب ونسب من بني ذبيان وبنوا ذبيان من القبائل الغطفانية وغطفان من القبائل القيس مضرية إذن بنوا فزار من بني ذبيان وبنوا ذبيان من القبائل الغطفانية وغطفان هذه من القبائل القيسية ومعروف القبائل القيسية من القبائل المضرية نشأ صمرة ابن جندب في المدينة المنورة جاءت به والدته بعد وفاة أبيه إلى المدينة فتزوجت من رجل من الأنصار اسمه مري بن ثابت بن سنان ابن عبيد بن الأبجر الخزرجي صمرة ابن جندب غزى مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غزوة وكان غلاما في ذلك الوقت في بداية إسلامه سكن البصر بعد ذلك وكان شديدا على الخوارج وكان يقتل من يحضرونه منهم إليه من يحضرونه منهم إليه يقتله يبادر بقتله ويقول عنهم كما قلنا شر قتلى تحت أديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون الدماء ولذلك كان الخوارج يبغضونه بغضا شديدا أيها الأخوة نريد أن نتوقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس الخامسة وفي الحلقة الخامسة وأجزاكم الله خير أيها الأخوة على حسن استماعكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة بالدرس الخامس من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية نرحب بكم في هذه الأمسية وقبل أن نبدأ وكالعادة نذكركم في ما تكلمنا عنه بنبذة سريعة في الحلقات الماضية في الدرس الرابع وقلنا بأن الأمر قد استتبى بأمير المؤمنين خليفة الأموي أول خلفاء الأمويين صحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد أن تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما وقلنا بأن الأمر في العراق بعد وفاة الصحابي الجليل المغير بن شعبة رضي الله عنه آل إلى زياد بن أبي سفيان زياد بن أبي قلنا بأنه من الولاة الحازمين الشديدين الجباب رانشة في عهده كانت حادثة مقتل حجر بن عدي كما قلنا وبعد أن أرسلوه أرسله بن زياد إلى الشام ومعه جماعة من الذين خرجوا معه أو كانوا يؤلبون الناس على بخليفة على ولي الأمر وأرسل معهم كذلك بسبعين رجلا يشهدون سبعون رجلا ذهبوا لكي يشهدوا بما فعل حجر بن عدي وانتهى الأمر كما قلنا بقتله وتكلمنا أيضا أيها الأخوة أن الأمر في ولاية العراق وهي من أهم ولايات الدولة الأموية بعد وفاة زياد بن أبي سفيان أصبح الأمر لابنه عبيد الله بن زياد وهذا أيضا كان من الولاة الغشمة الشديدين العراق أيها الأخوة بلد فتن في تلك الفترة وما كان يصلح له إلا مثل هؤلاء الغساة وتكلمنا أيضا عن أخذ البيعة ليزيد بن معاوية أخذها معاوية رضي الله عنه من المسلمين لابنه يزيد وتكلمنا عن الأسباب التي جعلت معاوية يأخذ البيعة لابنه يزيد تكلمنا عن الأسباب وهناك أيضا أيها الأخوة يعني يجب أن لا نغفل هذا السبب المهم وهو نهو يعني ابنه الأثير يزيد كان الابن الأثير لمعاوية رضي الله عنه وأراد معاوية تكلمنا عن أسباب قلنا أراد بأنه يعني يترك الأمر ممهدا حتى لا يختلف المسلمون كما حدث بعد مقتل خليفة الشهيد عثمان نعثار رضي الله إذن نتكلم في هذه الحلقة أيها الأخوة عن أواخر أيام دولة الأموية في عهد معاوية بن أبي سفيار رضي الله عنه في تلك الفترة الأخيرة من حكم معاوية رضي الله عنه كانت هناك فورات للخوار ولكنها حركات صغيرة تم القضاء عليها منها مثلا خروج حيان بن ضبيان السلمي السلمي من بني سلين خرج هذا خارجي بالقرب من الكوفة في سمت ثمان وخمسين يعني يقال بأن من خرجوا معه يعني كل هو ومن معه لا يعني يجاوزون المئة رجل وتم قتلهم جميعا عند مواجهتهم لجنود الدولة وكذلك خرج أبو بلال مرداس بن أديا هذا مرداس بن أديا من بني ربيع بن حمضله بن مالك بن زيد منات بن تميم تميمي مرداس بن أديا تميمي هذا خرج أيضا في الأحواز بأربعين رجلا فقط لكن هؤلاء الأربعين تمكنوا من هزم قوة أرسلها لهم عبيد الله بن زياد وكان عبيد الله بن زياد قد قتل عروة بن أديا أخو أبي بلال مرداس بن أديا لماذا قتله كان هذا عروة بن أديا قد وعظ عبيد الله بن زياد وعظه علانية فاعتبر بن زياد ذلك من الجرأ على السلطان فأمر بالخبض عليه وأمرهم بقطع يديه ورجليه وكذلك أمر هذا الطاغية رجاله بقتل ابنة عروة بن أديا وكان ابن زياد أيضا قد سجن أبا بلال ولكنه أطلقه بعد ذلك بشفاعة نسيبه صاحب السجن نسيب عبيد الله بن زياد تشفع في نسيبه أبي بلال فأطلقه عبيد الله بن زياد في السنة الستين من الهجرة مريضة معاوية رضي الله عنه فلما أحس بجنو الأجل دعا ابنه يزيد كما قال الإمام الطبري في تاريخه وأوصاه وقيل بل كان يزيد خارج دمشق في قرية حوارين وهذه حوارين من قرى دمشق ولذلك إني قد كفيتك الرحلة والترحة ووقعت لك الأشياء وذللت لك الأعداء وأخبعت لك أعناق العرب وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب لك إلا أربعة نفر من قريش من هم الأربعة من الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة وإذا لم يبقى أحد غيره بايعك هذا عبد الله وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه انظروا إلى فقه الواقع هذا فقه الواقع هذا معايا رضوان الله علي قل الكفلان عنده أي فقه الواقع هذا اللي عنده فقه الواقع انظروا كيف يتوقع ما سيحدث هذا رجل السياسة الأول ما هو يوم بن أبي السياسة رضي الله عنه وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإن له رحما ماسه وحقا عظيما وأما ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوضك مراوغة ثعلب فإذا أمكنته الفرصة وثب فدأك ابن الزبير فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إربا هذه يعني وصية عظيمة والحقيقة يعرف ما سيحدث فضوان الله عليك ابن الأثير أو ابن كثير في البداية والنهاية الحافظ ابن كثير أورد كذلك في تاريخه وصية معاوية لابنها يزيد أوصاه فيها بأهل المدينة ومكة قال له وعرف شرف أهل المدينة ومكة فإنهم أصلك وعشيرتك واحفظ لأهل الشام شرفهم فهم أهل طاعتك ونحن سوف ننظر هل فعل يزيد بوصية أبيه أم لا يهل أخوة عند الكلام عن سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم يجب على المرء المسلم أن يتوخى الدقة والحذر لماذا؟ حتى لا يخطئ ولو من دون قصد في حق أحدهم فمكانتهم أيها الأخوة عندنا نحن أهل السنة والجماعة مكانتهم رضوان الله عليهم مكانة عظيمة جليلة ولذلك وفي هذا الخصوص فإني أطمئن أكثر ما أطمئن إلى ما يقوله الإمام الحافظ بن كثير ولا يعني هذا طبعا أن كتابه يرحمه الله خالم من الأحطاء ولكن يعتقد أنه من أكثر المؤرخين حرصا ودقة عند الكلام عن هذه الحقبة التاريخية من تاريخ دولة الأموية الكبير أيضا يقول ابن كثيري رحمه الله عن وصية معاوية رضوان الله عليه لابنه يزيد يقول حين حضرت معاوية الوفاة كان يزيد في الصيد كان يزيد في الصيد فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس الفهري وهو صاحب الشرطة وصاحب الشرطة يعني مثل الوزير الداخلية في أيامنا هذه واستدعى أيضا ضحاك بن قيس اختلفوا في صحبة ضحاك بن قيس هل له صحبة أم لا ولكن في قول أنه أولد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام واستدعى معاوية مع الضحاك مسلم بن عقبة المري الغطفاني فأوصى إليهما أن يبلغ يزيد السلام ويقول له بأن يتوصى بأهل الحجاز وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك مائة ألف سيف وأوصاه أيضا بأن يتوصى بأهل الشام وأن يجعلهم أنصاره وأن يعرف له حقهم ويعني قال له أيضا ولست أخاف عليه من قريش سوى ثلاثة الحسين وابن عمر وابن الزبير لن نذكر هنا عبد الرحمن بن أبي بكر وبالسعى ذوي الشأن هم حسين بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقال له فأما ابن عمر فرجل وقذته العبادة وأما الحسين فرجل ضعيف وأرجو أن يكفيكه الله تعالى بمن قتل أباه وخذل أخاه وإن له رحما ماسا وحقا عظيما وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أظن أهل العراق تاركي حتى يخرجوه فإن قدرت عليه فاصفح عنه فإني لو صاحبته أفوت عنه وأما ابن الزبير فإنه خب ضد فإن شخص لك فانبذ إليه إلا أن يلتمس منك صلحا فإن فعل فاقبل منه واصفح عن دماء قومك ما استطعت وقال لي عظيمة يعني يحذرهم ابن الزبير ولكن قال إذا يعني تسلم لك وطلب منك الصلح فاعفو عنه هذه الوصية أيها الأخوة في حد ذاتها درس عظيم في السياسة يقولون فلان يفهم في فقه الواقع أي واقع وي الله يهديك هذا هو فقه الواقع نعم هذا من يعرف فقه الواقع في وقت لم تكن به فضائيات ولا صحف ولا انتظنت مثل وقتنا هذا ولا فلان محلل سياسي ولا مفكر تأمل وصيه رضوان الله عليه لابنه عندما قال له عن أهل العراق لو سألوه أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل الآن بعض ولات الأمر الله والفقر تتذمر الرعية من وزير أو مسؤول أو محافظ وهم الله يهديهم متمسكي به مثل ما يقول الناس في المثل العامل ما في البلد إلا هلولد ما يصير في إزاحة هذا المسؤول خلص أخذ حظه من الدنيا وإحضار غيره يعني فيه تسكن ربما يعني نفوس الناس لا بد أنه قد يكون متعسفا قد يكون يتحدى الناس خلص أخذ فرصة الذين قتلوا أباه وخذلوا أخاه لن يتركوا حتى يخرجوا هذا ما حدث الحسين رضوان الله نعم معاويه رضوان الله عليه توفطه الله في رجب من سنة ستين ودفن في دمشق وصلى عليه ابنه يزيد وقيل بل لم يكن يزيد موجودا فصلى عليه الضحاك بن قيس الفهري وكان قد جاوز الثمانين عاما ضضي الله بوفاة معاويه رضوان الله عليه بوع يزيد بن معاويه بالخلافة وكان عمره أربعة وثلاثون عاما وابتدأ أهده بتثبيت ثلاث أبيه على الأمصار ثم اجتهد في أخذ البيعة له من الثلاثة الذين لم يبايعوه فكتب إلى ابن عمه والي المدينة المنورة الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان يأمره بأن يأخذ بيعة الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم فأرسل الوليد بن عتبة إلى الحسين وابن الزبير ليقدم عليه ليبايع فجاءه الحسين رضي الله عنه وقال له مثلي لا يبايع سرا ولكن إذا اجتمع الناس للبيعة بايعنا معهم أما ابن الزبير رضي الله عنه فإنه لم يحضر وغادر مع جماعته إلى مكة فأرسلوا وراءها الخيل ولكنه فاتهم لم يلحقوا ثم بعده بيوم تبعه الحسين إلى مكة ومعه أهله وبنه ولكن محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن حنفية لم يخرج معه ونصح أخاه الحسين وطلب منه أن يتوخى الحذر فقال له الحسين رضي الله عنك جزاك الله خيرا فقد نصحت وأشفقت لم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في المدينة فلما أرسلوا له لبايع قال إذا بايع الناس بايعنا معهم هذا ما قاله مهاوية هو الله حلي قال إذا اجتمع الناس يجتمع معهم عبد الله وفي طريقهم إلى مكة التقل حسين وابن الزبير بابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن آبائهم فأخضراهما بموت معاوية والبيعة في أزيد فقال لهم ابن عمر قال لحسين بن علي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لهما تقيا الله ولا تفرقا جماحكم ثم واصل ابن عمر وابن عباس الطريق إلى المدينة فلما بايع الناس بايع ابن عمر رضي الله عنه ما يعني يدعو إلى فرق رضي الله عنه يزيد ابن عاوية بعد هذه الأحداث قام بعزل ابن عمه الوليد ابن عتبة بن أبي سفيان عن عمرة المدينة بسبب عدم أهله بيعة الحسين وابن الزبير وعين في مكانها عمر بن سعيد بن العاص وأمره بأن يرسل جيشاً لقتال ابن الزبير في مكة فأرسل جيشاً قوامه ألف رجل بقيادة عمر بن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزبير وكان عمر على خلاف مع أخيه عبد الله وفي مكة تواجه الجيشان وهزم عبد الله بن الزبير جيش يزيد وأسر أخاه عمر بن الزبير وسجنه وضربه بالسياط وقيل إنه مات في سجنه متأثراً من ذلك عمر بن الزبير نريد الآن أيها الأخوة أن نتكلم عن شخصية مهمة عن الحسين بن علي رضوان الله عليه ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما في السنة الرابعة من الحجر وقتل شهيداً يرحمه الله في العاشر من المحرم من سنة ٦١ وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل وردت أدت أحاديث على الحسين نضوان الله عليه نذكر بعضها مثلاً الحديث الذي رواه أبو فريرة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني يعني الحسن والحسين وفي مسنده أيضاً ضوى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما كان لمريم بنت عمران وفي المسند أيضا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله قال حدثني نصر بن علي الأزدي أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حمد عن أبيه عن علي بن حسين رضي الله عنه عن أبيه الحسين عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين رضي الله عنهما فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيام نعم وفي المسند أيضا روى الإمام أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن ملك المطر استأذن ربه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فقال لأم سلمة املك علينا الباب لا يدخل علينا أحد قال وجاء الحسين ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه قال فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم أتحبه قال نعم قال أنا إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها تربت الحمراء تعني كربنا وفي حديث أيضا رواه الإمام البخاري في صحيحه أن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوب فقال ممن أنت فقال من العراق قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوب وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم يسألني عن دم البعوب وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحان تاية من الدنيا نعم في مكة المكرمة كانت مكانة الحسين رضي الله عنه أكبر من مكانة ابن الزبي رضي الله عنه ولكن بعد أن ألحق ابن الزبير الهزيمة بالجيش الذي أرسله يزيد كبرت مكانة ابن الزبير عند أهل الحجاز وإن لم ترق إلى منزلة الحسين في قلوبهم الذي قال عنه ابن كثير فليس على وجه الأرض يومئذ أحد يساميه ولا يساوي ولما سمع الناس بموت معاوية وخلافة تزهيد لما سمعوا بموت معاوية وخلافة تزهيد أخذوا يتوافدون على الحسين ويأتون مجلسه ويستمعون إليه ثم أخذت بعد ذلك الكتب يردوا إلى الحسين من العراء بعد وفاة معاوية أخذوا يرسلون إليه بالكتب كما توقع معاوية وأرسلوا إليه الوفود يستعجلونه في القدوم عليهم وكتبوا إليه في كتبهم فإذا شئت فقدم على جند لك مجند هو السلام عليك وكتبوا إليه إنهم فرحوا بموت معاوية وإنهم لم يبايعوا أحدا وطلبوا منه ترعت القدوم عليهم ليبايعوه ولذلك عزم الحسين رضي الله عنه على إرسال ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ليتأكد له من حقيقة الوضع في العراق في الكوفة بالله فإن كان القوم جادون فليبعث إليه لكي يقدم عليه كان أمير الكوفة في ذلك الوقت صحابي الجليل النعمان بن بشير بن سعد ابن فعلب الحزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه ولما وصل مسلم ابن عقيل إلى الكوفة توافد عليه شيعة ليبايعوه على إمرة الحسين وبلغ عدد من بايعه منهم قرابة ثمانية عشر ألف عدد عظيم رجال لكن عدد فلما رأى مسلم ابن عقيل ذلك هاله ما رأى وكتب إلى الحسين يخبره بالوضع ويطلب منه سرعة القدوم إلى العراق فتجهز الحسين للمسير إلى العراق بعد هذه الرسالة وثمانية عشر ألف رجل وحن كلام فتجهز رضو الله عليه للكوج نعمان بن بشير رضي الله عنه كان مثل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لا يريد سفك الدماء ولكنه حذر أهل كوفة وقال لهم قولته المشهورة والله الذي لا إله الله لإن فارقتم إمامكم ونكثتم بيعته لأقاتلنكم ما دام في يدي من سيفي قائمة أريد أن أتوقف أيها الأخوة قليلا أنت كلمة هذا الصحابي الجليل نعمان بن بشير لكي نعرف مدى فقه هذا الرجل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه النعمان بن بشير هذا النعمان بن بشير أيها الأخوة يعرف الفرق الكبير في كل شيء بين الحسين بن علي رضوان الله عليهما وبين يزيد بن معاوية لا مجال للمقارنة على إطلاق لا مجال أيها الأخوة للمقارنة على الإطلاق بين الحسين ويزيد ولكن هذا الصحابي الجليل الذي عاصر أحداث الفتنة الكبرى هذا الصحابي الجليل الفقيه يعرف حقوق ولي الأمر الذي أخذت له البيعة وإن كان ولي الأمر يزيد يبقى ولي أمر أخذت له البيعة بويع ويعرف أيضا خطورة نقض البيعة والخروج على ولي الأمر ولذلك حذر رضي الله عنه أهل الكوفة من مغبة الخلال هذه طبعا الأنباء والتطورات في العراق وصلت إلى يزيد بن معاوية وكان يزيد يبغض أبد الله بن زياد وكان عازما على عزله فلما سمع بالتطورات الخطيرة في العراق وتردد النعمان بن بشير في مواجهة أهل الكوفة قام بعزل النعمان بن بشير وضم الكوفة إلى أمير البصرة أبيد الله بن زياد فأصبح بن زياد أميرا على العراق دخل بن زياد إلى الكوفة متلثما بعمامة السوداء ومعه سبعة عشر رجلا من أتباعه وتوجه إلى قصر الإمارة ثم وفي أمور يطول شرحها توجه إلى الجامع وخطب في الناس وحذرهم من الفتنة وحضهم على الطاعة وكان همه أن يقبض على مسلم بن عقيل لما علم مسلم بن عقيل بوصول ابن زياد استنفر أتباعه فتجمع له ما يقارب الأربعة آلاف من الشيعة وسار إلى عبيد الله بن زياد بهذا الجيش الذي رتبه في ميمنة وميسره وقلب وكان ابن زياد يخطب في الناس في الجامع ومعه الزعماء والأمراء وكبار القوم فلما بلغه مسير مسلم بن عقيل ذهب ومن معه إلى قصر الإمارة وأغلقوا باب القصر ومن القصر طلب ابن زياد من من معه من أشراف القوم وسادتهم بأن يخذلوا قبائلهم عن مسلم بن عقيل وكان معه كما قلنا من الشيعة قرابة الأربعة آلاف إيش كبير فلما خذلوهم وخوفوهم بجند الشام الذين سيأتون من دمشق مدداً لابن زياد أخذ أصحاب الشعارات والهتافات ينفضون عن ابن عم حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا في أول الأمر أربعة آلاف أصبحوا قرابة خمسمائة ثم بعد قليل أصبحوا ثلاثمائة حتى وصلوا إلى ثلاثين فقط فصلى بهم المغرب وبعد الصلاة الله أكبر أصبحوا عشر ثم انصرفوا عنه فبقى يرحمه الله وحيداً تائهاً لا يعرف أين يذهب في هذه المدينة غريب عنه فبقى يرحمه الله وحيداً تائهاً لا يعرف أين يذهب في هذه المدينة غريب عنه وانتهى به الأمر إلى بيت امرأة امرأة هذه كانت أم ولد للأشعث بن قيس الكندي يعني جاري أهل الأشعث بن قيس لكنه أنجب منها فاتسمى بأم ولد أشعث بن قيس الكندي سيد كند في زمانه لم تكن هذه المرأة من ولد تعرف مسلم بن عقيل طرق الباب وسألها عن تسقيه الماء فلما أحضرت له الماء ولم ينصرف بعد أن شرب الماء استرابت في أمره شربت الماء ولا رحتش عندك فقال لها أنا مسلم بن عقيل كذبني هؤلاء القوم غروني طبعا رقت لحاله وآوته في بيتها كان لها ولد لهذه المرأة لكن ليس من الأشعث كان مع الشيع الذين خرجوا مع مسلم بن عقيل فلما عاد إلى المنزل لما عاد ابنها إلى المنزل عرف بأن أمه تؤوي رجلا غريبا فلما سأله عنها أخبرته بأنه مسلم بن عقيل جاءها بالليل وفي الصباح ذهب ابنها إلى عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وأخبره بالأمر فذهب عبد الرحمن إلى أبيه محمد بن الأشعث وكان في مجلس ابن زياد فأسر له بالأمر فلما استعلم منه ابن زياد عن الأمر أخبروه فأرسل صاحب شرطته أمر بن حريث بن عمر بن عثمان المخزومي ومعه محمد بن الأشعث وولده عبد الرحمن بن محمد ومعهم قرابة ثمانين فارسا وحاصروا مسلم بن عقيل في الدار التي كان ملتجئا لها فدخلوا عليه فقاتلهم هذا الهاشمي الباسل قاتلهم قتالا شديدا ولكنهم تكاثروا عليه وأثخنوه بالجراح فخرج إليهم بسيفه بعد أن أشعلوا النار في البيت ورموه بالحجارة فأعطاه عبد الرحمن بن محمد أشعث الأمان وبعد أن استسلم لهم عرف يرحمه الله إنهم سيقتلونه فبكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعوه فقالوا له إن من يطلب مثل هذا الأمر لا يبكي تنكروا كيف يبكي فقال أما والله لست أبكي على نفسي ولكن أبكي على الحسين وآل الحسين إنه قد خرج إليكم اليوم أو أمس من مكة وبعد ذلك قال لمحمد بن الأشعث إن استطعت أن تكتب للحسين على لساني فأمره بالرجوع فأفعل فبالفعل كتب ابن الأشعث وبعث ابن الحسين لأمره بالرجوع ولكنه رضي الله عنه حسين لم يصدق ما جاء به إياس بن العباس الطائي رسول الذي أرسله محمد بن الأشعث نقيس الكندي وواصل مسيره إلى العراق أخذ مسلم بن عقيل الذي أفخنته الجراح إلى عبيد الله بن زياد في قصر الإمارة ودارت بين الاثنين محاورة رائعة ثم أمر ابن زياد بعد ذلك بقتل مسلم بن عقيل أرحمه الله فأخذوه إلى أعلى القصر وهو يكبر ويهلل ويسبح ويستغذر ويقول اللهم احكم بيننا وبين قوم غرون وخذلون يعني بذلك فيع من أهل الكوف ثم إنهم ضربوا عنقه يرحمه الله وألقوا برأسه ثم أتبعوا الرأس بالجسد وقتلوا معه جماعة كانوا قد قبضوا عليهم وأرسلوا بالرؤوس إلى يزيد ابن معاوية في الشام نعم هذه الأحداث أيها الأخوة وردت بها رغايات كثيرة وتضمنت على تفاصيل عجيبة لن أخوض كثيرا في التفاصيل ولن أتطرق إلى الكثير من الرغايات الرغايات هذه كثيرة لن أتطرق إلى الكثير منها ولكن لا بأس بذكر نبذة مختصرة ودقيقة قدر الإمكان عن هذه الأحداث إذن نقول قتل مسلم بن عقيل في يوم عرفة من سنة ستين وكان الحسين وضي الله عنه قد خرج بأهله وجماعته من مكة يوم العاشر من ذي الحجة من سنة ستين متوجها إلى العراق وهو قبل ذلك كما قلنا قد وصل إلى مكة من المدينة عندما غادر المدينة وصل ليلة الجمعة الثالث من شعبه يعني بقى شعبان تقريبا ورمضان وذي القعدة وذي الحجة نصح الكثير من الناس الحسين بأن لا يخرج إلى العراق لأن أهل العراق خذلوا أباه وأخاه من قبله فضوان الله عليهم ولما بلغت الأخبار يزيد الشام في وفود أهل العراق ويرود كتبهم إلى الحسين يحضونه على الخروج إليهم ليقوموا بنصرته وبيعته كتب يزيد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يطلب منه نصح الحسين عن الفرقة وأرسل يزيد إلى عبد الله بن عباس وإلى القراشيين في مكة والمدينة قصيدة جاء فيها يقول يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ مسكت ومسكوا بحبال السلم واعتصموا قد جرب الحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت بها الأمم فأنصفوا قومكم ولا تهلكوا برحا فربني برح زلت به القدم عبد الله بن عباس رضي الله عنه كتب إلى يزيد يطمئنه لأنه سوف يثني الحسين عن الاستماع إلى أهل العراق ثم ذهب إلى الحسين ينصحه بأن لا يخرج وقال له إن أهل العراق قوم غد فلا تغترن بهم إن أهل العراق قوم غد فلا تغترن بهم ولكن حسين رضي الله شكره على نصيحته وقال له والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق ولكني قد عزنت على المسير فقال له عبد الله بن عباس إن كان ولابد فلا تأخذ معك أولادك ونساءك فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه نصيحة يعني حكيما حبر الأمة ترجمان القرآن الصهاب الجليل عبد الله كذلك أيضا صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإنه لما علم بخروج الحسين لحقه على مسير ثلاث ليال فقال له أين تريد على العراف فقال له لا تأتهم فأبا الحسين رضي الله عنه فقال له ابن عمر رضي الله عنه إني محدثك حديثا إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا وإنك بضعة من رسول الله والله ما يليها أحد منكم أبدا وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم لكن مع ذلك بعد أن سمع هذا الحديث أبا الحسين أن يرجع فاعتنقه ابن عمر وبكى وودعه والحديث عن نصح الحسين يطول فقد نصحه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدر يضل عنه وحذره من الخروج وغيره نصحوه ولكن نكتفي بما ذكرنا من الذين تقدموا إلى الحسين رضي الله عنه ينصحونه بأن لا يخرج إلى الإله خرج الحسين رضي الله عنه من مكة إلى العراق ومعه أهل بيته وستور رجلا من أهل الكوفة ولما عرف كبار الأمويين بخروج الحسين رضي الله عنه زعجوا جدا زعجوا خوفا على الحسين لا خوفا من الحسين إنما خوفا على الحسين كتبوا إلى عبيد الله ابن زياد كتب له يزيد ابن معاوية إليه يقول إنه قد بلغني أن حسين قد صار إلى الكوفة وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمة وبلدك من بين البلدان وابتليت أنت به من بين العمان وعندها تعتق أو تعود عبدا كما ترق العبيد وتعبد أيضا مروان بن الحكم ابن عاص ابن عمية كتب إلى عبيد الله ابن زياد ماذا قال له قال له أما بعد فإن الحسين ابن علي قد توجه إليك وهو الحسين ابن فاطمة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد الله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا تنساه العام ولا تدع ذكره آخر الدهر والسلام كلام يعني أجمع فلما نقول لكم التاريخ السياسي الدولة الأموية التاريخ السياسي للدولة العباسية التاريخ السياسي للمغرب والأندر التاريخ السياسي للدولة العثمانية لماذا نقول هذه العبر هذه الكلمات هذه المواقف انظروا إلى كلمة مروان بن الحكم فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا تنساه العامة ولا تدع ذكره آخر الدار والسنة كلمة حكيمة كلمة أناس على تصنيفاتنا السخيفة هذه فقه الواقع هؤلاء من يفهم فقه الواقع هؤلاء الساسة الكبار نعم وكتب إلى عبيد الله بن زياد أيضا عمر بن سعيد بن العاص هذا من رؤوس عمر بن سعيد من رؤوس بني أميها قال له أما بعد فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا تسترق كما يسترق العبد ابن كثير أيضا وروا أن يزيد كتب إلى عبيد الله بن زياد قائلا قد بلغني أن الحسين قد توجه إلى العراق فضع المناظر والمسالح واحترس واحبس على الظنة لا شكيت بأحد احبسه على طول واخذ على التهمة غير لا تقتل إلا من قاتلك واكتب إلي في كل ما يحدث من خير والسلام اكتب لي بجميع ما يحدث تير أو شوه بلغني بذلك لكن ابن زياد ما كتب إليه كما سوف نشاهد الحسين الحسين رضي الله عنه واصل طريقه إلى العراق ونزل في مكان اسمه ذو حسم نصبوا قيامهم فجاءهم الحر بن يزيد الثميني في ألف فارس وهم مقدمة لجيش ابن زياد والتقى الحسين بالحر بن يزيد فقال له الحر قد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد قال له الحسين الموت أدنى من ذلك وكان الحر ابن زيد يتحاشى قتال حسين وكان يقول للحسين فلعل الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك وكان يقول الحسين رضي الله عنه حر بن يزيد تميم يقول للحسين يا حسين إني أذكرك الله في نفسك فإني أشهد الله لئن قاتلت لتقتلن ولئن قتلت لتهلكن جيش أكثر منك جيش العراق جاهد جيش عبيد الله بن زياد وانت معك شر ما قليلا لكن الله سبحانه وتعالى قدر الله ثم بعد ذلك أقبلت جماعة من أربعة رجال من الكوفة أربع رجال قدموا من الكوفة بعض رجال قدموا من الكوفة قدموا على الحسين فأخبروه بما جرى لمسلم بن حقيل فترحم عليه وعلى من قتل معه ودعا لهم بالجنة ثم واصل الحسين رضي الله عنه مسيره والحر بن يزيد التميني نسايره ومن معه من فرسان حتى وصل الحسين لينواء ثم في يوم الثالث من محرم من سنة احدى وستين وصل عمر بن سعد بن عبي وقاص الزهري القرشي بأربعة آلاف مقاتل جيش رهيب بالنسبة لمن مع الحسين ما في أبدا تكافؤ ولا أكان ابن زياد قد جحزهم جحز هؤلاء الأربعة آلاف فرعسهم عمر بن سعد جحزهم لقتال الديلم فعسكروا بالكوفة ثم جاءهم عمر بن زياد بالمسير إلى الحسين وصحبه فإذا فرغوا منهم ثاروا إلى الديلم فاستعفاه عمر بن سعد من هذه المهمة مهمة قتال الحسين ولكن ابن زياد قال له إن شئت أعقيتك وعزلتك عن ولاية هذه البلاد التي قد استنبتك عليها فقال له ابن سعد أمهلني حتى أنظر في أمري يقولون أن عمر بن سعد لم يستشر أحدا إلا أشار عليه بعدم المسير إلى الحسين حتى إن ابن أخته حمزة من المغير ابن شعبة قال له إياك أن تسير إلى الحسين فتعصي ربك وتقطع رحمك فوالله لأن تخرج من سلطان الأرض كلها أحب إليك من أن تلقى بدم الحسين ثم أخذ عبيد الله المزياد يضغط على عمر بن سعد فأخذ يتهدده ويتوحده بالعزل والقتل فخضع عمر بن سعد للضغوط وسار بمن معه إلى الحسين رضي الله عنه ولما ذهب إليه التقى الحسين بعمر بن سعد وبعد كلام قويل قال له الحسين إما أن تدعني أذهب إلى يزيد بالشام فأضع يدي بيده أو تدعني أرجع إلى الحجاز أو أذهب إلى بعض الثغور في وقاتلك ترك كتب عمر مستعد إلى عبيد الله بذلك تقابل بن سعد ولكن الخبيث شامر بن ذنجوشن قال لا والله حتى ينذل على حكمك هو وأصحابه فوافقه بن سعد على هذا الرأي الخبيث شامر هذا من بطانة سوق لوال سيد ليس فقط من بطانة سوق بل لوال هو أيضا سيد عبيد الله بعت عبيد الله بن زعد شامر بن ذنجوشن إلى الحسين رضي الله عنه وذنجوشن لقب لشرحبيل بن الأعور بن معاوي بن كلاب بن ربيع بن عامر بن فعصعة لقب بذنجوشن لأن صدره كان ناتئا وكان ذنجوشن من شعراء بني عامر وفرسانها وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر ولكنه لم يسلم وأسلم بعد ذلك قال له ابن زياد قال لشمر إن لم يجي الحسين ومن معه على حكم وإلا فمر بن سعد بقتالهم فإن تباط أفضر بعنقه وتولى قيادة الجيش مكانا وكانوا قد أخذوا من ابن زياد أمانا للعباس وعبد الله وجعفر وعثمان أبناء الحسين لماذا لأن أمهم هي أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة وعلى ذلك تكون من قوم شامر بن ذي الجوشن ولما وصل شامر إلى عمر بن سعد قال له عمر أبعد الله دارك وقبح ما جئت به والله لا أظنك الذي صرفته عن الذي عرفت عليه من الأمور الثلاثة التي طلبها العسين فقال له شامر هل ستقاتلهم أو تاركهم لي فقال له بل سأقاتل في مساء الخميس التاسع من المحرم من سنة 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 ستار القوم لقتال حسين وأصحابه فقال شامر أين بنوا إخوتنا لابن أخي كما نسميه مرحيم فقال إليه قاموا له شقال أربعة قالوا له ابن علي بن أبي طالب الأربعة قالوا له إن أمنتنا وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا حاجة لنا بأمانك ثم أمر عمر بن سعد الفرسان بالرقوب والقوات بالزحف وكان ذلك بعد صلاة العصر وقبل أن ينشى بالقتال أرسل لهم الحسين أخاه العباس بن علي في عشرين فارسا ليستعلم منهم عن أمرهم فقالوا إما أن تأتوا على حكم بن زياد وأما أن نقاتلهم ثم التقفق على أن ينصرف هذا المساء حتى ينظر الحسين في أمره ويخبرهم في الصباح ثم إن الحسين رضي الله عنه أوصى أهله وخطب في أصحابه ثم أخذوا يصلون ويستغفرون ويدعون عرفوا أنهم يعني خلاص النهاية يعني الموت القتال حتى الموت في يوم جمعة العاشر من محرم من سنة إحدى وستين وبعد أن صلوا الصبح تعدى الطرفان للقتال وكان مع الحسين بن علي رضي الله عنهما اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا وكان الحر بن يزيد التميمي وقرابة ثلاثي رجلا من جيشه قد انضموا للحسين لما أبى القوم اضطاءه أحد الأمر الثلاثة التي طلبها تكلمنا عنها ولا أريد أيها الأخوة أن أفصل لكم فيما حدث لابن رسول الله ولإخوته وأبنائه وأبناء عمومته وأصحابهم فالأمر رهيب من هوله كما يقولون تنفطر القلوب يا أخو اشتعل القتال في كربلاء وكربلاء أرض في مكان اسمه الطف وقاتل الحسين ومن معه بشجاعة فائقة ولكن ماذا يفعل العشرات في مواجهة الأهل واستمر القتال ومن مع الحسين ضوال الله عليه يتساقطون صرعا حتى بقى رضي الله عنه وحيدا جريحا شاشرا سيفا وكانوا يحجمون عن مهاجمته والإجهاز عليه ولا يريد أي منهم أن يقتله حتى لا يبوع بإثمه ولكن أحدهم أحد لشقياء تجرأ عليه فضربه بالسيف على رأسه وأسخنت الجراح الحسين رضي الله عنه وأحاط القوم بالحسين بن علي رضي الله عنه ولكنهم كانوا لا يقدمون على مهاجمته حتى صاحبهم أدو الله ورسول الشمر بن ذي الجوش يحرضهم على الهجوم فحملوا عليه واعتوروه بسيوفهم ورماحهم ثم طعنه الخبيث سنان بن أبي عمر بن أنس النخعي بالرمح فوقع الحسين رضي الله عنه ثم نزل إليه وذبحه واحتز رأسه الطاهر الوايات عديدة قيلت في هذه الحادثة الرهيبة الأليمة ولكن لا بأس بما ذكرنا وفي رواية أنهم لما تكاثروا عليه خرجت زينب بنت علي أمها فاطمة زهراء شقيقة الحسن والحسين فنظرت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي فقالت له يا عمر أرضيت أن يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر فبكى حتى تحادر الدموعه على لحيته فصرف وجهه عنها الآن قد يقول كيف يقاتله كيف يبكي عمر بن سعد لماذا بكى عمر عمر بن سعد مسلم يعرف حق الحسين بن علي ومكانته ولكن عمر بن سعد فرط في كل ذلك على الرغم من نهي كل من استشارهم بعدم التوجه بالجيش إلى الحسين وعرف أنه سيبوء بدم الحسين ولم يصنع مثل ما صنع والده الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما اعتزل أحداث الفتنة الكبرى سعد بن أبي وقاص لم يشارك بها في الفتنة وعمر بن سعد قرشي زهري فرط في حق قريبه الحسين في الوقت الذي أخذ الخبيث شمر بن ذي الجوشن العامري أمانا من عبيد الله بن زياد لأبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأربعة أبناء علي من أم البنين من تحزام العامرية أخذ لهم الأمان فقط لأن أمهم عامرية عمر بن سعد صنع ذلك من أجل مكاسب دنيوية زائلة لما قاتل حسين من أجل أن يعني يأخذ هذه الولاية التي أعطاها إياه عبيد الله بن زياد فرط في كل شيء شمر بن بن جوشن الخبيث أراد أن يقتل علي الأصغر بن حسين وعلي الأصغر هو علي زين العابدين بن حسين وكان أخوه علي الأكبر قد قتل في المعركة وكان علي زين العابدين بن حسين صغيرا مريضا ولكنهم منعوا الخبيث من قتل بن حسين رضي الله عنه ثم جاء عمر بن سعد وقال لا يدخل على هذه النسوة أحد ولا يقتل هذا الغلام أحد ومن أخذ من متاعهم شيئا فليردها عليهم فقال له الغلام جزيت خيرا غلام مسكين خائف علي بن حسين زين العابدين خائف قال لهذا الجبار قال له جزيت خيرا فقد دفع الله عني بمقالتك شر فقد دفع الله عني بمقالتك شر كان الخبثاء يريدون قتله ولكن أين دعوة الغلام الخائف من دعوة أبيه حسين رضي الله عنه ما دعا عليهم قائلا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا فكان وضي الله عنه قد دعا عليهم دعاءا بليغا ولا تذر على الأرض منهم أحدا ما قال كافرين ما يكفرون أولا جمالا قال لهم جرمين سفاحية قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا لكن ما قال كافرين ما يكفرون أول أمور هذه التكفير لا كلمة التكفير ما تخرج في ذلك نعم لما قتلوا حسين وجاءوا برأسه الطاهر جاء الخبيث سنان بن أبي عمر جاء الخبيث هذا سنان بن أبي عمر بن أنس النخعي إلى فسطاط عمر بن سعد أنادى بأعلى صوته أوقر ركابي فضة وذهب أنا قتلت الملك المحجب قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسب هذا الخبيث سنان بن أبي عمر به لوثة في عقله كما يقولون فقال له عمر بن سعد ويلك أنت مجنون لو سمعك بن زياد لقتلك لم ينجو من أصحاب الحسين إلا عقبة بن سمعان لما قال لهم بأنه مولى وهو مولى للرباب بنت مرع قيسة الكلبية أم السيدة سكينة بنت الحسين وضمان الله عليه فأطلقه بن سعد لأنهم لا يقتلون العبيد الموالي لا يقتلون وبعد يوم المعركة دفن جماعتهم بني أسد كانوا يقيمون في تلك الناحية أصحاب الحسين الاثنين والسبعين أما رؤوسهم فإنها قد أرسلت إلى ابن زياد في الكوفة وكان قد قتل من جيش ابن سعد ثمانية وثمانون وعن محمد بن حنفية محمد بن علي بن أبي طالب إن من قتل من أولاد فاطمة بين ولد وحفيد سبعة عشر رجلا عليهم رحمة الله ورضوانا روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة والنكت وأن تضرب أو تخط بقضيب وبيده قضيب كان ينكت في رأس الحسين في وجه الحسين مضوى الله أمر الحبيث بن زياد برأس الحسين فنصب بالكوفة وطيف به في أزقتها ثم أرسل بالرأس مع رجل اسمه زحر بن قيس ومعه بقية الرؤوس إلى يزيد الشام وكان مع زحر جماعة من الفرسان فلما دخل على يزيد قال له ويحك ما وراءك فقال أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك ونصره وقص له ما حدث في ذلك اليوم من قتل الحسين ومن معه فلما فرغ من حديثه دمعت عين يزيد وقال كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين لعن الله بن سمية أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه ورحم الله الحسين ولم يصل الذي جاء برأس الحسين بشيء لم يعطيه يعني مكافأة ولما ولما أوضع الرأس بين يدي يزيد قال أما والله لو أني صاحبك ما قتل ثم تمثل بقول الحسين بن الحمام بن ربيعة المري الغطفاني ببيت شعر يفلقنها من من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعقى وأظلمة طبعا انظر أيها الأخوة يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية يحيى بن الحكم أخو مروان بن حكم أموي من رجال بني أمية جزع جزعا شديدا لما رأى رأس الحسين وقال لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغني تميت أضحى نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل فضرب يزيد في صدر يحيى وقال له سكت لماذا جزع يحيى أيها الأخوة يحيى بن الحكم لماذا جزع من مقتل حسين بن علي رضي الله عنه أولا لمكانة الحسين في ذلك الوقت فلم يكن يوازيه رضي الله عنه في مكانته أحد ثانيا أقرب الناس إلى بني أمية بن عبد الشمس هم بن هاشم فهاشم وعبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أخوان شقيقا وهذا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس لما زوج ابنه إسحاق من العالية ابن أبي جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين وأبو جعفر هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأم العالية هي أمرأة من بني أمية لما زوج سليمان بن علي ابنه من العالية بنت أبي جعفر المنصور قال له يا بني قد زوجتك من أشرف الناس العالية بنت أمير المؤمنين فقال له ولده إسحاق يا أبتي حاق هذا عباسي يقول لأبيه الأمير العباسي قال له يا أبتي من أكفاؤنا قال له لقد زوجتك من أشرف الناس فالولد يسأل أفه قال له يا أبتي من أكفاؤنا قال له أبوه أعداؤنا بني أمية أكفاؤنا هم أعداؤنا بني أمية نعم ونتوقف هنا إن شاء الله على أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما بدأنا في هذا الدرس وجزاكم الله خير على حسن استماعكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك في هذا اللقاء لقاءنا هذا هو اللقاء الثادث في دروس التاريخ السياسي للدولة الأمور لعلكم تذكرون في درس المرة الماضية الدرس الخامس تكلمنا عن وفاة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي الأول أول خلفاء الأمويين رضي الله عنه وكان قد أوصى لابنه يزيد وتولى يزيد بن معاوية كان الخلفاء الأمويين تولى الحكم أو الملك بعد وفاة أبيه وكان من أهم الأهداف التي حدثت في عهد يزيد وعلى الأقل إلى وقتاً توقفنا هي حادثة مقتل الحسين من علي رضي الله عنه وعن أبيه في العاشر من المحرم من سنة إحدى وستين في كربلاء أسل طف في العراق وسوف أكمل لكم بقية أحداث هذه الواقعة الشهيرة الأليمة الرهيبة بعد مقتل حسين وبعد أن دفنه بن أسد وبعد أن أرسل قبيد الله بن زياد للرأس طاهر رأس الحسين ورؤوس من معه إلى يزيد فقام عمر بن سعد بالعناية بأهل الحسين رضي الله عنه ونسائه فمن أرض المعركة أركبوهم الأوادج وساروا بهم من كربلاء إلى الكوفة فأكرمهم ابن زياد وكما يقولون أجرى عليهم النفقات وكساهم وأراد الخبيث ابن زياد أن يقتل علي بن حسين وكان علي بن حسين علي زين العابدين كان غلاما ولكن الله عصمه من هذا الطاغية الجبار لماذا أيها الأخوة أراد الخبيث عبيد الله بن زياد أن يقتل علي بن حسين لأنهم لما عرضوه عليه سأله عن اسمه فقال أنا علي بن حسين قال أولم يقتل الله علي بن حسين فسكت هذا الصغير فقال له الخبيث ما لك لا تتكلم فقال علي بن حسين علي زين العابدين كان صغيرا ماذا قال ماذا رد على ابن زياد لما قال له ما لك لا تتكلم قال الله يتوفى الأنفس حين موتها سورة الزمر وقال له أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله نعم غضب طبعا خبيث من هذا الرد مفهم الذي لم يكن يتوقعه من هذا الغلام الصغير فقال أنت والله منهم انظروا هذا أدرك يعني بلغ حصوه الله والله إني لأحسبه رجلا فكشف عنه قام أحدهم بالكشف عليه قال نعم أدرك يعني بلغ فقال اقتله فقال علي بن الحسين من يوكل بهذه النسوة فتلتني من يوكل بهذه النسوة ما معهم رجل لا حول أنه وتعلقت به زينب بنت الحسين عمته وقالت يا ابن زياد أسبك منا ما فعلت بنا أما رويت من دمائنا وهل أبقيت منا أحدا وناداه علي فقال يا ابن زياد إن كان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجلا ثقيا يصحبهن بصحبة الإسلام قالوا فنظر إليهن ساعة ثم نظر إلى القوم فقال عجبا للرحم والله إني لا أظن أنها ودت لو أني قتلته أن أقتلها معه ثم قال دعوا الغلام انطلق مع نسائك أيها أيها الأخوان هذه الرواية عجيبة أنا أعتبرها يعني في منتهى الذكاء من هذا الصبي الصغير علي بن حسين وهو يعني الكل يعرف حتى علي بن أبي طالب الكلمة التي ذكرناها في الحلقة الماضية عندما كان يكلم زياد بن أبي سفيان قال له كانت عزمة من أبي سفيان نسبك إليه ما كانوا يعرفون لكن ماذا قال له ذكي هذا الولد علي بن حسين في غاية الذكاء قال له إن كان بينك وبينهن قرابة يعني انت قرش الله لا نستطيع نقول استغلاف الله شاهدوا عنده ما نستطيع نقول في ذلك الحلقة في ذاك الدرس منذ أن شهد الرجل عند معاوية رضوان الله عليه ما نستطيع أن نقول لا زياد بن أبي سفيان ما نستطيع أن نطع لكن عندهم إذا غضبوا عليه أعيروا قال ابن سمية فهذا ذكي قال لهم كان بينك وبينهن قرابة كان بينك وبينهن قرابة طبعا قعد قدام الناس كان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجلا تقيا كنت من قرابتهم فابعث معهن رجلا تقيا طبعا الناس تسمع كان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجلا تقيا يصحبهن بصحبة الإسلام فما يستطيع الآن أني أقتله يعني ما أنا من من قريش لو قتلتم ما رقيت لهذه القرشيات فقال لهم طلق مع نسائك وأمر الخبيث بتجهيز النساء للسفر إلى الشام وأتى بعلي بن حسين فوضعوا غلا في عنقه وأرسل النساء مع محفز بن فعلبه بن مرى العائدي رجل اسمه محفز بن فعلبه بن مرى العائدي وبن عائدة هم بن خزيمة بن لؤي بن غالب بن فهر من قريش وذهب أيضا معه الخبيث شامر بن بن جوشن ولما وصل علي بن حسين وأهله إلى يزيد في دمشق دعا يزيد أشراف الشام فأجلسهم حوله ثم دعا بعلي بن حسين وصبيان الحسين ونسائه فأدخلنا عليه والناس ينظرون فقال يزيد لعلي بن حسين يا علي أبوك فقطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني فصنع الله به ما قد رأيت فقال علي بن حسين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب فقال يزيد لابنه خالد أجب فلم يستطع خالد بن يزيد الأموي أن يرد على ابن عمه الغلام الفاطمي الحاشمي فقال له يزيد قل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فسكت عنهم ثم دعا بالنساء والصديان وكانوا في هيئة قبيحة بسبب السفر وضار وتراب وسفر ومشقة من العراق إلى دمشق فقال قبح الله ابن مرجان لو كانت بينهم وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بهم ولا بعث بكم هكذا وقام يزيد أنزل يزيد نساء الحاشميات عند حريمه في دار الخلافة فاستقبل هن نساء آل معاوية بالبكاء وبالنواح على الحسين أقاموا المناحة ثلاثة أيام وقال ابن كثير وكان يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا ومعه علي بن حسين وأخوه عمر بن حسين فقال يزيد يوما لعمر بن حسين وكان صغيرا جدا قثل صغير قال له أتقاتل هذا يعني بذلك ابنه خالد بن يزيد وكان يزيد يقصد بذلك وما زحت هذا الشبل الصغير الشبل الهاشمي قال له هذا الصغير عمر بن حسين قال اليزيد أعطني سكينا وأعطه سكينا حتى نتقاتل فأخذ يزيد عمر بن حسين فضمه إليه وقال المثل الشهير شنشنة أعرفها من أخزم هل تلد الحية إلا حية وكان حقا على يزيد أن يقول وهل يلد الأسد إلا شبل الله أكبر أمر يزيد النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أن يرسل آل الحسين علي بن حسين والنساء إلى المدينة المنورة وأن يبعث معهم رجلا أمينا ومعه الخيل والرجال للحراسة ثم جهزهم وأعطاهم مالا كثيرا أعطى علي بن حسين وكساهم وأوصى بهم ذلك الرجل الآن قد يتساءل بعض إذا كان يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين رضي الله عنه ولم يسره ما حدث له فلماذا لم يحاقب عبيد الله بن زياد ألا هذا الفعل العظيم الشنيف أو ألا الأقل لماذا لم يعزل عن إمارة العراق هذا سؤال وجه يزيد منذ أن تولى الأمر وهو عازم على عزل بن زياد كما قلنا لأنه كان له كاره يزيد يكرح عبيد الله بن زياد ولكن لما رأى أن الأمور أخذت تضطرب عليه وخشى دخول الأمة في الفتنة إذا لم يتدارك الأمر اضطر إلى إبقاء بن زياد في ولاية لأن هذا الأمر أيها الأخوة بالنسبة للحاكم في غاية الأهمية ضبط الأمور والأمن وعدم حدوث فتنة مسألة مهمة وسوف لن يتردد الحاكم أو ولي الأمر في التعامل بحزم مع عماله وولاته وأمرائه على الأقاليم أو الولايات أو المقاطعات إذا شعر بأن هناك تراخيا من أي منهم مهما على تمزل متى ما شعر بأن هناك تراخيا من أي واحد منهم مهما كان يعني نحن رأيناه مع عتبة الوليد بن عتبة عزل ابن عمه ولذلك لم يتردد يزيد كما قلنا في عزل ابن عمه الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان أمير المدينة المنورة لما رأى أنه تقاعس في أخذ البيعة له من الحسين رضي الله عنه وكذلك فعل مع أمير الكوفة النعمان بن بشير عنصاري رضي الله عنه لما رأى أنه تراخ في مواجهة أهل الكوفة ودعوتهم للحسين قال الحافر ابن كثير الدمشق في كتابه البداية والنهاية في ختام كلامه عن هذه الحادثة العظيمة هذا كلام مهم أيها الأخوة سمعوه يقول وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخطار باطلة وفيما ذكرنا كفاية وفي بعض ما أوردناه نظر ولولا أن ابن جريف يعني الطبري في كتابه ولولا أن ابن جريف يعني الطبري وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته وأكثره أكثره من رواية أبي مخن فلوت بن يحيا وقد كان شيعيا وهو ضعيف الحديث عند الأئمة ولكنه إخباري حافظ عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين في مثل هذا الشأن ممن بعده والله أعلم هذا كلام طبعا الحافظ أبو مخنف هو أبو مخنف هذا هو لوط بن يحيا لوط بن يحيا ابن سعيد ابن مخنف ابن سليم من الأزل نعم هذه أيها الأخوة يمكن يعني باختصار شديد ولا نريد أن نقوذ كثيرا بها كلام كثير حادثة مقتل حسين رضي الله عنه ولكن يعني هذا ما حدث أيضا من يعني الأمور التي حدثت بعد ذلك في خلافة يزيد أنه في سنة 61 بعد الحجرة عين يزيد عين سلم بن زياد أخو عبيد الله بن زياد نصبه أميرا على سجستان وخراسان وكان عليهم عباد وعبد الرحمن ابن زياد فقام يزيد بعزلهما وتنصيب أخاهما سلم في مكانهم وقام سلم بتنظيم حملة عسكرية للجهاد في بلاد الترك وبرز في هذه الحملة المهلب بن أبي صفرة قائد الشهير الذي تصدى بقوة بعد ذلك الخوارج وأبوه أبو صفرة اسمه ظالم ابن سراء من قبيلة الأزد الشهيرة والمهلب أيها الأخوة سيد من سادات العرب كان مزواجا ولد له من صلبه قرابة ثلاثمائة ولد خلاف البنات ولد له قرابة ثلاثمائة ولد خلاف البنات ولكن عقبه كان في تسعة عشر من أولاده المهلب كما سوف نتكلم بعد ذلك توفي في سنة اثنتين وثمانين من نهجوه في سنة اثنتين وستين عزل يزيد عن إمارة مكة والمدينة عمر بن سعيد بن عاص وعين في مكانه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وذلك لأن عمر بن سعيد لم يتصدى كما ينبغي له كأمير على المدينة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه فاستفحن أمره وكان عبد الله بن الزبير والمسلمون عامة المسلمين قصة عامة المسلمون تشنعوا ما حدث للحسين رضي الله عنه فأخذ ابن الزبير يحرد على يزيد ويعيب على أهل الكوفة خذلانهم للحسين فالتف حول ابن الزبير جماعة كبيرة ولما تولى الوليد بن عتبة لم يتمكن من ابن الزبير رضي الله عنه لأنه كان حذرا متأحبا في اليمامة خرج نجدة بن عامر بن عبد الله بن سيار الحنفي مؤسس فرقة النجدات هؤلاء الخوارج النجدات نسبوا إليه نسبوا إلى نجدة بن عامر الحنفي واليمامة موطن لبني حنيفة حتى وادي يعني بني حنيفة إلى الآن يعني هذا هو موطن بني حنيفة من أيام الجاهل موطنهم من أيام الجاهل ينح وبن حنيفة من قبائل بكر بن وائل قوية والثرية قنية وثرية هذه القبائل في غاية الغناء والثراء هم قبائل قوية غنية نعم وغالب بني حنيفة من الحضر هذه معلومة مهمة جدا غالب بني حنيفة من الحضر وهناك جماعة منهم انضمت إلى بقية بني عممتهم البدو من قبائل بكر بن وائل في البادية لكن غالب بني حنيفة من الحضر مجموعة من بني حنيفة انضمت في بدوة انضمت الى الى بني امومتهم البدو من قباع البكر ابن وائل في البادية من هم هؤلاء هؤلاء هم بنو زيد وبنو قطن وبنو حبيب وبنو معاوية أبو هؤلاء الأربع الذين يعرفون بأهل البادية هؤلاء من بني حنيفة يعرفون بأهل البادية أبوهم هو يربوع ابن فعلبة ابن الدول ابن حنيفة حنيفة أو بنو حنيفة ينسبون إلى حنيفة ابن لجيم ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل والنجدات هؤلاء الذين ينسبون إلى نجد ابن عامر الحنفي فرقة من فرق الخوارج انشقوا عن فرقة الخوارج الأزارقة التي أسسها نافع ابن أزرق الحنفي الذي قتل في معركة دولاب التي جرت في سنة 65 والأزارقة هؤلاء من التكفيريين الذين يكفرون كل من لا يلتحق بهم ويتبنى معتقداتهم الباطلة وكانوا يقتلون المسلمين بل كانوا يقتلون حتى الأطفال أطفال المسلمين يقتلونه ما يتورعون عن قتل أحد لأنه كافر كافرون يقتلون وأيضا من فرق الخوارج فرقة الخوارج الإباضية والخوارج الصفرية العباضية ينسبون إلى عبد الله بن عباض التميمي والصفرية ينسبون إلى عبد الله بن صفار التميمي كلاهما من بني صريم بن مقاعس بن عمر بن كعب بن سعد بن زيد بنات بن تميم ولا أريد أن أفصل لكم كثيرا في فرق الخوارج ومعتقداتهم فالمجال لا يتسع لذلك ربما في مناسبة أخرى نتكلم عنه لكن نقول إن أحد أتباع نجده بن عامر الحنفي وهو أبو فديك أبو فديك عبد الله بن ثور البكري قام بقتل نجده بن عامر لأمور يطول شرحها في هذا المجال منها أنه أفتى لهم بجواز تعطيل الحد عن شارب الخمر وبقتله افترقت هذه الخوارج إلى ثلاث فرق إلى النجدات نسبة إلى نجده نعامر الحنفي أو النجدية والفديكية نسبة إلى أبي فديك والعطوية الذين يسابون إلى عطية بن الأسود ليشكري البكري الذي اختلف مع أبي فديك بعد مقتل نجده بن عامر وكل هذه الفرق يكثر بعضهم بعضا الله يقطعهم بل تكفير عندهم مثل قولة ما ساك الله بقي من أول تكفير عندهم عادية تختلف معاين كاف ما في إلى الآن إلى هذا اليوم أيها الأخوة يجب أن نعرف وندرك مسألة في غاية الأهمية وهي أن الدولة الأموية وغيرها من دول أُلِّف عنها وكتب عنها الكثير من المؤلفات ولكي نعلم حجم هذه المؤلفات وعدد هذه المؤلفات تقول لكم أنه طبقا لفهرس الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية فإنه أُلِّف عن هذه الدولة عشرات الكتب والرسائل سامة تاريخ في المملكة لها عناية كبيرة في التاريخ الإسلام هذا ما أُلِّف في جامعات المملكة عن الدولة الأموية فما بالكم بما أُلِّف عن هذه الدولة الكبيرة في باقي الدول العربية والإسلامية والأجنبية أيضا لذلك أرجو منكم أن تعذروني إن قصرتي جانب من الجوانب أو أمر من الأمور أو مسألة من المسائل التاريخ يُهلف وليس بالشيء البسيط ولكن هذا ما أُفَّقني الله سبحانه ويسره إذن نقول خرج نجدة بن عامر على يزيد بن معاوية ولكنه لم يتعرض لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ثم إن يزيد عزل الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان وولى في مكانه ابن عمه عثمان بن محمد ابن أبي سفيان وكان عثمان بن محمد شاباً صغيراً لا خبرة له ولا تجربة عنده ولما وصل إلى المدينة أرسل إلى يزيد وفداً من أهل المدينة كان من ضمنهم عبد الله بن حمضله الغسيل الأنصاري وعبد الله بن أبي عمر بن حفص بن المغير الحضرمي والمنذر بن الزبير عبد الله بن حمضله أبوه وحمضله بن أبي عامر بن صيفي بن النعمان الأنصاري من الأوس وحمضله هو الذي يعرف بغسيل الملائكة لأنه استشهد في معركة أحد وكان جنوباً لما سمع بأمر المعركة بادر من حوره لقتال المشركين وكان جنوباً فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم لتغسله الملائكة كان جنوباً رحمه الله فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما تشهد إن صاحبكم لتغسله الملائكة لما وصلوا إلى يزيد في دمشق قام يزيد بإكرامهم غاية الإكرام وأحسن إليهم ووصلهم بالأموال ثم عادوا إلى المدينة وذهب المنذر ابن الزبير إلى البصر عند عبيد الله بن زياد ولما وصلوا إلى المدينة قاموا بشتم يزيد وقالوا قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر وتعزف عنده القينات في المعازف وإن نشهدكم أننا قد خلعناه الوفد هذا به أشرافهم وكبراءهم ولا شك بأنهم قالوا ذلك في يزيد بعد أن عادوا من دمشق فإن باقي الناس سيصدقونه ويتبعونه وهذا ما حصل بالضبط فإن غالب الناس خلعون يزيد ابن معاوي المنذر ابن الزبير لما رجع من البصر إلى المدينة صنع مثل ما صنع أهل المدينة وقال في يزيد أكثر مما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم ما فعلوا ولم يصنع مثلهم ولما وصلت هذه الأنباء لا يزيد في دمشق أرسل إليهم النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه لينصحهم ويحذرهم ويدعوهم إلى لزوم الجماعة فسار إليهم رضي الله عنه وأحذرهم من الفتنة ومن عواقبها وقال لهم لا طاقة لكم بأهل الشام فقال له عبد الله بن مطيع عبد الله بن مطيع أيها الأخوة الصحابي رضي الله عنه وهو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارث العدوي من بني عدي رهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النعمان بن بشير لماذا تريد أن تفرق جماعتنا وتفسد علينا ما أصلح الله من أمرنا فقال له النعمان كلام طويل قال من ضمن ما قاله له وكأني بك قد ضربت جنب بغلتك وخلفت هؤلاء المساكين يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم جنب بغلتك وخلفت هؤلاء المساكين يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم لكنهم لم يستمعوا لنصيحة المهن بن بشير رضي الله عنه فقاموا بتولية عبد الله بن مطيع على قريش وعبد الله بن حمضله على الأنصار وكان ذلك في أوائل نعم عبد الله بن حمضله بن أبي عامر على الأنصار أولوه رأسوه وعبد الله بن مطيع على قريش وكان ذلك هذه الأحداث كانت في أوائل سنة 63 ثم تطور الأمر بدرجة خطيرة عندما عزموا على طرد والي يزيد عثمان بن محمد بن أبي سفيان وإجلاء بني أمية عن المدينة بني أمية ثم أرادوا أن يطردوهم اجتمعوا في دار مران بن حكم بن أبي العاص بن أمية وحاصرهم أهل المدينة بل دعونا نقول الثوار من أهل المدينة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلي بن حسين لم يتابع منثار من أهل المدينة على يزيد وبقي على بيعتهما كل العالم هذين باعة لكنها خرجتها باعة في أعناقهم وخرجوا ذلك عبد الله بن عمر وعلي زين العابدين بقي على بيعتهما عبد الله بن عمر رضي الله عنه وجميع آل عمر بن الحطاب لم يشتركوا في هذا الأمر وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب أما محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بمحمد بن حنفية نسبة إلى أمه وهي جارية سندية سوداء في بني حنيفة الكلب يقول عنها إنها خولها بن جعفر بن قيس بن مسلمة من بني حنيفة محمد بن علي لم يرضى بما فعله أهل المدينة ولم يخلع يزيد ولما قال له عبد الله بن مطيع رضي الله عنه إنه يزيد يشرب الخمر ويتبق الصلاة ويتعدى على حكم الكتاب قال له محمد بن علي ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته وأقمته عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحرية من الخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة ما رأيت منه ما تقول فقال له إن ذلك كان منه تصنعا لك فقال ومن الذي خاف مني أو رجع حتى يظهر لي الخشوع أفأطلعكم على ما تذكروا من شرب الخمر فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا فقال له إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأينا فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء طبعا هذا الحوار الرائع والله يا أخوار ريد أن نكمله لكم الذي دار بين أهل المدينة وبين هذا التابع الكبير محمد بن علي بن أبي طالب لأن في هذا الحوار درسا عظيما في الفقه وفي السياسة وفي الحكمة لما قال لهم ما قال قالوا له لعلك تريد أن يكون هذا الأمر لك فإن كان كذلك فنحن نوليك أمرنا قال ما أستحل القتال على ما تريدوني عليه تابعا ولا متبوعا فقالوا لقد قاتلت مع أبيك فقال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل علي فقالوا له فمر ابنيك القاسم والقاسم أيضا هذا ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا مرهم قال لو أمرتهما قاتلت قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال قال سبحان الله أمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذن ما نصحت للأه في عباده قالوا إذن نكرهك قال إذن أمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بصخط الخالق ثم إنه يرحم الله ارتحل إلى مكة عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء إلى عبد الله بن مطيع كلهما من بني عدي القرشيين ابناء عمومة فلما رأاه ابن مطيع رحب به وقال ضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال له ابن عمر إنما جئتك لأحدثك حديثا تمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له ومن مات مفارق الجماعة فإنه يموت موتة جاحلين بن أمية كتبوا لا يزيد الشامس تنجدونه ويخبرونه بوضعهم الحرج فهم محاصرون مهانون عطشا جائعون طالبوه بسرعة نجدتهم وإلا فإنهم سوف يموتون سوف يقضون عليه هذه الأنباء طبعا جعلت يزيد يغضب غضبا شديدا فهو قد أحسن إلى وحد المدينة لما جاءوا أكرمهم كيف يصنعون ما صنعوا ويشترون عليه أو يقولون عنه ما قالوا أرسل يزيد في طلب عمر بن سعيد بن العاص وقرأ عليه كتاب بني أمية وطلب منه أن يسير إليهم ولكنه رفض خوفا من دماء قريش التي ستراق كما قال اليزيد وقال اليزيد ليتولى ذلك من هو أبعد منهم مني يزيد لم ينتظر جهز جيشا كبيرا يقال بأنه مكون من آلاف الفرسان قالوا بأنهم عشرة آلاف وفي رواية 12 ألفا وقيل بل 15 ألف ثارس من أهل الشام وجعل على هذا الجيش أميرا هو مسلم بن عقبة بن رياح بن أسعد بن ربيعة المري الغطفاني وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مسعد الفزاري الغطفاني وعلى أهل حمص الحسين بن نمير بن ناتل بن لبيد السكوني الكندي وعلى أهل الأردن حبيش بن دلجة في القيني القضاعي وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي وشريك الكناني وعلى أهل قنسرين طريف بن الحسحاس الحلالي العامري مسلم بن عقبة المري هو الذي لقبوه بعد ذلك بمسرف بن عقبة الصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه لما رأى هذا الجيش الكبير يتأحب للذهاب إلى المدينة المنورة أرف أن مجزرة رهيبة سوف تحدث لابد جيش كبير سوف يقاتل خاصة وإن هذا الصحابي الجليل قد عاصر أحداث الفتنة الكبرى منذ مقتل عثمان رضي الله عنه وباقي الحروب ثم مقتل حسين رضي الله عنه لذلك قال يزيد يا أمير المؤمنين ولني عليهم أكفك النعمان بن بشير أخ لعبد الله بن حنظله لأمه أمهما أمره بن فراح فقال له يزيد لا ليس لهم إلا هؤلاء الغشمة والله لأقتلنهم بعد إحسان إليهم وعفو عنهم مرة بعد مرة فقال له النعمان بن بشير يا أمير المؤمنين أنشدك الله في عشيرته وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قال له عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال يزيد إذا رجعوا إلى طاعتك هل تقبل منهم؟ فقال يزيد انفعلوا فلا سبيل عليهم يعني كانت لهم فرصة يرحمهم الله المدينة لكن الفتنة أيها الأخوة وكان يزيد يستعرض هذا الجيش الكبير الذي أرسله فقال لمسلم بن عقبة ادعوا القوم ثلاثا ثلاثة أيام فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم وإلا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثا أمره بأن يستبيح المدينة لا ظهر عليهم لا حول الأخوة ثم أكفف عن الناس وأوصاه بعلي بن حسين خيرا وأن يكرمهم ثم أمره إذا فرغ من المدينة أن يتوجه إلى مكة لقتال ابن الزبيت هذا الجيش أيها الأخوة الكبير جيش الشام سار بقيادة مسلم بن عقبة إلى المدينة المنورة وهناك تفاصيل كثيرة سوف لن أتطرق إليها ولكن أقول لما وصل الجيش الشامي إلى المدينة نزل في شرقيها في شرقي المدينة في مكان اسمه حرة واقم وكان ذلك لثلاث بقين من ذي الحجم سنة ثلاثة وستين ونفذ مسلم بن عقبة ما أمره به يزيد إذ دعا أهل المدينة ثلاثة أيام دعاهم إلى الطاعة ولكنهم أبوا إلا القتال فلما كانت اليوم الرابع قال لهم يا أهل المدينة مضت ثلاثة أيام وإن أمير المؤمنين قال لي إنكم أصله عشيرة وإنه يكره إراقة دمائكم وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلاثا فماذا أنتم صانعون أتسالمون أم تحاربون فقالوا بل نحارب قال لهم لا تفعلوا بل سالموا ولكنهم أبوا إلا القتال وكانوا قد حفروا حندقا بينهم وبين جيش الشام وقسموا جيش المدينة أربعة أرباع على كل ربع أمير ثم نشب القتال الرهيب بين المسلمين وقاتل الطرفان قتالا شرسا ولكن الهزيمة حلت بأهل المدينة ووقع القتل بهم قتل الصحابة ربو الله عليهم والتابعون وغيرهم قال ابن كثير ثم أباح مسلم بن عقب المدينة كما أمره يزيد أباح المدينة كما أمره يزيد لا جزاه الله خيرا يقول ابن كثير ثم أباح مسلم بن عقب المدينة كما أمره يزيد لا جزاه الله خيرا وقتل خلقا من أشرافها وقرائها وانتهب أموالا كثيرة منها ووقع شر عظيم وفساد عريض على ما ذكره غير واحد هذا كما ينقل إنه كثير كما يقول في كتابه نعم في هذه الأحداث الأليمة أيها الأخوة تفاصيل كثيرة أعرضت عن ذكرها ولكن ما حدث في المدينة المنورة مصيبة كبيرة من المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية وردت في البداية والنهاية الفقرة تالية فقال المدائني عن شيخ من أهل المدينة قال سألت الزهري كم كان القتلى يوم الحرة قال سبع ماء من وجوه الناس من المهاجرين والأمصار ووجوه الموالي ومن من لا أعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة ألف قال وكانت الوقع لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وانتهبوا المدينة ثلاثة أيام يقولون إن مسلم بن عقبة أرسل روح بن زنباع الجذامي إلى يزيد يخبره بأنباء الانتصار في الحرة فلما سمع يزيد بالتفاصيل المرعبة قال واقوا معه أيوا قومه ابن زياد يقتل حسين وضوى الله عليه وأهله وصحبه ولما يبلغ يزيد ذلك يقول لعلي بن حسين والله لو أني صاحب أبيك ما سألني خصلة إلا أعطيته إياه ولا دفعت الحدث عنه ولو بهلاك بعض ولدي الكلام شيء والفعل شيء آخر يا يزيد المهم قال واقوا معه ثم أرسل إلى الضحاك بن قيس الفهري الفهري يعني قرشي وقال له لقد علمت بما حل بأهل المدينة فمن الذي يجبرهم وش يجبرهم مدينة مستباح لا حول ولا قوة إلا فلما قال له من الذي يجبرهم يعني يجبر كسرهم وجراحهم وخاطرهم قال له الضحاك بن قيس الطعام والأعطيات المعارك والحصار والاقترابات تؤدي إلى نقص في الأطعمة التي تكاد تصل إلى المجاعة هذا النقص يكاد يصل إلى المجاعة ولا شك أن الامدادات الغذائية وكسوا بها بعض السلوى للبعض عما حصل من جراء فضيعة وأبنى على رأي الضحاك بن قيس حملوا لهم الطعام والعطي والأخوة روى الإمام أحمد في مسنده عن السائب بن خلاد الجهني رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدل نعم في مطلع سنة أربع وستين سار مسلم بن عقبة المري قاء الجيش شزيد بقواته إلى مكة المكرمة لقتال الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولما وصل إلى مشارفها اجتمع بقيادة الجيش اجتمع مع أركانه قادة جيش وأطلعهم على وصية يزيد له بأن يكون من بعده إذا مات فصين بن نمير السكوني الكندي وأمر حصين بقتال بن الزبير ثم قال هذا الجلس الأحمر قولة إن صحت عنه فهي والله عظيمة قال اللهم أني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أحب إلي من قتل أهل المدينة يقول هذا الكلام وكأنه لم يسمع بالحديث الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أسلم بن عقبة هلك في تلك اللحظات وتولى القيادة حصين بن نمير السكوني وفي ربيع الأول من سنة 64 مات يزيد بن معاوية مات هذا الملك الأموي الذي قاد أول جيش غزل قسطنطينية وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حرام بنت ملحان رضي الله عنها لما سعلته أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم نعم مات يزيد هذا الملك الذي في عهده قتل الحسين بن علي رضي الله عنه قيد شباب أهل الجنة والذي في عهده وقعت مصيبة الحرة التي تم بها البطش والتنكيل بأهل المدينة المنورة من الصحابة رضي الله عليه والتابعين وغيره روى الإمام أبو الفرج بن الجوزي والإمام بن الجوزي هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي توفي في سنة سبع وتسعين وخمسمائة وابن الجوزي من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال عنه الإمام الذهبي هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام قال ابن الجوزي لما سئل الإمام أحمد بن حنبل ابن الجوزي يقول لما سئل الإمام أحمد بن حنبل ايروى عن يزيد الحديث فقال لا ولا كرامة ابن الجوزي ينقل على الامام احمد بن حنبل لما سؤل رحمه الله الامام بن حنبل ايروى عن يزيد الحديث فقال لا ولا كرامة نعم سار الحسين بن نمير بالجيش الى مكة ووصلها لاربع بقين من المحرم من سنة اربع وستين وكان مع ابن الزبير اصحابه وكذلك من انضم اليه ممن فر من المدينة مثل عبدالله بن مطيع العدوي القرشي وكذلك الخارجي الخبيث مجلس بن عامر الحنفي ومعه جماعة من اهل اليمامة ساروا للدفاع عن بيت الله الحرام وممن وقف مع عبدالله بن الزبير للدفاع عن الكعبة ايضا الخارجي نافع بن الازرق الحنفي مؤسس فرقة الخوارج الازارقة وكذلك عبدالله بن صفار تميمي مؤسس فرقة الخوارج السفرية وعبدالله بن عباض التميمي مؤسس فرقة الخوارج العباضية وكلاهما انشقع النافع ابن الازرق بعد ذلك دار القتال بين الطرفين وقتل في هذا القتال جماعة منهم المنذر بن زبير كان قد تبارد مع رجل من اهل الشام فقتل كل منهما صاحبه وكذلك قتل من جماعة ابن زبير الصحابة الجليل المسور بن مخرمة بن نوفل الزهر القرشي وقتل كذلك مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قرشي وكادت الدائرة تدور على جماعة ابن زبير في هذا اللقاء ولكن الليلة فصل بينهم واستمرت المعارك بين الفريقين تقية المحرم وطيلة صفر وفي ربيع الاول وفي اثماء حصار جيش الشام للكعبة كان الشاميون يرمون الكعبة المشرفة بالمنجنيق وفي هذه المواجهات العنيفة احترقت الكعبة المشرفة بسبب نار اشعلها جماعة ابن زبير لتنير لهم فعلقت كما يقولون شرارة باستار الكعبة وامتد الحريق الى الكعبة المشرفة فأتى عليها احترقت الكعبة بسبب هذه الفتنة استمر الحصار الى ربيع الاخر ثم بلغهم خبر وفاة يزيد وكانت وفاة يزيد بن معاوية في ربيع الاول من سنة 64 ولكن الحصار استمر الى كما قلنا ربيع الاخر ووفاة يزيد كانت في ربيع الاول من سنة 64 ولما سمع جيش الشام بذلك توقفوا لما سمعوا بوفاة يزيد بن معاوية توقفوا على القتال ولكنهم استمروا في حصارهم قال الإمام الطبري في تاريخه إن ابن الزبير وابن نمير اجتمع فقال حسين ابن نمير لابن الزبير لقد هلك يزيد وأنت حق الناس بهذا الأمر فهلما اذهب معي إلى الشام فوالله لا يختلف عليك أفا لكن ابن الزبير لم يستجب لدعوته فغادر جيش الشام عائدا إلى دمشق ومر بالمدينة وارتحل معهم بن أمي إلى الشام ويقال بأن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير بعد أن بويع له في الحجاز بعد رفاة يزيد وابنه معاوية بن يزيد أمر بطرد بني أمي من مكة والمدينة فارتحلوا إلى الشام وتوجهوا إلى دمشق وكان بها مروان بن الحكب توفي يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في قرية حوارين بالقرب من دمشق وحمل إلى دمشق ودفن فيها وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد الذي أخذت له البيعة وكان ولياً العهد أبيه معاوية بن يزيد يكمى بأبي ليلى وكان ليزيد الكثير من الأبناء والبنات أبنائه هم معاوية وخالد وأبو سفيان أمهم أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد المناف وأم هاشم كنية لها اسمها فاختة وليزيد أيضاً عبد الله بن عزيد الذي يعرف بالأسور ذكر في بعض الكتب باسم عبد العزيز أمه هي أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر ابن كريز بن ربيعة ابن حبيب بن عبد الشمس بن عبد المناف شقيقته عاتكة بنت يزيد تزوجها عبد الملك بن مران وهي كما يقولون بنت خليفة وحفيدة خليفة وأخت خليفة وزوجة خليفة وأم خليفة وهو يزيد بن عبد الملك يعني هي أم يزيد بن عبد الملك بن عران فهي أم خليفة وجدت خليفة حفيدها هو الوليد بن يزيد وأبو زوجها مران بن حكم خليفة وأبناء زوجها ثلاثة خلفاء هم الوليد وسليمان وهشام أبناء عبد الملك بن مروان هذه ربما ما يعني تكرر مثلها في التاريخ لا يوجد ملكة كان لها مثل هؤلاء الخلفاء من يعني أقاربها وليزيد بن معاوي أيضا من الأبناء عبد الرحمن وأبو بكر ومحمد وعثمان وعتبة ويزيد بن يزيد على اسمه بيه سموه ولكن هؤلاء من أمهات أولاد يعني أمهاتهم جواري لسنا قرشيات من بني عبد الشمس بن عبد المناف كما هو الحال مع أخوتهم الأربعة معاوية وخالد وأبو سفيان وعبد الله هذا ما قاله المصعب بن عبد الله ابن مصعب بن ثابت بن عبد الله ابن الزبير مؤلف كتاب نسب خريش المتوفى في سنة ست وثلاثين ومائتين هذا ما قاله عن أبناء يزيد ابن معاوية يقول المؤرخون عن معاوية بن عزيد إنه كان من الصالحين الزاهدين ولم تطل مدة ملكه قيل كانت مدة ملكه أربعون يوم وقيل شهران وقيل غير ذلك توفي عن واحد وعشرين عاما وقيل ثلاثة وعشرين وقيل غير ذلك أيضا كان معاوية بن عزيد مريضا لما أهد إليه بالأمر من جعد أبيه ولم يخرج إلى الناس وكان الذي يصلي بالناس الضحاك بن قيس الفهري يقال بأن الضحاك صحبة كما قلنا وكان الضحاك منذ أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نائبا له على دمشق واستمر الضحاك بن قيس يدبر الأمور إلى أن استتبى الأمر بعد ذلك في الشام إلى مران بن حكم ذكر بعض المؤرخين بأن معاوية بن عزيد خرج في بداية أمره إلى الجامع ودعا الناس وخطبه بقائلا أيها الناس إني قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه فإن أحببتم تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق العمر وإن شئتم تركتها شورة في ستة منكم كما تركها عمرهم الخطاب وليس فيكم من هو صالح لذلك فقد تركت لكم أمركم فولوا عليكم من يصلح لكم ثم نزل على المنبر ودخل إلى منزله ولم يخرج إلى حين وفاته صحت هذه الرواية فهي مصيبة الرجل وإن كان صالحا زاهدا ورعا لأنه لا يصلح بدل الحكم فكيف يترك الأمر للناس وهو يطير بأن ليس فيهم من يصلح للحكم ولذلك صدق ابن همام السلولي قلنا هذا المعاوية بن عزيد يكن بأبي ليلة لذلك ابن همام السلولي ويقال بل رجل من بني فزارة قال هذا البيت قال إني أرى فتنة تغلي مراجلها فالملك بعد أبي ليلة لمن غالب هذا صحيح هذا ما حدث وهنا أيها الإخوة تتضح لنا حنكة وسياسة وبعد نظر الصحابي الجليد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما أخذ البيعة لابن يزيد حتى لا تحدث الفتنة بسبب التنازع على السلطة بعد وفاة نحن فهذا أيها الإخوة ما حدث ونريد أن نتوقف هنا أيها الإخوة على أن نكمل إن شاء الله في اللقاء قادنا وجزاكم الله خير ألا حسن استماعكم بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع صيب المبارك وكما تعرفون هذا اللقاء إن شاء الله سوف يكون اللقاء السابع الدرس السابع في سلسلة التاريخ الإسلامي أو تحديدا هو الدرس السابع من دروس التاريخ السياسي للدولة كالأمم وإذا تذكرون أيها الإخوة في اللقاء الماضي تكلمنا عن موقعة كربلاء نهاية المؤلمة الحزينة ثم قيام عبيد الله بن زياد بإرسال علي بن الحسين ومن معه من نساء وبنات وقريبات الحسين بن عليهم والله عليهما قام بإرسالهم إلى الشام واهتم بهم يزيد بن معاوية كثيرا ثم أرسلهم بعد ذلك إلى المدينة وتكلمنا أيها الإخوة أيضا عن أحداث مهمة حدث في تلك الفترة من تاريخ الدولة الأموية فخرج خوارج مثل نجد بن عامر الحنفي هذه ما كانت يعني من الأمور الخطيرة جدا لكن أخطر ما في الأمر عندما فار أهل المدينة ثم نور مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحاصروا بن يومين ويعني كاد الأمويون أن يهلكوا من عطش ومن الجوع وشدة الحصار وحذر يزيد الكثير من قادته خشو من ردة فعل يزيد نمعاوية ويزيد أيها الأخوة يذكر ما حدث من حصار لإثمان بن عسام الله عليه لذن نورين خليفة الشهيد خليفة الراشد الثالث يذكر ما حدث له من حصار هذه كانت تؤثر في نفس يزيد وخشي بعد أن وصلته كتب الأمويين أن يحدث لهم ما حدث لذن نورين رضوان الله عليه في المدينة عندما اختحم قوار منزله وقتلوه وهو يقرأ القرآن من المصحف ما رأوا له حقا وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة فما بالكم بالأمويين وهم ما بهم خليفة ولا بهم ربما يعني معظم من من حوصر من بني أمية ربما بعض الصحابة منهم رضوان الله عليهم ومعظمهم من التابعين لكنهم يبقون هكذا من آل بيت الخلافة بني أمية اشتد عليهم الحصار فاستنجدوا بيزيد وغضب يزيد أيها الأخوة غضبا شديدا وأرسل لهم كما تعرفون الجيش الكبير عليه مسلم بن عقبة المري الغطفاني الذي سمه مؤرخ الإسلام بمسرف بن عقبة فسار على رأس الجيش الكبير الذي قلنا بأنه يقدر باثني عشر ألف مقاتل وفي رواية بخمسة عشر ألف مقاتل وحدثت موقعة الحرة الرهيبة أيها الأخوة المؤلمة جدا من يعني أبشع صفحات التاريخ لهم صحيح أنه أوصاه بأن ينجرهم ثلاثا يحذرهم لكنهم أبوا إلا القتال ثم بعد ذلك لما هزموا وطبقا لتعليمات يزيد أباح المدينة لمدة ثلاثة أيام وربما تذكرون أنكم قلت لكم بأنني لن أفصل بما حدث استباح أيها الأخوة جيش يدخل المدينة يستبيح ماذا يحدث كواب رهيب أمور مؤلمة أيها الأخوة ثم بعد ذلك وبوصية من يزيد أيضا تار هذا الجيش الذي يقوده مسلم بن عقبة المري الغطفاني إلى مكة المكرمة لقتال عبد الله بن الزبير ولكنه يهلك بالقرب منها ويتولى القيادة الحسين بن نمير السكوني الكندي وتدور معارك كبيرة هناك كما تعرفون تحاصر مكة وتحترق الكعبة المشرفة بسبب هذا الحصار عندما أرادوا أن يشعلوا نارا يستضيئون بها وطارت شرارة وتعالقت بأستار الكعبة واحترقت الكعبة المشرفة أمور مؤلمة ثم بعد ذلك يأتي الأمر أو يصلهم الخبر بأن يزيد بن معاوية قد هلك توفي وبوفاة يزيد أيها الأخوة نتكلم عن أحداث في هذا اللقاء عن الأحداث التي أعقبت وفاة يزيد بن معاوية بعد وفاة يزيد ضربت الأمور كثيرا في الدولة الإسلامية نعم وكان الحجاز العبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنه الحجاز كان العبد الله بن الزبير ودمشق وما حولها كانت فاضعة للضحاك بن قيس الفهري إلى أن تستقر الأمور لأحد يتفق عليه المسلمون والله الضحاك إلى أن يتفق المسلمون على رجل يجتمع عليه وفي خرسان فيطر سلم بن زياد على الأمور ولكن أهلها بعد ذلك انقلبوا عليه طردوه وفي البصرة اضطربت الأوضاع كثيرا وفر منها عبيد الله بن زياد فسار إلى الشام وجرت في البصرة خلافات ونزاعات كثيرة وخطيرة وهنا نرى أيضا بعد نظر الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومعرفته في أمور السياتة ولعلكم تذكرون وصيته لابنه يزيد وكان يزيد غائبا لما حضرت معاوية الوفاة وقلنا بأنه استدعى الضحاك بن قيس الفهري ومسلم بن عقبة المري وطلب منهما أن يبلغ يزيد ابنه بوصيته وكان مما قال معاوية إذا تذكرون رضي الله عنه قال لهما وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفع فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك ما أتوا ألف سيح نعم إذن أريد أن أتكلم بشيء من التفصيل عن الأحداث التي جرت في خرسة وفي البصر وفي الشام وذلك وذلك حتى فرون الفتنة وما تصنع وكيف تكون الأحوال والأوضاع إذا أصبح المسلمون وليس عليهم ولي أمر لقد فصل الإمام طابدي في تاريخه عما جرى من أحداث في الولايات الإسلامية يعني تفصيلا غافيا حقيقة كان سلم بن زياد أخو عبيد الله بن زياد واليا للأمويين على خرسان وكان المسلمون في خرسان يحبونه حبا كبيرا لدرجة أن كثيرا من المواليد ثموا على اسمه سلم وأخفى عنهم في البداية سلم بن زياد أخفى عنهم ما جرى في الشام من أحداث ثم لما شاع الأمر أخبرهم بما حدث فاتفقوا على السمع له والطاعة حتى يتفق المسلمون على ولي أمر يبايعونه ولكن بعد شهرين انقلبوا عليه فغادرهم بعد أن جعل عليهم المهلب بن أبي صفرة الأزدي أزدي يعني قحطان فلما وصل سلم في طريقه إلى سرخص التقى بسليمان ابن مرثد وهو من بني قيس ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل فلما سأله سليمان عن الأوضاع وعن من عين مكانه في مر قال له سليمان ألم تجد في نزار من توليه ويقصد بذلك ألم تجد رجلا من قبائل ربيعة القبائل المضر توليه وربيعة ومضر كما تعرفون هما ابن نزار ابن معد ابن عدنا فلما سمع سلم بذلك وهو مضري حسب يعني فكان ينتمي إلى إلى أبي سفيان سلم ابن زياد ابن أبي سفيان فقام سلم وعهد لسليمان على مر مر ورود وليست مر عاصمة فراسان ولكن مر ورود المدينة المهمة في فراسان وأيضا على الفارياب وطالقان وجوزجان وعهد إلى أوس ابن ثعلبة ابن زفر على هراط هراط مدينة مهمة جدا هناك ثم واصل سلم طريقه إلى نيسابور فالتقى بعبد الله ابن خازم ابن أسماء ابن الصلت السلمي وهذا من مشاهير العرب القبليين وقبيلة سليم من القبائل القيسية المضرية والقبائل القيسية أيها الأخوة نسبة كما تعرفون إلى قيس ابن عيلان ابن مضر فلما سأله عن من ول على مر وعرف أنه ول المهلد ابن أبي صفر الأزدي قال له أما وجدت في مضر رجلا تستعمله حتى فرقت خراسان بين بكر ابن مائل والأزد ثم قال له اكتب لي عهدا على خراسان فكتب له أيضا عهدا على خراسان فلما بلغت هذه الأخبار المهلد ابن أبي صفرة استخلف مكانه رجلا من بني تميم من بني جشم بن سعد بن زيد منات بن تميم فلما قدم عبد الله بن خازم السلمي إلى مر عصمة خراسان حاول التميمي أن يمنعه من دخولها ولكن حدثت مناوشة دخل على إثرها عبد الله بن خازم مدينة وتوفي التميمي من جرح بسبب حجر أصابه في رأسه من مر أيها الأخوة تحرك عبد الله بن خازم إلى مر الرذ لقتال سليمان بن مرثب فوقع القتال بين الطرفين وقتل سليمان بن مرثب وفر من كان بمر الرود من بكر بن وائل إلى هرات ثم سار عبد الله بن خازم بجيشه إلى الطالقان لقتال عمر بن مرثب فالتقى به وهزمه وألحقه بأخيه سليمان وفر من نجا من جماعته وذهبوا إلى هرات عند أوس بن ثعلبة وعاد بن خازم إلى مر العاصمة ثم بعد ذلك سار بن خازم بقواته إلى هرات لقتال من بها من بكر بن وائل الذين رأسوا عليهم أوس بن فعلبة وتواجه الجيشان النزاليان قبائل مضر بن نزار في مواجهة بني عمومتهم قبائل ربيعة بن نزار ولكن رجلا من بني ضبه اسمه هلال يبدو أنه من كبرائهم وقبيلة ضب بن عبد قبيلة مضرية ذهب إلى عبد الله بن خازم وقال له كيف تقاتل أخوتك ولقد قتلت في مرغ الروذ منهم الكثير فلو اصطرحت معهم وأرضيتهم قال له ابن خازم إنهم لا يرضون وإن خرجت لهم من الكراسة ولو استطاعوا أن يخرجوكم من الدنيا لفعل قال قال له حلال والله لا أرمي معك بسهم حتى تعذر إليهم فقال له أنت رسول إليهم اذهب وعرض عليهم ما شيء فلما ذهب هلال الضبي إلى البكريين قالوا له لا نرضى حتى تخرجوا من خرسة ولا يبقى فيها مضرين أو إن أردتم أن تقيموا فيها تتنازلون لنا عن كل شيء من سلاح وأموال وخيل وذهب وفضة لما سمع ما قالوا له قال لهم حسبنا الله ونعم الوكيل عرف أحرب شرسة الآن سوف تنشب وقتل وذبح ثم عاد من حيث أتى فقال له عبد الله بن خازم ماذا وجدت فقال له هلال وجدت أخوتنا قطعا للرحم فقال له عبد الله بن خازم قد أخبرتك إن ربيعة لم تزل غضابا على ربها منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من مضم ورأي أخوة عصبية قبلية مقيسة هذا الكلام في القرن الهجر الأول أيها الأول هذا الكلام في القرن الهجر الأول يعني بعد يمكن مصيبة ثم إن القوم أيها الأخوة بقوا هكذا ربيعة خرجوا من مدينتهم وجعلوها في ظهورهم وخندقوا حولهم في مواجهة المضريين وفي أثناء شغال القرفين فيما بينهما أجم الترك على قصر أو حصن به ناس من الأزد فحاصروهم فاستنجد الأزديون بجماعة من الأزد ولكن الترك هزموهم فأرسلوا انظروا إلى هذه يستنجدون بخصمهم عبد الله بن خاتب فأرسل لهم كتيبة من بني تميم عليها زهير بن حيان فهزموا الترك وفكوا الحصار ثم أن البكريين خرجوا من خندقهم لقتال عبد الله بن خازم ودار بينهم قتال شديد ثم دارت الهزيمة على بكر بن وائل وقتل منهم الكثير وفر أوص بن ثعلبة وبه جراحات شديدة ووصل إلى سجستان وقل بل إلى مشارفها وهناك توفي مما ألم به من جرح نعم كان أيوب بن حمران مولا العبيد الله بن زياد وكان ابن زياد يثق به ثقة كبيرة وكان يرسله في خلافة معاوية إلى الشام فكان أيوب بن حمران رسوله إلى معاوية ثم إلى يزيد بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وكان ابن زياد قد أرسل أيوب بن حمران إلى الشام ليأتيه بالأخبار عن يزيد وبالفعل جاءه بالخبر اليقين بموت يزيد وباضطراب الناس بالشام فأمر ابن زياد مناديه أن ينادي بالناس الصلاة جامحة فأقبل وكان ذلك في البصرة وأخبرهم بن زياد بالعمر وباضطراب الأمور في الشام وقال لهم في نهاية خطبته في كلام قويل فاختاروا لأنفسكم رجلا ترتضونه لدينكم وجماعتكم فأنا أول راض من رضيتم فأنا أول راض من رضيتم فقالوا له قد سمعنا مقالتك وإنا ما نعلم أحدا أقوى عليها منك فهل هم فهل هم نبايعك إذن هذه واحدة قالوا له هل هم نبايعك فقال لهم لا حاجة لي بذلك ولكن اختاروا من تريدون فقالوا له مثل مقالتهم الأولى هذا هذه الثانية ولكنه أبى ثم أعادوها عليه للمرة الثالثة فأبى هذا هذه الرابعة الآن ولكنهم أصروا على مبايعته هذه الرابعة أصروا على مبايعته فلم يكن إلا أن قاما وبسطا يده إليهم فبايعوه ثم لما خرجوا من عنده جعلوا يمسحون أكفهم بباب الدار وحيطانه وقالوا ظن ابن مرجانة أن نوليه أمرنا في الفرقة ثم أخذ أمر عبيد الله بن زياد طبعا يضعف حتى أنه أخذ يبحث أن أحد من زعماء البصرة لكي يجيره ويحميه حتى لا يفتكوا به واستقر به الأمر عند مسعود بن عمر الأزدي الملقب بقمر العراق طبعا سوف تلاحظون في هذا التاريخ بعض الأحداث دائما سوف أكرر لكم هذه الجملة وأقول لكم إن تفاصيل كثيرة وأمور يطول شرحها والكلام عنها وروايات مختلفة ولكنها دائما أيها الأخوة تلتقي مع بعضها لا نستطيع أن نفصل بكل التفاصيل ولا بكل رواية قيلة ولكن يعني نأخذ الموجز ودائما هذه الروايات تلتقي بعد ذلك في نفس المسار والنهاي ولذلك أقول بعد أن تدهورت الأوضاع في البصرة بايع بن تميم وبن تميم قبيلة كبيرة قوية جدا وهم كما تعرفون من قبائل مضر بايعوا لعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرش وعبد الله بن الحارث أمه هند بنت أبي سفيان أخت معاوية رضي الله عنه وعبد الله يلقى ببه لما كان طفلا صغيرا كانت أمه ترقصه وتقول له لأمك حن ببه جارية كالقبة مكرمة محبة تجب أهل الكعبة كانت ترقصه وهو تقيئ صغير فأغلب عليه هذا الاسم ببه هذا الأمر جعل قبائل طبيعة قبائل الأزل اليمانية يغضبون فلم يرضوا بذلك فقالوا كيف يؤمرون علينا أميرا من دون أن يستشيرنا ونرضى به كيف يؤمر علينا من دون أن يستشيروننا ونرضى بمن وبعد أن أصبح الأمر في البصرة لعبد الله بن الخارث بن نوفل هاشمي كان مالك بن مسمع بن شهاب الجحدري وهو من بني قيس بن فعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وهو سيد ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان كان جالسا في الجامع فجاء رجل قرشي من ولد عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف هذا وفد قادما من خراسان يريد عبد الله بن حارث له معه رسالة من عبد الله بن خازم بن أسماء ابن الصلت السلمي والي مر وحدث نزاع انظروا لهذه بين القرشي ومالك بن مسمع فقام رجل من بكر وائل فلقم القرشي العبشمي فتعالى الصراخ في مسجد مسجد الجامع وكانت ربيعة أكثر من مضر في المسجد فصاح رجل يال تميم الآن المضروب قرشي مضري ومضر أقل فصاح رجل يال تميم انتهى احتزى بني تميم وتميم من مضر بن نزار بن معد بن عدنان فسمع صيحته جماعة من بني ضبه وقبيلة ضبه هم بن ضبه ابن أد بن طابخة ابن ألياس بن مضر وتميم هو تميم بن مر بن أد بن طابخة بن مضر وكان هؤلاء الضبيون كانوا عند القاضي ففزعوا نجدة له وأخذوا رماح الحرس وتروسهم ثم شدوا على الرابعيين فهزموه دور العصبية القبلي قرشي يضرب ويراه رجل ويعتزي بال تميم وبني تميم يعني غير موجودين فيقوم هذا بن ضبه عند القاضي لهم مشكلة فلما سمعوا يهاجموا الحرس ويأخذوا رماحهم وتروسهم ويهاجمون الربعيين ويتكاثرون عليه هذه العصبية قبلي من كلمة تشتعل شرارة شقيق بن فور السدوسي وهو شقيق بن فور بن عفير بن زهير بن كعب بن سدوس بن شيبان بن ذهر بن ثعلبة بن عكاب بن صعد بن علي بن ذكر بن غائل تستطيعون أن تتابعوا أيها الأخوة على هذه العرض الأسماء هذه طبعا نوضحها له وهو هذا الشقيق بن فور من سادات بكر بن غائل لما سمع ما حدث في الجامع أقبل بجماعته وقال لهم لا تجدن مضريا إلا قتلتموه فلما سمع بذلك مالك بن مسمع الجحدري بكري تدارك الأمر واستطاع بما له من مكانه ومنزله بين قومه أن يكف القوم بعضهم عن بعض فهدأت الفتنة إلى حين هذا رجل عاقل يعرف ماذا سوف يخص كيف لا تجدن مضريا إلا قتل بعد ذلك سوف يقتلون ربعيين وهكذا تشتعل ثم بعد مدة أدأت فتنة بعد مدة بعد شهر أو أقل كان رجل من بني يشكر وبني يشكر من بني بكر بن غائل كان جالسا مع رجل من بني بب في الجامع فدار بينهما حديث عن حادثة لطم البكري للقرشي فثار الشر بينهما يعني أنتم الآن في الجامع اذكروا الله سبحوا يخوضون في أمور الخوض في مثل هذه الأمور ما ينتج عنه إلا شر فإن النار بالعدين تذكى وإن الحرب مبدوها الكلام فما يكون مال تذاكر الأمور التي هذه يعني تثير الفتن قال فلما ذكروا حادثة لطم البكري للقرشي ثار الشر بينهما وانتهى الأمر بمقتل يشكري في المسجد في المسجد يقتل الرجل بسبب نقاش قبل وكانت هذه الحادثة ثبباً أيها الأخوة في إشعال فتيل فتنة قبلية عظيمة جداً حدثت بعد ذلك البكريون ذهبوا إلى الأزد ليجددوا حلفاً سابقاً بينهم وسعى عبيد الله بن زياد في إقناع مسعود بن عمر الأزدي لتجديد الحلف حلف هذا بالجاهلية تخيلوا وكان عبيد الله بن زياد لاجئاً عنده واتفقت قبائل ربيع بن نزار بن معد بن عدنان والقبائل اليمانية على رئاسة مسعود بن عمر العتكي الأزدي الملقب بقمر عراق سوف أقول لكم نسبه كاملاً نذكر لكم نسبه كاملاً فهو مسعود بن عمر ابن الأشرف تابعوا معناه هناك ابن البختري ابن ذهل ابن زيد ابن عكب وليس كعب ابن الحارث ابن العتيك ابن الأسهل وليس الأزد وليس الأسد إنما العتيك بن الأسد ابن عمران ابن عمر ابن عامر ابن ماء السماء ابن حارث ابن مرء القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن أزد انظروا إلى 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 النسب بينه بين الأزد والأزد من القبائل اليمانية الكبيرة كبر أمر بكريين بتحالفهم مع الأزد وسار مسعود ابن عمر بالأزد إلى حلفائهم البكريين وكان على ربيعة من نزار مالك ابن مسمع ابن شهاب الجحدري البكري فلما اجتمعوا توجهوا إلى المربد ما هو المربد هذا مربد هذا من أحياء بني تميد ودخل مسعود ابن عمر إلى الجامع وصعد منبر وأخذ يخطب في الناس فأخبروا عبد الله ابن الحارث ابن نوفل أمير البصرة بذلك لما أخبروا عبد الله ابن الحارث ابن نوفل أمير البصرة بما حدث لم يسمع شيء أما مالك ابن مسمع فإنه خرج في رجاله ودخل إلى حي من أحياء بني تميم وأحرق بعض الدور انتقاما لمقتل يشكري على يد الطبي أما مسعود ابن عمر فقد جاءه بني تميم بعد ذلك وقتلوه وقتلوا معه اثني عشر رجلا من قومه وقيل بل قتله خوارج كانوا في السجن فاستغلوا هذه الفتنة وفروا من السجن أو بالأحرى اخرجوا من السجن في أثناء هذه الفتنة واستولوا على أسلحة الحراس ثم دخلوا الجامع وقتلوا مسعود واثني عشر رجلا من قومه هذه التطورات لما بلغت عبيد الله بن زياد وكان قد جهز رواحله لما بلغه ذلك فر إلى الشام وكان معه ماءت فارس من الأزد تحت إمرته وضعهم له مسعود بن عمر كان قد التجى عنده كما قلنا وقيل كان معهم أيضا بعض الرجال من ذكر بن وائل أيضا مع هؤلاء من ظن الميناء ولما وصلت أخبار مقتل مسعود بن عمر إلى مالك المسمع عاد بقواته وتوقف في سكة المربة في هذه الأثماء أيها الأخوة أن تقول بني تميم قبيلة كبيرة وعظيمة كيف يحدث هذا يعني تدخلون حي من أحياهم ثم يحرقون الدور نعم لا ما سكتوا بني تميم الحروب ما تشتعل هكذا والفتن إلا بعد الرجوع إلى الرؤسة كانت في تلك الأثماء وفوض بني تميم قد جاءت إلى الأحنف بن قيس في بيته من هو الأحنف أيها الأخ الأحنف بن قيس الأحنف لقبلها هو الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصيد بن حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمر بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم بن مرة لقب بالأحنف لحنف بساقيه والحنف هو لعوجاجه والأحنف بن قيس أيها الأخوة أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر للأحنف وهو الذي تضرب العرب في حلمه الأمثال أمه امرأة من قبيلك باهلة وهو سيد بني تميم سيد بني تميم انظروا إلى صفاته أحنف الساقين قبيح الصورة وقصير القام وأعور العين ولكنه سيد من سادات العرب وليس بني تميم لما جاءوه قالوا له يا أبا بحر إن ربيعة والأزد قد دخلوا الرحبة الرحبة من أحياء بني تميم في البصل فقال لهم هذا الرجل الحليم الحكيم لماذا ساد العرب ساد العرب بحلمه انظروا في ظل هذه الفتنة ماذا يقول القوم والشباب مشتعلين غضب شديد فقالوا له إن ربيعة والأزد قد دخل الرحبة فقال لهم لستم بأحق بالمسجد دخلوا الرحبة دخلوا المسجد قال لهم لستم بأحق بالمسجد منهم ثم هتوه فقالوا له قد دخل الدار فقال لستم بأحق بالدار منهم فقضب أحد شبانهم شباب بهم حماسة وهو سلم بن ذؤيب الرياح التميمي وقال يا معشر الشبان إلي فإن هذا لا خير فيه انظر هذا كيف يتطاول على هذا السيد الكبير مع ذلك ظل هذا الرجل الحليم على حلمه وهدوئه يريدونه أن يأذن لهم بالقتال يريدونه أن يأذن لهم بالقتال ولكنه يعرف الفتنة إذا هاجت فقد جربها تطورت الأمور إلى أن جاءته امرأة كميمية بمجمر مبخر وقالت له ما لك وللرياسة تجمر فإنما أنت امرأة لمنتهى الإهامة فقال لهذا السيد العربي الكبير فقال لها استك أحق بالمجمر وقيل هذه أكثر كلمة فحش قالها في حياته انظروا إلى حلمه وإلى هدوئه لما رأوا حلم العرب لا تزحزح أتوه بأمر لا يستطيع أن يسكت عليه ماذا قالوا له هذه ما بها حلم ذلك صاحت المرأة صيح والمرأة قالوا له إن علية بنت ناجية الرياحي إن علية بنت ناجية الرياحي قد سلبت خلاخيلها من ساقيها العرب أيها الأخوة لا تسكت إذا صاحت المرأة فما بالكم بسيدة من سيدات بني ثميد وقالوا له إنهم قد قتلوا الصباء الذي على طريقه وقتلوا الرجل المقعد الذي كان على باب المسجد وإن مالك بن مسمع قد دخل سكة بني العدوية وبني العدوية دخل سكتهم بني العدوية بني حنظل بن مالك بن زيد منات بن ثميم فحرق بعض دورهم علي كذلك أظيم من عضاء الأمور بالنسبة إلى هؤلاء العرب الأقفاح فكيف يجرؤون على سلب سيدة من نساء بني ثميم انتزع خلاخيلها من ساقيها كارثها وكيف يقتل صباغ ضعيف نازل في جوارهم إذن اعتدوا على جارها وكيف يقتل مقعد عاجز في حمايتهم بل كيف يجرؤون على حرق منازله لما سمع الأحنف بذلك انظروا إلى حلمه لماذا قالوا الأحنف خليم الأرض انظروا لما سمع الأحنف بذلك أراد قبل أن يتخذ القرار الصعب أراد أن يتأكد مما قالوا فقال لهم أقيموا البينة على هذا ففي دون هذا ما يحل قتاله فوقل من هذا خلاص يصير القتال حلال بفاع عن النفس أعتوا بأمر عظيم لكن أقيم البينة فأشهدوا عنده على ما قالوا عندها ماذا صنع أيها الأخوة اتخذ الرجل الكبير قراره فقال أجاء عباد يقصد بذلك عباد بن حسين بن يزيد من بني الحارف بن عمر بن تميم قالوا لا ثم قال لهم بعد مدة قصيرة أجاء عباد قالوا لا قال فهل هاهنا عبس بن طلق بن ربيعة وعبس بن طلق من بني صريم بن الحارف بن عمر بن كعب بن سعد فلما قالوا له نعم ماذا صنع أيها الأخوة دعاه ثم انتزع الأحنف معجرا في رأسه المعجر مثل العمامة يلف على الرأس ثم جثى الزعيم الكبير على ركبتيه وعقد المعجر في رمح ثم سلم الرمحة بل سلم الراية إلى عبس بن طلق وقال له كلمة من حرفين مين لا ثالثة لهم ماذا قال له قال له فر فر حرفين بس وانطلق الرجل براية الأحنف التي يعرفها بن كمير تمام المعرفة ثم قال الأحنف اللهم لا تخزها اليوم فإنك لم تخزها فيما مضى وصاح الناس وقالوا هاجت زبراء زبراء هي أمة للأحنف وهم يقصدون الأحنف حليم العرب ولم يريدوا أن يقولوا هاجى الأحنف وغضب ما يريدون أن ينسب له يعني أنه خرج عن حلمه وغضب قال كلمتين سر بس حرفي سر وأعطاه الراية هذه بعد يعني راية بن تميم وأيها الأخوة دارت حرب قبلية مؤلمة بين الفريقين امتخاصبين وقتل الكثير منهم ثم إنهم بعد ذلك اصطلحوا وسعى أيضا هنا الأحنف خليم العرب أحنف بن قيس في الصلح ولكن الصلح على ماذا على أن يدفعوا دية عن مقتل مسعود بن عمر عن أشر دية لماذا أيها الأخوة حتى يرضى الأزل لأن مسعود بن عمر هو سيدهم والأزل قبائل كبيرة قوية لن تسكت على مقتل سيدها فكانت ديته عن أشر دية وصل الأمر في أثناء هذه الفتنة الرهيبة أيها الأخوة هذا والله أمر مؤلم هذا صحيح هذا الكلام ذكر هو المؤرخون أيها الأخوة الأمر وصل إلى إلى حد يعني رهيب قالوا إن أن المرأة كانت تختطف ويعتدى عليها من دون أن يفزع لها من ينقذها نعم هذه هي صحيحة تختطف أيها الأخوة المرأة ويعتدى عليها ما أحد يتحرك ويفزع لها فتن كل واحد مشغول بنفسه نعم وهذه هي الفتنة وما ينتج عنها ومتى هذا الكلام هذه الأحداث في القرن الهجر الأول في سنة أربع وستين نسأل الله السلامة نحن عبد الله بن الحارث كانت مدة إمارته عليهم هذا ببه أربعة أشهر ثم خلفه بأمر من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عمر بن عبد الله بن معمر التيمي القرشي إذن أيها الأخوة تشاهدون من مضاعة مقربة سنشجاز أخذت البيعة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولكن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن علي بن أبي طالب محمد بن حنفية لم يبايعون ثم نرى بعد ذلك إن أهل البصرة والكوفة بايعوا لفن الزبير وفي مصر أخذت له البيعة وكذلك في اليمن والجزيرة وخراسان يعني معظم الأمور أو معظم البلدان الإسلامي والأخطار دانك لعبد الله بن الزبير وفي دمشق أيضا كانت الأمور مضطربة وكانت ضحاك بن قيس متربدا أما في الأردن فقد وقف حسان بن مالك بن بحدة الكلبي وكان عاملا للمعاوية على فلسطين وقف يعني موقفا عظيما لمصلحة الأمويين ثم بعد ذلك استخلف روح بن زنباع الجزامي على فلسطين وتحرك بقواته إلى الجابية والجابية بالقرب من دمشق دمشق هي العاصمة هي الأساس من قلاب وين صير فسيطرت على العاصمة العاصمة هي الأساس إذا أمنتهت سيطر على كل شيء ونحن أيها الأخوة رأينا قبل ذلك نجده بن عامر الحنفي يقاتل إلى جانب عبد الله بن مبير رضي الله عنه ضد جيش يجيب المعاوية ثم ها هو نافع بن الأزرق وعبد الله بن عباد وعبد الله بن صفار وجماعتهم من الخوارج وقفوا مع عبد الله بن الزبير فلما استتب له الأمر في الكثير من الأمصار الإسلامية قالوا نحن وقفنا معه ولم نسأله عن رأيه في عثمان بن عفا في قلوبهم مرض لا حول أرق وتل لا بالله هؤلاء الخبثاء عندهم عثمان ذو النورين أمير المؤمنين رضي الله عنه عندهم لا شيء فما بالكم بباقي المسلمين طبعا عبد الله بن الزبير على الصحابة الجليل أجابهم عن أثمان رضي الله عنه وتكلم عنه بكل خير فلما سمعوا منه ذلك قرروا أن يتركوه وتفرقوا ذهبوا في كل ناحية فرقوا في الأمصار الإسلامية نافع بن الأزرق الحنفي البكري وعبد الله بن صفار وعبد الله بن إباب وحمضله بن بيهس والزبير وعبد الله وعبيد الله بن الماحوز الزبير وأخويح عبد الله وعبيد الله بن الماحوز كل اللي ذكرناهم هؤلاء نافع قلنا حنفي بكر نافع بن أزرق أما عبدالله بن صفار وعبدالله بن عبار وزبير عبدالله بن الماحوز هؤلاء من دعماء الخوارج ومعهم أيضا من حنظلة بن بيهس من بني تميم هؤلاء ذهبوا إلى البصرة معهم نافعين كل هؤلاء الخوارج الذكرناهم ذهبوا إلى البصرة وهم يرون رأي أبي بلال مرداس بن عديه التميم وأما أبو طالوت مطر بن عقبة بن زيد بن الثند البكري وأبو فديك عبد الله بن ثور البكري وعطية بن الأسود ليشفري البكري فإنهم ذهبوا إلى اليمامة بلاد بني حنيفة البكريين وفي اليمامة خرجوا على المسلمين بزعامة أبي طالوت ثم بعد ذلك تزعامهم نجدة بن عامر الحنري استغل الخوارج الذين وصلوا إلى البصرة من مكة انشغال الناس بالفتنة التي جرت البصرة بين بني تميم ومعهم القبائل القيثية وقبائل ربيع بن نزار ومعهم قبائل الأزدي اليمانية والتي نتج عنها مقتل مسعود بن عمر الأزدي قمر العراق كما قلنا وكذلك أيضا الخوارج الذين كانوا بستجن تكلمنا عنهم قلنا بأنهم كسروا أبواب السجن ولاذوا بالفرار ولما اصطرحت القبائل المتقاتلة التفتوا للخوارج القادمين من البصرة وتصدوا لهم بكل حزن حتى طردوهم من البصرة انتبهوا لهؤلاء الخوارج الذين أتوا من الحجاز إلى البصرة وتصدوا لهم بكل حزن وهزموهم حتى طردوهم من البصرة والتحق بعضهم بنافع بن الأزرق وظل بن صفار وابن عباد في البصرة لم يخرجها وبسبب الخروج مع نافع بن الأزرق من البصرة انظروا إلى هذه كالعادة طبعا يعني صفة المميزة الخوارج بسبب الخروج مع نافع بن الأزرق من البصرة كفر نافع من بقى من المسلمين ولم يخرج معه وخرج من البصرة فقام بتكثير من لم يخرج معه نحن قلنا ابن صفار وابن عباد بقيا في البصرة لم يخرجها فهو كفرهم وكتب بذلك كتابا إلى عبد الله بن صفار وعبد الله بن عباد فلما عرف هذا والله يفعل هذا ما ذكره المؤرخون لا نأتي بشيء من عندهم قالوا فلما عرف عبد الله بن عباد ما جاء في هذا الكتاب قال لا يحل لنا إلا دماءهم أما أموالهم فهي علينا حرام هذا يعني المعتدل منه الأموال حرام والدماء حلام أي الخبيث وش ينفع المال إذا زهل قتل أرح فلما سمع مقالته الخبيث الآخر عبد الله بن صفار عبد الله بن صفار ماذا قال لما سمع بهذه المقالة مقالة عبد الله بن عباد وما وصلهم من نافع بن العزرق قال له بري الله منك فقد قصرت وبرئ الله من ابن الأزرق فقد غلى بري الله منكما جميعا فقال له ابن عباد فبرئ الله منك ومنه كفر الخبثاء والأخوة كفر هؤلاء الخبثاء بعضا بعضا هذا ديدنهم منذ أن جاءوا ببدعهم وضلالاتهم أيها الأخوة القرن للهجر الأول وإلى يومناها كثرة بعد ذلك أتباع نافع بن أزرق من الخوارج أهل الضلالة فسار بهم في سنة 65 لقتال المسلمين في البصرة وأرسل له أمير البصرة عبد الله بن حارث بن نوفل مسلم بن عبيس بن كريز العبشمي القرشي بجيش من أهل البصرة لقتاله والتقوا في مكان اسمه دولاب هذا المكان بالأهواز وقتل الخبيث نافع بن أزرق في هذا اللقاء وقتل كذلك نسلم بن عبيس العبشمي قائد جيش البصرة ثم قتل عبد الله بن الماحوز الذي تولى قيادتهم بعد بن أزرق ودارت الهزيمة على جيش البصرة فانسحبوا بعد أن قاتلوا قتالا كبيرا وهذه هي معركة دولاب يعني القتال قتل فقد الخوارج الكثيرين لكن قتل منهم أيضا هذه الأخبار أيها الأخوة لما وصلت إلى عبد الله بن زبير رضي الله عنه بعث بالحارس عن عبد الله لأنه أبي ربيع عبد المغير المخزومي القرشي أميرا على البصرة هذا يلقب بالقباع والقباع تعني الكبير قباع هو المكيال الكبير كان يتجول بستوق رأهم يكيلون بمكيال فقال مكيالكم هذا قباع يعني كبير فلقب بالقباع فلما وصلها قام بعزل أميرها عبد الله بن حارف بن نوفل واستعدوا لقتال الخوارج وفي أثناء ذلك جاء المهلب من أبي صفرة الأزدي إلى البصرة في طريقه إلى خراسان أميرا عليها من قبل بن الضبير فطلب منه أهل البصرة بمشورة من الأحنف بن قيس رضي الله عنه وألحوا في أن يتولى قتال الخوارج فقبل بعد إلحاح واشترط عليهم قائد أسكري كبير اشترط عليهم أمورا أجابوه عليها ثم بعد ذلك حدثت المعركة بين المهلب والخوارج في مكان بالأحواز وكان ذلك في سنة ست وستين وكان القتال الخوارج دائما يكون رهيبا لما تتقاتل معه وأبل المهلب وجماعته من الأزبلاء الحسنا وطبروا لقتال الخوارج الذين كانوا يقاتلون ببسالة كبيرة وقتلوا زعيمهم قبيد الله بن الماحوز الذي تولى قيادة بعد مقتل نافع بن أزرق كما قلنا في معركة دولاب ثم هو تولى بعد مقتل نافع ثم أخيه عبد الله بن الماحوز هذا يعني عبيد الله بن الماحوز قتل أيها الأخوة وأكثروا فيهم القتل في الخوارج فقدوا كثير يعني وفر من دقي من هؤلاء الخبثاء إلى أصفهان وكرم هذا عن الأوضاع يمكن في العراق لكن ماذا عن الأوضاع في الشام أوضاع في الشام أيها الأخوة كذلك يعني لا تسر أحدا أبدا ضحاك بن قيس الفهري لما رأى أن وضع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في صعود وكان الضحاك في دمشق حاصمة الموين أراد أن يبايع له فخطب يوما في الجامع ولم يذكر يزيد بن معاوية بخير ونال منه فقام له رجل من قبيلة بني كلب وضرهم أخوال يزيد بن معاوية وضرب الضحاك بعصر فثار الناس بلا سيوفهم وحدث بينهم قتال بالسوف انظروا نحن إلى هذه اللحظة نحن في القرن الهجر الخامس عشر مع ذلك ما نحدث حتى لو ارتفع صوت ناس في المسجد ولا بالجامع نستنكر ذلك فما بالكم في القرن الهجر الأول قتال بالسوف يهلخوا كلها بسبب الفتنة كل هذه الأمور حدثت بسبب الفتنة لأن المسلمين لم يعني يتفقوا على ولي أمر لم يتفقوا على ولي أمر يجمعهم أيها هذا هو السبب في كل مكان نجد الفتن ونجد الفوضى ثاروا إلى السيوف وحدث بينهم قتال ولكنهم بعد ذلك احتووا الأمر وغادر الضحاك إلى منزله ثم بعد ذلك اتفق الضحاك بن قيس تهري مع وجوه بني أمية على أن يذهب معهم إلى الجابية عند حسان بن مالك بن بحد الكلبي ليبايعوا رجلا بني أمية يتفقون عليه وكان حسان بن مالك معه طبعا قبيلة قوية ومعه القبائل اليمانية وكان يريد أن يبايع لخالد بن يزيد بن معاوية لأن جدته جدة خالد بن يزيد هي ميسون بن تبحد وهي عمت حسان بن مالك بن بحد وفي طريقهم إلى حسان بن مالك اعترض طريقهم ثور بن معن ابن يزيد بن الأحمس ابن حبيب السلمي وهذا ثور السلمي من قبيلة بني سلين القيسية المضرية وقال ثور بن معن الضحاك لقد دعوتنا لكي نبايع لابن الزبير فأجب وإنك الآن ذاهب إلى هذا العرابي ليستخلف ابن أختهي فقال له الضحاك وما الرأي عندك قال له الرأي أن نظهر ما كنا نشر فعاد الضحاك بن قيس بالجيش إلى دمشق ومعه القبائل القيسية ومن رأى رأيهم ودعا الضحاك إلى بيعة ابن الضبير عما بنوا أمية فإنهم ساروا إلى الجابية عند حسان بن مالك بن بحد الكلبي وكان من ضمن الذين ذهبوا مروان بن حكم وعمر بن سعيد بن العاص وخالد بن عزيد بن معاوية وأخوه عبد الله بن عزيد بن معاوية طبعا أيضا هذه الشام تكلمنا عنها في حمص النعمان بن بشير أنصاري رضي الله عنه أخذ البيعة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكذلك فعل زفر بن الحارف الكلابي بقنسرين وقنسرين مدينة بالقرب من حلب أخذ زفر البيعة لابن الزبير الكلابي هنا طبعا لما أقول الكلابي أنا نسبة لبني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصة بن معاوية بن بكر بن حوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر وبني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصة من بيوتات العرب وحوازن من القبائل القيسية القوية لما قل كلابي إذن غير الكلبي الكلبي كلب بن وبره نسبة لكلب بن وبره وقبيلة البضاعية الكبيرة أما الكلابي نسبة كما قلنا لبني كلاب بن ربيع بن عامر بن صعصة في فلسطين أيضا فلسطين من بلاد الشام في فلسطين ثار ناتل بن قيس بن زيد بن حيان الجذام سيد جذام بالشام قلنا ثار على بن عمه روح بن زنباع الجذام الذي استخلفه حسان بن مالك قبل ذهابه إلى جابية وبايع ناتل بن قيس بن الزبير وجذام يهلخوا قبيلة طحطانية يمانية وكان ناتل بن قيس ينقم على روح بن زنباع لأن روح بن زنباع أيها الإخوة ارتكب غلطة فادحة روح بن زنباع كان شابا أراد أن يتقرب من الأمويين بأن دعا ودعواه بالطلع باطلة دعا بأن جذام هو ابن أسده ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر وأسده ابن مدركة وأخ لكنان ابن مدركة جد قريش فرد عليه الشيخ الجذامي ما نعرف هذا النسب شيخ الجذامي ما قدر كيف يجعل جذامي قبيلة قحطانية يدخلها في كنانة القبيلة المضرية فشيخ الجذامي هذا قال له ما نعرف هذا النسب نحن بن قحطان ولم تكن طبعا قوة الأمويين بنفس قوة الضحاك بن قيس ومن معه وهذا فت في عضد مروان بن حكم كبير أمويين في ذلك الوقت فعزم على الذهاب إلى ابن الزبير ليبايعه وليأخذ منه أمانا للأمويين وسار حتى وصل إلى أذرعات وأذرعات يقال بأنها ليست ببعيدة عن دمشق وهناك التقى به عبيد الله بن الزياد انظروا أيها الأخوة كيف تحدث مواقف الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يقدر المقابير ولكن لها أسباب ضمن الأسباب هكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن طبعا تستمر الخلافة في بني أمية وهو ذهب لكي يبايع يعني لعبد الله بن الزبير أيها الأخوة يخضع له ولكن التقاه في الطريق عبيد الله بن الزياد عبيد الله بن الزياد من مصلحته أن يستمر الحكم في بني أمية عبيد الله بن الزياد كما قلنا لكم كان قادما من العراق بعدما أصر جهوة أهلها وجتمع عبيد الله بن الزياد وعمر بن سعيد بن العاص وحسين بن نمير السكون هذا الذي كان يقود الجيش جيش يزيد الذي كان يرهاجم الكعبة مكة المكرمة وطبعاً اليمانية هؤلاء كلهم اجتمع عبيد الله بن الزياد وحسين بن نمير السكون وعمر بن سعيد واليمانية معهم اجتمعوا كلهم بمروان بن الحكم وقالوا له بأن خالد بن يزيد شاب صغير لا يستطيع أن يجابه بن السكون وأنت كبير قريش وسيدها حسنوا له وذينوا له الدعوة لنفسه فوافقهم وطبعاً بايعوه لما رضي بذلك بايعوه وزين له أمر بن سعيد بن العاص زين لمروان بن حكم قال له تزوج من أرملة يزيد بن معاوية أم خالد بن يزيد فتزوجها وهي أم هاشم بنت أبي هاشم ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد منافر قرشية اسمها فاختة وتكنى بأم هاشم وهي ابنة عمروان بن حكم أيضاً لأنها مبني عبد شمس وفي الجابية تفقوا على البيعة لمروان بن حكم ثم لخال بن يزيد من بعده ثم لعمر بن سعيد بن العاص من بعد خالد وأن يكون عمر بن سعيد أميراً على دمشق وخالد بن يزيد أميراً على حمس ثم قالت داهي عبيد الله بن زياد إلى مروان بن حكم أنا أذهب إلى الضحاك في دمشق وأخدعه وكانت بيحت مروان في الجابية في الثالث من القعدة من سنة أربع وستنة عبيد الله بن زياد ذهب إلى دمشق واستطاع أن يخدع الضحاك النقيس الفهري وحسن له الدعوة إلى نفسه وأن يخلع ابن الزبير فدع الضحاك ابن قيس الناس إلى مبايعته وإلى خلع ابن الزبير فاضطرب الأمر عليه تردد ثم بعد ذلك بثلاثة أيام عاد للدعوة لابن الزبير ولكنه سقط من أعين الناس تردد ما ينفع أيها الأخوة في الحكم أمور الحكم السياسة تردد والاضطراب ما ينفع إنما هو الحزم والحسم فسقط من أعين الناس الناس بسبب تخبطه سقط من أعينهم بسبب تخبطه والاضطرابه ثم واصل مكيدته عبيد الله بن الزياد حسن له أن يغادر دمشق ويخرج بجيشه إلى الصحراء فاستمع له الضحاك وخرج بقواته إلى مرج راهض ومرج راهض بغوطة دمشق وأصبح الوضع كالتالي الضحاك في المرج ومرج راهض وبن أمية في الجابية طبعا سار مروان بن حكم الذي عظم شأنه بقواته الكبيرة ليست طبعا بكبر من مع الضحاك النقيس ولكن سار بقواته القوية إلى مرج راهض لقتال الضحاك النقيس وكان مع مروان بن كلب بن غبرة بن كلب بن غبرة مع مروان بن الحكم وأقبلت عليه أيضا كنده قبيلة يمانية بفرعيها استكاسة والسكون وغسان قبيلة أيضا من الأزب يمانية هذه كلها قبائل يمانية قحطانية وفي دمشق ثار يزيد بن أبي النمس الغساني على الضحاك الغساني يماني ثار على الضحاك وسيطر على المدينة والآن الضحاك بن قيس خارج المدينة فثار عليه داخل المدينة في دمشق يزيد بن أبي النمس الغساني وأخذ البيعة للمروان وقامها من داخل المدينة بإمداد مروان بالرجال والمال والسلاح أما الضحاك فإنه طلب الإمدادات من النعمان بن بشير رضي الله عنه في حمص وزفر بن حالف الكلاب شيق النسرين وناتل بن قيس في فلسطين فأرسلوا إليه أيضا بالرجال إذن هذه فتنة عظيمة دارت موقع مرج راهب اشتعلت واستمرت لمدة عشرين يوما وكانت في أواخر بالقعدة من سنة أربع وستين وقيل بل في أواخر سنة أربع وستين نعم وليس في بالقعدة في ذي الحجة وقيل بل في المحرم من سنة خمس وستين واستمرت كما قلنا لمدة عشرين يوما ثم حلت الحزيمة بجيش الضحاك بن قيس الفهري وقال مروان لا تتبعوا مدبرا وقتل في هذه المعركة الضحاك بن قيس وجاءوا برأسه إلى رمضان بن حكم فاستاء من ذلك كثيرا وقتل من أهل الشام الكثير من رؤسائهم انظروا أيها الأخوة ما قال المؤرخون لما قتل من أهل الشام الكثير من زعماء الشام بكى مروان على قتل المرج وقال أبعد ما كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك لا شك هذه عظيمة أبعد ما كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك وقتل طبعا مع الضحاك ثمانون رجلا كما يقولون من أشرف أهل الشام وقتل من قبائل قيس مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها في موطن قبل كما قال ابن الأثير في الكامل ومن ضمن أيضا القتل قتل سيد بني نمير همام بن قبيصة ابن مسعود بن عمير النميري قتله وازع ابن ذؤالة الكلمي بعد هذه المعركة أيها الأخوة فرّت كل جماعة إلى بلده ولما بلغ النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو في حمص خبروا الهزيمة فرّ حاربا من المدينة ومعه امرأته وأولاده وأمواله أخذها معه لكن أهل حمص لحقوا به وقتلوه رضي الله عنه يعني قتل في هذه الحمصة وجاءوا برأسه أما زفر بن الحارف الكلاب فإنه نجى من المعركة وفرّ متوجها إلى قرقيسيا وتحصن بها وهي من ديار ربيعة على الجانب الشرقي من الفرات بين الحيرة وبلاد الشام وأما ناتل بن قيس الجذامي فإنه أيضا فرّ هاربا إلى ابن زبير رضي الله عنه في مكة إذن تفرّقوا كل ذهب إلى حيث يعتقد أنه معمن بعد مرج راهط أيها الإخوة بسط مرانب الحكم سيطرته على الشام ثم دانت له مصر وفي مرج راهط يقول زفر بن الحارف الكلاب أريني سلاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تمادية وهذه قصيدة جميلة وطويلة ومؤثرة لكن لا بأس بهذه الأبيات يقول أريني سلاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تمادية فقد ينبت المرعى على بمن اثرى له ورق من تحته الشر بادية وتمضي ولا يبقى على الأرض دمنة وتبقى حزازات النفوس كما هي فلا صلح حتى تشحط الخيل بالقناة وتثأر من نسوان كلب نسائية فلما قال هذه القصيدة أجابه جواس بن قعطل ابن سويد ابن حارس الكلبي جواس ابن قعطل ابن سويد ابن حارس الكلبي قال له لعمري لقد أبقت وقيعة راهط على زفر مر من الداء باقية تبكي على قتلى سليم وعامر وذبيان معذورا وتبكي البواكية وفيها أبيات ولكن لا بأس بهذه نبيتي يعني تصاعد كثيرة أيضا قال عمر بن الجلي الكلبي يفخر بانتصارهم على زفر في مرج راهط على القيسية قال بكى زفر القيسي من هلك قومه بعبرة عين ما يجف سجومها يبكي على قتلى أصيبت براهط تجاوبها هام القصار وبومها أبحنا حما للحي قيس براهط وولت شلالا واستبيح حريمها يبكيهم حران تجري دموعه تردي نزارا أن تأوب حلومها ومتكمدا أو عش ذليلا مهضما بحسرة نفس لا تنام همومها وجزاكم الله خير على قبركم وعلى حسن استماعكم وإن شاء الله تعالى في اللقاء الثامن يكون نكمل الكلام عن هذه الأحداث مبارك الله بسم الله سوف نتكلم بإذن الله عن نواصل كلام التاريخ السياسي للدولة الأموية هذا هو الدرس الثامن ونريد أيها الأخوة قبل الكلام في هذا اللقاء أن أذكركم بما تكلمنا عنه في اللقاء السابق اللقاء الماضي أيها الأخوة لعلكم تذكرون اضطراب الأوضاع في البلاد الإسلامية بعد مقتل أو بعد وفاة يزيد النمعاوية واضطراب الأوضاع فتأثر الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير بالكثير من الإمارات أو الولايات الإسلامية دخلت أو بايعت له ولكن بقيت الشام أيها الأخوة وقلنا بسبب اضطراب الأوضاع في الولايات الإسلامية رأينا ما حدث من فتنة قبلية بين القيسية أو المضرية في خراسان يقودهم عبدالله بن خازم السلمي وبين قباء الربيعة وما حدث من قتل وفوضى واضطراب إلى أن دان الأمر إلى عبدالله بن خازم السلمي في خراسان ولكن أيضا طبعا هو بايع ابن الزبير عبدالله بن خازم ثم رأينا ما حدث بعد وفاة يزيد في العراق لما اضطربت الأمور أيها الأخوة في البصرة على عبيد الله بن الدياد وحدوث للفتنة القبلية الرهيبة بين بني تميم وبين قبائل الأزد وبكر بن وائل وثم بعد ذلك يعني حدث الصلح بينهم بسبب حكمة وحلم الأحنف بن قيس التميمي ورأينا الخوارج كيف خرجوا ثم حدثت بعد أن غادروا عبدالله بن الزبير لما سألوه عن رأيه في النورين عثمان بن عفان ولما قال لهم يعني ما قال إلا خيرا كما تعرفون غادروه وذهبوا إلى العراق وفي العراق اتحدت عليهم القبائل فطردوهم ثم حدثت معركة دولاب كما تكلمنا وأما أخطر هذه الأحداث التي حدثت أيها الأخوة في أثناء اضطراب الأوضاع في الدولة الإسلامية هو ما حدث في بلاد الشام في بلاد الشام يعني قلنا بأن الكثير من الأمراء بايعوا لعبدالله بن الزبير ولكن موقف القبائل الكلبية الاعتبار أنهم أخوال ليزيد بن معاوية وقوفهم في صف الأمويين كان له أبلغ الأثر في قلب الكسة في الشام وعندما تسيطر على الشام وتحديدا دمشق يعني تكاد تكون هذه يعني بداية أو تكون يعني بداية لل انطلاق الجديد لتوحيد العالم الإسلامي أو لقوة الدولة الأموية وقلنا لكي تسيطر على الشام كان يعني السمن غاليا عندما حدثت موقعة مرج راهق وفي هذه الموقعة قتل الضحاة ابن قيس الفهري الذي كان يعني نائبا لمعاوية ابن أبي السفاد رضي الله عنه معه لكنه لما أراد أن يبايح ابن زبير لم يرضى جيش الشام أو أهل الشام بذلك كان ولائهم كما تعرفون للأمويين ودارت معركة مرج راهق رهيبة وقتل الضحاة ابن قيس وقتل الكثير من وجوه أهل الشام ممن شاركوا معه والمقتلة كانت في القيسية قبائل قيس ابن عيلان ابن مضر كانت المقتلة فيهم كبيرة كما تعرفون وحتى أمير حمص صحابي الجليل نعمان ابن بشير الأنصاري يعني قتل في هذه الفتنة لما خرج من حمص تبعه أهل حمص وقتلوه لأنه كان قد بايع لعبد الله ابن الزبي ونحن أيها الأخوة نريد أن نتكلم طبعا بعد أن بايعوا لمروان بن الحكم ومروان بن الحكم أيها الأخوة بذلك يكون هو الخليفة الأموي الرابع رابع الخلفاء الأمويين وأيضا في بداية حياته طبعا هو بويع له بعد أن انتصر في موقعة مرج راهب والآن أيضا نريد أن نتكلم عن أحداث مهمة من أحداث التاريخ السياسي للدولة الأموية وهي حركة شيعة في الكوفة ما هي حركة شيعة في الكوفة أيها الأخوة رأى بعض كبار الشيعة من الذين خذلوا الحسين بن علي رضي الله عنهما خذلوه لأنهم دعوه للقدوم عليهم كما تعرفون في الأحداث التي تكلمنا عنها فلما قدم عليهم خذلوه لم يقاتلوا معه هؤلاء الآن يعني أراد هؤلاء أن يكفروا عما فعلوه من توريط للحسين رضي الله عنه وكان المتزعم لهذا الأمر خمسة رجال كان على رأسهم الصحابي الجليل سليمان بن سرد بن أبي الجون الحزاعي وهو من سادة قبيلة حزاعة وكان من أنصار الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك كان من زعمائهم هؤلاء الخمسة قلنا سليمان بن سرد رضي الله عنه وكذلك كان المسيب ابن نجبة ابن ربيع ابن رياح ابن غوث ابن هلال ابن الشمخ ابن فزار ابن ذبيان من قبيلة فزارة الغطفانية وثالثهم هو عبد الله ابن سعد ابن نفيل الأزدي وعبد الله ابن وال التيمي من بني تيم ابن ثعلبة من بكر ابن وائل ورفاع ابن شداد البجلي من قبيلة بجيلة فهؤلاء لما هلك يزيد ابن معاوية في ربيع الأول من سنة أربع وستين قوى عزمهم على تنفيذ ما كان يراودهم من ثورة وانتق فاجتمعوا في منزل سليمان بن سرد في الكوفة وفي هذا الاجتماع تفقوا على تنصيب سليمان بن سرد زعيما عليهم وكان عمره رضي الله عنه اثنان وتسعون عاما نعم نعم وتسعون عاما واتفقوا على الخروج للثأر قتلت حسين رضي الله عنه وكتبوا إلى أنصارهم ومن يرى رأيهم وحددوا موعد ومكان التجمع حددوا موعد ومكان التجمع فالموعد هو غرة ربيع الآخر من سنة خمس وستين وما كان التجمع هو النخيلة والنخيلة موضع يعني بالقرب من الكوفة أو يعني قريب جدا من الكوفة بعد وفاة يزيد بن معاوية كان عبيد الله بن زياد كما قلنا هو والي العراق وكان في البصرة وكان عمر بن فريس بن عمر بن عثمان بن عبد الله المخزومي هو نائبه على الكوفة وفي أثناء الفوضى التي عمت الأقطار الإسلامية فار الناس بعمر بن فريس وأخرجوه من قصره وولوا عليهم عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي من بني جمح قرشيين بني جمح من قريش الأباطح يلقبونه بدحروجة الجعل يعني ما العرب ترى ما يترك كل معايير من أول تعال نجد الحين ما كل واحد لا معيار ما بحروجة الجعل وذلك لأنه قصير جدا شديد وقصر وقام عامر بن مسعود بأخذ البيعة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ثم بعد ذلك طبعا أرسل عبد الله بن الزبير أرسل عبد الله بن يزيد بن زيد بن حسين بن عمر بن حارث بن خطمه الأوسي الأنصاري من بني خطمه من الأوس أرسله أميرا على الكوف وأرسل معه إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله تيمي القرشي مسؤولا عن الخراج هذا أمير يدير الأمور السياسية وهذا يدير الأمور المالية فوصل الكوف في رمضان من سنة أربع وست وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي يعرف بالكذاب وهو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمر بن عمير الثقفي أبوه الصحابي الجليل أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قتل في معركة الجسر التي جرت في السنة الثالثة عشرة من الحجرة جرت ضد الفرس كما تعرفون والثقفي طبعا نسبة إلى قبيلة الثقيف القوية وهي من القبائل القيسية المضرية وثقيف هو قسي بن منبه بن بكر بن حرازد نعم نقول كان المختار بن أبي عبيد الثقفي قد قدم إلى الكوفة في النص من رمضان قبل وصول عبد الله بن يزيد الخطمي بثمانية أيام وكان المختار خطيبا بليغا شجاعا ولما وصل قال للشيعة لقد جئتكم من قبل المهدي من هو المهدي هذه المرة هو محمد بن الحنفية لقد جئتكم من قبل المهدي مؤتمنا مأمونا منتجبا ووزيرا كلام عظيم هم صدقوه الشيعة يبون بسي واحد يعني يتفون وراه في ذلك وكانت الشيعة في ذلك الوقت تقف وراه سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله عنه ولكن دعوة المختار لهم جعلت طائفة منهم تتبعه وتطيعه وكان المختار يخذل الشيعة عن ابن سرد على اعتبار انه كان كبيرا في السن عمره في ذلك الوقت كما قلنا قد تجاوز تسعين عاما وليس له دراية في امور الحرب والقتال وانه اذا خرج فسيقتل ويقتل من يذهب معه فأخذ يخذلهم ولما شاع امر الشيعة وحركتهم في الكوفة اخبروا عبدالله ابن يزيد الانصاني الوالي من قبل ابن سبير بذلك وطلبوا منه ان يتصدى لجماعة ابن سرد واتباع المختار قبل ان يستفحل امرهم فلكنه لم يتصدى لهم وقال لم يبدر بعد منهم اي امر يستدعي التصدي لهم والقضاء عليهم ما شفنا منهم اي شيء وان دعوتهم وجهة لقتال من قتل الفصير رضي الله عنه ونحن لسنا من قتلته هذا الموقف من عبدالله ابن يزيد الانصاري جعل اتباع سليمان ابن سرد يجاهرون بدعوتهم ويظهرون ما كانوا يبطنون ويستعدون للقتال نعم وكان المختار ابي عبيد الثقفي قد بايع مسلم بالعقيل ابن ابي طالب لما قدم الكوفة في اواخر السنة الستين لما تكلمنا قبل ذلك وبعد مقتل مسلم بالعقيل في الاحداث التي تعرفون امر عبيد الله ابن زياد بحبس المختار وضربه بقضيب على وجهه فشتر عينه شتر باللغة يعني لما قول شتره اي شق جفنه شقا قبيحا كما يقول في اللغة ثم القاه في السجن ثم ان المختار طلب من زائدة ابن قدام ابن مسعود الثقفي المختار ثقفي وزائدة ابن قدام ثقفي طلب منه هذا ابن عم طلب منه ان يذهب الى عبد الله ابن عمر وكان ابن عمر متزوجا من صفية ابن ابي عبيد اخت المختار قال له اذهب له واطلب منه ان يكتب ليزيد ابن معاوية في الشام ليأمر عبيد الله ابن زياد ليطلقه من حبسه ففعل زايد بن قدامة ما طلب منه ابن عمه المختار وجاء كتاب يزيد إلى عبيد الله بن زياد باطلاق المختار من حبسه فاطلقه ابن زياد وامهله ثلاثة ايام وان لا سيقتله ان لم يغادر الكوفة ثم ان المختار بعد ان غادر الكوفة سار الى مكة المكرمة وفي مكة قام بمبايعة عبد الله بن الزبير وقاتل معه ضد الحصيد ابن نمير السكوني قائد جيش يزيد بن معاوية لما جاء الى مكة من المدينة بعد هزيمتهم لأهل المدينة كما سبق وتكلمنا هزمهم طبعا في موقعات الحرة وقاتل المختار قتالا عظيما وبقى المختار في مكة حتى هلاك يزيد بن معاوية بخمسة اشهر ظل بها بعد هلاك يزيد وفاة يزيد لمدة خمسة اشهر في مكة ويعني ما يقارب خمسة اشهر اياما كما قال الامام الطبع المختار ايها الاخوة طبعا لما خرج سليمان بن سرد في جيشه لقتال جيش الشام المختار بقى في الكورة بقى في الكورة لم يخل استراب في امره عمر بن سعدة ابي وقص وشبث بن ربعي بن حسين الرياح التميمي ويزيد بن الحارث بن رويم الشيباني وقالوا لعبد الله بن يزيد الانصاري ان بن سرد خرج لقتال عدوكم وان المختار يريد ان يثب عليكم في الكوفة وبالفعل تجاب لتحذيرهم والقوا الخبض عليه وسجنوا سجنوا المختار سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله عنه خرج حسب طبقا للموعد الى النخيلة هو قد ضارب لهم موعدا في غرة ربيع الاخر من سنة 65 كما قلنا والمكان هو النخيلة فخرج الى النخيلة وكان عدد الذين عاهدوه على الاخر بثأر الحسين بن علي رضي الله عنه وسجلوا اسماءهم معه قرابة 16 الف ولكنه وكل عاد هذا شيء راح تلاحظون ما ينتهي ابدا ولكنه وجد في النخيلة ان من اتى للموعد لا تجاوزون الالفين فقط 16 الف يعني حدث فيهم يعني شيء رهيب وقع الفين فارسل اثنين من الفرسان الى الكوفة لطوفة في احيائها وطرقاتها وينادي يا لثارات الحسين طبعا حتى يفزعون الناس ففعل لاحق بهم الكثير من الناس ولكنهم مع ذلك لم يتجاوزوا عدد من في المؤسكر بمعنى ان مجمل من معه اصبح كم قرابة الاربعة وتخلف عنه كذلك من عاهده من شيعة البصرة وشيعة المدائن هؤلاء ما اتوا لما صار سليمان بن سرد من معسكره بن نخيلة تخلف عنه قرابة الالف من من كانوا معه في النخيلة هذا شأنهم دائما يهدون شأنهم صراخ وصياح وشعارات وحتافات وعندما يجد الجد فهم كالحلفاء في نار الحريق واصل سليمان بن سرد واصل طريقه الى قبر الحسين وعند القبر تأثروا تأثرا بالغا فاخذوا يبكون ويتضرعون ويصلون وبقوا هناك يوما وليلة كما يقول المؤرقون ثم تأحركوا للقاء أعدائهم وفي الطريق وصلهم كتاب عبد الله بن يزيد كتب عبد الله بن يزيد أمير كتب الى سليمان بن سرد ينصحه بألا يقاتل لأن جمعهم قليل بالنسبة لجيش الشام وعليهم ان يعودوا الى ديانهم الله بن يزيد هذا سياسي لماذا كتب لابن سرد ذلك قال لهم ذلك لأنه يريد ان يتقوى بهم على قتال جيش الشام وهم يعرفون ذلك فكتب له سليمان بن سرد رضي الله عنه يشكره على نصيحته فلما قرأ عبد الله بن يزيد كتاب سليمان بن سرد قال لقد استمات القوم وانهم سوف يقتلون ثم ان سليمان بن سرد ومن معه ثاروا حتى توقفوا عند اسوار قرقيسيا المتحصن بها كما قلنا زفر بن الحار في الكلابي وقرقيسيا في ديار ربيعة بين الحيرة والشام كما قلنا على الجانب الشرقي من نهر الحار لما توقفوا خارج الاسوار بعثوا الى زفر بن حارث المسيب بن نجبة الفزاري الذي يسميه زفر بفارس مضر حمراء واذا عد من اشراف مضر عشرة كان المسيب بن نجبة احدهم هذا الكلام يقوله زفر لابنه الهذيل ابن زفر لما سأله عن المسيب وبمناسبة الكلام عن زفر بن حارث الكلابي فزفر في اللغة عند العرب هو الرجل الحجع والرجل الكريم ايضا وزفر من اسماء الاسد وزفر ايضا هو الجمل الضخم اعتقد انها مسمينها على الجمل جمل الضخم رحب زفر ابن الحارث بجيش التوابين هذا الجيش سمونه جيش التوابين جيش سليمان بن سرد يريد ان يتوبوا يكثروا عما يعني صنعوه من خذلانهم للحسين رضي الله عنه طبعا رحب زفر ابن الحارث بجيش التوابين وزودهم بما اشتاجون من مؤونة حمطة وشعير واباعر للذبح واخبرهم بان جيشا قويا قد خرج من الشام للقائهم وقال لهم ان شئتم دخلتم مدينتنا وان شئتم خرجنا فأسكرنا معكم خارجها لنكون يدا واحدة على عدونا فقال له سليمان بن سرد ان قومنا من اهل الكوف عرضوا علينا المساعدة فلم نقبل قال لهم زفر فان كان الامر كذلك فعليكم بعين الوردة توجهوا اليها واجعلوا ظهوركم اليها حيث الماء بجواركم ونصحهم وهو القائد طبعا لمحنك كيف يكون القتال لانهم كلهم فرسان لا مشات معهم وجيش الشام الكبير به فرسان ومشات جيش هذا بن سرد فرسان والفرسان قتالهم يختلف عندما يواجههم جيشا به فرسان ومشات جيش اكثر منهم جيش الشام لا شك ان جيش الشام اكثر منهم اكثر منه به سار سليمان بن سرد ومن معه الى عين الوردة حسب طبقا لنصيحة زفر بن حارث وهي باتجاه الكوفة ولما وصلوها نزلوا في غربيها هذا جيش جيش بن سرد كما قلنا يسمونه جيش التوابين لانهم يريدون ان يتوبوا عما فعلوه بن حسين رضي الله عنه لما خذلوه بعد ان كتبوا اليه ببيعتهم استدعونه القدو من العراق لا اريد ان اتكلم في التفصيلات فهي كثيرة ولكني اقول انهم التقوا في ربيع الاخر وقيل جماد الاخرة من سنة 65 وكان القائد العام لجيش الشام المكون من عدة جيوش جيش الشام هذا مكون من عدة كتائب كان القائد العام لجيش الشام والذي خرج لقتال سليمان بن سرد رضي الله عنه هو عبيد الله بن زياد وكان قائد هذا الجيش الذي وصل لمواجهتهم نقول القائد العام عبيد الله بن زياد لكن هذا الجيش الذي وصل لمواجهتهم هو الحسين بن نمير السكوني الكني وقبل أن ينشر القتال دعاهم الحسين بن نمير إلى طاعة الخليفة الأموي والدخول في الجماعة فرد التوابون عليهم بأن سلموا لنا عبيد الله بن زياد نقتله ببعض من قتل من أخواننا وطلبوا منهم أيضا من ضمن طالبهم أن يخلعوا الخليفة الأموي طبعا جنونا وأن يطرد من ببلادهم من آل بن الزبير ثم يرد هذا الأمر إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت هذا مثل يعني الحلم خلد الكلام هذا يعني أن كل طرف متمسك بما جاء من أجله وأن القتال سينشب سريعا وسيكون رهيبا هذا استختال ما في شك هذا ما حدث بالفعل إذ أن المعركة دامية معركة عين الوردة قد نشبت بين الطرفين واستمر القتال لمدة ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث مالت الكفة لصالح جيش الشاب وهم الأكثر عددا وعدة وقتل سليمان بن صرد رضي الله عنه وكان عمره ثلاثة وتسعون عاما ثم قتل المسيب بن نجبة وكانوا قد قاتلوا قتالا شديدا وقتل عبد الله بن سعد بن نفير الأزدي وعبد الله بن وعل تيمين بني تيم فعل بكر بن وعل كما قلنا وخزنوا بعد أن استبسلوا في القتال ولما حل ليل اليوم الثالث انسحب من بقى من جيش التوابين كل ذهب إلى دياره المدائن والبصرة والكوفة يعني جاء قليل من المدائن والبصرة ما أدعوا كلهم كما قلنا لكن معظم الجيش من الكوفة ولما عاد أهل الكوفة وجدوا المختار مسجونة لما عادوا وجدوا المختار بن أبي عبيد مسجونة في رمضان من سنة 65 توفي مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد منافق رشي وهو من مواليد سنة ثلاث من الهجرة أمه آمنة بنت ألقم ابن صفان ابن أمية ابن محرث ابن خمل الكنانية بقى في الخلافة ثمانية أشهر وقيل ستة أشهر وقبيل وفاته أرسل بجيشين الأول توجه إلى المدينة بقيادة حبيش بن دلجة القيني نسبة إلى قبيلة القين وهي من قبائل قضاعة وإذا تذكروا من دروس الأنساب قلنا بأن القين نسبة إلى قين والقين هم بن النعمان بن جسر بن شيء اللات ابن أسد بن وضرة وهم من قبائل قضاعة نعمان بن جسر قام عبد لهم قين بحضانته وتربيته فنسبوا إليه وقلنا بأن هذا الأمر تكرر كثيرا في القبائل العربية العريقة إذ أنه عندما يموت الرجل تقوم عبدته مثلا أو عبده بتربية أبناء السيد والاعتناء بهم في ظل القبيلة ربيهم في ظل القبيلة ولذلك يعرفون به أو بها والعبيد في ذلك الوقت لهم مكانتهم في مجتمع القبيلة خاصة إذا كان سيدهم من رجال القبيلة البارزين كان العبد من سيد من رجال القبيلة البارزين فلها مكان كبير مكانتهم الحقيقة من سيد هذا عن الجيش الأول الذي أرسله مروان قبيل وفاته إلى المدينة وقلنا بأنه كان بقيادة حبيش بن دلجة القيني أما الجيش الثاني فكان بقيادة حبيد الله بن زياد وكان متوجها إلى العراق لقتال جيش سليذان بن صرد ومن معه لقتال جيش التوابين كما قلنا هو القائد العام للجيش أما الجيش الذي كان عليه حبيش بن دلجة فقد انكسر جيش حبيش بن دلجة انكسر قبل أن يقاتل لماذا؟ لأن حبيش بن دلجة أصيب بسهم غرب سهم غرب يعني طائش فقتل فانخذل الجيش قبل قتال جيش بن الزبيل القائد فإذا ضرب في المعركة هذه يعني كسيرة يعني تنهزم الروح القتالية ويعني ينهزم الجيش بوادر الحزيمة تظهر وكان في هذا الجيش الحجاج بن يوسف التقفي ولم يكن الحجاج في تلك الأيام شأن يذكر يعني كان من ظن جيش حبيش بن دلجة هكذا جندي عادي ولا له شأن يذكر وكانت وفاة مروان بن حكم أو غتياله على يد زوجته أم خالد بن عزيد بن معاوية كما جاء في إحدى الروايات كانت وفاته في الثالث من رمضان من سنة 65 وأم خالد بن عزيد كما قلنا هي فاختة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد منافل قرشية وكان مروان قد وعد ابنها خالد بن عزيد بالأمر من بعده ثم قرر مروان أن يجعل الأمر لابنه عبد الملك ثم من بعده لابنه عبد العزيز بن مروان وكان إذا دخل عليه المجلس خالد بن عزيد بن معاوية إذا دخل المجلس على مروان كان يجلسه معه على سرير الملك فلما دخل عليه يوما وأراد أن يجلس معه على السرير نهره مروان وقال له أمام من في المجلس تنحى يا ابن رطبة الأسد فلما دخل عليه يوما وأراد أن يجلس معه على السرير نهره مروان وقال له أمام من في المجلس تنحى يا ابن رطبة الأسد والله ما وجدت لك عقلا هانه ويهانه ذلك كيف يأتي ويجلس على السرير ثم يتلقاه بمثل هذا الكلام في المجلس أمام هذه الرجال وهذه القبائل والقادة والجيوش أصيب خالد بن عزيد طبعا بحرج شديد وخرج من المجلس يملأه الغضب وذهب إلى أمه الأبشمية رشية الجبارة ذهب إليها فقال لها ابنها قرت عينها خالد بن عزيد بن معاوية لقد فضحتيني وقصرت بي لقد فضحتيني وقصرت بي ونكست برأسي زحلان حزين قالت له بماذا فعلت كيف فضحت كيف قصرت بك كيف نكست برأسي ولدها قرت عينها قالت له بماذا قال لها بزواجك من هذا الرجل وقص عليها ما فعل به مروان في المجلس فقالت له فقالت له لا يسمع أحد بأنك جئتني ولا يعلم مروان بأنك قلت لي ما قلت ثم لما جاءها زوجها مروان وسألها عن ابنها خالد وهل قال لها ما صنعه به في المجلس قالت له المرأة كيد النسى رهيب قالت له لقد جاءني ولم يحدثني بشيء وأخذت تثني عليه وإنه بمثابة الوالد ولدها خالد فصدقها مروان وغلبته بكيدها ثم أنه أتاها يوما في وقت ظهيرة ليقيل عندها فلما ناما قامت ومعها جواليها وأغلقنا الأبواب ثم انقضت عليه هي وجواليها وخنقته بالوسادة ثم شقت جيبها وأمرت الجوالي فشققنا ركيد النسى طفعا جواليها أيضا أمرته فشققنا الجيوب وعلى الصياح بموت أمير المؤمنين نعم أبد الملك ابن مراني والأخوة أولد في سنة ستة وعشرين من الهجرة وهي نفس السنة التي أولد بها يزيد بن معاوية عبد الملك ابن مران أمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة ابن عبد العاص بن عمية بن عبد الشمس قال ابن الجوزي في تاريخه المسمى بالمنتظم في تاريخ الأمم والملوك إن عبد الملك كان فقيها ناسكا راوية للحديث شاعرا يلقبونه حمامة المسجد وقالوا بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل من نسأل بعدكم قال رضي الله عنه عبد الله بن عمر يقول إن لمروان ابنا فقيحا فسلوه وأروي عن نافع مولى بن عمر أنه قال أدركت المدينة وما بها شاب أنسك ولا أشد تشميرا ولا أكثر صلاة يقول أدركت المدينة وما بها شاب أنسك ولا أشد تشميرا ولا أكثر صلاة ولا أطلب للعلم من عبد الملك بن مروان وأيضا قال الإمام بن الجوزي في تاريخه فلما بوع له تغيرت أموره في باب الدين هذا كلام الإمام بن الجوزي يعني كلام قيل لكن نفسر لكم بعد ذلك نعم في سنة خمس وستين عزل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عبد الله بن عزيد الأنصاري عن الكوفة ونصب عليها الصحابي الجليل عبد الله بن مطيع العدوي القرشي رضي الله عنه ووصل عبد الله بن مطيع إلى الكوفة في رمضان من سنة خمس وستين إذا تذكرون عبد الله بن مطيع كان قائد القرشي من أهل المدينة ثم نور يوم الحرة وكان قد فر إلى مكة عند ابن الزبير بعد حزيمة أهل المدينة وعبد الله بن مطيع ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي عليه السلام التحنيك كما يقول ابن منظور في لسان العرب أما نقول حنكه التحنيك أن تنضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي داخل فنه هذا هو التحنيك في المدينة المنورة قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بعزل أخي عبيدها بن الزبير وجعل في مكانه أخاه مصعب بن الزبير أما عاد أهل الكوفة المهزومون من أصحاب ابن سرد في عين الوردة إلى الكوفة كان المختار بن أبي عبيد الثقفي في السجن فأخذ يراسلهم ويكاتبهم ويعاهدهم على الأخذ بثأر الحسين بن علي رضي الله عنه وكتبوا إليه إنهم سيكونون معه فيما يسعى إليه من الأخذ بثأر الحسين فكتب المختار إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يطلب منه أن يكتب إلى عبد الله بن عزيد وإبراهيم بن محمد بن طلح لكي يطلقاه فكتب إليهما فأطلقاه بعدما أخذ عليه وفلا يضمنونه فأحضره عبد الله بن عزيد وإبراهيم بن محمد وحلفاه أن لا يخرج عليهم فحلف لهم لما حلف لهم وأطلقه فذهب إلى داره في الكوفة فتوافد عليه في أخذوا احترى فدون عليه وقوي أمره ثم بعد ذلك عزل عبد الله بن زبير بن عوام رضي الله عنه عبد الله بن عزيد وجعل في مكانه عبد الله بن مطيع رضي الله عنه المختار أيها الأخوة أخذ يعمل بجد لجمع الشيئة كي يأخذ كما يقول بثأر الحسين رضي الله عنه واستطاع المختار أن يحتال على إبراهيم بن أشتر النخعي بأن زور كتابا على لسان محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن حنفية ماذا قال بالكتاب قال بأن المختار هو وزيره وأمينه ونجيه وأنه قد بعثه لقتال عدوه والأخذ بدماء أهل البيت فلما قرأوا ذلك على إبراهيم أشتر استجاب لهم ومعه قومه لما يدعو إليه المختار استجاب لهذه الدعوة فقوي بذلك شأنه مختار كثيرا وقبيلة أيها الأخوة النخع من قبائل مذحج قوية وقبائل مذحج والقبائل الكهلانية من القبائل السبائية القحطانية اتفق المختار ومن معه على الخروج ليلة الخميس الرابع عشر من ربيع الأول من سنة ستة وستين ووصلت أخبار المختار إلى ابن مضيع فأرسل رجاله وطلب من كل منهم أن يكف قومه على الفراب في الفتنة والخروج ولكن إبراهيم من الأشتر وكان شابا شجاعا مقداما خرج في كتيبة من جماعته متوجهين المختار وكان ذلك ليلة ثلاثاء قبل البوعد بليلتي وحدث بينه وبين إياس بن المضارب فإياس بن المضارب وهو هذا قادة ابن مضيع حدثت بينهم مواجهة فقام ابن الأشتر بقتل إياس بن المضارب وهذا الحادث عجل بالثورة واشتعلت الحرب في الكوفة استطيع أن نطلق عليها بمفهوم هذه الأيام الحرب الأهلية بين المسلمين في الكوفة الحرب طيب تقول اللي صارت في البصرة بين بني تميم وربيعة والأزن لا هذه حرب قبلية هذه حرب أهلية هذه حرب أهلية وجهتين نظر يعني مختلفتين أما هذه حرب قبلية هذه احنا نقدر نسميها بمفهومنا الحالي الآن بالحرب الأهلية حدثت بين المسلمين في الكورة هذه الحرب نقول حرب لأنه تخللتها عدة معارك المعركة تدوم يوم يومين ثلاثة خمسة الحرب لا تطول وتحدث بها عدة معارك ومواجهات فهذه حرب حدث وأريد طبعا أن أشير هنا إلى مسألة في غاية الأهمية وهي أنه في جميع هذه الحروب التي ذكرت لكم منذ أن اشتعلت فتنة القبرى يكون بين الطرفين ومتقاتلين رجال من قبائل شتى فتجد في هذا الطرف رجال من قبائل وفي الطرف الآخر رجال من نفس القبائل فيحدث أن يقع رجل من قبيلة ما في أيدي أبناء عمومته من نفس القبيلة أو من قبيلة بينها وبين قبيلته حلف في الجاهلية أو حلف في الإسلام تم في أهد الفتنة القبرى حدثت أحلاف فيقومون ماذا يعني إذا وقع بينه وبينهم حلف أو في يد رجال من قبيلته يقومون بإعطائه الأمان شريطة أن يغادر ميدان المعركة فيغادر وإن أبى أن يغادر يعني يكون مصيره القتل ولكن بعيد رجال من قبائل أخرى ما يقتلون ابن عموم أبدا يجعلون هذا مارضا أن يقبل بالأمان أو يغادر يعني يقتل بيد قبائل أخرى معهم إذن العصبية القبلية في الدولة الأموية كانت واضحة بأجل صورها وسوف أذكر لكم بعض الأمثلة على ذلك هناك طبعا عشرات الأمثلة ولكن لا بأس بما سوف أذكر لكم من ضمن ما سوف أذكر لكم يقولون كان عبد الله بن عزيز الكندي في جيش التواب الذي قاتل في عين الورد وكان معه مع عبد الله بن عزيز ابنه محمد محمد هذا غلام صغير لا يقوى على الغتاء صغير ولما دارت الدائرة على جيش التوابين ذهب ومعه ابنه إلى صفوف الشامين وقال يا أهل الشام هل فيكم أحد من قبيلة كندة فخرج إليه رجال من قبيلة كندة أكيد في جيش شام قبيلة كندة قبيلة يمانية فقال لهم كما قال الإمام الطبلي في تاريخه دونكم أخوكم يعني بذلك ابنه محمد فابعثوا به إلى قومكم بكوفة فأنا عبد الله بن عزيز الكندي فقالوا له أنت ابن عم ولك الأمان أمنوه فلكنه أبى إلا القتاء بكى قبض عن ابنه الصغير محمد واحتضن الأب ابنه وبكى الناس لبكاء الابن وناشدوا الأب أن يستجيب لمناشدة ابنه ورقوا عليه وأشفقوا يعني منظر يقطع يعني كما يقولون نياط القلوب ثم أنه ابتعد عن الصف الذي به جنود كندم جيش شام وذهب إلى صف آخر فيه قبائل أخرى فقاتل حتى قتاء هذا مثل وأيضا في الحرب الأهلية التي أشعلها المختار في الكوفة كان حسان بن فائد ابن بكير العبسي وهو من رجال ابن الطيع قد تواجه مع قوات لإبراهيم بن الأشتر وكان من ضمن قادة ابن الأشتر خزيمة ابن نصر العبسي وفي هذه المواجهة دارت الدائرة على رجال ابن الطيع وانهزم رجال حسان بن فائد فتأخر وراءهم يدافع عن المنهزمين من رجاله حتى أحاط به رجال ابن الأشتر وقاتلوه فناداه ابن عمه خزيمة بن نصر وأعطاه الأمان ونزل وبسط حمايته عليه من الناس ولما مر به إبراهيم بن أشتر قال له خزيمة هذا بن عمي ولقد أعطيته الأمان قال له أحسنت ثم أنه خزيمة أعطى حسان فرسا وقال له الحق بأهلك هذه شوف كيف العمية القبلية وكيف يعني هذه الدولة الأموية دولة قبلية دولة عصبيات ولذلك ما كنت أستطيع أن أتكلم عن تاريخها إلا إذا أصدرت يعني سلسلة العرب حسب ونحسب حتى تعرفون أنا لما يعني ليس القصد ذكر القبائل العربية وهكذا لكن ما نستطيع أن نفهم تاريخ الدولة كلموية إلا إذا فهمنا القبائل العربية وتقسيماتها وأفخاذها وبطونها وأفرحها وحسبها ونسبها وقيمها وكما نسميها سلومها كلها أثرت وكلها لعبت يعني دورا كبيرا هذه المسائل في تاريخ الدولة الأموية ولذلك كان لابد لي من إعداد الحقيقة سلسلة العرب حسب ونسب حتى يعني نهيئ للكلام عن تاريخ الدولة الأموية العظيمة وربما طبعا كما قلنا في دروس العرب حسب ونسب إذا أتيحت إن شاء الله لنا الفرصة أن نتكلم بعد ذلك عن الجوانب السياسية من دعوة شيخ محمد بن أبلوحاب وأيضا كان القبائل طبعا للأسر الحضرية الكبيرة كان لها الدور الكبير في صنح هذا التالي فلذلك يعني أعداد هذه السلسلة الدولة الأموية تشاهدون نتكلم ما في قبيلة ذكرت إلا ولها طبعا أحد رجالها لعب دورا في ذلك نه وطبعا في أيضا في إحدى معارك فتنة المختار أيضا قلنا الحرب الألية هذه في إحدى معاركها لما وقع في أيدي شبث بن ربعي الرياح الثميمي وقع في يده جماعة من الأسرى من أصحاب المختار أرضوهم عليه فسأل شبث بن ربعي انظروا هذا مثل عبصار فسأل شبث بن ربعي أحدهم ينعنت فقال له أنا خليد مولى حسان بن محدوج الذهلي قال له أنا خليد مولى حسان بن محدوج الذهلي فأمر بقتله ولكن لما قدموا له سعر بن أبي سعر حنفي وعرف أنهم بني حنيف أطلقوا هو لم يأمر بقتله أطلق شبث بن ربعي التميم قبلها ولما قدموا له رجلا من الموالي وكان قد شاهد هذا المولى لكي شاهد ما صنع شبث بن مولى قال له لما سأله أنا من آل زياد بن خصفة وزياد بن خصفة من رجال بنيتين الله بن ثعلبة بن بكر بن وائل فقال له شبث بخن بخ بكرت الشريف المعروف وأطلقه العرب لا يقتلون الموالي والعبيت عندما يسرونه وقد شاهدنا ذلك لما تكلمنا عن واقعة كربلاء واقعة الطف التي قتل بها الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه رأينا أن عمر بن سعد بن أبي وقاص لم يقتل عقبة بن سمعان وكان مع الحسين وضوى الله عليه لأنه مولى ولكن شبث بن ربعي هنا قتل الموالي لأن المختار الداهية لماذا قتل شبث هنا بن ربعي لماذا هم لا يقتلوا الموالي لكن لماذا قتل الموالي شبث بن ربعي هنا التميم شبث بن ربعي قتلهم لأن المختار أدخل الموالي والعبيد في جيشه وفرض لهم مثل باقي العرب فقاتلوا ببسالة هؤلاء الموالي والعبيد قاتلوا ببسالة في صفه ولذلك كان العرب ينقمون عليهم لأنهم كانوا مواليهم وعبيدهم فكيف يقاتلون ضدهم وكان الموالي في الدولة الإسلامية يعتبرون من القبيلة التي دخلوا في ولائها نعم كيف تدخلوا وتقاتلني وهذا فكان يقتلهم شبث بسبب ذلك الحرب الأهلية التي قادها المختار بن أبي عبيد الثقافي انتهت بانتصاره في الكوفة وأرسل المختار لابن مطيع مبلغا من المال مائة ألف جرهم وطلب منه أن يغادر الكوفة وفعل خافض المطيع طبعا لما رأى انتصار المختار وحوة المختار أعطاه مائة ألف جرهم وقال توكل على الله فسحت لم يذهب ابن مطيع إلى مكة ونما توجه إلى البصر وذلك خجلا من عبد الله بن الزبير رضي الله بايع كبار أخي الكوفة المختار ولكن بيعت أهل الكوفة معروفة فهم قد بايعوه على مضب ذلك لأن يعني جرأ عليهم وواليهم وعبيدهم وأشركهم معهم في الفيئ هذه أول مرة تحصل وهذا شيء لا يحتملون أبدا ولذلك ما أسرع من قلب عليه واتفقوا على قتاله بسبب هذه الغلطة الكبيرة التي ارتكبها ودارت معركة أو لنقل الحرب الأهلية أخرى في حوار الكوفة وسكاكها وزقتها مهى معركة جبانة السبيع جبانة السبيع والجبانة هي أرض صحراوية وكما تعرفون الصحراء قريبة جدا من الكوفة منتصقة ببعض جوانبها وجبانة السبيع من أحياء الكوفة والسبيع من بطول قبيلة حاشد وحاشد هو حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن حمدان كما قلنا في دروس الحسب العرب حسب ونسا إذن السبيع هم بطن من بطون قبيلة همدان والسبيع هو السبيع بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد المختار بن أبي عبيد الفقفي سحق تمرد أشراف الكوفة ثم أخذ أتتبع قتلة الحسين قضوان الله عليه فتمكن رجاله من قتل الخبيث شامر بن ذي الجوشن وكان الخبيث شجاعا وكان قد ضحه الله من الذين يحرضون على قتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء وكذلك قتل خولي بن يزيد الأصبحي الذي حمل الرأس الطاهر الرأس الحسين بعدما قطعه الخبيث سنان بن أبي عمر بن عنس الخسعمي كما تكلمنا وقلنا قبل ذلك ولما أمر المختار بقتل خولي بن أزيد أمر بحرقه حتى صار رماد وقتل المختار كذلك عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد جيش عبيد الله بن سياد يوم الطف يوم كربلاء قطعه رأسه قطع رأسه أبو عمره كيسان مولى هريم قائد حرس المختار أشراف كوفة طبعا بعد هذه الحزيمة الكبيرة ويعني مقتل كثير من رؤسائهم وقادتهم ذهبوا إلى مصعب بن زبير في البصرة ذهبوا نعم طبعا بعد هذه المقتلة أشراف الكوفة ذهبوا إلى مصعب بن زبير في البصرة يؤلبونها على قتال المختار الكباب وفي الشام بعث الخليفة الأموي الخامس عبد الملك بن وران ابن الحكم بجيش إلى وادي القرى لقتال عبد الله بن زبير وكان قائد هذا الجيش الحارث عن الحكم من أبي العاص بن عمية فلما سمع المختار بهذه الأنباء كتب إلى عبد الله بن زبير بأنه قد بلغني أن عبد الملك أرسل جيشا لقتالك فإن أحببت أن أساعدك فإني سوف أرسل إليك جيشا قال له عبد الله بن زبير رضي الله عنه نعم أرسل لي بقوات لتساعد ما أحد يعني في هذه الظروف يرفض المساعدة ولكن ذكي بن زبير داهي ما يستطيع عليهم قال له نعم أرسل لي بالقوات التي ستساعدني ولكن دعهم يتوجهون إلى وادي القرى لقتال جيش الشام الذي أرسله عبد الملك المختار يبغض ابن الزبير المختار يبغض ابن الزبير نعم ولكن أراد أن يحيد ابن الزبير وأن يجعله يطمئن من جانبه فلا يرسل إليه بجيش من البصرة وكان المختار يتوقع أن يأتيه جيف عبد الملك ابن مروان من احسام من جهة الغرب بعث المختار بثلاثة آلاف رجل عليهم شرح بيل ابن ورس الحمداني وأمره بأن يسير إلى المدينة وليس إلى رادي القرى كما طلب ابن الزبير وكان المختار الكذاب قد عزم على الغدر بابن الزبير ولكن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يقضا حذرا متنبها لا أثق بالمختار فبعث بعباس بن سهل على رأس ألف رجل وأمره إذا ما تحققت له وتأكد من خيانة المختار وغدره فعليه أن يقاتل شرح بيل بن ورس وهذا ما حصل إذ أن ابن سهل لما وصل إلى ابن ورس وعرف أنه عازم على الغدر فاجأه وقتله وقتل من أصعابه مقتلة عظيمة في الكوفة وبعد أن فرغ المختار من قنع فورة أشرافها في معركة جبانة السبيع قام بإرسال ابراهيم بن أشتر النخعي لقتال ربيد الله بن زياد ومن معه من جند الشام وكان ذلك في ذي الحجة من سنة ست وستين والتقوا به بمكان اسمه خازع بالقرب من الموصل ليس ببعيد عنها ودارت معركة كبيرة رهيبة أبلى فيها ابراهيم أشتر بلاء كبيرا وقاتل كعادته قتالا شرسا وفي هذه المعركة الشرسة قتل عبيد الله بن زياد وقتل كذلك حسين بن المير السكوني قائد ميمان الجيش الشام وقتل شرح بيل بن ذي الكلاء قائد فرسان جيش الشام وقتل من جيش الشام الكثير من الرجال وكانت هذه المعركة في أوائل سنة سبع وستين أيضا في هذه السنة سنة سبع وستين أزل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه القباع والقباع هو الحارث بن عبد الله بن عبي ربيع المخزومي ونصب في مكانه على البصرة أخاه مصعد بن الزبير بن العوام ولما وفد أشراف أهل الكوفة المهزومين من المختار على مصحب في البصرة حرضوه على قتال المختار فأعد لذلك جيشا قويا كبيرا به أشراف الناس وقادتهم كان من ضمنه الأحنف بن قيس الدميمي ومالك المسمح البكري والمهلب بن عبي صفرها الأزدي ومحمد بن الأشعف الكندي قادت الناس وسادتهم في ذلك الوقت هذا جيش كبير جحزه مصحب ومصحب قاعد أسكري كبير وشجاع مصحب بن الزبير نعم وفي المذار المذار بلدة تبعد مسيرة أربعة أيام إلى الشمال عن البصرة تقع على نهر دجلة تارت المعركة بين جيش المختار الكذاب الذي يقوده أحمر نشميط الأحمسي البجلي أو الأحمسي البجلي وبين جيش مصحب القادم البصرة وكان القتال كعادته بين العرب المسلمين شديدا رهيبا دمويا وكانت النتيجة أن طبعا صحق جيش المختار سحقا ضمن جيش المختار وقتل قائده أحمر نشميط ثم واصل بعد ذلك هذا الجيش المنتصر زحفه على الكوفة مقر المختار في حروراء دارت معركة ثانية بين الطرفين وهي تكملة لما ابتدعوه في المذار وانهزم جيش المختار الكذاب أمام جيش مصعب بن تبير ومصعب كما تعرفون كما قلنا قائد ومقاتل وفارس لا يشق له غباء ولكنهم رغم انتصارهم على رجال المختار تجعوا بمقتل محمد بن أشعث بن غيس الكندي وهو من سادات العرب في الكوفة وكان مع مصعب ثم دخل بعد ذلك الجيش المنتصر إلى الكوفة وحاصروا كذاب كذاب ثقيث في قصره وقصر مختار مثل الحصن الكبير تعدى به إلى الحصار ودخل معه إلى قصر ثمانية آلاف من رجاله ولكنهم حاصروا في قصره إلى أن أجبروه على الخروج لقتالها كان قد طلب منهم أن يؤمنوه فعبوه إلا أن ينزل على حكمهم فأبى ويعرف نزل على حكمهم يقتلونه صبرا يصبرونه ما قبل أن ينزل على حكمهم وخرج إليهم ومعه فقط تسعة عشر رجلا من أتباعه وقاتلهم حتى قتل وأمر مصعب بأن تقطع يد المختار وتسمر بمسمار حديد إلى جانب المسجد بالكوفة ولكي نعرف أيها الأخوة قبل أن نختم الكلام نحن اقتربنا من نهاية هذا الدرس أطلنا عليكم نعم لكن قبل أن نختم لكي نعرف حقيقة هذا الكذاب الثقفي مختار بن أبي عبيد الذي قتل في رمضان من سنة سبع وستين لما قتل كان عمره سبع وستون عاما نورد لكم لكي تعرفوا حقيقة خروجه وحقيقة هذا المختار لماذا سموه الكذاب؟ نورد لكم ما أورده أو ما قاله الإمام الطبري في تاريخه قال طبري إن المختار لما ضيقوا عليه الحصار قال لهم أخرج إليكم إن أنتم أعطيتمون الأمان فقال له لا لا نعطيك تخرج إلينا على حكمنا فأبى ثم إنه خرج إليهم من القصر ليقاتل حتى يقتل ولا يقع في أيديهم وقال لمساعده ونائبه السائب ابن مالك الأشعري إنما أنا رجل انظروا هذه حقيقة المختار إنما أنا رجل من الحرب رأيت ابن الزبير انتزى على الحجاز فرأيت نجدة انتزى على اليمام نجدة ابن عامر حنف ومروان على الشام فلم أكن دون أحد من رجال العرب فأخذت هذه البلاء فكنت كأحدهم إلا أنني قد طلبت بثأر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذ نامت عنه العرب فقتلت من شرك في دمائهم وبالغت في ذلك إلى يوم حاد فقاتل عن حسبك إن لم تكن لك نية أخبار المختار أيها الأخوة الكذاب كثيرة وكبيرة ولكني أعرضت عنها أعرضت عنها هذه الأخبار الكثيرة وكبيرة أخشيت الإطلاق على كل حال أيها الأخوة نريد أن نتوقف هنا وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وصبركم بعد هذه يعني الأحداث الطويلة ونلتقي إن شاء الله في الدرس التاسع بارك الله فيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء طيب المبارك وهو اللقاء التاسع في الدرس التاسع من دروس تاريخ سياسي للدولة الموية وإذا تذكرون أيها الأخوة تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأحداث التي جرت في الدولة الموية كان قد تولى الخلافة مروان من حكم من أبي العاص من أمية خليفة الأموي الرابع ولم يبقى في الخلافة أو في الملك إلا ما يقارب بثة أشهر أو ثمانية أشهر ونحن نرجح بثة أشهر قيل بأنه قتل خنق في الوسادة عنقته وزوجته أم خالد بن عزيز لما أراد أن أو لما أهان بالفعل أهان ابنها خالد بن عزيز في مجلسه فذهب واشتكى إلى أمه فقالت له لا تخبر أحدا وقتلت مران بن عزيز لكن ما أحد يستطيع أن يثبت عليها ذلك لأنها كما يذكر بعض المورخين أنها اشتركت مع جواريها وبعد مقتله قمنا بالبكاء وبالنحيب والتعالى صراحه وتولى الخلافة من بعده عبد الملك من مران كما سوف نفصل في كلام عن سيرتي ومن أهم الأمور التي تكلمنا عنها أيها الأخوة أي حركة الشيعة تزعمهم صحابي الجليل سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه وكوّن ما يعرف بجيش التوابين جيش التوابين هذا سمي بهذا الاسم لأنهم أراجوا كما قلنا أن يكفروا عما فعلوه مع الحسين إبوان الله عليه إسماء الحسين بن علي رضي الله عنهما ما فعلوه مع الحسين عندما استدعوه للغدوم عليهم في العراق لكي يغايعوه ولكنهم تخلوا عنه وتركوه رضي الله عنه ثريسة لجيش عبيد الله بن زيان ولذلك أرادوا أن يكفروا ما حدث في معركة واقعة الطف كربلاء التي قتل بها الحسين ومن معه رضي الله عليه شكلوا جيش التوابين هذا الجيش توجه لقتال الأمويين والمطالبة بتأخذ الحسين طالبوا ب عبيد الله بن زياد وبمن قام بقتل حسين هذا ليس بمنطق جيش كان صغيرا في العدد والعدة قيافا في جيش الشام ودارة ودارة معركة عين الوردة كما تعلمون وقتل بها سليمان بن سرد رضي الله عنه ومن معه ثم بعد ذلك أيها الإخوة تكلمنا عن حركة المختار بن أبي عبيد الثقافي المختار بن أبي عبيد الثقافي خرج أيضا بحجة الأخذ بثأر للحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه لكن عندما طبعا هو في حركته هذه التي كبرت وأضم خطرها تطاع أن يتتبع قتلت الحسين فقتلهم قتل أبيد الله بن زياد وشامر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وكل من من الحقيقة ساهم في قتل الحسين ولكن حقيقة دعوة المختار الكذاب هو ثقافي الكذاب المختار حقيقة دعوته لما تكلم مع صاحبه بعد أن هزم الهزيمة الأخيرة كما تعرفون توقفنا عندها ماذا قال لصاحبه قال له لقد رأيت ابن الزبير أخذ الشام الحجاز ومران أخذ الشام مران بن حكم ونجدة بن عامر حنفي أخذ اليمامة فلست بدونهما من العرب كما يقول لكني رفعت شعار لم يرفعوا وهو المطالبة أبي ثأر الحسين ثأر آل البيت هذا لما هزم ولما هزموه طلبوا منه أن ينزل على حكمهم ولكنه رفض وخرج وقاتلهم حتى قد نعم جيش مصعب بن الزبير أسر من جيش المختار خاصة ممن كانوا معه محصورين في قصره أسر منهم الكثير أسر قرابة سبعة آلاف رجل وأراد مصعب بن الزبير أن يعفو عنهم بعدما استعطفوه وكان بجير بن عبد الله المسلي وهو من الرجال المختار قد قال لمصعب بن الزبير من عفى عفى الله عنه وزاده عزا ومن عاقب لم يأمن القصاص وقال قال له كلام كثير يستعطفوه حتى كاد مصعب أن يطلقهم من حجة هذا بجير بن عبد الله ولكن لما رق مصعب لهم ولان تصدى له عبد الرحمن بن محمد بن الأشحف بن قيس الكندي وقال لمصعب تخلي سبيلهم اخترنا او اختروا كذلك فعل كبار اهل الكوفة ممن وترهم المختار لهم ثارات عند المختار كثيرة في ثورته قتل كثير من دعماء اهل العراق وقام له ايضا محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الحمداني وقال وقال قتل ابي وخمسماء من همدان واشراف العشيرة واهل المصر اهل المصر يعني بذلك اهل الكوفة ثم تخلي سبيلهم اخترنا واخترهم وكذلك قام كل من له ثأر وقال مثل ما قال القوم فلما رأى مصعب ذلك امر بقتلهم تكاثر عليه واساءه وصادته لا يجوز انثعه عنه فلما رأى مصعب ذلك امر بقتلهم وفي ذلك كم يا أيها سبعة الاف سبعة الاف قالوا اسر قتلوا منهم ما يقارد ربما جميع وما فر البعض هذا لكن انظروا الى هذا البيت بيت الشعر الذي يقوله رقب الاسدي يقول قتلتم ستة الالاف صبرا مع العهد الموثق مكتفين يعطوهم عهد تنزلون على حكمنا أو يعطوهم العهد يعني فاستسلموا لهم مكتفين فقال قتلتم ستة الالاف صبرا مع العهد الموثق مكتفين نعم انظروا الى الفتن أيها الأخوة كم ذهب منذ ان قتل ذو النورين عثمان بن عثان رضي الله عنه خليفة راشد ثالث كم من المسلمين قتل أيها الأخوة لو أحصينا الحروب التي حدث حروب رهيبة مؤلمة كثير كلها بسبب فتنة الجرأ على الخليفة ولي أمر المسلمين ذلك فتنة فتح بابه أيها الأخوة هذا ما حدث على كل حال نقول يعني بعد أن قضى مصعب ابن الزبير على المختار الكذاب وأطفأ فتنته أرسل مصعب المهلب بن أبي صفر إلى الموصل ليكون أميرا عليها وعلى الجزيرة وأيضا على أذربيجان وأرمينيا وبقى في الكوفة مصعب لكنه أرسل المهلب انظروا يعني أمير العراق يسيطر على الجزيرة وعلى أذربيجان وأرمينيا والموصل يعني انظروا إلى عظمة الدولة الإسلامية في ذلك بقى مصعب في الكوفة ثم أرسل إلى إبراهيم ابن الأشتر نخعي يؤمن ويمنيه بالإمارة وهذا طبعا يتنافسون عليه إبراهيم ابن الأشتر نخعي قائد بطر شجاع أيضا عبد الملك بن مروان أرسل للأشتر يعطيه نفس الأمور الكويط وده لأنه فارس صنديد ومقاتل شجاع وقبيلته قوية ولكنه فضل إبراهيم أشتر ففضل أن يذهب إلى مصعب وخشي عبد الملك لأنه نكل في أهل الشام لما هزمهم وقتل عبيد الله في معركة خازر كما تفهم طبعا هو كان قائد من قادة المختار بن أبي عبيد الثقص ثم بعد ذلك قام عبد الله بن سبير بعز الأخاه مصعب عن بصرة وولى بدلا عنه ابنه حمزة بن عبد الله ولم يكن حمزة بن عبد الله بن سبير بكفاءة ولا برجاحة عقل عمه مصعب وكانت به حماقة جعلت أهل البصرة تضجون منه وكتب الأحنف بن قيس إلى عبد الله بن سبير يطلب منه أن يعزل حمزة ويعيد مصعب أميرا عليهم فطبعا عبد الله بن سبير أيضا سياسي ذكي فعمل بما طلب منه الأحنف لا يستطيع أن يستعدي عليه أهل العرب ويقال أيها الأخوة بأن مصعب بعد أن فرغ من القضاء على المختار بقى في الكوفة لمدة عام تقريبا وفي تلك الأثناء عزله أخوه عبد الله عن البصرة ونصب ابنه حمزة بن عبد الله ثم إن مصعبا وفد على أخيه في مكة فأعاده أميرا على البصرة في سنة ثمان وستين يعني هناك روايتان في ما حدث لمصر في سنة ثمان وستين من الهجرة أرسل مصعب بن سبير وهو أمير العراق وكان مقيما في البصرة أرسل الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيعة أميرا من قبله على الكوفة وأرسل إلى فارس أميرا عليها عمر بن عبيد الله بن معمر فقام الخوارج الذين فروا إلى كرنان وأصبحان بعد أن هزمهم المهلب في سنة ست وستين في الأهواز قاموا بقتال عمر بن عبيد الله بن معمر في الأهواز وكان زعيمهم هو الزبير بن الماحوز التميمي ولكن ابن معمر هزمهم وطاردهم فتجمعوا في نواحي أصبحان وكرمان ونظموا صفوفهم ثم عادوا يريدون البصرة ومروا بثارس فانتبه لهم ابن معمر ولاحقهم بقواته ووصلت أخبارهم إلى مصعب بن الزبير فاستعد لهم وخرج لملاقاتهم ونزل الحوارج بالأهواز في تلك النواحي في الأهواز أيها الأخوة ظهر إجرام وخبث الخوارج القتل السفاحين كلاب أهل النار قاموا بمهاجمة المسلمين في المدائن وقتلوا الرجال والنساء والأطفال وبقروا بطون الحوامل ثم إنهم بعد ذلك توجهوا إلى نواحي أصبحان ودارت بينهم وبين المسلمين معركة شرسة وكان على المسلمين التاب ابن ورقاء ابن الحارف ابن عمر التميم وتمكن من هزيمتهم وقتل زعيمهم الزبير ابن محوز فأمروا عليهم قطري ابن الفجاءة التميم الخوارج أيها الأخوة اشتد خطرهم على المسلمين فرأى مصعب ابن الزبير ضرورة أن يتصدى لهم رجل ذو حنكة ومقدرة عسكرية فلم يجد لهذا الأمر خيرا من القائد الشهيد المهلب ابن أبي صفرة الأزدي وكان المهلب أميرا على الموصل والجزيرة كما قلنا فاستدعاه لقتالهم وأتاه المهلب وقام بالأمر خير القيام واستمر يقاتل الخوارج لمدة ثمانية أشهر وفي مكان اسمه سولاف دار قتال شديد نعم أيها الأخوة في هذا التاريخ تاريخ الياتي للدولة الأموية أحداث مجتام تفاصيل كثيرة وأمور عديدة وأحداث ووقائع أعرضت عنها خشت الإطالة ولكني ذكرت لكم ما أعتقد بأنه ضروري عند دراستنا لهذا التاريخ إذن قاتلهم في سولاف المهلب بن أبي صفرة تصدى للخوارج هو من أشهر في قادة المسلمين الذين تصدوا للخوارج ولكي نرى الفرق بين أهل العراق وأهل الشام في تلك الفترة المتقدمة من التاريخ الإسلامي الفرق من ناحية التراء والغنى ومن ناحية الطاعة لولي الأمر أقول لكم إنه لما أراد العراقيون الغد لمصعب بن الزبير عند مواجهته الحاسمة مع عبد الملك بن مروان خليفة الأموي قال لهم قيس بن الهيثم بن قيس بن الصلت بن حبيب السلم وهو من رجال البصرة ومن أخلص أتباع مصعب بن الزبير قال لهم ويحكم لا تدخلوا أهل الشام عليكم فوالله لئن تطعموا بعيشكم ليصفين عليكم منازلكم والله لقد رأيت سيد أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله في حاجة ولقد رأيتنا في الصوائف الصوائف طبعا هي الجهاد في الصيف وأحدنا على ألف بعير وإن الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده خلفه لماذا أيها الأخوة العراق غني والشام ليس على نفس الدرجة من الغنى المسلمون لما أطاحوا بالامبراطورية الفارسية كان قضاؤهم عليها قضاء مبرم قضوا عليها قضاء مبرم فورثوا امبراطورية كبيرة أو بعبارة أدق ورثوا القلب من امبراطورية كبيرة غنية هائلة ثم بعد ذلك أكملوا فتح باقي ممالكها التي كانت تابعة لها ولذلك كان الخراج الذي يفد إلى من له السيطرة على العراق خراجا هائلا كبيرا أمير العراق يسيطر على الأقاليم التي كانت خاضعة للامبراطورية الفارسية أما المسلمون فإنهم عندما هزموا الروم البيزنطيين فإنهم ضردوهم من الشام ومصر فقط وبقيت الامبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية لم تسقط إلا بعد ذلك بثمانية قرون عندما افتتحها السلطان العثماني محمد الثاني الذي عرف بعد ذلك بمحمد فاتح وكان ذلك في سنة سبع وخمسين وثمان ماء للحجر إلا أن تلاحظون أنه ومنذ وفاة يزيد بن معاوية في ربيع الأول من سنة أربع وستين اشتعلت الفتن في كل مكان ودخل المسلمون في صراع على الملك ونشب قتال شديد فيما بينهم وفي سنة تسع وستين ثارى عبد الملك بن مروان من دمشق إلى قرقيسيا لقتال زفر بن الحارث الكلابي واستخلف على دمشق عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيع الثقفي أمه أم الحكم بنت أبي سبيان اخت معاوية رضي الله عنه وخرج مع عبد الملك بن مروان بن الحكم أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس أمر بن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية وعمر بن سعيد يلقب بالأشدق الأشدق نعم أمه أم البنين بنت الحكم بن أبي العاص وعلى ذلك يكون ابن عمك عبد الملك وابن عمه لأنه أموي في نفسه نعم وقيل لا بل سار عبد الملك إلى العراق لقتال مصحب ابن الزبير وفي الطريق قال عمر بن سعيد لعبد الملك إن أبوك وعدني بالأمر من بعده لوقوفي معه وإخلاصي له فاعهد لي بالأمر من بعدك فلم يجيبه عبد الملك ولم يرد عليه بشيء في هذا الأمر فانسل عمر بن سعيد من الجيش في الليل من دون أن يشعر به أحد وتوجه إلى دمشق وكان من ضمن الذين توجهوا معه قميد بن حريف بن بحدة الكلب وزهير بن الأبرد الكلبي وتمكن عبد الرحمن بن أم الحكم الثقف نائب عبد الملك بن مروان على دمشق من الفرار وتحصن عمر بن سعيد بن العاص في دمشق ولما اثقد عبد الملك بن مروان عمر بن سعيد آدم لفوره إلى دمشق وطبعا دار بين عبد الملك بن مروان وعمر بن سعيد بن العاص بتاله الشديد وكان عمر بن سعيد يخرج الفرسانة لقتال عبد الملك فيخرج إليه عبد الملك من يتصدى لهم وكان قادة الطرفين قبيلة كلب بن وبره وهي من القبائل ذات البأس الشديد في بلاد الشام وقلنا بأن عمر بن سعيد كان معه حميد بن حريث بن بحدة الكلبي وزهير بن أبرد الكلبي ومع عبد الملك بن مروان سفيان بن أبرد الكلبي سفيان هذا قاد شهير سوف نتكلم عنه بعد ذلك إذن سفيان بن أبرد الكلبي وحسان بن مالك بن بحدة الكلبي كان مع عبد الملك ولما طال القتال بين الطرفين خرجت نسوة الكلبيات ومعهن بغارهن وقلنا لسفيان بن أبرد ولحسان بن مالك بن بحدة وهم من رجال عبد الملك ابن مروان ألا ما تقتلون أنفسكم لسلطان قريش هذا الكلام هذا الموقف من نسائهم جعلهم يفكرون جديا في إيقاف القتال ثم أن عبد الملك وعمر بن سعيد بعد ذلك عقد صلحا بينهما ولكن صلحا مثل هذا غالبا يوحي الأخوة ما يكون صلحا على دخل نعم تحين عبد الملك بن مروان الفرصة للإيقاع بعمر بن سعيد واستطاع أن يكيد لعمر بن سعيد وكان عمر بن سعيد يستخف بعبد الملك فأرسل إليه يوما عبد الملك يدعوه لزيارته فنصحوه بعدم ولكن عمر بن سعيد لم يستمع لهم وقال والله لو كنت نائما ما تخوفت أن ينبهني ابن الزرقاء يعني بذلك عبد الملك فذهب إليه بمائة من مواليه ذهب معه هؤلاء الموالي وكان عبد الملك قد استعد له تمام الاستعداد فلما دخل عمر بن سعيد إلى القصر منعوا من جاءوا معه من الدخول ولكنهم سمحوا لأحد مرافقيه بالدخول معه ثم بعد ذلك أغلقوا الأبواب فلما حس عمر بن سعيد بالخطر هذا الذي كان يستخف بعبد الملك بن مرون لما أحس بالخطر المحدق به رجى عبد الملك بن مرون أن يترفق به وأخذ يستعطفه وخاطبه بها أمير المؤمنين فقال له عبد الملك والله لو أعلم أنك تبقي عليّ إن أبقيت عليّ لأطلقتك طبعا هذه كلمة بمعنى قتلوه وانتهى الأمر طبعا لقتل الأمر بن سعيد الملقب بالأشدق وأيضا أيها الأخوة في هذه الأحداث المؤلمة لعب عبد العزيز بن مرون والد عمر بن عبد العزيز أخو الخليفة عبد الملك بن مرون لعب دورا باردا في تهدئة أخاه الخليفة الذي كان يريد أن يستأصل بني عمه يحيى بن سعيد بن عاص وعنبسه بن سعيد فقال له عبد العزيز بن مرون أذكرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أميه وهلاكها فلم يقتلهما لكنهم حبسهما ثم بعد ذلك نفاهم إلى العراق عند مص أبن الزبير فنزلوا عند مص أبن الزبير نعم هؤلاء أمر بن سعيد بن عاص بن سعيد بن عاص بن أميه بن عبد الشمس هم بن أميه ومن أقرب الناس لراحط عبد الملك بن مروان فعبد الملك هو عبد الملك ابن مروان بن حكم ابن أبي العاص بن أميه والعاص وأبو العاص أخوان ومع ذلك انظروا كيف كان القتال بينهما على الملك فما بالك عاد إذا كانوا أبناء عظومة مثل بني هاشم بن عبد المناف وبن أميه بن عبد الشمس بن عبد المناف بل حدث قتال وقتل بين بني العباس بن عبد المطالب بن هاشم وبين بني علي بن أبي طالب بن عبد المطالب بن هاشم في الدولة العباس هذا حكم ها يعرف الأخ يقتل أخه والابن يقتل أباه والأب يقتل ابنه لا حول ولا قوة أيها الأخوة أمثلة كثيرة في التاريخ سبق وذكرتها لكم ولاحظنا ذلك في التاريخ السياسي للدولة العثمانية وفي التاريخ السياسي للمغرب والأندلس وفي التاريخ السياسي للدولة العباسية هذا حكم أيها الأخوة إذن الأوضاع في العالم الإسلامي مضطربة لدرجة أنه في سنة سبعين من الهجرة بسبب هذه الاختلافات وعدم استقرار الأوضاع في سنة سبعين من الهجرة تجرأ الروم على المسلمين في عهد الامبراطور جستنيان الثاني في فترة حكمه الأولى جستنيان حكم مرته في فترة حكمه الأولى وتحديد في تنة سبعين من هجرة هاجم الروم أطراف بلاد الشام وهذا اضطر عبد الملك المروان إلى مصالحتهم وأن يدفع لهم في كل جمعة كل أسبوع يدفع لهم ألف دينار خوفا منه صنع ذلك خوفا منه على المسلمين كما قال الإمام الطبري في تاريخ سوف نتكلم أيها الأخوة الآن عن حروب قبلية مؤلمة حدثت في القرن الحجر الأول بين بعض القبائل القيسية وبين بعض القبائل الرابعية وكل هذه القبائل من نزار بن عدنان الحرب تحديدا وقعت بين بني سليم بن منصور ومعهم بن هوازن بن منصور والطرف الآخر كان قبيلة بني تغلب بن غائل ومعهم قبيلة النمر بن قاصب الرابعية ولمعرفة ما دار بين هذه القبائل من أحداث مؤلمة جرت في هذه المعارك سوف أذكر لكم هذا طبعا بطلب من بعض الأخوة الذين لم يتمكنوا من حضور درس الأول نعم سوف أذكر لكم نبذة سريعة عن أنثاب هذه القبائل القيسية وغيرها نعم وكما قلنا ربما تذكرون يعني في المقدمة تكلمنا باختصار شديد على القبائل القحطانية والعدنانية وهنا سوف نتكلم عن القبائل القيسية القبائل القيسية هذه قيسية نسبة إلى قيس بن عيلان بن مضر ومن القبائل القيسية قبيلة بني عامر بن فعصعة وهم قبيلة حوازنية نسبة إلى حوازن بن منصور وهناك أيضا بني سليم القبيلة القيسية القوية الذين منهم عمير بن حباب سلمي وهم بني سليم بن منصور بن عكرمة سليم أخ لهوازن أيضا هناك بن مره بن صعصع بن معاوية بن بكر بن هوازن الذين يعرفون ببني سلول وبن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن الذين منهم السيد والفارس الشحير الدريد بن الصمة وبما أننا طبعا نتكلم عن قبائل هوازنية فمن هذه القبائل قبيلة الشهيرة قبيلة ثقيف وثقيف هو قسي ابن منبه بن بكر بن هوازن ثم قبيلة بن سعد بن بكر بن هوازن رحط السيدة حليمة السعدية التي أرضعت المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن بن عامر بن صعصع ظهرت قبائل قوية مثل بن نمير بن عامر وبن هلال بن عامر وبن كلاب بن ربيع بن عامر بن صعصع وبن عقيل بن كعب بن ربيع بن عامر بن صعصع وأخوتهم أيضا بن قشير بن كعب بن ربيع بن عامر وبنوا جعدة بن كعب بن ربيع بن عامر عامر بن عامر كان يوم猛 وأخوة الحليمة يوم مصح للحق متجما به يوم متج بحق لدي إشتركت ترجمة نانسي قنقر ابن ربيع ابن عام ربما تتابعون معنا على جهاز القرض هذه الان ومن القبائل القيسية ايضا قبائل بني سعد ابن قيس ابن عيلان ابن مبر منهم قبائل غطفان قوية وغطفان ابن سعد ابن قيس وطبعا هؤلاء خدهم قبائل اعصر ابن سعد ابن قيس ومن قبائل من قبائل اعصر قبيلتي غني وباهلة اما قبائل غطفان فمنهم قبيلة بني دبيان وقبائل بني دبيان ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان منهم بن ازار ابن دبيان مر ابن عوف ابن سعد ابن دبيان ومن قبائل غطفان قبيلة بني عبس الشحية بن عبس هم بن عبس ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان وبن اشجع ابن ريث ابن غطفان وبنو عبد الله بن غطفان ومعروفين بعض هذه القبائل نعم لا تزال موجودة وشحيرة وعليقة نعم ولكي نهتم الكلام عن قبائل قيس هذه المضرية القبائل القيسية نقول أن هناك أيضا قبيلة عدوان نسبة إلى عدوان بن عمر بن قيس بن عيلان وقبيلة بن فهم بن عمر بن قيس بن عدوان لكن يبدو أيها الأخوة أننا سنتكلم عن ذاق القبائل المضرية لا بأستكلمنا عن قبائل قيسية ونقوله باختصار شديد غير مخل إن شاء الله ولد المضر بن نزار بن معد بن عدنان إلياس والناس ناس هو عيلان أبو قيس بن عيلان أما إلياس بن مضر فولد له عمر إذا تذكرون الملقب بمدركة وعامد الملقب بطابخة وعمير الملقب بقمعة وهؤلاء الثلاثة يشكلون قبائل خندس المضرية الكبيرة وخندس هو لقب لأمهم ليلة بن حلوان بن عمران بن الحاس بن قباعة بن قباعة نعم فمن قبائل بني مدركة قبيلة بني هذيل بن مدركة وقبيلة بني أسد بن مدركة وقبيلة بني الحون بن خزيم بن مدركة وقبائل بني كنانة بن خزيم بن مدركة من قبائل كنانة كما تعرفون قبيلة قريش قريش هم بن فحر بن مالك بن النظر بن كنانة وأيضا هناك بنو بكر بن عبد المنات بن كنانة ومن بني بكر بنو غفار بن ضمر بن بكر ومن بني بكر أيضا بنو مرة بن عبد بنات بن كنانة الذين منهم سراقة بن مالك المدلجي ومن بني مدركة الأحابيش وهم اتحاد قبلي كما قلنا هم اتحاد قبلي من بني الحارث بن عبد المنات بن كنانة بن خزيم بن مدركة ومن بني الهون بن خزيم بن مدركة ومعهم جماعة من بني المصطلق وبني المصطلق من خزاع أما قبائل طابخة بن علياس بن مضر فمنهم قبائل الرباب وهم بن عبد المنات بن أد بن طابخة بن مضر وقبيلة بن ضب بن أد بن طابخة ثم قبيلة إزينة وهم بن عمر بن أد بن طابخة كما تشاهدون ثم قبائل بني تنيم العملاقة بتفرعاتها الكبيرة يقول الشاعر ذو الرمة واسمه غيلان بن عقبة من قبيلة الرباب يقول يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبار يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيار ويهلك بينها المرأي لغوا كما ألغيت فدية الحوار نعم أما جريد نعم كما ألغيت فدية الحوار نعم أما جريد وهو كما هو معلوم لديكم من بني تميم يقول أفاخر بالرباب وآل سعد وزيد منات إذ خطرت قروب أفاخر بالرباب وآل سعد وزيد منات إذ خطرت قروب نعم نريد أن نفصل لكم قليلا في هذه القبيلة العربية الكبيرة التي تحضرت إذن ذر لنا قال بأن بني تميم هم الرباب الرباب هم بن أد ابن طابخة ابن مضر دخلوا مع بني عمهم بني تميم بن مر بن أد بن طابخة بن ألياس بن مضر فأصبحوا من ضمن بني تميم ثم هناك آل سعد وآل حنضلى وسعد هو سعد ابن زيد منات بن تميم أما حنضلى فهو حنضلى ابن مالك ابن زيد منات بن تميم وأيضا هناك آل عمر أو بني عمر وهم بني عمر ابن تميم وما هو المرأي الذي ذكره ذر رمة المرأي نسبة إلى امرئ القيس ابن زيد منات بن سميم أخو سعد وعم حنظر ابن مارك بن زيد منات ولكنهم ليسوا بكثرة هؤلاء بل هم قلة ولذلك دخلوا مع بني عمهم بني عوف بن سعد بن زيد منات ولذلك قال ويهلك بينها المرأي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة لأن في الدية لا يعطون الحوار والحوار كما تعرفون ملد البعير وإنما في الدية يعطون البعير إذن من بني عمر بن سميم بن العمر وابن سيد وليس وسيد ولا أسيد هناك أسيد في أسيد لكن هؤلاء أسيد بن عمر ومن بني سيد حكيم العرب أكثر من صيفي أحد المعمرين ومن بني عمر بن سميم بني الهجيم بن عمر والحبطات حبطاتهم بنو الحارف بن عمر أكل الحارف فمغا كثيرا فانتفخ ضطنه فسمي الحبط ومنهم أيضا بنو مالك بن عمر بن سميم الذين منهم بنو مازن بنو مالك ومن أشهر بنو مازن بنو حرقوس بنو مازن ومن أشهر الحراقيص ليسوا بالطبع حراقيص بن زيد القضاعيين فذولة بعد الف نعم فيهم حراقيص بن زيد ما يحتاج نقول من أشهر حراقيص بن تنين بنو كابية بن فرقوس الذين منهم قطري بن الفجاء الخارجي وهلال بن أحوز المازني هلال بن أحوز هذا من رجال دولة الأموية وأخوه سلم بن أحوز الذي قتل الخبيث الجحم بن صفوان ومنهم أيضا نالك بن الريب الشاعر الذي نعى نفسه قبل أن يموت ثم هناك كما ذكر جليل بنو زيد منات وهم بنو سعد بنو زيد منات وبنو حمضله بن مالك بن زيد منات وبنو مرئ القيس بن زيد منات الذين ذكرهم في الرمة من بني سعد الأبناء والبطون والأبناء هم بنو الحارف وبنو عوافة وبنو جشم وبنو مالك وبنو عبد شمس أما البطون فهم بنو كعب وبنو عمر بنو كعب بن سعد من أكبر قبائل بني تمين هذا طبعا نريكم قسم من أقسام بني سعد وبنو سعد قسم من الأقسام الكبيرة البني تمين فأنظروا إلى بني كعب ابن سعد هؤلاء من أكبر قبائل بني تمين بنو كعب بن من بني كعب بن سعد الأجارب وكذلك بنو منقر الذين منهم حليم العرب قيس بن عاصم ومنهم كذلك بنو مر بن عبيد نقول أحنف بن قيس هو حليم العرب لما سألوه ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم إذن منهم كذلك أيضا من هؤلاء بنو كعب بن سعد منهم بنو مر بن عبيد قوم الأحنف بن قيس الحليم الذي تعلم الحلم من قيس بن عاصم لما سألوه ثم بنو عوف بن كعب رحط الزبرقان بن بد الزبرقان يلقى بقمر نجد لجماله وبنو قريح وبنو ربيع بن كعب وبنو الحارف بن كعب ومن بني سعد بن زيد بنات أيضا بنو عم ابن سعد الذين منهم الحائلة بن تمقل قالت جساس بن مر التي بسببها هاجت حرب البسوس وكذلك هناك بنو عبد الشمس بن سعد القسم الثاني بن زيد منات بن تميم بن حمضل بن مالك بن زيد منات منهم بن مالك بن حمضل بن مالك بن زيد منات الذين منهم سعدات بن تميم منهم بن دارم بن مالك ومن بن دارم بن عبد الله بن دارم الذين منهم حاجب ولقيط ومعبد ابن زرارة حاجب ولقيط ومعبد هؤلاء أبناء زرارة ابن عدس ابن زيد ابن عبد الله ابن دارم ومنهم أيضا بنو مجاشع ابن دارم الذين منهم الأقرع ابن حابس ابن عقال ابن محمد ابن سفيان ابن مجاشع ابن دارم ومنهم كذلك الفرزدق الشاعر ثم بنو نحشل ابن دارم ومن بني حنظل ابن مالك بنو يربوع من حنظل ابن مالك فرسان بني تميب فمن بني يربوع بنو رياح يربوع منهم سحيم ابن وثيل الرياحي وبنو سعلب بن يربوع الذين منهم قتيبة بنو الحارث بن شهاب أحد أشهر فرسان العرب وبنو غدانة بن يربوع رهب حسان بن أبي سود الغداني سوف نتكلم عن حسان بن أبي سود بعد ذلك وأيضا هناك بنو الحارث بن يربوع رهب وسيد بن حناء وهم من فرسان بني تميب هؤلاء ومنهم كذلك بنو كليب بن يربوع الذين منهم جرير الشاعر الشهيد ومن بني حمضر أيضا المالك البراجل البراجل في بني تميم هم بنو أمر وبنو ظليم وبنو كنفة وبنو قيس وبنو غالب ومن بني مالك نزيد بنات من تميم الربائع والكردوسة الربائع نسبة إلى ربيعة ربيعة وربيعة وربيعة والكردوسة ثم هناك أفخاذ أخرى من هذه القبيلة كثمنا قلم أذكر هذه يمكن باختصار شديد أيها الأخوة قبل أن ندخل في الكلام عن هذه الأحداث القبلية رهيبة التي ستحصل لابد لكم من معرفة هذه التقسيمة بسرعة كما طلب بعض الأخوة الذين لم يحضروا الدرس إذن هذه اكتصار شديد قبائل مضر بن نزار بن عدنان ولعلكم تريدون أن ننهي ما بدأناه إذن لا بأس بذك نبدأ عن القبائل الربيعة أو قبائل ربيعة بن نزار حتى نكون بذلك قد تكلمنا عن القبائل العدنانية أما القبائل القحطانية فربما يعني ترجعون لما قلناه عنهم في المقدمة في وقت آخر حتى يفوتنا ما سوف نقوله في هذا الدرس نحن نتكلمنا عنهم في المقدمة مقدمة هذه المحاضرات إن شاء الله نعود لبعض نذكرها لهم أو ربما أفصل فيها بإجازة حتى ما فعلنا هنا مع القبائل العدنانية ولكن في مناسبة أخرى القبائل الرابعية أو قبائل بن ربيعة بن نزار اختصار شديد أني أطلت عليكم ربما في ذكره قبائل هم كالتالي من قبائل ربيعة بن نزار قبائل بن بكر وقائل بن قاصد بن هن بن أفصى بن دعني بن جديل بن أسد بن ربيعة بن نزار ومن قبائل بني بكر بن وائل هذه قبائل جبارة قبائل بني بكر بن وائل قوة وكثرة وتاريخ من قبائل بني بكر بن وائل بن يشكر وبن شيبان بن فعلبة بن عكاب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل هؤلاء بن شيبان قبيلة شهيرة قوية وبن تيم الله بن فعلبة بن عكابة وبن ذهل بن فعلبة بن عكابة وبن قيس بن فعلبة بن عكابة وبن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن مائل وبن عجل بن لجيم بن صعب كلها قبائل هذه قبائل بكر جبارة كبيرة هذه قوية لها تاريخ عريق أيضا من قبائل ربيعة قبيلة بني تغلب بن مائل ابن قاصق بن حمد ابن أفصى ابن دعمي ابن جديد ابن أسد ابن ربيع بن نزار ابن معد بن عدنان بن تغلب هؤلاء تغالبة بن تغلب القبيلة القوية قبيلة الأبطال والسادات ومن فروض هذه القبيلة الأراقن الأراقن هم ستة أخوة أبوهم بكر بن حبيب وليس حبيب منهم جشم بن بكر بن حبيب الذين منهم بن حارث بن زهير وبن كعب بن زهير بن جشم ومنهم بن فدوكس بن عمر بن مالك بن جشم بن بكر ومن قفائل ربيعة ابن نزار قبيلة بني عنز بن وائل ابن قاصق ابن حمد ابن أفصى ابن دعمي ابن جديد ابن أسد ابن ربيع بن نزار وبن النمر ابن قاصد ابن حمد وبن عبد القيس ابن أفصى ابن دعمي ابن جديد وبن عنز ابن أسد ابن ربيع بن نزار وبن ببيع ابن ربيع بن نزار ثم هناك بنو إياد ابن نزار ابن معد بن عدنان وهم ليسوا طبعا بكثرة ولا بشهرة بني عمومتهم قبائل مبر وربيع كما ذكرنا قبل ذلك إذن كل هذه القبائل قبائل العرب العدنانية والقحطانية كما تذكرون تكلمنا عنها بالتفصيل في سلسلة دروس الأنساب العرب حسب ونسب وذكرنا طائفة من أحبارها وعاداتها وحروبها ووقائعها وأشعارها نريد الآن أيها الأخوة أن نتكلم عن الحروب القبلية هذه التي جرت بين قبائل قيس وبني تغلب وكل من نزار ولكن قيسيين من مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان والتغلبيين من ربيع ابن نزار سبب هذه الحروب أن عمير ابن الحباب السلني عمير ابن الحباب نعم عمير ابن الحباب ابن جعدة ابن عياسي ابن خذافة ابن محارب ابن حلال السلني أراد أن ينتقن من قبائل كلب ابن وضرة والقبائل اليمانية بسبب قتل القيسية في مرج راهب قلنا في معركة مرج راهب يعني قتل الكثير من قبائل القلفية يعني وقع لم تحدث لهم في تاريخ وفي أمور يطول شرحها نقول إن عمير ابن الحباب السلني نعم نزل في جزيرة نزل على نهر البليخ نزل على نهر البليخ بين مدينة فران والرقة فالكثت عليه جماعات من القبائل القيسية كثت عليه جماعات من القيسية وكان معهم جماعة من بني تغلب من أهل هذه الأرض فكان التغلبيون يقاتلون معهم ويدلونهم أهل التغلبيون هم أهل هذه الأرض يقاتلون مع القيسية ويدلونهم على هذه البلاد وسالكها وتعوبها وترقها وكانت تغلب من القبائل التي بها الكثير في ذلك الوقت أيها الأخوة قبيلة بني تغلب بها الكثير هي من القبائل التي بها الكثير من العرب النصار وكان بعض السفهاء القيسية بعض السفهاء من القيسية يتحرشون بالنساء التغلبية ويسخرون من شوخهم النصار ديار بني تغلب كانت بين نهر الخابور والفرات والدجلة وجزيرة وأدت مضايقات القيسيين للتغلبيين إلى توتر الأوضاع بشدة لكن لم تصل إلى درجة أن تنشب الحرب بينهم وكانت هذه الأحداث قبل أن يسير عبد الملك بن مروان لقتال مصعب بن الزبي وقام عمير بن الحباب السلمي بالإغارة على قبيلة كلب بن وضرة ثم عاد ونزل على نهر الخابور وكانت نازلة بالقرب منهم امرأة تمينية متزوجة في بني تغلب اسمها أم دويل فقام أحد بني الحريش وهم من بني عامر بن فعصعة وأغار عليها وأخذ بعضا من غنمها ألما ذهبت المرأة إلى عمير بن الحباب وشكت إليه ما فعل الرجل أو الغلام الحرشي لم يلتفت إلى شكوه وتجاهل هذا الفعل ذهبت إلى هذا السيد تشتكي له من ظلم هذا التغلب الحرشي لكن لم يلتفت إليه فهذا جرأهم على أن يأخذوا ما تبقى من غنمها لما رأوا أنه لا يلتفت إلى شكوه فقام قوم من بني تغلب وتصدقهم وأدى ذلك إلى مقتل رجل من بني تغلب اسمه مجاشع تغلبي ولما عاد ابنها دويل تغلبي أخبرته بما حدث وكان دويل من فرسان بني تغلب فذهب إلى قومه وأخذ يحريضهم على القيسية وما لقوا منهم فشكلوا جماعة مقاتلة ورأسوا عليهم شعيش بن مليك التغلبي فأغاروا على بني الحريش وكان نازلا معهم جماعة من بني نمير وبني نمير من بني عامر بن صعصعة فقتلوا منهم وأخذوا أباعر لمرأة منهم اسمها أم الحيثن ولم يستطع القيسيون أن يردوه هذه الأخبار حدث التطورات أغضبت عمير بن الحباب السلني غضب عمير بن حباب السلني لما حصل ونشبت الحرب بين قيس وتغلب وقام عمير بالإغارة عليهم في مكان على نهر الخاضور اسمه ماكسين نعم هكذا اسمه ماكسين وقتل من التغلبيين قرابة الـ 500 رجل وقتل شعيس بن مليك التغلبي وهذا اليوم كما قلنا هو يوم ماكسين في هذه الحروب هذا يوم ماكسين أو معركة ماكسين أو وقعة ماكسين بعد ماكسين استنجدت تغلب بقبائل ربيعة فأتتهم النمغ بن قاصب وأتى المجشر الشيذاني بني بكر بن مائل وعبيد الله بن زياد بن ضبيان البكري واستنجد عمير بن حباب ببني تميم وبني أسد فلم ينجدون لأن بني تميم وبني أسد وإن كانوا من القبائل المضرية إلا أنهم ليسوا من القبائل القيسية المضرية والتقى القوم بالقرب من نهر ثرثار وكان على تغلب يقودهم يزيد بن هوبر التغلبي وقيل بل حمضله بن قيس بن هوبر ودار بينهما بين الطرفين قتال شديد وقتل من القيسية الكثير من الرجال وهنا ارتكب التغلبيون حماقة كبيرة بقر الربعيون بطون ثلاثين امرأة من بني سني بقروا بطون حرام ثلاثين امرأة هذه جريمة كبيرة ننظر إلى هذه العصبية القبلية البغيضة المنتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا يقاتلون الكلبيين بن كلب بن وبرى واليمانية ثم بسبب شياه امرأة يتطور الشر ويصل الامر إلى انهم بقروا بطون حوام والتغلبيون هم الذين بدأوا بذلك وهذا هو يوم الثرفار الاول في هذه الحروب القبلية رأينا كثير الامر المعارض ثم التقوا في معركة اخرى سميت بيوم الثرفار الثاني نعم وكان عمير قد استنجد بالقيسية فأتاه زفر بن حارث الكلابي العامري ودارت حرب هي اشرص من الاولى وانهزم بن عامر وكادت الدائرة فدور على القيسيين ولكن بن سليم صبروا حتى هزموا بني تغلب وقتلوا كثير من اشراف بني تغلب منهم ابنين لسيد بني تغلب وكان نصرانيا سيد بني تغلب في ذلك الوقت وهو عبد يسوع بن حرب بن معدي كرب بن مره بن كلثوم من بني زهير بن لشم بن بكر وفي ذلك يقول زفر بن حارث الكلابي العامري سخاطب عمير بن حباب ألا من مبلغ عني عميرا رسالة ناصح وعليه زاري فنترك حي ذي يمن وكلبا ونجعل جدنا بكفي نزاري كمعتمد على احدى يديه فخانته بوهن وانكساري طبعا يقول لحنا كيف نتقاتل فيما بيننا كلنا قبائل نزاري ونترك بني كلب بن وضر والقبائل اليمنية الذين هزمونا في المرج ونضع جدنا في بني عمنا بن ربيع بن نزار قتل فيهم هذا ما يجمع ثم ان عمير بن حباب اغاره على بني تغلب في قرية الفدين وهي على نهر الخابور وقتل من بها من بني تغلب وهذا هو يوم الفدين نعم ثم هزمه عمير بن حباب ايضا في يوم سكير والسكير تقع على نهر الخابور وهزمهم ايضا في يوم المعارك اذا مكان هذا المعارك مكان في ارض الموصل وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ثم كان بينهم يوم الشرعبية وكان النصف في هذه المرة في يوم الشرعبية لتغلب على قيس ثم كان بينهم حدث بينهم يوم البليخ والبليخ هو نهر كما قال ابن الاثير بين حران والرقة دارت بينهم معركة البليخ وقتل الكثير من بني تغلب وهنا ايضا قاموا ببقر وقتون النساء التغليبيات الحوامل انتقاما لما حدث في يوم سرطار الأول هذه كائفة يعني هذه عصبية قبلية تحدث في القرن الهجر الأول ايضا لخوة سبب ضعف الدولة ضعف الحكومة المركزية لما رأت بني تغلب ان حدث عمير الحباب السلمي كواسد قالهم جمعوا حاضرتهم وباديتهم وساروا بضعائنهم الى الحشاك والحشاك فل بالقرب من الشرابية ودار بينهم قتال وطهيب وكان مع عمير بن الحباب زفر بن الحارف وابنه الهذين زفر وتقاتلوا من الصباح الى الليل ثم في اليوم الثاني كذلك دار القتال واستمر ايضا في اليوم الثالث تقاتلوا استدى القتال في اليوم الثالث وانهزم زفر بن الحارف الكلاب وفر الى قرقيس زفر شجاع لماذا يفر نعم فر لان انباءا بلغته بان عبد الملك بن مران يريد ان يزحف على قرقيس الجنة ولما فر عنه واشتد القتال فرجل عمير بن الحباب السلمي واخذ يقاتلهم وانهزمت قيس واخذوا يرمونه بالحجارة يرمون عمير بن الحباب ثم حمل على عمير بن الحباب جميل بن قيس التغلبي وقتل عمير بن الحباب وكان ابن هوبر قد جرح في اليوم الثاني من المعركة جرحا قاتلا مات منه في اليوم الثاني في نفس اليوم الذي قتل به عمير بن الحباب وقتل من القيسية الكثير من الرجال وكان اكثر القتلا من بني سليم وغني وقبيلة غني كما تعرفون من قبائل اعصر ابن سعد بن قيس بن حيلان وارسلوا رأس عمير بن الحباب الى عبد الملك بن مروان فسر بذلك سرورا كبير بعد مقتل عمير بن الحباب السلمي انتقم زفر من حارث الكلاب قاما مريعا من بني سليم فهاجم جماعة منهم ونكل بهم وقتلهم قتلا دريعا وارسل فرسانا الى بني فدوكس التغلبيين كما يقول ابن أثير فقتلوا رجالهم واستباحوا اموالهم ونساءهم حتى لم يبق منهم الا امرأة واحدة استجارت بيزيد ابن حمران فأجارها ثم أرسل اذا شوفوا سبي في الاسلام ايها الأخوة شفت العصبية وانتوصل العصبية القبلية التي حذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم سبي المساء مسلمات في الاسلام قد تقول بإذن نصارى لكن ايضا اكثر من نصف القبيلة كيف تسبي ما يمين نعم فطبعا هذه امرأة استجارت بيزيد ابن حمران فأجارها ثم أرسل زفر ابن حارث ابنه الحذير ابن زفر الى بني كعب ابن الغير التغلبيين فقتل منهم الكثير وارسل زفر ابن حارث مسلم ابن ربيع العقيم على رأس جيش لقتال جماعة اخرى من بني تغلب تعرفون الجماعات هذه ما تنزل في مكانها كل جماعة تنشد مرعا والكلاء فتنزل لكنهم يفاجئونها يأخذونها اذا هذا مسلم ابن ربيع العقيم ارسله زفر على رأس جيش لقتال جماعة اخرى من بني تغلب فقتل الكثير من رجالهم ثم صار زفر بنفسه الى جماعة اخرى من بني تغلب في العقيق والعقيق هذه تابع للموصل بالقرب من ارض الموصل فلما شعروا به ارادوا عبور نهر الدجلة وفي مكان اسمه الكحيل لحق بهم ودار بينهم بتال شديد وترجل القيسية يقاتلون وزفر على بغلة له فابادوا التغلبيين وبقروا بطون بعض النساء وكان اكثر من قتل بسبب الغرب في نهر الدجلة واسر زفر منهم قرابة المائتين فقتلهم صبرا واما من استطاع منهم الفرار فانها زفر ارسل وراءهم ابنه الهديل ابن زفر فقضى على من وقع بيده منهم ومع كل ذلك القتل الذي وقع بين الطرفين وخاصة في بني تغلب الا ان القيسية وخاصة القبائل السلمية والهوازمية لم يدركوا ثأرهم فلا شيء عندهم يعدل عمير بن حباب وفي الحرب الاخيرة الاخيرة هذه التي طبعا نكل بهم زفر يقول زفر بن حالف الا يا عين بكي بن سكاب وبكي عاصما وابن الحباب فانتك تغلب قتلت عميرا ورهطا من غني في الحراب فقد اثنى بني جشم ابن بكر ونمرهم فوارس من كلاب قتلنا منهم ما اتينا صبرا وما عدل عمير ابن الحباب كلها القتل وما عدل ايها الاخوة عمير ابن الحباب طبعا نريد ان نتوقف ايها الاخوة هنا بعد قطلنا عليكم ونشكركم على صبركم وعلى حسن استماعكم واجزاكم الله خير شاء الله ونلتقي في اللقاء العاشر بإذن الله يحدد وقت بما بعد وإلى ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم ايها الاخوة باللقاء العاشر الدرس العاشر من دروس التاريخ السياسي للدولة الاموية وكالعادة ايها الاخوة قبل ان نبدأ في سر احداث هذا اللقاء لا بد منذكر نبذة بسيطة عن اهم الاحداث التي تكلمنا بها في اللقاء السابق في اللقاء السابق تذكرون اقولنا بان مصعب ابن الزبير من العوام الحق هزيمة كبيرة في جيش المختار وقتله وقتل من الذين استسلموا له سبعة الاف قالوا بانه ابادهم جميعا صبرهم وقتلهم صبرا كان يريد ان يعفوا عنهم ولكن تكافر عليه خادته وطالبوا بالثأر لانه يعني المختار هذا جيش المختار المختار اوقع بهم خسائر جسيمة في حروبه التي قاتل بها اهل العراق وايضا تكلمنا ايها الاخوة عن الخوارج الذين خرجوا زبير بن محوز لما قتل وامروا عليهم قطري بن الفجاء تكلم عن اخباره بعد ذلك ثم ايضا ايضا تكلمنا عن خروج عبد الملك بن مروان الى قرقيسيا لقتال زفر بن حارف الكلابي وفي اثناء الطريق انسحب عمر ابن سعيد ابن العاص عمر الاشدق انسحب عمر ابن سعيد الاشدق انسحب الى دمشق واستولى عليها وخرج على عبد الملك وعاد عبد الملك ودار بينهما قتال ثم فقد الصلح ولكنه كما قل كان صلحا على دخل وانتهى الامر بان قبض عبد الملك اثناء مران على عمر حم سعيد وقام بقتله ثم تكلمنا عن حروب قبلية دارت بين القبائل القيسية والقبائل الربعية وذكرنا بعض احداثها وقلنا كان المتزعم لهذه الحروب هو عمير ابن الحباب السلمي والذي انتهى به الامر بانه قتل ولكن زفر ابن حالف الكلابي قتل الكثير من بني تغلب انتقاما له بما حدث ومع ذلك كما قلنا قال القصيدة التي يقول بها قتلنا منهم ما اتينا صبرا وما عدلوا عمير ابن الحباب قتلوا الكثير وحدث في هذه الحروب الشنيعة حماقات من الطرفين وما قلنا قاموا ببقر بطون النساء البريئات الحوامل هذا منتهى الجهالة هذا امر يحدث في دولة الاسلام هذا شيء في غاية الفطور نعم ما انتهت الحقيقة رواية هذه الحروب القبلية ولذلك نريد ان نكمل الكلام عنها في هذا اللقاء يوالاخوة من اخطر الامور عند العرب عند الاشراف من العرب ايضا اخطر الامور عند العرب الطب عند اشرافهم ان تستفزهم في امر من امور الكرامة هذا مسألة في غاية الخطور اذا قمت باستفزازهم في امر من امور الكرامة خاصة اذا كان ذلك على الملأ قد ينتج بل ينتج ان ذلك تطورات لا تحمد عقبه في حرب البسوس التي دارت بين بكر وتغلب ابن يوائل حدثنا عن هذا تذكرون في دروس العرب حسب ونسب واستمرت هذه الحرب حرب البسوس كما يقولون استمرت لمدة اربعين عام تقريبا لم يحسمها الا دخول الحارف ابن عباد ابن ضبيعة وهو من بني قيس ابن ثعلبة وبن قيس ابن ثعلبة من قبائل بكر ابن وائل وكان الحارف ابن عباد معتزلا بهذه الحرب فلما قتلت بن تغلب جساس ابن مرة ذهب البكريون الى الحارف ابن عباد وقالوا له لقد سني قومك فارسل ولده ابو جير الى المهلهل ابن ربيع التغلبي ليطلب منه الكف عن القتال ولكن المهلهل قتل ابو جير ابن الحارف في القصة المعروفة لا نستطيع انفكرها بتفاصيلها وكان هذا طبعا سببا في دخول الحارف ابن عباد الحرب ولما دخلها حسمت هذه الحرب الطويلة بهزيمة المهلهل وبني تغلب بها تفاصيل لا نستطيع ان نتكلم عنها الجحاف الجحاف ابن حكيم ابن عاصم ابن قيس ابن سباع ابن خزاعي ابن محارب ابن هلال السلمي من سادات بني سليم ومن شجعان العرب وهو من اقرب بني سليم الى عمير ابن الحباب السلمي ولكنه كما قال ابو عبيدة معمر ابن المثنة تيمي مولا تيم القرشيين يقول او قال ابو عبيدة لم يدخل الجحاف في الحرب التي دارت بين القيسية وبني تغلب وكان الجحاف ايها الاخوة من جلساء عبد الملك ابن مران وبعد يوم الثرثار الاول الذي انتصر به التغلبيون وقلنا كان بهم في ذلك الوقت الكثير من النصارى ان لم يكن غالبهم قال الشاعر الكبير غياث ابن غوث التغلبي الذي يعرف بالاخطل والاخطل هذا الشاعر الكبير نصراني من بني تغلب قال مفتخرا لما رأونا والصليب طالعا ومارس رجيس وموتا ناقعا والخيل لا تحمل إلا دارعا والبيض في أيماننا قواطع خلوا لنا الثرثار والمزارع وحمطة طيسا وكرما يانعا ننقول طيس يعني شي طيس يعني وافر وحمطة طيسا وكرما يانعا كرما يشرب خمر فيه الخبيل ثم بعد يوم الشرعبية هذا متى قالها هذه القصيدة الأولى أو الأبيات هذه قالها بعد يوم الثرثار الأول الذي انكصر به تغلبيون على القيسي بعد يوم الشرعبية أيضا الذي انكصرت به تغلب قال الأخطر ولقد بكى الجحاف لما أوقعت بالشرعبية إذ رأى الأهوال ولقد بكى الجحاف لما أوقعت بالشرعبية إذ رأى الأهوال الكلام يقول في مجلس عام وعند الخليفة هذا حليم ساكت حليم مجنون هذا ما هو حليم شوفون بعد ثم لما اصطلح عبد الملك بن مروان ونتكلم عن هذه الأحداث بعد ذلك ثم الصلح بين عبد الملك وزفر بن الحارف واجتمعت الناس على الخليفة قال الأخطر يذكر وقعة الحشاك التي قتل بها أمير بن الحباب ماذا قال قال بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آووا وهم نصر بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم أبناء قوم هم آووا وهم نصر وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوا لك قصرا بعدما قهروا ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلافها ضجر هذه خصية أيضا استفزازية بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آووا وهم نصر وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوا لك قصرا بعدما قهروا ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلافها ضجر هذه مشكلة كل ذلك أيها الأخوة يعرض بقيس ويفخر عليهم والجحاف لا يجيب لم يجيبه الجحاف يعني الجحاف لم يرد عليه كل هذا الكلام والجحاف لا يجيب ثم حدث أن كان الجحاف جالسا في يوم الأيام في مجلس الخليفة فدخل الأخطر لما جاء الأخطر وشاهد الجحاف قال الأخطر قصيدته التي يقول فيها ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتل أصيبت من سليم معامر كان الجحاف يأكل رطبا كما يقول المؤرخون فجعل النوى يتساقط من يده من شدة الغضب فقال الجحاف بلى سوف نبكيهم بكل مهند وننعي عميرا بالرماح الشواجر ثم قال له يا ابن النصرانية ما كنت أظن أنك تجترئ علي بمثل هذا قالوا فأخذت الأخطر الرعدة من الخوف ثم قام إلى عبد الملك وأمسك ذيل ثوب الخليفة وقال هذا مقام الآئذ بك ثم قام الجحاف يجر مطرفة حمية وجزعا كما يقول أبو عبيدة فقال عبد الملك للأخطر ما أراك إلا قد جررت على قومك شرا قضي نعم ترى اللسان زلات اللسان يعني خطيرة جدا قاتلة مدمرة انظروا أيها الأخوة ما حدث الجحاف أيها الأخوة الآن خلاص صمم على على التنكيل وعلى القتل وعلى رد هذه الإهانات أخطر شاعر شاعر كبير وشعر ينتشر وكيف تمسح هذه الإهانات إلا بفعل يمسح هذا الكلام الجحاف رتب له حيلة مع بعض الكتاب في ديوان الخليفة وأخذ كتابا مزورا يفيد بأن الخليفة قد وله صدقات بكر وتغلب في الجزيرة ويقال بل زور عليه على لسان الخليفة أن الخليفة عهد إليه بإمارة الجزيرة جزيرة هذه المعروفة عن دجلة والموصل ثم أنه أتى بأجربة منلوئة أجربة جراب الكيس الكياس أتى بهذه الأجربة هذه الأكياس وحشاها بالتراب ثم أتى قومه وقال لهم بأن الخليفة قد ولاني الجزيرة وهذه الأموال محي أحد الرابع طماعين ولد عمه مصار أمير على الجزيرة وهذه الأموال فراح معه فذهب معه الكثير من فلسان قومه فلما اقترب من ديار تغلب نسر التراب ومزق الكتب وقال لمن جاء معه ما من ولاية ولكني غضبت لكم وأخبرهم بما حدث في مجلس الخليفة وقال لهم من أحب أن يدرك فأرى قومه فليصحب فإني قد أقسمت ألا أغسل رأسي حتى أوقع في بني تغلب فعاد فعاد بعضهم وسار معه البقية من المصممين على الانتقام والأخذ وصل الجحف ومن معه إلى مكان اسمه البشر مكان اسمه البشر وهاجموا جماعة من بني تغلب على ماء اسمه الرحوب لبني جشم بكر هذا الماء تعرفون المياه في القبيلة كل ماء لفخذ من فقود القبيلة أو جماعة من القبيلة المياه البئر الفلانية الرحوب هذا لبني جشم بن بكر هؤلاء من تغلب قال ابن الأثير أنه صبحهم جاهم صباح ويقول أبو عبيدة أنه هاجمهم ليلا بيتهم لكن هذا صبح ابن الأثير يقول أنه صبحهم وأبو عبيدة يقول أنه بيتهم جاهم ليلا ثم حصلت مجزرة من أبشع المجازر في التاريخ العربي كل ذلك أيها الأخوة بسبب طيش شاهر أحمق لا اختلوا أن كان من بار شعراء العرب إلا أنه ارتكب حماقة كبيرة بسبب استفزازه المستمير لهذا الرجل الذي اعتزل الفتنة يقولون قتل الجحاف من بني تغلب مقتلة عظيمة وأسرخ في القتل وبقر البطون عن الأجنة وفعل كما يقولون أمرا عظيما وأسر أحد رجال الجحاف الأخطر أحد من كان مع الجحاف أسر الأخطر وكانت عليه على الأخطر عباءة قدرة فلم يعرف وظنه عبدا فقال له من أنت فقال له الأخطر أنا عبد من عبيد بني تغلب فأطلقه نقولنا العبد ما يتعرضون فاختبأ الأخطر في جب في جليب قليب بئر فلما ذهب القوم خرج من هذا الجبل الذي اختبأ وذهب الأخطر إلى عبد الملك بمروان وقال له قصيدة نذكر بيتين منها يقول لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول فإلا تغير ها قريش بملكها يكن عن قريش مستماز ومرحل طبعا حرّض الخليفة إذا ما تأخذوا لنا حق نترى بعد حن مالنا ولاء للخليفة لولينا هذا الأمر أظيم وفي غاية الخطورة إذا ترك هكذا من دون أن تتدخل الدولة فإذا لم تتدخل الدولة فقد تتطور الأمور إلى درجة يصعب معها وحد لهذه الفتنة القبلية بل ربما تتدخل قبائل أخرى مع هذا الطرف أو ذاك ويتسع بذلك كما يقولون الخرق على الراقع وقد يقول قائل وإين الدولة من هذه الفتنة التي خللتها عدة معارك ومواجهات دام أين الدولة كانت الفتنة مستمرة وحرب كبيرة بها عدة معارك أين الدولة من هذه المواجهات التي حدثت والجواب على ذلك أيها الأخوة أن هذه المعارك كانت تقع في البادية وفي أطراف الريف بعيدا عن المدن وكانت الدولة أيضا مشغولة بمواجهة الخارجين عليها ثم من جانب آخر الخليفة نفسه كان في بداية الأمر يهمه ألا تتوقف هذه المصادمات القبلية لأنه عن طريقها يتخلص من أعدائه منه دون أن يرسل بقوات لقتالهم ولذلك فرح فرحا شديدا عندما أرسلوا له برأس عمير بن حباب السلمي الذي قتل في معركة الحشاك عبد الملك بن مروان لما رأى أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد الخطير فدخل وأمر بالقبض على الجحاف ليبطش به ولكنه هرب الجحاف هرب إلى بلاد الروم وقال يخاطب الأخطر قال له قصيدة رهيبة حقيقة معانيها قوية أخطر يلقب بأبي مالك فقال له يخاطبه الجحاف أبا مالك هل لنتني أو حضبتني على القتل أم هل لامني كل لائم ألم أفنكم قتلا وأجدع أنوفكم بفتيان قيس والسيوف الصوارم بكل فتى ينعي قميرا بسيفه إذا اتصمت أيمانهم بالقوائم فإن تطردون تطردون وقد جرى بي الورد يوما في دماء الأراقم نكحت بسيفي في زهير ومالك نكاح اتصاب لا نكاح دراهم وأخذ الجحاف يتنقل أيها الأخوة في بلاد الروم وأكرمه ملك الروم وعرض عليه أن يتنصر ويعطيه مهشة ولكن الجحاف أيها الأخوة قال له ما أتيتك رغبة عن الإسلام الجحاف لم يصنع مثل ما صنع جبلة بن أيهم الملك الغساني الذي فر من عمر بن خطاب إلى بلاد الروم وتنصر في القصة التي تذكرون لما لطم الرجل الفزاري هذا الملك جبلة بن أيهم لطم رجلا من بني فزارة في الطواف حول الكعبة كان الفزاري قد وطأ إزارة بن الأيهم فحله فلطمه وهشم أنفه فذهب الرجل الفزاري إلى عمر الخطاب الفاروق رضوان الله عليه فسأله سيدنا الفاروق سأل جبلة فاروق رضي الله عنه سأل جبلة عن الأمر فذكر له ما حدث فقال له الفاروق إما أن ترضيه وإلا قدته منك يعني أجعله يلطم واحدة ثم واحدة وحدة وحدة فقال جبلة لعمر ظلمت أني إن أسلمت أكون أكثر عزا مما أنا عليه في الجاهلية فقال له الفاروق ولكن الإسلام ساوى بينكم فقال له جبلة إذن أتنصر تقول يا جبلة لعمر بن الخطاب أتنصر يعني ترتد عن الإسلام فقال له الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل رضي الله إذن أضرب أنقك أضرب أنقك تتنصر ترتد ما لك إلا القتل إذن أضرب أنقك فقال له جبلة فأمهلني إلى الغد فأمهله ففر جبلة ومن معه إلى بلاد الروم تحت جنح الظلام وعاش جبلة في بلاد الروم متنعما بنعيم الدنيا كتب الأدب ذكرت الكثير عن حياته في بلاد الروم لكن لا يتسع المجال للكلام عنها هنا ثم بعد مدة من مقامه في بلاد الروم وفي هذا النعيم الدنيا والزائل تفكر في حاله هذا الملك الغساني العربي تفكر في حاله وما صنع بنفسه فقال قصيدته الرائعة التي يقول فيها تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر الجحاف بعد ذلك أيها الأخوة ما يستطيع العربي الحر أن يعيش في بلاد الغربة الأجانب في ذلك الوقت بلاد الإسلام بلاد عز ومنعه كيف يطلع طريد ليترك قومة لكنه أيضا إن رجع لن يتركه بن وتغلب لابد أنهم يأخذون بثارهم لابد من قتله فقال أرجع حتى لو قتلوا فماذا صنع قبل أن يرجع لابد أن يستأذن الخليفة استرضي الخليفة ما كتب إلى زعماء القيسية الجحاف كان طبعا زعماء القيسية لهم تواجد كبير في بلاط الخليفة كتب لهم لأخذوا له أمانا من الخليفة فعطاه الأمان فلما قدم عليه ألزمه طبعا الخليفة بدفع ديات من قتل فساعده رجع القيس على جمع الديات فجمخ وطبعا ذكر المؤرخون أيضا بعض المؤرخين ذكروا أن الجحاف بعد أن بلغه وهو في بلاد الروم بأن عبد الملك بن مروان أعطاه الأمان لأنه الآن أخذ الأمان من الخليفة لكن بقى بني تغلب فذهب إلى البشر ذهب الجحاف إلى البشر وقد لبس كفنه وجاء إلى بني تغلب وقال قد جئت ليكم أعطي القودة من نفسه جاءهم لابس الكفن مثل ما يصنعون الآن بالصعيد شاء الكفنة على عيده هذه طبعا تكون واحدة مهما قتل منهم وصنع ذلك وهم يعفون عنه لماذا هذه توازي الشرف الذي استبيح بالقتل لما تقتل من رجالهم وتأتيهم شاء الكفنة يعني هذه تعتبر توازي أنهم قتلوا هذه رهيبة ما يصنعها يعني أي شخص هذه مسألة حمل الكفنة أو لمس الكفنة فلما جاءهم جاء إلى بني تغلب وقال قد جئت إليكم أعطي القودة من نفسي الشباب شبانهم أرادوا أن يقتلوه حماس الشباب وطي الشباب ولكن الشياخهم كفوهم عنه الشياخ لهم حكمة يعرفون عادات العرب وخلص هذه تكفي عندهم وعفوا عنه كفوا الشباب عنه الشياخ الشياخ بني تغلب وعفوا عنه ثم أن الجحاف يقول أنه تنسك وتدين وذهب إلى مكة ذهب حاجا إلى مكة يعني كان ضميره يؤنبه تأريبا شديدا على الجرائم مجازر التي ارتكبها عاش بقية حياته في عذاب شديد فتنسك وتدين وذهب إلى مكة وحج وتعلق بأستار كعبة وجعل ينادي اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل وقيل أن محمد بن حنفية محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عن أبيه سمعه فقال له يا شيخ قنوطك شر من ذلك وقيل بل الذي سمعه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما فقال له لو كنت الجحاف ما زدت على هذا قال فأنا الجحاف لم نشوف انتشار وشدة الفعل والجرائم التي ارتكبها ناس كلها تعرفها فلما قال له لو كنت الجحاف ما قلتها قال له أنا الجحاف يعني ما في أعظم منه في ذلك الوقت في الجريمة التي ارتكبها في حق بني تغل وقد يقول وقد يقول قال أيها الله ما هذه الجريمة والمجزرة التي ضمن من ارتكبها أن ذنبها بلغ من العظم درجة لن يغفرها الله له يقول أبو عبيد معمر المثنى التيمي في كتابه النقائد بأن الجحاف تبه لهذا طقم وهذا الكلام بأن الجحاف قتل بني تغلب قرابة الثلاثة والعشرين ألف نحن قد عرفنا أنهم بقروا بطون الحوامل عن أجنة وهذا يدل على أنهم قتلوا الرجال والنساء والأطفال ومع ذلك أظن أن في الأمر مبالغة بل ومبالغة كبيرة ولكن هذا لا يمنع أن المقتلة يوم البشر في بني تغلب كانت عظيمة نعم بعد معركة مرج راهد التي تكلمنا عنها التي جرت في آخر سنة أربع وستنين في عهد مروان بن حكم خليفة الأموي طابع والتي هزم بها كما قلنا جيش مروان بن حكم جيش الضحاك بن قيس الفهري والتي نتج عنها أيضا مقتل الضحاك وفرار زفر ابن الحارف الكلابي إلى قرقيسيا وجوجوده في قرقيسيا شكل تهديدا على سلطة الدولة الأموية عزم أبد الملك بن مروان بعد وفاة أبيه مروان بن الحكم على التخلص من مناوئه وكان من ضمنه من الطبع زفر من حارف الكلابي لماذا؟ لما شكله من تهديد حقيقي كونه من المؤيدين عبد الله بن زبي رضي الله عنه عزم عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس على التخلص من زفر بن مناوئه وأراد أن يبتدع بزفقه وكان أبان بن عقبة بن أبي معيط الأموي واليا على حمص فأمره عبد الملك بأن يسير ليقاتل زفر بن حارف فسار بجيشه ولكن قائد عبد الملك على المقدمة جيش المقدمة قائد المقدمة مقدمة الجيش وهو عبد الله بن زميت الطائي تقدم دون أن ينتظر توافد باقي الكتائب وهاجم زفر فألحق زفر من الحارف بن المقدمة هزيمة قاسية قتل منهم قرابة ثلاثمئة ثم لما تكامل حصول الجيش هزموا زفر وقتلوا ولده وكيع بن زفر ثم أن عبد الملك في أثناء حملته على مصعب بن زبير الحملة الكبيرة على مصعب بن زبير في الأساسية قال لابد أني يعني أنهي موضوع أو أمر زفر ابن الحارف الكلاب فمر بجيشه الكبير على قرقيسيا وحاصرها وقصفها بالمنجنيق قال لهم زفر زفر شجاع وقاعد كبير وقال لهم ولمن قصف بالمنجنيق نخرج إليكم ونقاتل لا تقصف المدينة تدمرون نخرج لكم خذوها أزمتمون تأخذوك نخرج إليكم ونقاتل وأرسل زفر إلى ابنه الهذيل ابن زفر زفر هذا شجاع جدا قال له اخرج إليهم وقاتلهم ولا ترجع حتى تضرب فسطاط عبد الملك ولئن رجعت دون أن تطع أطناب فسطاطه لأقتل الملك شوفوا كيف المهمة هذه كيف كلفوا بهذه المهمة الرهيبة فخرج الهذيل بالفرسان وحزم من كان أمامه وطاردهم حتى وصل إلى الفسطاط فسطاط خليفة عبد الملك المرغان ووطأوا الأطناب وقطعوا بعضها يعني أثبتهم وصلنا الفسطاط ووطعناه وقطعنا بعض أطناب يعني وصلنا لك وما قتلنا ثم عادوا ولما عادوا قبل زفر رأس ابنه الهذيل وقال له لا يزال أبد الملك يحبك بعدها أبدا فعل طيب ما قتل خليفة وصلنا نستطيع نصل لك ولكن لمكانتك عندنا ما نقتل وقاتل زفر قاتل قتال كبير قاتل قتالا كبيرا شديدا وجاله طبعا من البواسل قاتلوا ببسالة فائقة جعلت عبد الملك يقرر أن يصالح فطلب من أخيه محمد بن مروان أن يسعى في الصلح ووافق زفر شريطة أن لا يبايع لعبد الملك إلا بعد وفاة ابن الزبخ لأن في عنقه بيعة من الزبخ لا يستطيع طبعا زفر لا ينقف هذه البيعة رجل فحل ماهو بسيط ولما تم الصلح ورأى عبد الملك قلة من كان يقاتل مع زفر قال لو كنت أعلم قلة من معه لواصلت الحصار حتى ينزل على حكم هذه الكلمة هذه ما قال عبد الملك دلغت زفر فقال إن شئت ورجعنا ورجع فقال شجاع الله شجاع وعبد الملك ذكي ملك كبير حاكم خليفة قال له عبد الملك بل نفي لك يا أبا الهذين وتزوج مسلمه من عبد الملك من الرباب بن سفر يعني بعد هذه الحروب طبعا دائما النسب والمصاهرة حقيقة ترقق القلوب خاصة عند العرب العرب من الشعوب يعني من الشعوب لو العاطفة الشديدة كل ما توديهم وكل ما تجيبهم الله يهديه نعم لم يكن لعبد الملك طبعا بعد ذلك المروان لم يكن له هم إلا يعني العراق مواجهة عبد الله بن سفر وكيف تبدأ بعبد الله بن سفر إذا ما بدأت بالعراق عبد الملك ذانت له الشعب كاملا بعد أن أخذ قرقيس ما كان له هم إلا الآن الخصم الأكبر القوي جدا عبد الله بن سفر كيف تبدأ معه تضربه بالعراق إذا بدأت بالعراق تستطيع بعد ذلك أن تزحف عليه بالحجاب ترجمة نانسي قنقر كيف تبدأ معه تضربه بالعراق لا بدأت بالعراق تستطيع بعد ذلك أن تزحف عليه بالحجاب فأراد أن يبتدئ بقص جناحه الأيمن جناحه الأيمن لعراق حيث مصح بن سفر ولما عزم على ذلك استشار الناس وكان من ضمن الذين أدلوا برأيهم أم يحيى بن الحكم أبي العاص حبد الملك يقول عن عمه يحيى من أراد صواب الرأي فلتخال في يحيى وكان رأي عمه يحيى بن الحكم ابن أبي العاص قال له تكتفي بالشام وترك العراق وابن الزبي وقال أيضا بعض من استشارهم بأن السنة مجدبة قح ما في أنطار وعلى مرع طيب وإنك غزلت سنتين ولم تظفر فأقم عامك هذا ماذا كان رد عبد الملك قال الشام بلد قليل المال ولا آمن نفاده وقد كتب إلي كثير من أشراف العراق يدعونني إليه أخوه محمد بن الرام كان له أيضا رأي قال له الرأي أن تطلب حقك وتسير إلى العراق فأني أرجو الله أن ينصرك وأشارح عليه أيضا أشار عليه غيرهم بأن يقيم في الشام ويبعث العراق واحدا من أهل بيته ويمده بالجنود وهو يقيم في الشام حتى يعني ماذا قال عبد الملك من مروان الملك من مروان الخليفة الأموي الخامس هذا السياس الداهية والرجل الشجاع الذي أعاد لدولة الأموية هيبتها بعدما كادت أن تزول وبسبب ذلك بعض المؤرخين يقسمون دولة الأموية إلى سفيانية نسبة لما معاوي بن أبي سفيان رضي الله عنه ومروانية نسبة إلى عبد الملك بن مروان سفيانية تولاها ومعاوي بن يزيد والمروانية تولاها عبد الملك ومن جاب من الخلفة ماذا قال عبد الملك بن مروان لما سمع آراءه قال لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي ولعلي أبعث من له شجاعة ولا رأي له وإني بصير بالحرب شجاع بالسيف إن احتجت إليه ومصعب شجاع من بيت شجاعة ولكنه لا علم له بالحرب يحب الخفض ومعه من يخالفه ومعي من ينصح لي الخفض هو الدعا والراحة والين العيش كما يقول ابن منظور في معجمه المعروف في لسان العرض جاء في كتب العدب قصة طريفة ذكروا في كتب العدب قصة طريفة ذكرت كما علمونا في المدرسة في المدارس تلك الأيام الثالثة لما كانت تدريس تدريس وليس كأيامنا هذه جاء في كتب العدب والتاريخ إن هذا الملك الأموي القرشي لما أراد أن يسير إلى العراق ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فبكى وبكى جواريها لبكائها فقال عبد الملك قاتل الله كثير عز حين يقول إذا ما أراد الغزوة لم يثن همه حصان عليها أقد در يزينها نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت وبكى مما عناها قطينها وقطين طبعا الخدم كثير كما تعرفون هو كثير بن عبد الرحمن بن أسود بن عويمر الخزاعي كثير بن عبد الرحمن بن أسود بن عويمر الخزاعي من قبيلة خزاعة وعزة التي عشقها وتغزل بها هي عز بن جميل بن حفص الغفارية وغفار من بني ضمرة بن بكر بن عبد المنات بن كنان كما ذكرنا لكم قبل ذلك عبد الملك سارة في سنة 71 من الحجرة على رأس جيش نظيم وحدث في تلك الأثناء أن غضب مصعب على جماعة من رؤوس أهل البصرة بسبب إجارتهم لخالد بن عبد الله ابن خالد بن أسيد وليس أسيد ابن أبي العيص ابن أمية ابن عبد الشمس خالد بن عبد الله ابن خالد بن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية ابن عبد الشمس وكان خالد بن عبد الله قبل أن يلتحق بعبد الملك ابن مران كان من رجال مصعب ولما أراد مصعب أن يسير لقتال مختار ابن أبي عبيد الثقفي المختار الكذاب لم يثق بولاء خالد ابن عبد الله وأخيه أمية فطرده من العراق فذهب خالد إلى عبد الملك في الشهر وفي أثناء مسير عبد الملك بقواته لقتال مصعب بن الزبير في سنة 71 كان خالد معه ولم يكن مصعب بن الزبير في بصرة فقال خالد بن عبد الله لعبد الملك أرسلني إلى البصرة وزودني بقوة فلعلي أخذ لك البصرة فلما ذهب إلى البصرة نزل على عمر بن أصمع الباهلي فأرسل بن أصمع إلى عباد بن حسين التميمي رئيس شرطة مصعب وكان عمر عبيد الله بن معمر نائب مصعب على البصرة وقال له بأني هذا ابن أصمع أمر بن أصمع الباهلي أرسل إلى عباد بن حسين التميمي وقال له بأني قد أجرت خالد بن عبد الله وكان يعمل أن ينضم إليهم عباد بن حسين ولكن عباد صاحب الشرطة هذا عباد بن حسين التميمي لما سمع بذلك قال الرسول بأني سوف آتيه بالخير بمعنى أنه سوف يأتيه ويقبض عليه أمر بن أصمع الباهلي لما سمع بذلك قال لخالد بن عبد الله إن عبادا سوف يأتينا وأنا لا أستطيع أن أمنعك لا أستطيع أن أجيرك فعليك بمالك بن مسمع بن شهاب الجحدري البكري سيد ربيع بن زاف البصرة فاركب فرسه وذهب إلى مالك بن مسمع فلما جاءه قال له أجرني فأجاره وأرسل مالك بن مسمع إلى بكر بن مائل وحلفائهم الأزد فتوافدت عليه الجموع لتحمي خالد بن عبد الله صكوا عليه جولة كيف تحمي؟ لا تحمي هكذا دولة لازم تنادي القبائل فنادى قبائل بكر بن مائل وحلفائهم الأزد فأتوا عليه وأحاطوا به عرفت ولما أتى عباد بن حسين التميمي وهو قائد الشرط أتى بالخيل وإذا الجموع تحيط بمالك بن مسمع فتوقف ولم يدر بينهما قتال وفرغد ذهب خالد بن عبد الله إلى جفرة نافع بن حارث ومعه جماعا بن تميم والجفرة مكان في البصل وجرت هناك معركة تعرف بيوم جفرة واستمر القتال والمناوشات لمدة 24 يوما وصيبت عين مالك بن مسمع ثم إن القوم اصطلحوا شريطة أن يخرج خالد بن عبد الله من البصل هذا الشرط بعد ذلك قالوا يعني ثم الصلح لكن هذا يخرج من البصل لما وصل مصعد ابن الزبير نكل بالكثير من السادات بمن في ذلك مالك بن مسمع هذا أمر أيها الأخوة في غاية الحماقة وعدم التدبير وقلة السياسة من رجل مقدم على حرب رجل مثل عبد الملك بن مران يواجحك وتصنع انت بقادة جيشك مثل هذا لا شك انك انتهى الحماقة وانتهد عبد الملك الفرصة فقام بالكتابة إلى من ولاهم معه من أهل العراق في البصرة والكوفة ووعدهم ومناهم بكل خير ولما وصلت أنباء مسير مصعد ابن الزبير في قتال عبد الملك بن مران إلى عبد الله بن خازم السلمي أمير عبد الله بن الزبير على خرسان قال أمعه عمر بن عبيد الله بن معمر قالوا لا استعمله على فارس قال أمعه المهلب بن أبي صفرة قالوا لا إنه يقاتل الخوارج كان المهلب يقاتل الخوارج في سولاف كما قل قال أمعه عباد بن الحصين قالوا استخلفه على البصر قال عبد الله بن خازم وأنا بخراسان فقال خذيني فجريني جعار وأبشري بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصر يعني بذلك أنه لا شك في أنه سيهزم ويقتل سار عبد الملك بن مران بجيف كبير من أهل الشام والجزيرة ومصر كل له يسمع ويطيع وخرج إليه مصعد لأهل العراق قلوبهم لم تكن معه وهم يقدمون رجلا ويوفرون أخرى فقد أزموا على الغدر والتقى الجيشان بمكان اسمه دير الجاثليق بمنطقة اسمها مسكن من أرض السواد بالعراق على شاطئ دجلة الغربي ودارت معركة دير الجاثليق الكبيرة قتل بها إبراهيم الأشتر النخعي وكان يقاتل مع مصعب بن الزبير وعرف عبد الملك أن وضع مصعب في غاية الحرج فأرسل أخاه محمد بن مروان إلى مصعب وقال له إن ابن عمك يعطيك الأمان محمد بن مروان فهد بأمر من الخليفة الملك مروان إلى مصعب وقال له إن ابن عمك يعطيك الأمان فقال مصعب إن مثلي لا ينصرف عن مثلي هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا مصعب شجاع وأخوه الزبير شجاع وأبوه الزبير بن عوام رضي الله عنه من أبطال المسلمين هذا رجل ليس بالبسيط رفض الأمان لما رفض مصعب الأمان نادى محمد بن مروان بعيسى بن مصعب وقال له يا ابن أخي لا تقتل نفسك لك الأمان فقال له مصعب قد آمنك عمك فانضي إليه فقال الفتى القرشي الباسي عيسى بن مصعب بن الزبير ابن العوام عيسى الشجاع أبوه مصعب بن فرسان الإسلام عمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بطل من الأبطال وجده الزبير صحاب الجليل رضي الله عنه الفارس الذي لا يشق له غبار ماذا قال عيسى بن مصعب لمحمد بن مروان لما عرض عليه الأمان ولما دعاه أبي أي يقبل الأمان قال له لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل نعم هؤلاء هم قريش سادت له أيها الأخوة ثم بعد ذلك مصعب وابنه عيسى قاتل ببسالة حتى قتل مصعب أسخنته الجراح فشد عليه زائدة بن قدامة بن مسعود الثقفي بن عم المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي وقال يا لثارات المختار وقتله نعم أتلا مصعب على نهر الدجيل أتلا مصعب على نهر الدجيل عند دير الجاثليق وأمر عبد الملك بن مروان بدفن مصعب وابنه عيسى فدفنا هناك أما رأس مصعب فإنهم أرسلوه إلى الكوفة ثم إلى دمشق ثم في مدن الشام طافوا به ثم إن عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك أخذت الرأس فغسلته ودفنته وقالت أما رضيتم بما صنعتم حتى تطوفوا به في المدن هذا بغي نعم لما قتل مصعب قال عبد الملك ابن مروان واروح فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة ولكن هذا الملك عقيم دمالك يقول كلمة طيبة قال واروح فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة ولكن هذا الملك عقيم نعم قتل مصعب بن زبير في جماد الآخرة من سنة 71 من هجرة وبعد مقتل مصعب بايع أهل العراق عبد الملك بن مروان ثم نصب عليهم عبد الملك أخاه بشر بن مروان وكان قد نصب عليهم في البداية على الكوفة ولمدة أربعين يوما قطن بن عبد الله الحارثي ولكنه عزله ونصب بشرا ثم نصب عبد الملك كذلك خالد بن عبد الله ابن خالد بن أسيد الأموي على البصرة وعاد عبد الملك إلى الشهر في كتابه الكامل في التاريخ قال ابن الأثير قال عبد الملك لجلسائه يوما من أشد الناس؟ من أشد الناس؟ قالوا أنت يا أمير هذه دائمة عكوين ما تلقاها طالها طيلة تاريخ من صار التاريخ من أنت يا أبان أنت يا أمير قال لهم قولوا غير ذلك قالوا عمير بن الحباب قال قبح الله عميرا قالوا فشبيب ودون بذلك شبيب بن يزيد فنتكلم عن أخباره بعد ذلك أخبارها الكثيرة قالوا فشبيب ودون طبعا شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني الخارجي قال لا قالوا له فمن؟ قال مصعد بن الزبير عنده عقيلة قريش سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلح وهو أكثر الناس مالا أعطيته الأمان وولاية العراق وعلم أني سأفي له للمودة التي كانت بيننا فحمي أنفا وأبى وقاتل حتى قتل نعم هذا كلام صحيح دائما عاد يقولون يعني الحق في أعدائهم هذا شأن العظماء وشأن الكبار كبير لا يعني ينتقص من قيمة خصومه وأعدائه بعد ما اقتل مصعد بن زبير أرسل عبد الملك بن مروان إلى عبد الله بن خازم السلمي في خراسان يدعوه إلى بيعته ويطعمه خراسان سبع سنين كما يقول المهرخون يعني لا يسأله عن خراجها قد يقول قائل هذا منتهى العبث بأموال المسلمين في الحقيقة الأمر خلافنا فهذه من سياسة عبد الملك ودهائه فما يساوي خراج خراسان ولو لسبع سنين قياسا بحقم دماء المسلمين خاصة وإن ابن خازم من عتاة الرجال ودهاتهم ومن زعماء القيسية بل ومضر وكان عبد الله بن خازم في ذلك الوقت منشغلا بقتال بحير بن ورقاء التمين منشغلا بقتاله وكان عبد الملك قد أرسل كتابه مع سورة ابن أشهم النميري فقال ابن خازم للنميري لو لا أن أضرب بين بني سلين وبني عامر لقتلتك ولكن كل هذا الكتاب شديد ابن خازم وحي فأكلها المرسالة وقيل بل كان رسول الذي أرسله على الملك وسنان بن مكمل الغنوي سنان بن مكمل الغنوي وهو رسول عبد الملك الابن خازم وقال له إنما بعثك لأنك من غني وقد علم أني لا أقتل رجلا من قيس ولكن كل الكتاب فأكل أخو الغنوي والله الجذابرة فكامل لما هم سهلين كتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح التمين نائب عبد الله بن خازم على مر يعهد إليه بخراسة إنه انقلب على عبد الله بن خازم ومعنى الانقلاب على ابن خازم أي يخلع عبد الله بن سبير ويبايع لعبد الملك ففعل وأخذ البيع من أهل مرول عبد الملك بن روان فلما بلغ عبد الله بن خازم ما فعل بكير بن وشاح أسقط في يده وخاف أن يهاجمه بكير ويقع لذلك بين بكير وبحير كلاه من بني تمين فقرر أن يذهب إلى ترمذ إلى حيث ابن موسى بن عبد الله بن خازم وموسى بن عبد الله في مثل شجاعة أبيه وقوة شخصيته ولكي يسير إلى ترمذ لا بد له من المرور بمره ولما تحرك تابعه بحير بن ورقاء التميني وأدركه عند قرية تبعد عن مره بثمانية فراسخ يعني مسيرة يوم أو بمقاييسنا الحالية ثمانية وثلاثين كيلو مترا نعم ودهر القتال شديدا بين الطرفين ثم إن بحير بن ورقاء التميني ومعه أثنان من رساقه وهما عمار بن عبد العزيز الجشمي ووكيع بن عميرة القريعي التميني أحاطوا بعبد الله بن خازم وطعنه بالرماح ثلاثة عليه فلما سقط برك وكيع على صدره وحاول بن خازم النهوض ولكنه لم يقدر فقال له وكيع يا لثارات دويلة وهاء دويلة أخ لأمه أخ من أمه يقول وكيع هذا يروي هو الذي قتله يقول هو الراوي يقول فتنخم في وجهي وقال لعنك الله تقتل كبش مضر بأخيك علج لا يساوي كفا من نوى يقول وكيع بن عميرة فما رأيت أحدا أكثر ريقا منه على تلك الحال عند الموت وتمكن وكيع بن عميرة القريعي التميني من قتل عبد الله بن خازم لأنه أيها الأخوة لماذا قال هذا ما رأيت أحدا أكثر ريقا منه على تلك الحال عند الموت لأنه في مثل هذه المواقف صعبة ينشف الريق ولكن هؤلاء الأبطال القساة تعودوا على هذه المواقف صعبة والحياة الشاقة نعم فما كانوا يهابون حتى والسيوف على نحرهم كان مقتل عبد الله بن خازم السلمي في سنة اثنتين وسبعين وفي قول آخر إن مقتله كان بعد مقتل عبد الله بن سبير رضي الله عنه يعني في السنة التالية نصب عبد الملك بن مروان مكير بن مشاح أميرا على خراسان وبقى أميرا عليها إلى سنة أربعة وسبعين ثم عزله عبد الملك بن مروان بعد ذلك وذلك بسبب العصبية التي اشتعلت بين بني تميم وكان أبو كير بن مشاح قد أخرج بحير بن ورطاء الصريمي التميم من سجنه وكان قد سجنه وبعد مقتل عبيد الله بن خازم السلمي بني تميم قسموا إلى قسمه أحدهما مع بكير والآخر مع بحير فقال الناس لعبد الملك لا يصلح هذا الأمر إلا رجل من قرش فعزل عبد الملك بن مروان بكير بن مشاح وكان واليا على خراسان منذ مقتل ابن خازم في سنة الثلاثة وسبعين وأرسل إليهم أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أرسله أميرا عليه لما وصل أمية بن عبد الله أرض على بكير بن مشاح أن يكون صاحب الشرطة فعبه قال له تكون صاحب الشرطة فعبه فعين في هذا المنصد بحير بن ورقاء صريب ثم ولأ أمية بن عبد الله بكير بن مشاح على طفارستان وأمره أن يستعد لغزو بلاد موراء النهر فتجهز بكير لذلك وأنفق الكثير من الأممان لتجهيز جيش الغزو ولكن بحير بن ورقاء خوف أمية بن عبد الله بن خالد من إرسال بكير بحجة أنه إذا عبر النهر فأنه قد يقوم بالعصر ويخلع الخليفة فأرسل أمية بن عبد الله إلى بكير يأمره بالبقاء وتأجيل ما أمره ألا أن يخرج معه في الجيش الذي سيقود عبد الله بن عمية فيما مهما وبالفعل تجهز أمية بن عبد الله حدثاً لا يستطيع أن يضبط أمور مدينة أصمة خراسان وقال له أمية بأني وليتك أمورها فعبر بكير ومن معهم الفرسان النهر وعادوا إلى خراسان وسار أمية بجيش الغزو إلى بخاء نعم 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 هناك يعني رؤوس بني تميم ممن كانوا مع بكير بن أمي شاح زينوا لبكير الثورة والعصيان فسار إلى مر وألقى القبض على زيادة بن أمية وحبسه وخلع أمية بن عبد الله فلما بلغت هذه الأنباء أمية عبد الله عاد من فوره إلى مروا لقتال بكير بن وشاح ودارت بينهم عدة مواجهات ثم خشي أبو كير أن يتخلى عنه الناس وكان متحصناً في المدينة فطلب الصلح من أمية فأعطاه الأمان وصالح ودخل أمية بن عبد الله مر وكتب إلى عبد الملك بن ورون بما حدث وعزل أمية بن عبد الله بحير بن ورطاء تميمي عن الشرطة وعين في مكانه أطاء بن السائب الليفي الكناني الليفي الكناني وأكرم أمية ابن عبد الله بكير بن وشاح وكان أمية شديداً في تحصيل خراج من الناس وكان بكير جالساً في المجلس مجلسه مجلس بكير يعني بعيداً أمية ومعه جماعة من بني تميم فدار بينهم حديث عن شدة أمية بن عبد الله في تحصيل الخراج فنقل بحير بن ورطاء ما دار في المسجد كان جالساً في مجلسه في المسجد فنقل ما دار في المسجد إلى أمية وقال له بأن بكير يحرب الناس على خلحك فلم يرتفت إليه أمية ولكنه أحضر له شهوداً من بني تميم أعصبية قبلية فشهدوا على ذلك فقرر أمية معبد الله أجقتل أبو كير بن وشاح خاصةً جاه وحذره من فتنة أن يؤلب الناس وحضر الشهود شهود الذين جاءوا من بني تميم هذا طبعاً ألب الأمير الوالي بني عم شهدوا ضده لكنه لما أحضر شهود من بني تميم وشهدوا على ما قال قرر أمية معبد الله أن يقتل بكير بن وشاح وابن أخيه وهما بدل وشمردل بدل وشمردل فتولى قتله بحير بن ورقاء صليمي وكان ذلك في سنة سبع سبعين بكير بن وشاح من الأبناء كما سبق وذكرنا لكم في أنساب بني تميم بكير بن وشاح من الأبناء والأبناء من بني سعد بن زيد منات بن تميم والأبناء هم أولاد سعد بن زيد منات بن تميم إذن هم أولاد سعد بن زيد منات بن تميم إلا بن كعب وبن أمر بن سعد بن زيد منات سعد بن زيد منات له غير كعب وأمر الحارث وعوافة وجشم وعب شمس ومالك وعوف هؤلاء الخمسة هم الأبناء في بني سعد بن زيد منات بن ثمين بحير بن ورقاء الصريم من بني سعد ولكنه من بني صريم بن مقاعس بن عمر بن كعب بن سعد بن زيد منات وهم ليسوا من الأبناء ولذلك لما قتل بحير بن ورقاء بكير بن وشاح قال رجل من الأبناء من بني عوف بن سعد اسمه عثمان بن رجاء بن جابر قال قصيدة يحرد فيها على الأخذ بالثأر قال لعمري لقد أغضيت عينا على القذا وبت بطينا من رحيق مروقي وخليت ثأرا قل واخترت نومة ومن شرب الصهباء بالوتر يسبقي فلو كنت من عوف بن سعد ذؤابة تركت بحيرا في دم مترقرقي فقل لبحير نم ولا تخش فائرا بعوف فعوف أهل شات حبلقوا دع اضعن يوما قد سبقتم بوتركم وصرتم حديثا بين غرب ومشرقي وهب فلو أمس بكير كعهده صحيحا لغاداهم بجأواء فيلة إذن إنها العصبية القبلية ولا بد من الثأر لبكير وإلا سوف يعيرون بعدم أخذهم بثأرهم فلما بلغت بحير أصائد الأبناء المحرضة على الثأر لبكير قال توعدني الأبناء جهلا كأنما يرون فنائي مغفرا من بني كعبي رفعت له كفي بحد مهند حسام كلون الملح ذي رونق أضبي توعدني الأبناء جهلا كأنما يرون فنائي مغفرا من بني كعبي رفعت له كفي بحد مهند حسام كلون الملح ذي رونق أضبي نحن نريد أيها الأخوة أن نتوقف هنا تريد الصيدة الأولى قال هل نعم صيدة رثمان بن رجاء بن جابر من الأبناء بن عوف بن سعد يقول لعمري لقد أغضيت عينا على القذا وبت بطينا من رحيق مروقي وخليت ثأرا طل واخترت نومة ومن شرب الصهباء بالوتر يسبقي فلو كنت من عوف بن سعد ذؤابة تركت بحيرا في دم مترقرقي فقل لبحير نم ولا تخش ثائرا بعوف بعوف أهل شات حبلق لعبانا يوما قد سبقتم بوتركم وصرتم حديثا بين غرب ومشرقي وهبوا فلو أنسى بكير كعهده صحيحا لغاداهم بجأواء فيلق لكم الله خير أيها الأخوة على صبركم وعلى حسن استماعكم بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ السياسي للدولة الأموية الدولة التي ارتفعت بها راية الإسلام عالية في مشارق الأرض ومغاربها الدولة الأموية دولة الفتوحات عصر الفتوحات على فرسه يجاهد خرج أيها الأخوة خاضعا هذه المسافات آلاث كيلو مترات أراض خطرة قبائل شرسة ثم يخوض الضحر مخيط الفرسي حتى وصل الماء إلى نحر الفرس فماذا يصنع رفا بخارة من أعز مدن الترك ولذلك كان القتال من حولها شديدا بدرجة وصل معها الأمر أن الترك هزموا المسلمين حتى دخلوا معسكريهم وفي أواخر سنة ست وثلاثين من الهجرة دارت حرب صفين الضحيمة نعم حرب تسعين زحفا راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين قدره المؤرخون بقرابة سبعين ألفا من المسلمين حصدت هذه المعركة موقعة الجمجة قرابة العشرة آلاف من الطرفين مقتل الحسين فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا تسترق كما يسترق العبد مقتل الحسين فالأمر رهيل أمر الأمر رهيل أوله كما يقولون تنفطر القلوب يا أخو اشتعل القتال في كربلاء وقاتل الحسين ومن معه بشجاعة فائقة ولكن ماذا يفعل العشرات في مواجهة الأهلات عهد الحجاء أمر بأن تلقى جثة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمقابر اليهود الحجاء الخبيث الخبيث ما هو التاريخ الحجاء ما هو التاريخ الحجاء ما له تاريخ مجرد طراضية نصب المنجنيب على جبل أبي قبيس ورمى الكعبة المشطفة الدولة القبوية الدولة التي كبرت واتسعت وقوت بسبب تكاتف واتحاد أبناء بيت الفقه والتي انهارت بسبب اختلافهم وتفرقهم صوت أمة للإنتاج والتوزيع تشرط عليكم بأقوى إصداراتها وهو الجزء الخامس من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي وهو مكون من جزئين بعنوان التاريخ السياسي للدولة الأموية الجزء الثاني الدكتور أحمد يوسف الزعيدة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك وهذا إن شاء الله هو اللقاء الدرس الحادي عشر في سلسلة أو موضوع تاريخ السياسي للدولة الأموية وإذا تذكرون في الدرس الماضي أيها الأخوة تكلمنا عن بعض الأحتاف نذكركم بها بنبذة سريعة وتكلمنا عن الجحاف بن حكيم السلمي الذي أوقع في بني تغلب بموقعة خطيرة جسيمة بسبب استفزاز شاعر تغلبي الأخطر له أخطر شاعر كبير قال الأخطر عدة خصائد يستفز بها الجحاف بن حكيم السلمي وهو من جلساء عبد الملك بن مران الخليفة فلم يرد عليه حتى قال ذلك البيت الذي يقول له أين أنت مما حصل لقومك وكانت وقعة البشر العظيمة في نتائجها تقتيل لأناس أبرياء بسبب الفتنة القبلية التي حدثت قبل ذلك وتكلمنا أيضا عن مهاجمة عبد الملك المرضان الخليفة الأموي الخامس لزفر من الحارث الكلابي في قرقيسيا وزفر كان قد بايع لعبد الله بن زبير ودار القتال بينهما ولكن حدث الصلح بعد ذلك ثم زحف عبد الملك بن مران باتجاه العراق لضرب الجناح الأيمن لعبد الله بن زبير وأقصد بذلك مهاجمة العراق حيث مصعد بن زبير ودارت الحرب هناك وانتهت بمقتل مصعد بن زبير بعد أن عرض عليها عبد الملك بن مران الأمان لكنه أبى قاتل حتى قتل ثم تكلمنا أيضا عن مقتل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان وهو من أيضا أمراء عبد الله بن زبير فقد بايع لعبد الله بن زبير فلما رسله عبد الملك أبى أن يدخل في طاعته ولذلك أغرى عبد الملك بن مروان نائب عبد الله بن خازم السلمي وهو بكير بن شاح التميمي فثار عليه وانتهى الأمر بمقتل عبد الله بن خازم السلمي ثم بعد ذلك أيضا تطورت الأمور وحدثت فتنها قبلية في خراسان بسبب التنافس بين بكير بن شاح وبين بحير بن ورقاء التميمي أيضا من بني سعد طريم من بني سعد ولذلك عين عبد الملك بن مروان أمي بن عبد الله أميرا على خرسان ولكن تطورت الأمور بسبب تأليب بحير بن ورقاء الصليمي لأمي بن عبد الله قتل بكير بن وشاح بن ورقاء التميمي وهذا جعل الأبناء أبناءهم من بني سعد من زيد منات بن تميم بكير بن وشاح من الأبناء والأبناء من بني سعد زيد منات بن تميم جعلهم يطالبون أو يعني يتذامرون للأخذ بثأره وقالوا وقالوا بعد ذلك هذا سوف نبتدئ الآن مواصلة الكلام عما ابتدأناه في تلك الحلقة نرس الماضي قالوا بأن سبعة عشر رجلا من بني عوف بن كعب بن سعد تعاهدوا على الثأر لبكير كانوا في البادية فخرج أحدهم واسمه الشمردل وسار إلى خراسان ولما رأى بحير بن ورقاء حجم عليه وطعنه وأسقطه وظن أنه قد تمكن من قتله ولكن الناس حجموا عليه على الشمردل وقتلوا ثم أيضا خرج له رجل آخر من بني جندب أيضا هؤلاء من بني عوف بن سعد من الأبناء يطالب بفأره هذا الرجل من بني جندب وهم من بني عوف بن سعد اسمه صعصع بن حرب العوفي جاءه من البادية وكان عنده قليل من الغنم فباعها واشترى حمارا جلكم الله وسار إلى سجستان لكي يأخذ الثعر واستطاع أن يحتال على بحير بأن ادعى أنه من بكر بن مائل ثم أنه كسب ثقته وباغته مرة في مجلس المهلب نبي صفرة كان يستطيع أن يقتله في غير هذا المكان ولكن أراد أن يقتله على رؤوس الأشهاد في مجلس المهلب فدنى منه وقال ليال ثارات بكير وطعنه بالخنجر في خاصرته ومات بحير من هذه الطعنة وقتلوا صعصة بن حرب وكانت هذه الحادثة في سنة 81 في سنة 71 هذه خلصنا منها وتطوراتها هذه الأحداث يعني ونعود بكم قليلا نقول في سنة 71 افتتح المسلمون بعهد عبد الملك بن مروان مدينة قيسارية وهي من مدن الروم وكان الذي يحكم الإمبراطورية الفيزنطية في تلك الفترة الإمبراطور الجستنيان الثاني ماذا يعني هذا أيها هذا دليل واضح على أن الأمة إذا اجتمعت كلمتها ولو اجتماعا جزئيا كان الخير والبركة في هذا الاجتماع عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس تخلص من خصومه السياسيين في الشام ثم في العراق ولم يبق له إلا الخصم القوي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في الحجاز ومع ذلك وبعد أن أطفأ فتنة الشام والعراق تطاع أن يفتفح قيسارية في بلاد الروم البيزنطيين قيسارية هذه في بلاد الروم البيزنطيين في آسيا الصغر أو في تركيا الحانية في سنة 72 دارت بين الخوارج والمسلمين حرب في الأهواز وذلك أن خالد بن عبد الله ابن خالد بن أسيد أرسل أخاه عبد العزيز ابن عبد الله في جيش لقتال الخوارج الادارقة وأرسل إليه بجيش آخر مددا له بقيادة مقاتل ابن مسمع الجحدري البكري وكان قطري ابن الفجاء قطري ابن الفجاء من الفجاء ونقلنا في دروس الأنساب الفجاء من الفجاء قطري ابن الفجاء التميمي زعيم الأزارقة كان قد بعث بصالح ابن إخراق في تسعمة فارس فتمكنوا من هزيمة جيش عبد العزيز ابن عبد الله وجيش مقاتل ابن مسمع وفر عبد العزيز وسبوا زوجته وهي ابنة المنذر ابن الجارود العبدي من بني عبد القيس بل من زعماء عبد القيس وبن عبد القيس من قبائل ربيعة ابن نزار وأخذوا يزايدون عليها المسلمة الحرة بنت سيد قبيلتها يزايد عليها كلاب أهل النار حتى وصل ثمنها مائة ألف وكانت جميلة ولكن الحمية أخذت واحدا من الخبارج من بني عبد القيس فقام بقتلها أشية الفضيحة ولكنه قال لهم أنه قتلها لأنها فتنت المسلمين لما بلغت عبد الملك أخبار الهزيمة كتب إلى خالد بن عبد الله بأن يسير بجيش من البصرة ويتوجه إلى المهلم بن أبي صفر الأزدي في الأهواز ثم كتب عبد الملك إلى أخيه بشر بن مروان بأن يمد خالد بن عبد الله بجيش من أهل كوفة فأرسل إليه بخمسة أهلاف وجل عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعف بن قيس الكندي واجتمعت الجيوش في الأهواز وتقدم إليهم الخوارج الذي يسميهم المهلب على الرغم من ضلالهم المبين بسباع العرب يسميهم المهلب والمهلب قائد كبير يعرف فنون القتال سماهم بسباع العرب لشدتهم وشجاعتهم قبحهم الله وتمكن الجيوش الخليفة من دحر الخوارج فانهزموا وفروا وأرسل خالد بن عبد الله وراءهم داود بن قحذن البكري يطارده لما بلغت خليفة هذه الأنباء كتب إلى أخيه بشر بن مروان في الكوفة بأن يمد داود بن قحذن بالرجال فأرسل إليه أربعة آلاف مقاتل عليهم عتاب بن ورقاء التميمي ولما اجتمعوا طاردوا الخوارج حتى هلكت خيل الأمويين فعاد معظمهم إلى الأهوال وفي سنة أثنتين وسبعين خرج في البحرين الخارجي أبو فديك والبحرين ليست البحرين حالية أملكت البحرين الحالية هذه لا وإنما بحرين تلك الأيام تمتد من البصرة شمالا حتى عمان جنوبا على الساحل الغربي من صليج وأبو فديك هو عبد الله بن ثور البكري وهو من بني طيس بن ثعلبة من بكر بن وائل وقتل في ثورته نجده بن عامر الحنفي طبحه الله يقتل بعضهم بعضا ويكفرون بعضهم بعضا فقام خالد بن عبد الله بإرسال أخيه أمية بن عبد الله من البصرة على رأس جيش لقتال أبي فديك ولكن الخارجي حزمهم وفر أمية بن عبد الله إلى البصرة وصلها في ثلاثة أيام ثم إن عبد الملك بن مروان في السنة التالية وجه عمر بن عبيد الله بن معمر تيمي القرشي لقتال أبي فديك فخرج معه من أهل الكوفة قرابة العشرة آلاف مقاتل ومن البصرة أيضا خرج معه مثلهم وجهزهم أحسن تجهيز أشرين ألف مقاتل أمر ليس بالبسيط وهذا يعني لما يقولون جهزهم أحسن تجهيز وأعطاهم كل ما يعني يستحقون هذا يعني إنه أخرج لهم أرزاقهم وأعطياتهم يعني معونة الحرب هذه هي الأردام والأعطيات هي المرتبات مقدما وبالتالي من يذهب منهم للقتال يكون مطمئنا على أهله وعياله فيستبسل في القتال وهذا بالفعل ما حصل لأنهم عندما التقوا دار بينهم قتال عنيف وجث مشات المسلمين برماحهم على الركب لما يجث الرجل على ركبته هذا مستقتل ما يفر هذا هو القتال المطلوب جثوا على ركبهم وهم يحملون الرماح وقاتل الفرسان ببسالة حتى دخلوا معسكر الخوارج الخبثاء فأحرقوه وقتلوا أبا فديك وحصروا من التجع منهم إلى حصن المشقر في الأحساء والأحساء من بلاد البحرين قديمة ثم نزلوا على حكمهم يعني استسلموا لهم استسلاما غير مشروط فأمر عمر بن عبيد الله بن معمر بقتل ستة آلاف من الخوارج كلاب أحل النار هؤلاء وأسر منهم ثمانمائة ثم عاد الجيش المنتصر إلى البصر نعم هذه إحدى ثورات الخوارج التي تم إطفاءها ثورة أبو فديك نريد الآن أيضا أن نتكلم عن أحداث في غاية الأهمية حدثت في سنة 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 وسبعين وهي أن عبد الملك بن مروان فقبل أن يرجع من العراق إلى الشام وكان منتشيا بنصره الساحق على مصر بن زبير وسيطرته على العراق دخل عليه الحجاج بن نسر ثقفي فقال له يا أمير المؤمنين أني رأيت في المنام أني أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته فابعثني إليه وولني قتالا حبد الملك لما سمح ذلك ورجع ولقى هذا الرجل يعني متحمس الحجاج لقتال بن الزبير أرسله على رأس ألف فارس من أحد الشام وكتب عبد الملك مع الحجاج أمانا لأهل مكة أنهم دخلوا في قاعته نلاحظ أيها الأخوة دائما 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 يعطون الأمان قبل بدء القتال لا يبدأون القتال إلا إذا أعطوا الأمان فإذا قبلت بالأمان نعم وإذا أبيت إلا القتال يقاتلون ووصل الحجاج إلى الطائف في شعبان من سنة اثنتين وسبعين ثم أمده عبد الملك بن مروان بخمسة ألاف مقاتل عليهم طارق بن عمر المكي مولى عثمان بن عفتان رضي الله عنه فلما دخل شهر ذي القعدة تحرك الحجاج بقواته من الطائف ونزل في بئر ميمون وحاصر عبد الله بن الزبير وفي ذي الحجة وصل طارق بن عمر إلى الحجاج في مكة جوش كبيرا سبعة آلاف مقاتل ثم الرحصار عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ستة أشهر وسبعة عشرة ليلة وفي أحد الأقوال كان حصار بن الزبير ليلة هلال ذي القعدة من سنة اثنتين وسبعين وقتل رضي الله عنه لسبع عشرة ليلة خلت من جماد الأولى سنة ثلاثة وسبعين حجاج لما وصل إلى مكة نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس حجاج الخبيث نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس ورمى الكعبة المشرفة بحجارة المنجنيق وكانت السماء ترعد وتبرق والصواعق تتوالع حتى إنهم قالوا إن صاعقة قتلت من جيش الشام اثني عشر رجلا فتوقف الجنود عن قصد الكعبة وعن القتال فقال لهم الحجاج الخبيث يا أهل الشام لا تنكروا هذه فأني ابن تهامة هذه صواعق تهامة هذا الفتح قد حضر فأبشر ثم إن الصواعق في اليوم التالي أصابت جماعة من أصحاب ابن الزبير فاستبشر جند الشام لما رأوا ذلك يعني الصواعق تصيب نعم تصيبهم لكن انظروا إلى كيف يعني جرأة الحجاج وإقدامه تطاع أن يقلب الموقف ببلاغته وفصاحته وتماسكه في مثل هذا الموقف العصي قال ابن الأثير في تاريخه الكامل في التاريخ كتابة التاريخ المسمى بالكامل في التاريخ قال إن القتال استمر بين الطرفين وغلت الأسعار عن جماعة عبد الله بن الزبير لأنهم في حصار شديد وأصاب الناس مجاعة شديدة حتى إن ابن الزبير ذبح فرسه وقسم لحمها في أصحابه وأدى ذلك إلى تفرق أكثر أصحاب ابن الزبير عنه وخرج غالب أهل مكة إلى الحجاج بن يوسف يطلبون أمان وكان من ضمن من فارق ابن الزبير ابن حمزة وخبيب فأعطاهما الحجاج الأمان أما ابنه الزبير ابن عبد الله بن الزبير فإنه رفض أن يغادر عندما قال له خذ لنفسك أمانا قال له عبد الله بن الزبير أبوه خذ لنفسك أمانا كما فعل أخوك فوالله إني لا أحب بقاءك فقال له ولدك الزبير ما كنت لأرغب بنفسي عنك ثم أن الزبير ابن عبد الله بن الزبير قاتل مع أبيه حتى قتل ولما اشتد الحصار على عبد الله بن الزبير وتقدموا كما ذكر ابن الأثير في الكامل حتى ملأوا ما بين الحجون إلى الأبواء دخل عبد الله بن الزبير على أمه صحابية الجليلة رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها الصديق أسماء ذات النطاقين ودار بينهما حديث عجيب أريد أن أقرأ عليكم هذه المحادثة الرائعة هذه